بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف ان تقدم لكم هذه المات اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف تأليف الدكتور جمال عبدالهادي محمد مشعود والدكتورة وفاء محمد رفعة جمعة الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بمصر يقرأ الكتاب عليكم احمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله القائل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الا هم مع الله الا هم مع الله قليلا ما تذكرون الا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سورة النمل الآيات من التاسعة والخمسين إلى الرابعة والستين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهدت عبد مقر بعبوديته لله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فاجز الله محمدا خير ما جاز نبيا عن أمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن الأمة المسلمة هي خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورة آل عمران الآية العاشرة بعد المئة ولذلك فإن بني آدم لم يعرفوا تاريخا ذا صفحات البيض مثل صفحات التاريخ الإسلامي تاريخ الدين الذي لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران الآية الخامسة والثمانون وتاريخ الأمة المسلمة الواقع التطبيقي لهذا الدين هذه الصفحات البيض للتاريخ الإسلامي قد تعرضت مع تعرض بلاد الإسلام للغزو العسكري لغزو فكري قام على أكتاف المستشرقين يعاونهم الكثير من أبناء العرب والمسلمين استهدف تشويها وتزييف التاريخ الإسلامي كما حرص على التجاهل والتجهيل بهذا التاريخ وقد ترتب على هذا الغزو أن الأمة المسلمة أصبحت تنظر إلى نفسها وغيرها من خلال كتابات صنعتها أيدي أجنبية عن دينها وعقيدتها وتاريخها أجنبية عن مشاعرها وإدراكها أجنبية عن اهتمامها بالأمور وإحساسها بالحياة وتقدير الأشياء ثم هي بعد ذلك كله مغرضة في الغالب تبغي لها الشر للخير وهذه جريمة ترتكب في حق الأمة المسلمة التي من صالحها أن ترى حقيقة دورها في تاريخ البشرية وأن تعرف مكانتها في خط سير التاريخ وأن تتبين قيمتها في العالم الإنساني وليست فائدة هذا فائدة نظرية مجردة بل إنها أكبر من ذلك وأشمل فعلى ضوئها يمكن للأمة أن تحدد موقفها الحاضر ودورها في المستقبل وأن تسير في أداء هذا الدور على هدى ومعرفة بالظروف والعوامل العالمية المحيطة بها بعدما تتخذ من الأسباب والوسائل اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتلك العوامل والمؤسف حقا أن دور العلم التي أنشئت أساسا لتربية الشباب المسلم الأساس الضروري لبناء الأمة المسلمة دابت على تلقين الأجيال تاريخا إسلاميا مشوهة وتاريخا جاهليا مضخمة لا عن مجرد خطأ غير مقصود ولكن عن نية خبيثة من الاستعمار الغربي والصهيونية العالمية التي يهمها أن لا تجد الأمة المسلمة في تاريخها ما تعتز به وأن ترى أوروبا كنموذج للجاهليات على العكس هي صاحبة الدور الأول في التاريخ الإنساني فإذا يأست الأمة من ماضيها بعد أن استعرضت دورها في حياة البشرية وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذي قامت به أوروبا وإكبارا للرجل الأبيض سهل قيادها على الأعداء وذلت رقابها لهم وفي ثنايا هذا الكتاب يجد القارئ أولا ضرورة تأصيل الدراسات التاريخية تأصيلا إسلاميا ثانيا عرض نماذج للموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج التي تعرض التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي بمعزل عن المنهج الإسلامي للدراسات التاريخية ثالثا تصورا عاما أي يجد القارئ تصورا عاما مقترحا لمواد التاريخ الإسلامي رابعا نماذج لمواد بديلة عن مناهج التاريخ القديل القاسم المشترك بين دور العلم في العالم خامسا مفهوم العلم وضوابطه ومنهج تلقيه تجده في هذا الكتاب كمدخل لحديث حول المنهج الإسلامي للدراسات التاريخية والحضارية وهذا العرض يهدف إلى تنبيه الأذهان إلى ما وقع في تاريخ الأمة المسلمة من تشويه وتزييف يستلزم من القادرين من أبناء المسلمين حكومات وأفراد القيام بتنقية هذا التاريخ مرجعا ومنهجا مما ألحقه به المستشرقون ومن سار على نهجهم وسوف يكون لهذا التصحيح قيمة في حساب المصلحة الإنسانية فكم لأخطاء التاريخ من أثر في إقامة الحواجز بين بعض الأمم وبعض العناصر وبعض الكتل وكم لها من أثر في سوء تقدير الجماعات للجماعات والأجناس للأجناس والأفراد للأفراد والعقيدة والمبادئ والحضارات وهذا يؤذي البشرية في حاضرها ويؤذيها في مستقبلها كما أنه من حق البشرية الضالة اليوم أن تحصل على صورة صحيحة لتاريخ البشر على الأرض ومن الإجرام في حقها تزوير ذلك التاريخ ومن الإجرام كذلك إعطاؤها معلومات مضللة وخاصة في مجال العقيدة ومن الأمانة العلمية أن يمتنع العلماء وخاصة الذين يرسمون للناس صورة القرون الخوالي عن تقديم كتابات يعلمون أنها غير صحيحة كما أنه من واجب القادرين إزالة أخطاء التاريخ وإزالة آثارها وتصحيحها التصحيح الواجب لأنه ليس من مصلحة الإنسانية أن ترى الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف عن كل جوانبها وأن تسوده فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرها أي أن تسود التاريخ وأن تجهل الدوافع الكاملة لسيرها وتحركها والقيم الأساسية لحياتها وحضارتها لأن هذا الجهل ينشئ أخطاء عميقة الأثر لا في التصور والتفكير فحسب ولكن في علاقات الأمم بعضها ببعض وفي علاقات الكتل الدولية بعضها ببعض كما ينشئ أخطاء بعيدة المدى في تكيف سياسة كل أمة وتوجيهها هذه الأخطاء ينشأ معظمها عن سوء دراسة التاريخ البشري وسوء تقدير الدور الذي قام به الإسلام والذي يمثله العالم الإسلامي هذا العالم الذي يمثل وحدة إنسانية شاملة لها كل خصائصها المستقلة ويمثل قوة إنسانية ثابتة لا يؤثر ضعفها العسكري الطارئ إلا تأثيرا عارضا في وزنها الحقيقي تمهيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور من سورة الملك خلق الله الإنسان وقد أخذ عليه العهد بأنه ربه ومالكه ومتعهده بالإصلاح والتربية وصاحب الحق في وضع الشريعة والمنهاج الذي يجب أن يخضع لها حياته وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذدية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون سورة الأعراف الآيات من الثانية والسبعين والمئة إلى الثالثة والسبعين والمئة وصاحب الحق في وضع الشريعة الشريعة هي كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية إذن فالغاية قد تحددت بوضوح أن الإنسان قد خلق ليكون عبدا لله الواحد القهار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الزاريات الآية السادسة والخمسون ولن تكون العبودية كاملة إلا إذا حقق المرء قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ونحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من سورة الأنعام وذلك يعني أن غاية النشاط الإنساني بما في ذلك طلب العلم لا بد أن تكون محكومة بالقاعدة الشرعية وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك سورة القصص الآية السابعة والسبعون ومن هذا المنطلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أرضا بما يصمع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هاشية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي انتهت الحاشية ومن هذا المفهوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب حاشية رواه أبو داود ماجه وهو ضعيف كما قال في الزوائد وروا القطعة الأولى منه الإمام مسلم في صحيحه انتهت وفي هذا المعنى قال معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبع لأهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقوام فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تنسحهم ويستنفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء حاشية قرواه ابن عبد البر في كتاب العلم وقاله حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي ورويناه من طرق شتى مرفوعة عن معاذ بن جبل قلت وهو الأشبه انتهت الحاشية ودور العلم الإسلامية ليست مطالبة بتحديد الهدف ولا ابتداء المنهج ولا ابتكار مادته وإنما أمامها كتاب الله تعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عليها إلا تطبيق المنهج وتهيئة الظروف والوسائل والأدوات الكفيلة بهذا التطبيق وهذا التطبيق لا يأتي إلا بعد استيعاب المنهج وفقهه وأصالة أي منهج تعليمي في أي بلد إسلامي لا مقياس له سوى هذا مدى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيعاب مضمونهما وعدم الخروج عليهما وعدم الخروج عليهما بما يناقضهما مع تعرض الأمة المسلمة للغزو الفكري والعسكري لخدمة أهداف غير أهداف الأمة المسلمة التي حددها القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومما لا شك فيه أن انفصام مناهج التعليم عن القرآن والسنة وابتعادهما التدريجي عن الأخذ المباشر عنهما قد أدى إلى توجه المناهج توجها غير إسلامي مع تعرض الأمة المسلمة للغزو العسكري والفكري بحيث أصبحت لها مناهج بديلة عن كتاب الله عز وجل هذا الانفصام جر على التربية نتائج خطيرة ما كانت لتحدث لو ظل القرآن والسنة هما محور المنهج ومصدره إن التزام المنهج بكتاب الله وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمي التربية من السقوط والدمود الذي انتهت إليه والذي نشاهد نتائجه الآن في المجتمعات المعاصرة ولكي يمكن للعلوم التاريخية والحضارية بما في ذلك الجانب المادي وهي الدراسات الأثرية أن تؤدي دورها في إعداد الفرد المسلم لبنت المجتمع الإسلامي وبمعنى أدق صياغة أفراد المجتمع من الناحية السلوكية والخلقية والعقلية طبقا للنموذج الذي رسمه الإسلام للفرد المسلم لا بد أن تعود لها أصالتها الإسلامية والأمة المسلمة ليست مخيرة في ذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم سورة الأحزاب وهذا هو السبيل ولا طريق سواه إذا رمنا إعداد جيل مسلم يتحمل أمانة الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله في الأرض كل الأرض هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلة والله عزيز حكيم الفصل الأول المنهج الإسلامي للدراسات التاريخية في ضوء الدراسات المعاصرة ضرورة شرعية إن العلوم الشرعية علوم الكتاب والسنة ومنها التوحيد والفقه وأصول الفقه وغيرها تعلم الدارس المسلم والمعلم المسلم كيف يزن الأمور بميزان الإسلام ميزان الكتاب والسنة وينشئ لدى الدارس والباحث المسلم الخشية لله والفهم والإدراك لمعالم الحلال والحرام والحق والباطل والغث والطيب لذلك فإن قاعدة من العلوم الشرعية ضرورية ولازمة لكل دارس وباحث خاصة هؤلاء الذين يدرسون علوما بمعزل عن العلوم الشرعية بين قوسين وما كان يجب أن يحدث ذلك كما أن خضوع الأقسام المختلفة في الكليات والجامعات لنظام الله وشرعه واجب على اعتبار أن الإسلام نظام حياة شامل عقدي وثقافي وتعليمي وسياسي واقتصادي وإلى غير ذلك من شؤون الحياة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون والوجوب يتأكد في حق أقسام التاريخ الإسلامي الذي اتبع في كتابته ودراسته وتدريسه القائمون على ذلك ووضعوا مناهجه ومراجعه اتبعوا طرقا استشراقية وغير إسلامية بل يمكن القول بأنها معادية للإسلام وتسعى إلى تقويض بنيانه لا مكنهم الله من ذلك هامش ثم جعلناك على شريعة من الأمر من سورة الجاثية انتهى هذه المناهج بمفرداتها ومراجعها تعكس لنا انحرافا في التصور لدى أصخابها نتيجة عدم إقرارهم وقد يكون ذلك راجعا إلى جهلهم بشمولية الدين الإسلامي ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء سورة النحل والذين يستطيعون أن يقوموا هذا الانحراف وأن يقفوا في وجه استمرار التساع زائية انفراجه بصورة أضحت تهدد حياة المسلمين في كل مكان هم أساتذة العلوم الشرعية أو العلماء المسلمون وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عادت الأمم والشعوب بحياتها كلها لنظام الإسلام وشرعه تستلزم منه العون والتوجيه في منهج التعليم ومراجعه ومصادره وهذا ليس بمستحيل أو غير ممكن فأمامنا نموذج من الأمم المعاصرة التي بلولت التوجيهات الربانية فيما يعتصل بسياسة التعليم في الإسلام إلى مواد ينادي بها دستور الدولة هي المملكة العربية السعودية ولقد أوجبت السياسة الشرعية للإسلام والتي بلورتها السياسة التعليمية للمملكة في مواد منها هامش الوثيقة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي عام ثمانية وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة والتي تحدد المسار الذي يجب أن يتمشى بموجبه التعليم في كل المراحل وتنص المادة الأولى على السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متكاملا للحياة امتهى الهمش من هذه المواد ألف ضرورة توجيه العلوم بمختلف أنواعها وموادها منهجا وتأليفا وتدريسا وجهة إسلامية في معالجة قضاياها والحكم على نظرياتها وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من الإسلام ومتنسقة مع الفكر الإسلامي السديد المادة الثانية عشرة با غاية التعليم فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملا وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم وبالتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصاديا وثقافيا وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه وهي المادة الثامنة والعشرون جيم تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخلاص العبرة منه وبيان وجهة الإسلام فيما يتعارض معه وإبراز المواقف الخالدة في تاريخ الإسلام وحضارة أمته حتى تكون قدوة لأجيالنا المسلمة تولد لديها الإيجابية وهي المادة السابعة والأربعون دال النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يطوع العلوم لخدمة الفكرة الإسلامية ويمكن البلاد من دورها القيادي البناء لحضارة الإنسانية على مبادئها الأصيلة التي تقود البشرية إلى البر والرشاد وتجنبها الانحرافات المادية وهي المادة السابعة والتسعون والمئة ها ينبغي أن تكون المناهج منبثقة من الإسلام ومن مقاومات الأمة وأسس نظامها موافقة لحاجات الأمة ترمي إلى تحقيق أهدافها المادة السادسة والتسعون والمئة واو يكون الكتاب منسجما مع مقتضيات الإسلام سليما اللغة وفيا بأهداف المجتمع ومقاصده العلمية والعملية والخلقية المادة الثامنة والتسعون بعد المئة فأين مناهج ومراجع أقسام التاريخ في العالم الإسلامي من هذه المبادئ الإسلامية الواجب أخضوع المسلمين لها والسير على هديها إن الفصل بين الدراسات الشرعية والدراسات التاريخية قد أدى إلى أن تقوم الدراسات التاريخية المعاصرة في العالم أجمع وفي البلاد الإسلامية على وجه الخصوص على الأساس الذي وضعته المدرسة الاستشراقية التي تقوم على أكتاف اليهود والنصارى يعاونهم في ذلك كثير من أبناء العرب والمسلمين فلقد تبنت الدراسات للتاريخية المعاصرة المناهج الاستشراقية وأساليبها في عرض المادة التاريخية وتفسيرها فنشأ عن ذلك أجيال من خريج الجامعات وأساتذة التاريخ لا يعرفون أحكام دينهم ولا يشعرون بأي صلة تربط هذا التاريخ بدراسة الشريعة وأحكام الإسلام وأكبر دليل على ذلك ما نسمعه من استنكار صلة الدين الإسلامي بالتاريخ إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ هذا الدين الواحد وهو الإسلام إن الدين عند الله للإسلام سورة آل عمران وهو تاريخ تطبيق هذا الدين تاريخ تطبيق شريعة الله إلى أبناء آدم عليه السلام تاريخ الصراع بين الحق والباطل بين حزب الله وحزب الشيطان تاريخ انتصار الرسل والدعاء في دعوتهم إلى الله عز وجل واندحار موجات الكفر وأهله تاريخ أمم عرفت أوامر الله ونواهية ولم تلتزم بها فكان عاقبة أمرها خسر تاريخ رجال لا يخشون في الله لوم تلائم وعلماء جندوا علمهم لله وآخرين عتوا عن أمر ربهم وباعوا أنفسهم للشيطان وجعلوا دين الله مطية لأهوائهم ورغباتهم فاعطغوا وتجبروا وظنوا أنهم قادرون على كل شيء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ومن هنا تأتي العلاقة بين التاريخ والدين وهي علاقة وثيقة إن التاريخ الإسلامي يروي لنا تاريخ العقيدة الصحيحة وجزاء من يلتزم بها ويقاتل من أجلها وجزاء من يعرض عنها ويصرف الناس عنها إن الذين يكتبون ويدرسون التاريخ بمعزل عن العلوم الشرعية الإسلامية يجردون الدراسات التاريخية من التصور العقدي الإسلامي ويقطعون الصلة الوثيقة بين التاريخ والدين رغم أن التاريخ هو خادم للدين وعلومه الشرعية فالتاريخ عند هؤلاء المتمردين على دين الله عز وجل هو مجرد سرد لأحداث ووقائع تم التعليق عليها أو تفسيرها تفسيرات بعيدة عن المنهج الرباني لأن الذي يقدمها أصلا سواء كان مراجعا أو أستاذا هو جاهل بالمنهج الرباني جاهل بالسنن الربانية في الكون وفي حياة الأمم والشعوب والأفراد جاهل بالسنن الربانية في التمكين للأمم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا جاهل بالسنن الربانية في تنحية الأمم عن مواقع القيادة الآية من سورة النور يقول سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم من سورة محمد ويقول تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور سورة سبا وأكد دليل على ما ذهبنا إليه هو الدراسات التاريخية المعصرة منهجا ومرجعا ومصدرا التي تقدم لنا الدليل على أنها تأثرت بكل فكر ونظرية معادية للإسلام غربية كانت أو شرقية فأنكرت الخالق عز وجل وجعلت من أنبياء الله ورسله مصلحين مع نفي رسالة والوحي بل جعلت منهم سفاك الدماء والسكيرين والزناه والدياييث وجعلت من بعضهم تاريخا أسطوريا لا أصل له نوصل القراءة في ما على أدرسات التاريخية المعاصرة من نقد هذه الدراسات التاريخية المعاصرة تطاولت على الصحابة والدعاء فشوهت تاريخهم وزيفته وجعلتهم مادة للسخرية والاستهزاء وعصفتهم وفسرت أعمالهم وأفعالهم بتفسيرات مادية ماركسية وقومية وتجاهلت أو تعمدت تماما أن تبايد التفسيرات العقدية الإسلامية بل إن وجدت تفسيرات حدث بها رب العزة عز وجل في كتابه الكريم في صراحة ووضوح أهملتها وتجاهلتها أو شككت فيها إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ عقيدة ونظام حياة شامل لها سماتها وخصائصها وميزاتها ولذلك فمن لم يكن له قاعدة فكرية وثقافية من العلوم الشرعية وفهم للسن الربانية يجيء فهمه لأحداث التاريخ وتفسيراته لها مجافيا للصواب كما سنرى بإذن الله إن التاريخ الإسلامي هو الصورة التطبيقية للإسلام وهو الوثيقة الصحيحة على نجاح الإسلام كمنهج للحياة صالح لكل زمان ومكان ولا يستطيع أن يفهم التاريخ الإسلامي أو يكتب فيه أو يدرسه دراسة صحيحة من هو جاهل بالإسلام وشريعته وعقيدته إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ تطبيق الشريعة الإسلامية التطبيق الواقعي فعل ما كان بها الالتزام انه تاريخ الامم والشعوب التي كانت تعيش بالاسلام وعلى الاسلام وكل انحراف عن الطريق السوي اصاب هذا التاريخ كان نتيجة للانحراف عن تلك الشريعة الربانية فدراسة التاريخ هي دراسة للاسلام من الناحية التطبيقية وهي دراسة للذين اخلصوا له وللذين اساءوا اليه من داخل الامة او خارجها والدليل على الاتهام وما نجده في المؤلفات التاريخية ومناهجها فالمؤلفات التاريخية المعصرة تفتقد العرض الذي يقوم على اساس العقدة الاسلامية لان فقد الشيء لا يعطيه كما انها تمتلئ بتفسيرات غير اسلامية او مناهضة للاسلام سواء كانت مادية ماركسية او قومية وضعها في الاصل اعداء الاسلام لهدم هذا الدين الذي هو نظام شامل وجاء ابناء المسلمين يطبقون نفس الخطوة في مؤلفاتهم يخربون دين امتهم وحضارتهم بايديهم ولقد نفذوا المخطط وتجاهلوا او لم يتجاهلوا الهدف وراء هذا المخطط ونظرة سريعة على انتاجهم الذي يسمونه علمية نجد انهم قد ارخوا لبداية تاريخ الانسانية فاجعلوه تاريخ مجموعة من الحيوانات تطورت عن الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعة هامش انظر للمؤلف اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ الاسلام دين الله في السماء والارض دار الوفاء انتهى الهامش كما حولوه الى تاريخ وثني جاهلي محض لا وجود فيه لدين هو الاسلام اوجب الله على البشرية اعتناقه ولا وجود لرسل ولا لانبياء ولا لوحي ولا لاله واجب التعبد له اما ما يسمونه بالتاريخ الوسيط وهو تاريخ العصور المظلمة والاقطاع وتصلت الكميسة في اوروبا فجعلوا فيه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسموها عصر النبوة وجعلوا فيها الخلافة الراشدة وسموها عصر الراشدين والدولة الاموية والدولة الثلعباسية وعرضوا تاريخ امة الاسلام في هذا العصر على انه تاريخ صراع بين الصحابة والتابعين وغيرهم وعصر فتوحات اهدافها اقتصادية وقومية وترف ومجون الى غير ذلك حتى ان النقاش العادي بين صحابي واخر وصفوه بانه نزاع وصراع تبادل الرأي بين صحابي واخر وصفوه بانه فتنة وصفوه بانه مؤامرة صلة الاضواء بخبث على القصر على العاصمة وتجاهلوا العالم والقائدة والجندية والشعب لقد تجاهلوا مآثر القصر وخشية الحكام لله عز وجل واحترامهم للعلماء لقد اهملوا كل ذلك بل اعتبروا اهماله واجبة لان ذلك ليس من التاريخ ولكنه من الدين لقد خلف لنا ابو جعفر محمد بن جريم الطبري تاريخ الرسل والملوك وقبلها خلف لنا جامع البيان من تأويل احكام القرآن وكتبا في الفقه والحديث بل ويقال انه قد ألف في العروض وجمع ابو جعفر في كتابه ما وقع عليه من روايات تاريخية ونبه القارئ والدارس والباحث الى ضرورة جرح وتعديل الرواية التاريخية قبل استخدامها والاعتماد عليها لانه قد اسند ومن اسند فقد حملك وقال في مقدمة كتابه فما في كتاب هذا من خبر يستنكره قارئه او يستشمعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحة فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا وانما اتي من قبل بعض ناقليه الينا اننا ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا هامش تاريخ الرسل والملوك الجزء الاول الصفحة الثامنة انتهى الهامش ماذا كان موقف كتاب التاريخ المعاصرين من استخدام هذه الروايات لقد استخدموا الروايات الضعيفة التي تخدم اهواءهم وتخدم المخططات الاستشراقية واهملوا ما قاله الطبري واهملوا الاشارة الى السند واهملوا جرحه وتعديله فجاء التاريخ الاسلامي مشوه محشوا بالكذب والافتراء على هذا الدين واهله اليس في هذا درس كاف لنا لكي لا نجرد التاريخ وهو تاريخ الاسلام من ضوابط العقيدة والشريعة لقد ترتب على هذا التزييف والتشويه تربية اجيال تفصل بين الدين والحياة بين الدنيا والاخرة بين العلم والدين وتنادي العلم للعلم والفن للفن والادب للادب وترسم البحث العلمي دائرة مستقلة لا دخل فيها للدين وفي ظل هذا التصور لا حرج على الانسان ان يبحث في اي شيء ولو كان حراما او عقيما لا خير فيه ولا حرج على المشتغل بالتاريخ ان يتطول على الشريعة وعلى دين الله بل وعلى انبياء الله وعلى صحبة رسول الله بحجة الموضوعية الانمية قاتلهم الله انا يؤفكون سورة التوبة الاية الثلاثون لا حرج على المشتغل بالتاريخ ان يهمل المعجزات الربانية التي ايد الله بها انبياءه واولياءه بحجة العقلانية ولا حرج على المشتغل بالتاريخ ان يصف الانبياء بالمصلحين واخبار القرون الاولى التي بيانها الله في كتابه الكريم بل الاساطير والقصص الشعبي وهذا ما سندلل عليه على الصفحات التالية لان الله سبحانه وتعالى قد اكرمنا بدين علمنا انه لاتهان بدون دليل لانه يترتب عليه اقامة حدود فالذين يعتدون على دين الله وعلى ذات الله وعلى عسل الله وعلى صحابة رسول الله ويشويهون الحقائق ويفسدون تاريخ الامة المسلمة يجب ان يستتابوا ويعزروا ان لم يرتدعوا ويتوبوا الى الله عز وجل ويردعوا عما كتبوا هامش اعصار المسلول على شاتم الرسول تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية توزيع دار الاتصام حكم سب صحابة رسول الله الكفاية تأليف الامام الحافظ ابو بكر احمد ابن علي ابن ثابت ابن الخطيب البغدادي المولود سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة والمتوفى سنة ثلاث وستين واربعمائة هجرية الهند سنة سبع وخمسين وثلاثمائة والف للهجرة الصفحة السادسة والاربعون الى التاسعة والاربعين الفصل الثاني فحص بعض الموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج التي تعرض لها التاريخ الاسلامي بمعزل عن المنهج الاسلامي للدراسات التاريخية معظم كتاب هذه الموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج ينطلقون من منطلقات فكرية معادية للاتجاه الديني عموما وللمعتقد الاسلامي على وجه الخصوص وهي الف انكار وجود الله عز وجل باء تجاهل ابوة ادم عليه السلام جين هدم الدين الاسلامي والزعم انه من اختراع العقل البشري ويدخل في ذلك التشكيك في كون الاسلام نظاما صالحا لكل زمان ومكان دال تشويه وتزيف تاريخ الامة المسلمة ومن ذلك الف تشويه تاريخ الرسل والانبياء عليهم السلام باء تشويه تاريخ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم والطعن في عدالتهم جين تشويه تاريخ الدعاة المجاهدين والحكام الصالحين ومنهجنا في فحص هذه المراجع يقوم على اساس اولا اختيار بعض المراجع التي كتبها المستشريقون جنبا الى جنب مع بعض المراجع التي كتبها ابناء العرب والمسلمين ليدرك القارئ من خلال فحص بعض الصفخات لكل مرجع ان ما كتبه ابناء العرب والمسلمين هو امتداد لما كتبه المستشريقون اليهود والنصارى والمنحدون ثانيا نظرا لضخامة العمل المطلوب القيام به في حق الدراسات التاريخية فقد اكتفينا بفحص صفحات قليلة من كل مرجع وان كان ذلك لا يغني عن فحص كل صفحات المرجع لمعرفة الشبهات ومحاولة الرد عليها ولكن حسبنا اننا قد وضعنا اقدام الراغبي في معرفة حقائق التاريخ الاسلامي على الطريق ونبهنا امة الاسلام الى خطورة الهجمة الفكرية غير الاسلامية التي تباشر تدميرها لفكر الامة الاسلامية في عقر دارها والتي تصد بني البشر عن معرفة الدين الصحيح الذي يطالبها الله سبحانه وتعالى باعتناقه وهو الاسلام ثالثا محاولة تفنيد الشبهات التي اوقعها المغرضون بالتاريخ الاسلامي مع الرد عليها في ضوء العقيدة الاسلامية اي ان المعيار الذي على اساسه قمنا بتقوين ما كتبته المراجع في التاريخ الاسلامي قد استقينه من الكتاب والسنة لانه النزان الذي لا يميل مع الاهواء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سورة البقرة رابعا اعطاء بعض المصادر الصحيحة والمراجع الحديثة التي يمكن ان تعين القارئ والباحث في التعرف على الاخبار الصحيحة فيما يتصل بالتشويهات والتزيف الذي اوقعه كتاب المراجع باحداث التاريخ الاسلامي وذلك في نهاية الكتاب الجزء الاول الموسوعات التاريخية التي تم فحص بعض مجلداتها هي تاريخ العالم تأليف عدد من اساتذة الجامعات اشرف على اعداده جون اي هامرتون معالم تاريخ الانسانية تأليف عدد من اساتذة الجامعات اشرف على اعداده ايش جي ويلز موجز تاريخ العالم تأليف ايش جي ويلز موسوعة تاريخ العالم اعداد لانجر الموسوعة الاثرية العالمية تأليف ليونرد كوترول نبدأ في الجزء الاول بالموسوعات التاريخية التي تعالج تاريخ الانسان والدين والمدنيات بمعزل عن التصور الاسلامي اذا رغب انسان مسلم في تنمية ثقافته التاريخية والحضارية عن طريق المراجع التقليدية او عن طريق دور العلم سواء اكانت كليات جامعية او غيرها عن الموضوعات التالية تاريخ الانسان منذ اقدم العصور تاريخ الدين والعقيدة منذ اقدم العصور تاريخ المدنيات منذ اقدم العصور الى غير ذلك من الموضوعات التاريخية سوف يجد نفسه في مواجهة افكار ومفاهيم تتعارض والفكرة الاسلامية التي ينطوي عليها صدره بل تتعارض والفكرة الاسلامية التي ينطوي عليها صدره وان كان مضطرا ان يستوعبها ويختبر فيها للحصول على اجازته الدراسية من هذه الافكار والمفاهيم التي تخالف الشريعة الاسلامية واحد لا خالق لهذا الكون هنش اذا رغب انسان مسلم في تنمية ثقافته التاريخية والحضارية بما في ذلك الاثرية وعند الحديث عن الكليات خاصة اقسام التاريخ والاثار بكليات الاداب والعلوم الانسانية التي يدرس فيها مواد ما يسمى بالتاريخ القديم الشرق الادنى القديم مصر الفرعونية العراق القديم الاشريون البابليون العرب في الجاهلية بلاد الشام القديم الكنعانيون العبرانيون اليونان والرومان والاثار القديمة ولا يعني ذلك ان دراسة هذه المواد يقتصر على تلك الكليات فقط فلقد تسلل الكثير منها الى معظم الكليات الجامعية ودور العلم بما في ذلك الكليات الازهرية والجامعات الاسلامية انتهى الهمش من هذه الافكار والمفاهيم التي تخلف الشريعة الاسلامية واحد لا خالق لهذا الكون اثنان الانسان من سلالة الحيوان القرد وانه تطور عن الاحياء الدنيا التي نشأت في البرك والمستنقعة على مدار ملايين السنين ثلاثة ان الانسان القرد كان في بداية نشأته محدود التفكير لا يتعدى تفكيره تفكير طفل صغير بلغ الخامسة من عمره ولم يكن يميز بين الجمادات والكائنات الحية اربعة ان الانسان الحيوان لم يكن لديه الا القليل من الحديث واللغة خمسة ان الانسان البدائي كان وثنية تخيل له الهة على قدر نضوجه الفكري ثم تطورت هذه الافكار الى ان وصل الى نفهوم الدين ستة ان الانسان قد اخترع الزراعة واستأنس الحيوانات البرية الى غير ذلك مما نجده مبسوطا في كتب التاريخ القديم والاثار هنش سنرد على ذلك تفصيلا في ابحاثنا اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ ان شاء الله انتهى وسوف نستعرض بعض هذه الافكار والمفاهيم غير الاسلامية نصا من خلال بعض المراجع ذائعة الصيط في هذا المجال في مكتبات دور العلم مع التعليق عليها احيانا هنش ان الهدف من بسط الحديث هنا عن هذه المراجع التي تحوي كفرا صراحة وغزة المسلمين في دور علمهم هو استبعادها وتطهير مكتبات المسلمين منها ومنهم يسير على منهجها لان استمرار وجودها والسماح لابنائنا بالاطلاع عليها ودراستها سوف يترتب عليه تربية اجيال لا تعرف لها رب ولا ترتضي لها دين انتهى الهامش اولا تاريخ العالم اشرف على اعداده جون اي هامرتون واقام بتأليفه لفيف من اساتذة الجامعات منهم جي مكولي تروليان فلندرز بطري جي ايش جينز جي او گري دي ار واتسون ارثال كيث ايش جي فلير دي مارت دون فريزر اليود سميث هارل لسكي ليونرد وولي كامبول تومسون بيرترون ويندول واقام بالترجمة بعض الاساتذة هم محمد بدران عبد الحميد يونس محمد ابراهيم الدسوقي محمد عوض محمد ابراهيم زكي خورشد المجلد الاول الطبعة الثانية دار الثقافة بوزارة التربية والتعليم مكتبة النهضة المصرية وقد حاول آرثر كيت دكتوراه في الطب والعلوم والقانون ان يكتب عن تطور الانسان فازعم بالحرف الواحد علم الانسان يتظفر مع علم التشريح على اثبات ارتقاء الانسان ارتقاء بطيئة من الاحياء الدنيا الصفحة الثالثة والاربعون من هذا الكتاب وتحدث الكاتب عن مراحل التخليق التي مر بها الانسان فذكر الاشكال المحارية الدنيا التي اتخذت لنفسها درعا حجرية تعتصم بها من اعدائها المفترسة اكلة اللحوم ثم تأتي بعدها القشريات ذوات الغلاف القرني وذوات الفصوص الثلاثة ويكلوها مصعدا في مراق الحياة السمك ذو العمود الفقري والهيكل العظمي الداخلي ومن هذه الكائنات الاخيرة فاريق اضطره تقلص البحيرات في زمان طال جفافه اضطره ذلك ان تنشأ له رئات واطراف فتطورت بذلك الى حيوانات قوازب اعمرت الغابات الفحمية الكبرى الصفحة السادسة والاربعون ثم تحدث الكاتب الاستاذ الدكتور تحت عنوان تغيرات خطيرة في الاشكال الحية ولقد كان التغير الذي طرأ على المناخ هو في الارجح الذي دفع ببعض الحيوانات القوازب البرمائيات ان تخطوى الخطوة الخطيرة فتقطع صلتها بالماء وتصبح بكليتها برية الصفحة السادسة والاربعون ثم يتحدث الكاتب عن الزواحف والحيوانات المهولة والحيوانات الثدية ليصل الى اسلاف النوع الانساني فيقول وفي مستهل دهر الحياة الحديثة ظهرت جماعة من المخلوقات الصغيرة لنا العذر في ان نقص اهتمامنا عليها لان الغالب على الظن انها اسلاف لنوع من القردة لم نهتدي اليه حتى الان وعن هذا النوع نشأت انواع القردة البشرية الحديثة ونشأ الانسان نفسه الصفحة السادسة والاربعون وتحدث الكاتب عن الانسان القرد حاشية العجب ان الدكتور عبد الفتاح محمد هيبة يقول في كتاب مصر والعالم القديم في الصفحة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين ان العلم الحديث يؤكد ان تركيب الانسان يشبه كثيرا تركيب جسم القرد العلوي انظر ايضا المدخل الى التاريخ تأليف نور الدين حاطون ونبيه عاقل في الصفحة الحادية والثلاثين وانتهت الحاشية وتحدث الكاتب عن الانسان القرد في الصفحة الثانية والستين والمئة كما تحدث عن اختراع الزراعة في الصفحة الثامنة والاربعين وان اختراع الدين في الصفحة التاسعة والاربعين كل ذلك في كتاب تاريخ العالم ثانيا معالم تاريخ الانسانية التي اصدرها اتش جي ويرلز وشارك في تأليفها مجموعة من اساتفة الجامعات منهم وقام على ترجمتها الدكتور عبدالعزيز دوفيق جاويد الطبعة الثالثة القاهرة سنة سبع وستين وتسعمائة والف يتحدث المجلد الاول في موضوع منه كيف تكون الانسان القردة واشباه الانسان والانسان كان موضوع عصد الانسان وعلاقته بالحيوانات الاخرى مثار جدل ونقاش شديد طيلة السنوات الاخيرة والرأي السائد بين العلماء هو ان الانسان ينحدر من اسلاف ادنى منه مرتبة شأنه في ذلك شأن سائر الثديات وانه والقردة الكبيرة منها الشامبانزي والورينج أوتنج والجوريلا كان لها جميعا يوما ما جد مشترك وان هذا الجد قد تطور من اشكال ادنى منه ايضا اي من نمط من اماط الثديات القديمة انحضر هو ايضا من زاحفة ذات هيئة حيوانية وهذه نفسها انحضرت ايضا من سلسلة البرمائيات وهذه بدورها من الاسماك البدائية ولقد صيغ الانسان فصار الى هذه الحالة التي نراه عليها اليوم من القوى والمواهب والامال خلال ملايين وملايين من افراده مرت في الحياة تباعا وفي موضع اخر من الموسوعة التاريخية يقول ماذا كان رأي الانسان في نفسه وفي العالم اثناء تلك الايام الخوالي لم يكن يفكر في بادئ الامر في اي شيء عذا الاشياء التي تمسه مباشرة فلم يكن يشغله بادئ الرأي الا التفكير مثلا في طريقة للخلاص من الدب اذا اعترض الدب طريقة وقبل ان تتطور لغته الى حد ما لم يكن بقادر الا على الشيء القليل من التفكير الذي لا يتجاوز نطاق الخبرة العملية البحتة لان اللغة هي اداة التفكير والراجح ان الانسان الاول كان قبل ان يستطيع الكلام كان يرى الاشكال واضحة بينة ويقلد ما يرى بغاية المهارة ويأتي بالحركات والايحاءات ويضحك ويرقص ويعيش من غير اعمال اي فكر عن ايان جاء ولماذا يعيش كان يخشى الظلام لا جرم وكان يأتي امورا يستجلب بها رضاء الاشياء التي كان يخشاها او يغير بها طالعة ويدخل بها السرور على القوى الوهمية التي خالها في الصخر والوحش والنهر الصفحة الثالثة عشر بعد المئة من معالم تاريخ الانسانية ولم يكن تمييزه بين الكائنات الحية وبين الجمادات تمييزا واضحا جليا فاذا آذته عصى لكزها بقدمه وان ارغى النهر وفاض ظنه عدوا مبينة وكان فكره فيما يرجح قريبا جدا من مستوى عقل طفل صغير ذكي في الرابعة او الخامسة من عمره فكان له نفس مال الطفل من عدم تعقل ومن تقلب اهواء ولكن لم يكن لديه الا القليل من الحديث واللغة الصفحة الرابعة عشر بعد المئة من نفس المرجع وتحت عنوان الاصول المعقدة للديانات في الصفحة الثالثة والعشرين والمئة من هذه البداية تطورت الديانات ذات القوانين الموسمية التي لا تزال بين ظهر عمينة ومن كل هذه العوامل ومن تقاليد الرجل الشيخ ومن العواطف التي تحيط بالنساء من اجل الرجال وتحيط بالرجال من اجل النساء ومن الرغبة في الهرب من العدوى والنحس ومن الرغبة في القوة والنجاح بطريق السحر ومن تقاليد التضحية في اوان البذار ومن عدد اخر من العقائد والتجارب العقلية والافكار الخاطئة المماثلة لهذه التجارب والافكار اخذ شيء معقد ينمو ويترعرع في حياة الناس وشرع في الوقت نفسه يضم بعضهم الى بعض من الناحيتين العقلية والعاطفية في حياة وعمل مشتركين هذا الشيء نستطيع ان نسميه الدين وقد نمت الديانة كما تنمو كل مصلحة انسانية ويعنينا انه اتضح للقارئ مما سبق بيانه انه لم يكن في مقدور الانسان البدائي بل اسلافه القرده واسلافه من الثديات ان يكون لديها اي فكرة عن الرب او الدين فلم يستطع ذهنه ولا قوى فهمه ان تصبح قادرة على تصور هذه الافكار الهامة الا ببطء شديد فالدين شيء نما مع الترابط الانساني وعن طريقه فقد كان الانسان وما يزال يكشف عن الله هانش يقول بهذه الافكار جي جي فريزر رائد مقارنة الاديان وغرانت الان في كتابه تطور الاله وهو يسير فيه على منهج هيربرت سبينسر كذلك اي بي تايلر في كتابه الثقافة البدائية وكذلك اي اي كرولي في كتابه شجرة الحياة انتهى الهامش ثالثا موجز تاريخ العالم تأليف اتش جي ويلز وترجمت دكتور عبدالعزيز توفيق جاويد ومراجعة محمد مأمون القاهرة كتب اتش جي ويلز عن بداية الحياة فقال المصدر الذي نستقي منه الى حد كبير معلوماتنا عن الحياة قبل ابتداء المحافظة على الذكريات والتقاليد الانسانية الاولى هو الاثار والحفريات التي خلفتها الكائنات الحية في الصخور الباقية عصر الاسماك وقديما كانت مسألة النشوء والارتقاء العضوي هذه مثار مجادلات اليمة كثيرة بين الناس على غرار المسألة المتعلقة بعمر الارض حتى لقد اتى على الناس حين من الدهر كانوا يظنون فيه ان الاعتقاد في النشوء والارتقاء العضوي لا يستقيم لعلة لا نعلمها وتعاليم المسيحية واليهودية والاسلام الصحيحة وقد انقضى ذلك الزمان واصبح اشد الناس تمسكا بالعقائد الكاثوليكية الصحيحة والبروتستانتية واليهودية والاسلامية لا يتحردون في قول هذا الرأي الاحدث والاشمل القائل بان لجميع الكائنات الحية اصلا مشتركة اذ لا يلوح ان الحياة نشأت فجأة على ظهر الغبراء بل ان الحياة نمت ولا تزال تلمو هامش موجز تاريخ العالم الصفحة الثالثة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المات منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف من سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ متابع القراءة في الجزء الاول الموسوعات التاريخية التي تم فحص بعض مجلداتها ونرسل القراءة فيما ورد في معالم تاريخ الانسانية ثم تحدث الكاتب عن عصر الاسماك وعصر مستنقعات الفحم او عصر البرمائيات وعصر الحياة في المستنقعات والبرك عصر الزواحف وعصر الطيور الاولى والثديات هنش هذا من موجز تاريخ العالم من الصفحة الثاني عشرة والخامس عشرة الى الثامنة عشرة والصفحة التاسعة عشرة انتهى الهنش فيقول ويقرر اهل العلم عمر عصر الزواحف بثمانين مليون سنة هنش وكل ما اورده الكتاب من ستين ذراعا وهذه البداية هي صورة الكنون في الخلق الانساني كذلك نفس المرجع ورد فيه في الصفحة الخامسة والعشرين الكلام عن ما يزعو انه قرر اهل العلم عمر عصر الزواحف بثمانين مليون سنة وعصر الثديات القرود والقرد العليا واشباه الانسان الا يؤذي ذلك التصور المسلمين في عقيدتهم ومشاعرهم انتهى الهنش ويقول الكاتب يقسم علماء الطبيعة الثديات الى عدد من الرتب ويجعلنا على رأس هذه رتبة الثديات العليا التي تحتوي على اللمور والقرود والقرد العليا والانسان والاصل في ذلك التصنيف هو وجود اوجه تطابق تشريحية لها ولا دخل فيه لاي صفات عقدية همش نفس المرجع موجز تاريخ العالم الصفحة الواحدة والثلاثون انتهى فنحن ندم كثيرا من الانسان وسنصف لك في الفصل التالي اعجب هذه الانواع المؤذنة بظهور البشر وهم انياند رتاليون القوم الذين كانوا تقريبا وليسوا اناسا حقيقين هش موجز تاريخ العالم الصفحة الخامسة والثلاثون وكل هذه المعلومات يعتمد فيها كاتب التاريخ على علم السلالات البشرية اثم الواجست وعلم الاجناس البشرية انثبالوجي وكلها تقول على ان اصل الحيوان ان اصل الانسان حيوان ترقى من ادنى درجات الحياة عبر ملايين سنين انتهى الهنج وحاول الكاتب ان يتعرف على الفكر البدائي فكيف كان الانسان الاول يشعر بانسانيته في تلك الايام الاولى للمغامرة البشرية وكيف كان الرجال يفكرون وفيما كان يفكرون في تلك الايام السحيقة من الصيد والتجول قبل اربعمائة قرن خلت وقبل ابتداء اوان البذار والمحصول تلك ايام تسبق بزمع مديد كل سجل مكتوب يدون الانتباعات والافكار الانسانية لذا ليس امامنا الان من سبيل الا ان نركنا الى الاستنتاج والتخمين دون غيرهما في اجابتنا عن هذه الاسئلة هنش العجيب ان الكاتب يعترف هنا انه لا سبيل امامه الا الاستنتاج والتخمين اذا لماذا لم يحاول ان يرجع الى رب الانسان ليسأله عن هذا الانسان وتاريخه انه الاعراض عن منهج الله والحرص على ابعاد الانسان عن معرفة ربه وخالقه انظر موجز تاريخ العالم الصفحة الخامسة والاربعون والسادسة والاربعون انتهى والرجح ان الانسان البدائي كان يفكر بطريقة تشبه كثيرا طريقة تفكير الاطفال اعني انه كان يفكر في سلسلة من الخيالات في الصفحة السادسة والاربعين من نفس الكتاب وعلى نمط المرجعين السابقين صارت موسوعة تاريخ العالم هامش تحدث عن العصر الحجري الحديث واقتراع اربع مظاهر جديدة في كل جهة العالم منها الزراعة واستئناس الحيوان في الصفحة الثانية والعشرين انتهى التي اعدها لانجل اي موسوعة تاريخ العالم وترجمها عثمان موية ودكتور راشد البراوي ومحمد علي ابو درة القاهرة سنة احدى وسبعين وتسعمائة المعارف الصفحة الثانية عشرة الصفحات السادسة والاربعون الرابعة والخمسون الخامسة والخمسون الثانية والستون الرابعة والستون والرابعة والسبعون وقصة الحضارة البزو الاول المجلد الاول تأليف والديرنت وترجمة محمد بدران واخرين الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية القاهرة سنة اربعين وستين وتسعمائة مؤلف رابعا الموسوعة الاثرية العالمية تأليف يونيرد كوتريل ترجمة دكتور محمد عبدالقادر محمد ودكتور زكي سكندر ومراجع الدكتور محمد عبد المنعم ابو بكر القاهرة سنة سبعين وسبعين وتسعمائة والف ولقد تحدثت الموسوعة عن عديد من الموضوعات منها واحد القصة العجيبة لتطور الانسان من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية الصفحة السادسة والعشرون اثنان نشر دارو نظرياته عن اصل الاجناس عام تسعة وخمسين وثمانمائة والف كنتيجة لما اسفرت عنه الابحاث الاثرية فيقول وتطلع الناس الى الوراء لا لحدوث خلق الانسان في سنة اربع واربعة الاف قبل الميلاد بل الى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو بالاقرار واثبت الجيوليجيون ان مدة ظهور الانسان العاقل وتطوره بالمقارنة الى عمر الارض في الصفحة الثامنة والعشرين وعلى هذا الاساس حاول علماء الاثار في القرمين التاسع عشر والعشرين ان ينصم صورة لتطور الانسان من الوحشية الى المدنية الصفحة الثامنة والعشرون وفي افريقيا وجدت بقايا لما قبل الانسان وهي بالغة القدم الصفحة التاسعة والعشرون وسحر علم الاثار في العصر الميوليتي وما تراه من العصور يرجع الى انه يتحدث عن اناس كانوا في كثير من النواحي يسبهوننا الى حد كبير اما سحر علم ما قبل التاريخ ثامن نوعا مضاد ففي البدايات الاولى نحن نواجه بمخلوقات ليست من القردة ولكنها ليست ايضا من جنس الانسان الصفحة الرابعة والثلاثون ولا يزال تعريف بني من فرانكلين للانسان صحيحة بانه حيوان صانع للادوات الصفحة الرابعة والثلاثون منذ ثلاثين مليون من السنوات العصر الميوسين عاش في افريقيا نوعا من المخلوقات الشبيهة بالقرود وعوصف باسم بروكو بروكنسو له بعض خصائص تخالف خصائص القرود مما جعل البعض يقترح ان هذا قد يدل على انه ينتمي الى السلالة الرئيسة التي انحضر منها كل من الانسان والقرود الصفحة الخامسة والثلاثون وخلال عصر البلوسين المبكر تطورت اصناف اخرى من القرود بحيث تلاءمت طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر كما تعيش اليوم بعض اصناف القرود غير انه كانت توجد القرود الاخرى فضلت العيش في الخلاء فتطورت اظام حوضها وساقاها الخلفيتان بمرور الوقت الى درجة مكنتها من السيل بسهولة على ساقيها الخلفيتين فقط ومن المعتقد ان هذه الوقفة الرأسية هي التي مكنت من تطوره الى الجنس البشري وعندما تعلم الانسان او شبه الانسان صب مان ان يمشي معتدل اصبحت له حرية استعمال طرفيه الاماميين ويديه فتمكن من التقاط الاشياء وفحصها وتطورت مخالبه الامامية اي يداه تطورا كبيرا بينما لم تتطور قدمه الصفحة الخامسة والثلاثون وهذا المخلوق الشبيه للانسان تطورت عيناه بحيث اصبحت قادرة على ان ترى كل من الاشياء القريبة والاشياء البعيدة واهم من كل هذا تطور عقله وقد انفرد اسلاف الانسان بتطور العقل وبمرور الوقت توقف العقل الانساني عن ان يكون مجرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل الحيوانات الادنى ونسأ عنده وعي ذاتي وقدرة على التفكير التصوري الصفحة الخامسة والثلاثون ويقول عالم مشهور من علماء ما قبل التاريخ ان الوعي العقلية بالنسبة للحيوان نادر كمدرة الدابوق على شجرة البلوط فالانسان هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه ان يقف خارج الشباك ويرى نفسه وهو يتحدث ومنذ ثلاثمائة سنة ذكر طبيب ايطالي يدعى جالياني ان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يهتم ويجد لذة في اشياء لا تخصه الصفحة الخامسة والثلاثون وليس هذا مجال وصف نشوء الانسان وارتقائه من القرد الانساني الى الانسان الفطري ثم من الانسان الفطري الى الانسان البدائي ثم من الانسان البدائي الى الانسان الحديث الصفحة الخامسة والثلاثون وفي جاوى وجد الانسان القرد الذي كان ينشي منتصبا مثل الانسان الصفحة السادسة والثلاثون ولا زلنا لا نعرف لأي جنس ينسب سلفنا نحن المعروف باسم هومو سباينس الصفحة السادسة والثلاثون ثم تحدثت الموصوعة عن استئناس الحيوانات المتوحشة مثل الثوري والشاه الصفحة السابعة والثلاثون وتحدثت الموصوعة الاثرية عن تحول الانسان الصياد الى الانسان المزارع الصفحة السابعة والثلاثون فهناك حقيقة واحدة تبدو واضحة ان الانسان تطور من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية عن طريق حدث بالغ المدرة الا وهو نشأة الوعي ومنه تولد العنصر الروحي الذي اطلق عليه قدماء المصريين الكا ونطلق نحن عليه اسم الروح وبالرغم من التعليق الساخر للجراح الشهير الذي قال عندما كان يشبه جسم بشرية انه فشل في الوثور على اثر للروح فان الكثيرين جدا منا مقتنعون بكايمونتها ومهما كان الامر فانها هي النبع الذي تنبثق منه شرائعنا والاخلاق والقوة المحركة خلف تلك الاعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التي لا توجد لدى الحيوانات والتي هي دون الانسان مرتبة الصفحة الواحدة والاربعون فليس علم الاثار اذا مجرد وسيلة للهروب من الحاضر او التنقيب عن الماضي لمنية المنسي ولكن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا الصفحة الواحدة والاربعون اول دينة توحيد في التاريخ هي عبادة قرص الشمس اتن او اتون الصفحة الثالثة والخمسون تعليق وهكذا تتعاون الدراسات الاثرية مع التاريخ القديم في تعميق الالحاد والكفر في نفس القارئ والدارس فالملاحظ ان الدراسات الاثرية اولا وراء نظرية اللشوء والارتقاء التي وضعها اليهودي داروين ثانيا التشكيك في الروح الانساني وان عزي اليها شرائعنا الاخلاقية والقوة المحركة خلف تلك الاعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التي لا توجد لدى الحيوانات والتي هي دون الانسان مرتبة ثالثا ان علم الاثار هو الوسيلة لزيادة فهمنا لانفسنا بدلا من الرجوع الى الله تعالى رابعا ان عبادة قرص الشمس اتون سنة خمسين واربعمائة والف قبل الميلاد هي اول ديانة توحيد في التاريخ رغم ان عبادة قرص الشمس شرك بالله عز وجل والتوحيد الحقيقي هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وكان بودنا ان نستطلع رأي علماء المسلمين الصادقين عن حكم الاسلام في هذه الاقوال والافكار الواردة في هذه الموسوعات التاريخية والاثرية وحكم تناقم فيها او تربية ابناء المسلمين عليها او السماح بوجودها في مكتبات المسلمين هامش انظر للتصحيح اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ الرسالة الاولى انتهى الهامش الجزء الثاني المبحث الاول المراجع التي تم فحص القليل من صفحاتها هي الدعوة الى الاسلام تأليف تومس ارنولد الحضارات الثانية القديمة تأليف اس موسكاتي تاريخ العرب العام تأليف سيديو تاريخ العرب المطول تأليف فلب حتى تاريخ مسلم اسبانيا تأليف دوزي حضارة العرب تأليف قصة الحضارة تأليف الحضارة العربية الاسلامية تأليف دكتور علي حسن الخربطلي الشرق الخالد تأليف دكتور عبد الحميد زايد العرب قبل الاسلام تأليف دوجي زيدان الموسوعة العربية المنسرة تأليف عدد من اساتذة الجامعات سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين تأليف دكتور حسن صبر الخولي تاريخ التمدن الاسلامي تأليف دوجي زيدان تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي تأليف دكتور حسن ابراهيم حسن دراسات تاريخية من القرآن في بلاد العرب تأليف دكتور محمد بيومي مهران حضارة مصر والشرق القديم تأليف دكتور محمد انور شكري واخرين خلافة بني امية تأليف نبيه عاقل فجر الاسلام تأليف احمد امين قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس تأليف دكتور السيد عبد العزيز سالم بعض هذه المراجع تحرص على هدن القرآن معجزة الاسلام عن طريق التشكيك في صحة بعض الاخبار التاريخية التي اوردها القرآن ومن هذا انكار حالثة تحطيم سد مأرب نتيجة سيل العرب الذي عاقب الله به اهل مأرب بسبب كفرهم والزعم بان ذلك حدث نتيجة لعوامل الزمن واهمال الترمين هانش جورجي زيدان العرب قبل الاسلام الصفحة الاربعون والمئة السادسة والسبعون والمئة والسابعة والسبعون والمئة تاريخ التمجن الاسلامي الصفحة السابعة والعشرون حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي الطبعة الثامنة القاهرة سنة اربعين وتسعمائة والمئة الصفحتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون انتهى وميانوا الامر انه كان يوجد بالقرب من مأرب سد واسع معد لحفظ الماء فلما فضى الماء فيضانا مباشرة ذات مرة خارب السد فتفلتت المياه من الحوادث التي صنعتها يد الانسان ولم يكن للحاديث ما بعده لو اراد السكان ان يؤيدوا ما كان الى حالته السابقة ولكنهم فزعوا من المشاق والاخطار التي تنظم عن تنفيذ هذا المشروع فعزوا الى انتقام الرباني هذه المصيبة هنش سيديو ترجمة عادل زايتر تاريخ العرب العام الصفحتان الاربعون والواحدة والاربعون انتهى وليست قصة انتجار السد وقد حاكتها الاخبار اسطورة منمقة او قل على سبيل المجاز انها صورة وهمية هنش فليب حتي جبرائيل جبور ادوارد جورجي تاريخ العرب المطول الصفحة السادسة والثمانون انتهى الزعم بان ابرهة الحبشي الذي اراد هدم الكعبة عام الفيل قد هزم نتيجة لاستبسال اهل مكة في الدفاع عن مكة وزعم اخر يقول ان سبب الهزيمة وباء حل بجيش ابرهة وكلا الرأيين ينكر ارسال الله سبحانه وتعالى للطير الابابير هامش تاريخ العرب العام الصفحة الخامسة والاربعون العرب قبل الاسلام الصفحة السابعة عشرة تاريخ التمجن الاسلامي الصفحة الواحدة والاربعون انتهى تاريخ بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول الزعم بان احتكاك اهل مكة بابرهة الحبشي ادى الى حدوث نغضة ادبية ودينية وانه انتج رجال النبغ في السياسة والقيادة والادارة وكانوا من اهم العوامل تأثيرا في انتشار الاسلام بين قوسين اي ان الاثر الحقيقي في رجالات الاسلام هو لمحاولة ابرهة الحبشي غزم مكة وليست للاسلام كما انتجت الثورة الفرنسية بونابارت ورجاله هامش تاريخ التمجن الاسلامي الصفحة السابعة والسبعون انتهى الزعم بانه ليس في تواريخ الامم الراهنة اسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام وفيه تاريخ النبوات والرسالات التي سبقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هامش العرب قبل الاسلام الصفحة السابعة عشرة انتهى الزعم بان الاسلام من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ومصادر التأليف اليهودية والمسيحية والعقائد الجاهلية وكان من مقاصد محمد ان يقيم دينة ولا يشمئز منه قومه وقد وفق لذلك حيث اخذ من الاديان الاخرى ما يلائمهم ولن يفكر في ابداع دين جديد قط وهو الذي اعلن انه سيسير على غرار من تقدمه من انبياء بن اسرائيل من ابراهيم الى عيسى قائلا ان ما احيى اليهم صحيح والحق ان اليهودية والنصرانية والاسلام فروع ثلاثة لاصل واحد وانها ذات قربا وشيجا هامش العرب قبل الاسلام الصفحة السابعة عشرة غوستاذ لوبون ترجمة عاد الزعيتر حضارة العرب الصفحة الثامنة عشرة ديورانت قصة الحضارة الجزء الثانى المجلد الرابع الطبعة الثانية من الصفحة الثالثة والعشرين الى المعبعة والعشرين تومس ارنولد ترجمة حسن ابراهيم حسن واخرين الدعوة الى الاسلام الصفحة الثانية والخمسون انتهى وقال كاتب اخر ومصدر هذه المعجزة هي رجل مواحد هو محمد فقد الهن محمد المبادئ اليهودية والنصرانية فاقام دين بعيدا عن الخوارق هامش تاريخ العرب العام الصفحة الثالثة عشرة انتهى وقال مؤلف ثالث وقد اخذ مؤلف الاسلام اكثر معارفهم عن احوال النصرانية وبزنطه في عهود الجاهلية من المصادر السوريانية او استمدوها مما نقله السوريان عن اداب اليونان هامش فليب حتي واخرون تاريخ العرب المطول الجزء الاول الطبعة الثالثة بيروت سنة احدى وستين وتسعمائة والف الصفحة الواحدة والثمانون انتهى وقال رابع من بين الديانات التوحيدية الثلاث التي انشأها الثانيون يعتبر الاسلام اقرب الى دين ابراهيم الذي تمثله التوراة من دين عيسى الذي يبشر به الانجيل هامش تاريخ العرب المطول الصفحة السادسة والسبعون والمئة لقد نفي الكاتب ان الاسلام هو دين الرضاني وهو دين التوحيد وان ابراهيم عليه السلام كان مسلم وكذلك عيسى عليه السلام انظر اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ الاسلام دين الله في السماء وفي الارض تأليف الدكتور جمال عبدالهادي انتهى الهامش وقال خامس الاسلام بدعة النصرانية اكثر منه دينا جديدة وقد وضع دونتي في روايته الالهية محمدا في الجحيم الاسفل مع اولئك الذين زرعوا بذرة العصرة والانشقاق وقد تطور الاسلام بالتدريج هامش نفس المرجع السابق الصفحة السادسة والسبعون والمئة انظر تصحيحا من الاخطاء التي وقع فيها من كتب في تاريخ الدين الاسلامي وغيره في كتابنا اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ انتهى وقال سادس فالعرب والدين الجديد على الابواب كان يدينون بمعتقدات جاهلية او باليهودية او النصرانية او التوحيد ولم يكن يستطيع التأليف بين هذه العناصر جميعا سوى روح فريدة في قوة التقبل وكان محمد هذه الروح هامش اس موسكاتي ترجمت السيد يعقوب بكر الحضارات الثامنية القديمة الصفحة الثامنة بعد المئتين انتهى وكاتب يزعو بان محمد صلى الله عليه وسلم قد تعرف في بصرة على عراهب النصطوري في دين النصراني وتلقى منه علم التوراة هامش حضارة العرب الصفحة الثانية بعد المئة انتهى وانه اي الرسول قد عرف في هذه الرحلة قليلا من القصص الشعبية اليهودية والمسيحية هامش قصة الحضارة الجزء الثامن مجلد الرابع عصر الايمان الصفحة الثانية والعشرون انتهى وانه قد اتسعت معرفته وتجربته بما شاهد من احوال بلاد الشام وطرق التعامل واخلاق الناس ومظاهر الحياة في البيئة الرومانية كما وقف على اساليب الناس في البيئة والشراء مما كان له اعظم الاثر في التشريعات بعد الرسالة هامش تاريخ الاسلام السياسى الصفحة السادسة والسبعون وسنرد على ذلك عند معالجة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش اتهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهوس يقول المستشرق حقا ان من اعاجيب التاريخ ان يلبي نداء ذلك المتهوس الشهير شعب جامح شديد الشكيمة ويجب عبد محمد من المتهوسين من الناحية العلمية كما هو واضح هامش حضرة العرب الصفحة السابعة والعشرون انها قولة المشركين منذ آلاف السنين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرون مجنون انتهى وذلك كأكثر مؤسس الديانات ومحمد يجد في هوسه ما يحتجه إلى اقتحام كل عائق هامش نفس المرجع السابق حضارة العرب الصفحة الرابعة عشر بعد المئة انتهى وقال اخر وكان اذا غضب او تهيج انتفخت عرق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله هامش قصة الحضارة اللزء الثاني المجلد الرابع الطبعة الثانية الصفحة الثالثة والعشرون انتهى وقد يكون ارتجافه ناشئا من نوبات صرع فقد كان يصحبه في بعض الاحيان صوت ناصفه بانه يشبه صلصلة الجرس وتلك حال كثيرا ما تحدث مع هذه النوبات حاشية نفس المرجع السابق الصفحة الثالثة والعشرون انتهى وكان قلقا عصبي المزاج يرى احيانا كاسف البال ثم ينقلب فجأة مرحا كثير الحديث وكان محاربا صارمة لا يرحم عدو وقاضيا عادلة في وسعه ان يقصو ويغدر هامش نفس المرجع السابق الصفحة الخامسة والاربعون انتهى وزعم مستشرق ثالث بان النبي لم يكن مشرعا علميا فلم يضع لامته كتابا في القانون او موجزا فيه ولم يثر في تشريعه في نظام مقرر بل كان يصدر الاوامر حسب ما تمليه عليه الظروف فاذا ادى هذا الى شيء من التناقض ازاله بوحي جديد ينسخ القديم ويجعله كأن لم يكن وحتى شؤون الحياة العادية كانت اوامره فيها تعرض في بعض الاحيان لما هو موحى بها من عند الله ولكنه مع هذا لم يستنكف ان يستعين بالوحي في الاغراض البشرية والشخصية كما حدث حين انزل الوحي مؤيدا زواجه من زوجة زيد متبناه هامش قصة الحضارة الجزء الثاني المجلد الرابع الصفحة الثانية والاربعون والثالثة والاربعون انتهى القرآن من تأليف محمد عليه السلام وهو خال من الترتيب مقتبس من التوراة والاسلام صورة مبسطة من النصرانية وزعم احد المستشرقين ان هذا الكتاب المقدس اي القرآن قليل الارتباط واصلوب هذا الكتاب وان كان جديرا بالذكر احيانا فانه خال من الترتيب ثاقد للسياق كثيرا ويسهل تفسيره عند النظر الى كيفية تأليفه فهو قد ولف تابعا لمقتضيات الزمان للحقيقة ومع ما في هذا الكتاب من مبالغة شرقية وتقرب فكرة الكون الفلسفية في القرآن مما في الديانتين الساميتين العظيمتين التي ظهرت قبل الاسلام اي اليهودية والنصرانية وزعم الكاتب ان العنعنات الارية والفارسية او الهندية ذات نصيب ظهر في النصرانية والاسلام والله محمد واحد في السماء واسمع تعريف محمد النبي بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون سورة البقرة الاية التاسعة عشر بعد المئة هامش جوستاف لوبو ترجمة عادل زعيتر حضارة العرب الصفحات السابعة عشر بعد المئة والتاسعة عشر بعد المئة العشرون بعد المئة والخمسة والعشرون بعد المئة انتهى وما جاء في القرآن من نص على خلق السماوات والارض في ستة ايام وخلق ادم والجنة وهبوط ادم منها ويوم الحساب مقتبس من التوراة وزعم اخر اذا ارجعنا القرآن الى عقائده الرئيسة امكننا عد الاسلام صورة مبسطة عن النصرانية ويقال ان محمدا كان قليل التعليم وانا لوجدنا في تأليف القرآن ترتيبا اكثر مما فيه وثور القرآن مرتبة حسب طولها لا بحسب نزولها فان ذلك غير معروف واذا كان اتصار الصور بوجه عام اقدم عهدا من توالها فان القرآن تاريخ مقلوب وخليق بنا ان نبدأ بقراءته من نهايته هامش ديرونت قصة الحضارة اللزء الثاني المجلد الرابع الطبعة الثانية الصفحة الخمسون الى الواحدة والخمسين نواصل القراءة في الجزء الثاني المبحث الاول المراجع التي تم فخص القليل من صفحاتها يقول هذا المؤلف القرآن من تأليف محمد وهو مأخوذ عن التوراه اسفار موسى الخمسة والانجيل ومن الاخبار العربية المحضة كعاد وثمود ولقمان واصحاب الفيل واصحاب الكهف والانثلة السامية مأخوذ عنها الايات التي وردت فيها عبارات مثل السن بالسن والعين بالعين والجمل في سن الخياط والعجائب التي ينسبها القرآن الى عيسى يكلم الناس في المهد فهي تذكرنا ببعض الخوارق التي تنسب الى عيسى في الاناجيل الابوغرافية اي غير الموثوق بها وصور النعيم والجحيم في القرآن اوحتها الرسوم الدقيقة او بدائع الفسيفساء التي خلفها النصارى مما يمثل جنات الفردوس وفيها صورة الملائكة على اشكال الولدان والحور هامش فرب حتي واخرون تاريخ العرب المطول الصفحة الوحدة والسبعون والمئة الى الثالثة والسبعين والمئة انتهى الزعم بان محمدا صلى الله عليه وسلم اخذ مناسك الحج عن النظام الجاهلي وجعلها من العبادات الاسلامية يقول احد المستشرقين وكان الحج الى الاماكن المقدسة نظاما سامي قديمة وكان من معالمه ما عرف في زمان العهل القديم ولعله في الاصل ظاهرة من عبادة الشمس كان القوم يحيون عيدا لها ولقد استنى محمد في السنة السابعة للهجرة عادة الحج القديمة فاضافها الى الاسلام بما فيها من مراسيم العبادة المتركزة في مكة وعرفة فتم للاسلام بتلك الفروض اعظم تراث له من جاهلية الجزيرة هنش فليب حتي تاريخ العرب المطول الصفحة الرابعة والثمانون والمئة والخامسة والثمانون والمئة وتومس ارنولد ترجمة حسن ابراهيم عبد النجيد عبد دين اسماعيل النحراوي الدعوة الى الاسلام القاهرة سنة احدى وسبعين وتسعمائة والف الصفحة السابعة والاربعون انتهى تحويل القبلة من بيت المقدس الى مكة واقر الحج الى الكعبة ووضع الحجر الاسود فيها وهما من فروض الدين المرعية في الجاهلية هنش تاريخ العرب المطول الصفحة الثالثة والستون والمئة انتهى ذلك ان القرآن كبعض العقائد المسيحية يُعنى على ما يظهر بصحة الايمان اكثر مما يُعنى بالسلوك الطيب القانون والاخلاق في القرآن كما هم في التلميذ شيء واحد هنش قصة الحضارة الجزء الثاني المجلد الرابع الطبعة الثانية من الصفحة السابعة والخمسين الى التاسعة والخمسين انتهى والفاتحة ذات المعاني العميقة والبساطة المغرية التي تقابل الصلاة الربانية عند النصارى وقد نزج الاسلام في ترتيب صلاة الجمعة على منوال اليهود في عبادتهم بالكنيسة الا انه تأثر من بعد بطقوس صلاة الاحد التي يمارسها النصارى في البيعة حاشية ثلب حتي واخرون تاريخ العرب المطول الصفحة الواحدة والثمانون بعد المئة انتهى ونفضة زكاة هي من اصل اعرامي والحق ان المبدأ الاول الذي تنبعث فكرة الزكاة عنه يوافق مبدأ العشر الذي قال بلونس ان التجارة من عرب الجنوب كانوا يؤدونه لالهتهم قبل ان يسمح لهم ببايا طيوبهم واخد تغيرت مقادير الزكاة على مر الايام هانش نفس المرجع السابق الصفحة الثانية والثمانون بعد المئة انتهى ولا دليل لدينا يثبت ودود الصوم في الجاهلية الا ان العادة كانت مألوفة ولا ريب عند النصارى واليهود هانش نفس المرجع السابق الصفحة الثالثة والثمانون والمئة انتهى وتتضمن وظيفة الخليفة توسيع النطاق الجغرافي لدار الاسلام على حساب دار الحرب وان يقسم العالم الى منطقة سلم ومنطقة حرب توازيه النظرية الشيوعية التي تتمسك بها روسيا السوفيتية هانش فليب حقي واخرون تاريخ العرب المطول الصفحة الثانية والثمانون بعد المئة انتهى والقتال كان للبحث عن منافذ جديدة لروح القبائل السائرة بعد انحيل بينها وبين الحروب والخصومات ضمن النظام الاخوي الذي حدده الاسلام وكان الغرض منها الغنيمة لا لاحتلال او الاستعمار وان الفتوحات كانت مدفوعة بعامل قومي فالفوز الاول كان للقومية العربية لا للدين الاسلامي حاشية فليب حتي المرجع السابق الصفحة السابعة والتسعون والمئة انتهى وفي العهد المدني تم تنظيم الاسلام وحدة عربية قومية هانش تاريخ العرب المطول الصفحة الثالثة والستون بعد المئة انتهى وكان لتحويل القبلة مغزا ابعد مما قد يبدو لاول وهلة اذ كان ذلك في الواقع بداية الحياة القومية في الاسلام هانش الدعوة الى الاسلام الصفحة السابعة والاربعون انتهى الغزو الاسلامي سببه اقتصادي المسلمون يؤمرون بالاغارة على القوافل تأمينا للطعام وهجرت الى المدينة مئة اسرة من مكة فنشأت فيها من جراء هذه الهجرة مشكلة الحصول على ما يكفي اهلها من الطعام وحل محمد هذه المشكلة كما يحلها الاقوام الجياع بالحصول على الطعام انه وجد ومن ذلك انه امر اتباعه بالاغارة على القوافل المارة بالمدينة هانش قصة الحضارة الجزء الثاني المجلد الرابع الطبعة الثانية الصفحة الرابعة والثلاثون انتهى الاسراء والمعراج من خيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم زعم مستشرق وخيل اليه اي النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة انه انتقل من نومه الى بيت المقدس هانش قصة الحضارة اللزء الثاني مجلد الرابع الطبعة الثانية الصفحة الثلاثون انتهى لا فارق بين اليهودية والاسلام وزعم اخر ورحب بعض اليهود بالمدينة بهذه الدعوة لانهم لم يروا فارقا كبيرا بين تعاليم محمد وتعاليمهم حاشية قصة الحضارة الصفحة الثلاثون في الطبعة الثانية المجلد الرابع الجزء الثاني انتهى وزعم اخر وظن اي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يهود خيبر قدس له السنة في اللحم قبل عاني كذا هانش نفس المرجع السابق الصفحة السابعة والاربعون انتهى رغم ان حادثة دس السن للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة تاريخية في كتب الحديث هانش وخبر هذه الشات المسمومة التي اهداها يهود خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في كتب الحديث انظر السيرة النبوية من تأليف الامام ابو الفداء اسماعيل ابن كثير دار المعرفة بيروت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة والف هجرية الموافق لسنة ست وسبعين وتسعمائة والف ميلادية الجزء الثالث الصفحة الرضيعة والتسعون والثلاثمائة الى الصفحة الحادية بعد الاربع مئة البداية والنهاية لنفس المؤلف الجزء الرابع مكتبة المعارف بيروت الصفحة الثامنة بعد المائتين الى الصفحة الثانية عشرة بعد المائتين انتهى الهامش كما ان بعض الذين اكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاوده آلام في أبهره نتيجة اكله للطعم المسمون ولكنه الدفاع عن يهود هو الذي يوجه الكاتب هنا لابرئ اليهود من دماء مسيمين المبحث الثاني واحد الدعوة الى الاسلام تأليف توماس او ارمولد ترجم الدكتور حسن ابراهيم حسن الدكتور عبد المجيد عابدين اسماعيل النحراوي القاهرة سنة 71 وتسعمائة والف ميلادية يزعم المؤلف في الصفحة الخامسة والعشرين ان هناك ستة اديان كبرى من بينها الاسلام وانه من تأسيس محمد صلى الله عليه وسلم اي انه ليس رحيا من عند الله وفي هذا يقول الكاتب اصبح من المعروف علمية ان الاديان الستة الكبرى في العالم يمكن تقسيمها الى دين مختص برسالة ودين غير مختص فاليهودية وزراع داشتية من القسم الاخر اما البذية والمسيحية والاسلام فهي من القسم الاول وقد وثق في تحديد ما ينبغي ان يدل عليه الصلاح دين الرسالة بقوله انه الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار الى واجب مقدس على يد مؤسس الدين او خلفائه من بعده وفي الصفحة الثانية والخمسين يقول وكانت رغبة محمد ترني الى تأسيس دين جديد ويظرم الكاتب ان الاسلام دعوة الى القومية وان الحج عادة عربية قديمة جعلت من فرائر الاسلام وذلك في الصفحة السابعة والاربعين من الكتاب هونش ماذا يكون موقف الانسان المسلم من هذا الكتاب اذا اعتنق ما فيه وماذا يكونه موقف غير المسلم عندما يطلع عليه الا يصده ذلك عن دين الله الذي لا يقبل الله من الاولين او الاخرين غيره ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين انتهى الهنج اثنان الحضارات السامية القديمة تأليف اس نوسكاتي ترجمت الدكتور السيد عقوب بكر ومراجعت الدكتور محمد القصاص درد كتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة زعم الكاتب ان سبب احتفاظ اليهودي بكيانهم كامة يكمن حتى يومنا هذا في الدين اليهودي وفي التمسك بعقيدة اليهود التي هي كما يقول الكاتب سنة شعب متميز لانها تقوم على فكرة عهد بين الله وشعب اسرائيل في الصفحة السابعة والثلاثين بعد المئة من الكتاب وزعم الكاتب ان مصدرنا الاساسية عن تاريخ اليهود هو العهد القديم اي مجموعة الاسفار المقدسة التي تقص ذلك التاريخ وتفسره كما يزعم الكاتب الصفحة التاسعة والثلاثون والمئة وزعم الكاتب ان اليهود ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام وانهم هاجروا سويا من ارض العراق الى ارض فلسطين التي وعدهم الله اياها وزعم الكاتب ان اليهود قد اقاموا بمصر فترة وخرجوا منه بقيادة موسى بعد اضطهادهم على يد احد الفراعنة الصفحة التاسعة والثلاثون والمئة والاربعون والمئة وزعم الكاتب ان اله موسى هو يهوى وانه قد ظهر له واجدد العهد بينه وبين ذرية ابراهيم واعلن الشريعة وذلك يعني ايضا ان اليهود يعتبرون موسى النبي المسلم يهوديا مثلهم الصفحة التاسعة والثلاثون والمئة الاربعون والمئة والثامنة الاربعون بعد المئة وانكر الكاتب رسالة داود وسليمان بزعم ان الانبياء كانوا مظهرا تلقائيا لما كان يشعر به الناس من صغط على الصورة التي فرضها الحكم الملكي لداود وسليمان على الدين وكان الانبياء يدعون الى التمسك بالافكار القديمة وكانوا من اوائل المناديمة بتلك الفلسفة للتاريخ التي قلنا فيما مضع انها تنتمي الى جوهر الدين اليهودي الصفحة الثانية والاربعون بعد المئة وهنا يتجلى حرص الكاتب على هدم النبوة والرسالة بل وقال في موضع اخر ان النبوة تعبر عن انبعاث روح الحرية الموروثة عن حياة البداوة الصفحة الخامسة والاربعون والمئة وجاءت حركة الانبياء لتكبح وتبطل عملية الاندماج في الدين الصفحة الخمسون بعد المئة والكاتب هنا بكتابته يعطي اليهود في تصوره الحق في ان دولتهم من النيل الى انفرات ونعله بذلك اراد تنهيد الرأي العام وتربية النشط على مدار سنوات طويلة على هذا الباطل حتى يؤمن به النشط ويعتنقه فاذا رأى اليهود يغتصبون الارض ويضطهدون اهلها ويخطنون الاقصى لا مكنهم الله من ذلك فذلك شيء طبيعي لانه درس في كتب التاريخ ان ذلك من حق اليهود وحاول الكاتب ان ينتقص من نبي الله داود في الصفحة الثالثة والاربعين بعد المئة وكذلك من سليمان هنش انظر التصحيح اغطاء يجب ان تصحح في التاريخ ذبية ابراهيم عليه السلام انتهى فزعم انه اعاد تنظيم المملكة على ممط الممالك المطلقة السلطان فالابهة الترف في البلاط وكثرة الزوجات والجوار التي كانت تتطلبها اعتبارات الدبلوغانسية الصفحة الثالثة والاربعون بعد المئة وزعم ايضا ان سليمان كان محتكرا لاتجارة وانه اقام نظاما من الضرائب القت على شعبه عبءا ثقيلة الصفحة الثالثة والاربعون بعد المئة والرابعة والاربعون بعد المئة وزعم الكاتب ان سليمان كان يهودية وانه اقام هيكلا ليهوة وانه ادخل فيه صورا من العبادات الوثنية الصفحة الرادعة الاربعون بعد المئة المبحث الثالث تاريخ مسلمي اسبانيا الجزء الاول الحروب الاهلية من تأليف ترجمة الدكتور حسن حبشي مراجعة الدكتور جمال محرز ومختار العبادي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر مصر سنة 63 وتسعمائة والف ميلادية هذا الكتاب يحوي تهدما على الاسلام وعلى رسول الاسلام وعلى صحابة رسول الله وعلى ازواجه وعلى المسلمين في كل زمان ومكان ومع ذلك يسمي الدكتور حسن حبشي على كاتبه فيقول ونوقع ان تاريخ الاندلس ظل شغل دوزي الشاغل طول حياته حتى اصبح فيه العلم المفرد في وقته والذي نسج على منواله في الصفحة السادسة يقول العالم المفرد في وقته دوزي ولم افتقر العرب في الولايات الواسعة التي فتحوها بحد السيف واشتغلوا بالمسائل العلمية اعوزتهم القوة الابداعية لكنهم المسلمين لم يبتدعوا شيئا ولم يدين العالم بفكرة عظيمة الصفحة التاسعة عشرة ومع ذلك فقد انقضى عمر طويل بعد زمن محمد قبل ان يتخلوا عن طابعهم القومي الصفحة العشرون حتى جاء اليوم الذي رأت فيه نفسها خاضعة لا لغريب عنها ولكن لواحد من ابنائها وهو رجل خارق ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم ربما كان رسول الله لا يفوق احدا من معاصريه فقد ورث عن امه رقة الطبع وسرعة التأثر وحدة المزاج وكان محمد صلى الله عليه وسلم الى جانب ذلك اخصب خيالا من معطنيه الصفحة الثانية والعشرون وهك بدء ايامنا هذه فعلى رغم من تسميتهم بالمسلمين الا انهم لا يهتمون الا قليلا باقامة شعائر دينهم وقد لا يصلون مطلقة رغم ما تفرضه عليهم الشريعة من اداء الصلاة خمس مرات في كل يوم وحرضا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء المدينة على سلق مواطنيه بالثنة حداد الصفحة السابعة والعشرون نشرت خلالها جيوش المسلمين الرعبة في شتى الجزيرة مما حمل كثيرا من القبائل على اعتناق الدين الجديد ويرى ان الذين دخلوه عن طواعية واخلاص وبقوا عليه كانوا فئة قليلة الصفحة الثامنة والعشرون وعن يوم لفتح مكة واهلها يقول الكاتب والغيظ يملأ قلبها وكتمت في نفسها الانتقام الى يوم تسنح فيه لها الفرصة من هؤلاء الاجلاف يهود المدينة الذين دنسوا شرفها بغزوهم بلدهم الصفحة الثامنة والعشرون لم يكن الراغبون في الاتباد ينتظرون غير النوت محمد بل ان بعض الولايات لن تصبر حتى يقبضه الله الصفحة التاسعة والعشرون يزعم الكاتب بان المرتدين كانوا ثوارا وان المرتدين قد تابعهم المسلمون ظامئين لدنائهم وجرت نذبحة فضيعة وهلك في حديقة الموت هذه جماعة الثوار عن اخرهم الصفحة الوحيدة والثلاثون ولما رأوا سقوط الكثيرين منهم بحد السيف استبدى بهم الذعر والذهول وعزموا على اعتناق الاسلام او على الاقل التظاهر باعتناقه الصفحة الثانية والثلاثون وارد الخليفة ان لا يتيح لهم من الوقت ما يذهب عنهم الفزع فقذف بهم في الحال على امبراطوريتي الروم وفارس اي على الدولتين الكبيرتين التي كان من اليسير التغلب عليهم نظرا للفوضى التي نزقت اوصالهما منذ امد بعيد وما الم فيهما من ضروب الانحلال الصفحة الثانية والثلاثون اذ ادت فضافة الوسائل وقسوتها الى حمل البدو على التظاهر بالدين وبقي هؤلاء القوم فترة طويلة فلم يلموا باركان الدين ولم يهتموا بمعرفتها وبعد ذلك بقرن من الزمان لم تكن هناك قبيلة عربية استقرت في مصر تعرف ما احله النبي وما حرمه الصفحة الثالثة والثلاثون بل كانت تأسى على الازمنة الثالثة الطيبة وتحمل ايام الجاهلية وتعطف على ابطالها ولكنها لم تكن تشير الى الدين بكلمة ما الصفحة الثالثة والثلاثون وحوالي هذا الوقت ذاته كان العرب يقصد المسلمين الذين استقروا في شمال افريقيا في حال تشبه هذه الحالة ايضا فكان خيارهم يشربون الخمر دون ان يتطرق اليهم ادمى شك في تحرينها الصفحة الثالثة والثلاثون وربما كان من الممكن ان تكون الحماسة للدين اشد واعظم لو ان الوسائل التي اصطنعت لهداية القوم كانت اقل عنف الصفحة الثالثة والثلاثون وان الوهابيين في ايامنا هذه سنة احدى وستين وثمانمائة والف ميلادية وهم الطائفة المتزمتة الصارمة تحدم جميع ما دنس الاسلام اتخذت شعارها القرآن ولا شيء سوى القرآن كما اتخذ لثير شعار الانجيل ولا شيء سوى الانجيل الصفحة الثالثة والثلاثون وظلت قلوب البدو غلفة بعيدة عن التدين اذ ما كان محمد علي يقضي على قوة الوهابيين حتى بادر اولئك البدو الى التخلص من تلك الطقوس التي ارهقتهم كل الارهاق يقول احد الرحالة ان الدين اليوم يكاد يكون منعدنا في الصحراء وليس هناك من احد يراعي اوامر القرآن ونواهية الصفحة الرابعة والثلاثون وعن الدين يقول على هذا الاساس يمتل القول بانه اذا كان العرب قد اعتبر الثورة حدثا مفرغا منه ولا يمكن الرجوع عنه الا انهم لم يغفروا لمن قاموا به ولم يقبلوا ما تمخض عنه من النظام الاجتماعي ومن ثم اتخذت معارضتهم طعبعا اخر اذ تحولت من نضار حول النبادئ الى نضار شخصي الصفحة الرابعة والثلاثون اما العائلات كريمة المحتد الى درجة ما واعني بها العائلات التي ظلت لها الرئاسة في قبائلها فلم تخسر شيئا كثيرا من جراء هذه الثورة والواقع ان النبي لم ينتهي الى رأي القاطع حول وجود الارستقراطية الصفحة الرابعة والثلاثون ومع ان محمدا كان يطمع في محو التعظيم بالآباء الا انه لم يستطع تحقيق رغبته هذه او لعله لم يجرؤ على تحقيقها الصفحة الرابعة والثلاثون ولذلك رأى اي الرسول صلى الله عليه وسلم اقرار التقسيم الى قبائل معتمدا في هذا على ما ورد في القرآن يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الصفحة الرابعة والثلاثون ومن ثم ظل الاشراف محتفظين بامتيازاتهم واستبقوا رياستهم على القبائل ولم يخطر بباله اي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العربي امة واحدة لاستحانة هذا الامر فكان كل مجتمع من هذه المجتمعات الصغيرة يعيش لنفسه دون سواه غير معني الا بمصالحه او مكتلف الا بما يتصل به حتى لقد كانوا يؤلفون في الحروب الوية منفصلا بعضها عن بعض فكان لكل منها حيها الخاص بل وجبانتها الصفحة الخامسة والثلاثون هكذا بقيت الارستقراطية القديمة محتفظة بمكانها بعد الاسلام غير انه كانت تليها جماعة اخرى فقد عهد محمد وخليفته من بعده الى المسلمين القدمة من المهاجرين والانصار باخطر المناصب وإلا فأي ثقة ممكن ان تكون للمرء في زعماء القبائل الذين كانوا على الدوام قليل الاكتراث بالدين بل كانوا في بعض الاحيان منكرين لله الصفحة السادسة والثلاثون كذلك كان نفس الاحساس بالغيرة والحسد المميت ينهب حفظة اشواف مكة الذين كانوا على رأسهم الامويون فحملتهم الكبرياء والصالف للنظر بعين الغضب الى جماعة المسلمين الذين اصبحوا يؤلفون وحدهم مجلس الخليفة الاستشاري وسنرى ان هذه الارستقراطية قد حاولت في البدء الاستيلاء على السلطة دون الالتجاء الى البطش الصفحة السابعة والثلاثون سمى عمر رضي الله عنه ستة من اقدم صحابة الرسول فيهم علي وعثمان والزبير وطلحة ليكون احدهم رئيسا للدولة من بعده فلما اسلم عمر انفاسا اجتمع هؤلاء الشيوخ لينتهوا الى قرار لا لانصراف كل واحد منهم الى التضخيم من خطر مواهبه وتصغير شأن منافسيه فلما كان اليوم الثالث استقر الرأي على وجود استخلاف من تكون لما علم زياه فقط وما كان اشد حسرة علي والزبير وطلحة حين استخلف القوم عثمان الاموي لم يكن في شخصية عثمان ما يبرر اختياره ولا جدال انه كان غنيا سمحا فقد بصت كفه بالمال غير مقصر في مساعدة محمد صلى الله عليه وسلم وجماعته ونكاد نكون قد احصينا كل فضائله اما ذكاؤه الذي لم يكن قط قوية وكان كثير الحياء حتى لا قدر تجه حين صعد للمنبر لاول مرة للخطابة فهمها مقائلة ان اول مركب صعب ثم نزل ومن نكب طالع هذا الشيخ الطيب ما كان عليه من الميل الشديد لاسرته التي كانت من العائلات المكية الشريفة التي نصبت محمدا العداء واضطهدته وحاربته الصفحة الثامنة والثلاثون ومن اقرباء عثمان من تقلد ارفاع الوظائف ووقع ذلك موقع الغبطة الشديدة من نفس العامة التي سرها ان تستبدل بالادقياء القدامى والمتزمتين الجاملين قناسا مريحين ظرفاء وعن المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولم تطل نشوة القوم اذ سرعان ما دب الشقاق بين القادة انفسهم فقد طمع في الخلافة كل واحد من اولئك الثلاثة الذين اعانوا اعانوا قتلة عثمان وفجع طلحه الزبير في امالهما فاجبر والسيف على رقبتهن على مبايعة منافسهن المجدود ثم غادر المدينة ولحق بعائشة ارملة النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمرت من قبل على عثمان لكنها الان تستنفر القوم للثأر له والتمرد على علي الذي كانت تكرهه لدافع كبريائها المجوحة اذ جرؤ ذات مرة في حياة الرسول على التشكيك في غفتها الصفحة الثالثة والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المات منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف من سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في الكارير نوصل القراءة في المبحث الثالث وكان الدين عند اهل الشام لبضا جامدة وتعبيرا مبهن غامضة فلن يحاول قط التعمق في استكناه معناه فخالف الوادبات والفرائض التي سنها الدين عصفة الخامسة والاربعون وعن الحسين الشهيد سيدي شباب اهل الجنة ورث الحسن المطالبة حتى بالثلافة بعد ابيه لكنه يملك كفؤا تماما لتزعم حزب من الاحزاب فقد كان مترخيا كالفا بالملذات يؤثر حياة الدعة والبلهنية والهدوء على حياة المجد والقوة الصفحة الخمسون وعن المسلمين من عدمان وقحطان يقول لا يوجد قط في كاريخ اوروبا مثال لتلك الكراهية الشديدة التي كانت تسكن حين واتطرم احيانا اخرى بين الجماعتين العربيتين التي كانت كل من هنا على استعداد للقتال الاخرى لأدسه الاسباب على الصفحة السادعة والسبعون هنش وهذه كلها اكاذيب سنقوم بتفنيجها وابطالها في رسالات قادمة ان شاء الله والهدف من صر بهذه الاكاذيب ان يتبين المسلمين حملة التشويه والتزييف التي تهرب لها تاريخنا الاسلامي وليدرك اهمية عرض تاريخنا الاسلامي بالمنهج الاسلامي انتهى الهامش لم يعمل الاسلام على الاضعاف من الكراهية الغريزية بين الجماعتين القخطانية والعدمانية بل ازداد درانها بحده لان تكن عليها من قبل فقط الصفحة التاسعة والسبعون وعن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه نحمد الله على انه لم يكن موجودة وقت ان كان فضلاء الاسلام امثال علي وعائشة ومعاوية يتقتلون فيما بينهم وقد كرس نفسه الابادة ومشر الدين وهو في ذلك يشبه البعض العظيم الموقر ولم ينجح عمر في شيء اكثر من نجاح دروغوري العاشل في تحقيق حلمه الكريمي الصفحة الرعدية والثلاثون والمئة وفي فتان الكتاب المترجم علق الدكتور حسن حبشي قائلا من فكرة الوحدانية ومن طوط عليه هذه الفكرة من النساوات التامة بين الافراد كافراد وابين الشعوب باعتبارها اعضاء في الاجتماع الكبير وهكذا نرى ان فكرة العالمية انه هي فكرة عربية خالصة تحققت لاول مرة وبصورة جدية على ايد العرب الصفحة السابعة الثلاثون بعد المئته وكان العرب في الوقت ذاته قوم متألهين وان لا فكيف جاز لفكرة الله ان توحد بينهم على الصفحة الثلاثون بعد المئته هذه نتيجة فحص عدة صفحات من جزء معتبر حلقة في سلسلة من اربعة اجزاء تحل هدما لاسلام واهله والنبوة والرسالة وميلا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتابعهم هنش وهي تهدف الى حمل ابناء الاسلام وعيدهم على فقدان الثقة في دين الله الذي لا يقبل الله من الاولين او الاخرين غيره والعجيب ان المترجم وهو احد ابناء المسلمين قد اثني على مؤلف الكتاب الذي يهاجم دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته ردوان الله عليهم ويشبه تاريخهم انتهى والملاحظة العجيبة انه يوجد بالمكتبة نسخة باللغة الانجليزية لا تعطي العنوان الذي اعطاه المترجم تاريخ مسلمي اسبانيا ولكن الاسلام على الطريقة الاسبانية سبانيش اسلامي على ما اذكر والعلم الاستقبل ان شاء الله يحمل نشر المفصلة عن مؤلفات الاستاذ المترجم مع غيره ممن ترجم الفكرة الاستشراقي دون الدفاع المطلب عن الاسلام واهله وسوف يثبت حين ذاك حقيقة هذا الجهد ومن يحملونه الى ابناء مسلمي هنش وستثمد هذه الافتراءات ان شاء الله في سلسلة كتبنا اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش المتحف الرابع قصة الحضارة تأليف والد يونز تأذنك محمد بدران الديد الثالث المجلد الثالث قيصر والمسيح الحضارة الروميونية الطبعة الثالثة اختارته ان فقط على ترجمته الابارة الثقافية في جامعة الدول العربية القاهرة سابة ثلاثة سبعين وتسعمائة مألف ميلادية الكاتب اليهودي يشكك في كون عيسى عليه السلام قد ولد من الام من عذراء الصفة الثانية عشرة بعد المائتين والثالثة عشرة بعد المائتين ويبدو انه كان ينتسب الى اسرة كبيرة وشاهد ذلك ان جيرانه ابوشتهم تعاليمه القوية فاخذوا يتساءلون قائلين ترى ان له هذه الحكمة والقدرة على القيام بهذه العجائب أليس هو ابن المتجار أليست امه تسمى ماريه أليس اخواته هم العقوب ويوسف وشمعون ويهودة ألا يقيم اخوانه هنا بيننا الصفحة الثالثة عشرة بعد المائتين وتأتي شخصية مريمت القصة بعد شخصية ولدها في الروع والتأثير فتقول لقد بحثت انا وابوك عنك محزونين وشهدته وهو اسلب وعجزت عن انقاذه الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين أما القصص التي ادعاها سلس وغيره فيما بعد عن مريم ودنبيه روماني فالنقاذ مجمعون على انها افكراء سخيف تعليق من المترجمي دون رد نقلنا هذه الاقوال وما بعدها كما هي وان خالفت بعض عقائق المسلمين والمسيحيين الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين واما ينتى ولوقة فيرجعان نسب يسوع الى داود عن طريق يوسف بسلاسل انساب متعاربة ويلوح ان الاعتقاد في مولد المسيح من عذراء قد نشأ في عصر متأخر عن الاعتقاد بانه من نسل داود الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين ويزعم الكاتب ان عيسى عليه السلام مؤسس دين ولم عرف ان يحنى قد قتل وان اتباعه كانوا يبحثون عن زائم جديد تحمل يسوع العب وما يستتبعه من خطر الصفحة الثامنة عشرة بعد المائتين وكان يتصف بحماسة النبي العبراني المتزمت اكثر من اتصافه بالهدوء الشامل الذي ينتز به الحكيم اليوناني كما كان غضبه للحق يطمس من حين الى حين معالم انسانياته العميقة ولكن اغلاطه كانت هي الشمن الذي اده لذلك الايمان القوي الصفحة التاسعة عشرة بعد المائتين ولم يكن يسى من النساك الزاهدين كما كان الانبياء والاسينيون والمعمدان ويروى عنه انه قدم كثيرا من الخمر في حفل الزواج وانه قسى قسفة غير طبيعية على رجل يشتهي فتاه الصفحة الاشرونة بعد المائتين ولم يكن يشق قيصر الا في وقوفه الى جانب الطبقة السفلة وفي اتصافه بالرحمة اما فيما عدا هذا فما اكبر الفرق بين الرجلين في اخلاقهما ونظرتهما الى الحياة وما يهتمان به منها لقد كان قيصر يرجو ان يصلح الناس بتبديل نظمهم وسرائعهم اما المسيح فكان يرغب في ان يكون تغيير طبائع الناس وسيلة لتبديل النظم والاستغناء عن كثير من الشرائع الصفحة الواحدة والاشرونة بعد المائتين وينكر الكاتب المعجزات التي اجراها الله على يد يئيسى عليه السلام فيقول واكد الظن ان معظم هذه المعجزات كانت تحدث في اكثر الاحوال بقوة الايحاء اي بتأثير روح قوية موافقة من نفسها في روح قابلة للتأثير الصفحة الواحدة والاشرونة بعد المائتين وهناك عاملان يدلان على ان هذه المعجزات ظاهرة نفسانية اولهما ان المسيح كان يعز جفاء المرضى على يديه الى ايمان من يشفيهم واثاني هنا عزه عن القيام بمعجزات في النصرة لان اهلها فيما يظهر كان ينظرون اليه على انه دينا الدار ولا يؤمنون بقواه غير العادية هانش ولقد ربذنا على كل هذه الافتراءات التي اصقها ديورانت بتاريخ النبي الكريم ينسى عليه السلام وامه العادراء مريم في كتابنا اغطاء يجب ان تصخح في التاريخ ذرية ابراهيم عليه السلام انتهى قصة الحضارة تأليف ترجمة محمد بدران الجيء الثانى المدلد الاول الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية الصفحة الواحدة والعشرونة والثلاثمائة وما بعدها يربط الكتب في هذا الفصل بين اليهود وفلسطين الارض الموعودة وابراهيم عليه السلام فهو يعتبر ان فلسطين هي ارض اليهود الموعودة منذ اقدم الدهور فيقول ايضا ان فلسطين هي ارض اليهود الموعودة منذ اقدم الدهور ويازم بان اليهود هم شعب ابراهيم عليه السلام وان الله قد وعدهم هذه الارض بعد اخراج الكنعانيين منها الصفحة الواحدة والعشرونة بعد الثلاثمائة وانهم قد عادوا اليها الان بعد ثمانية عشر قرن من النفي والعذاب والتشريد الصفحة الثانية والعشرونة بعد الثلاثمائة ولما كانت اطناع اليهود تحوم لارض موعودة تنتد من الميول الى الفرات فقد زعم الكاتب ان مسقط رأسهم العراق الصفحة الرابعة والعشرونة بعد الثلاثمائة وانهم قد اقام عدد كبير منهم بمصر وكانوا قد وصلوا اليها عام خمسين وستمائة والف قبل الميلاد واخرجوا منها قصرا بعد ان تكاثر عددهم عن عشرين ومئتين قبل الميلاد هامش الصفحة الرابعة والعشرين بعد الثلاثمائة وهمش الصفحة الخامسة والعشرين بعد الثلاثمائة وقد زعم الكاتب ان اليهود قد اخرجوا من نصر بقيادة نوسى عليه السلام في الصفحة السادسة والعشرين بعد الثلاثمائة وقد انكر الكاتب نبوة نوسى عليه السلام ورسالته وزعم انه كان كاهنا مصرية خرج للتبسير بين اليهود المجذومين هامش الصفحة السادسة والعشرين بعد الثلاثمائة كما زعم الكتاب ان قتالا جرى بين اليهود والكنعانيين انتصر على اثره اليهود بعد ان اجروا دماء الكنعانيين انهارا وكان هذا القتل كما تقول التورا فريضة الشريعة التي امر بها الرب موسى الصفحة السادسة والعشرين بعد الثلاثمائة وكان ايضا زكاة للرب الصفحة السابعة والعشرين بعد الثلاثمائة هامش هكذا كان اليهود يمهدون لجريمتهم في اقتصاد ارض فلسطين فزياف المستشرقون اليهود والنصارى تاريخ الامة المسلمة وتاريخ البشرية تنهيدا لهذه الجريمة الشنعاء التي تعطي التبرير للمجرم على ارتكاب جريمته وتحوله من مرتصد الى صاحب حق ويكاتب في هامش الصفحة الثالثة العشرين بعد الثلاثمائة يزعم ان سفر التكوين في التوراة الذي يقص تاريخ اليهود القديم قد صمدت للنقد والبحث التاريخية وان الوثائق والآثى تؤيد اقوال العهد القديم والحق ان كلام الكاتب وما تسمى بالتوراة لا يمكن ان يصمد امام الجرح والتعديل وقد افردنا فضل فصلا لهذه المسألة في كتابنا اغطاء يجب ان تصحها في التاريخ قال اسلام دين الله في الارض وفي السماء دار الوفاق انتهى الهامش ولما كان الكاتب حريصا على ابراز صفة شعب الله المختار لليهود نجده يزعم ان اليهود كانوا انقى اجناس الشرق الادنى غير النقية لانهم لن ينتزدوا بغيرهم من الاجناس الا كارهين الصفحة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة ويزعم ايضا ان اللغة العبرية كانت اعظم اللغات الطنانة الرنانة على وهر الارض الصفحة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة وزعم الكاتب ان الاصباط الاثنى عشر كانوا يهوداء الصفحة التاسعة والعشرون والثلاثمائة ومن ذات التقنية الجريمة وصف الكاتب داود عليه السلام بالعبارة التالية الصفحة الواحدة والثلاثون بعد الثلاثمائة داود قاتل جالوت وحبيب يونافان وكثير من الحكايات الذي يرقص بكل قوته وهو مصف عار ويجيب الضرب على القفارة ويغني اغانيه العجيبة بصوته الرخيم ملك اليهود القدير الذي ساسها منه اربعين عاما فهو قاس القلب كما كان الناس في وقته وكما كانت قبيلته وكما كانت الصفات التي خلعها على الهه ولكنه مع هذا كان مستعدا لان يعفو عن اعدائه كما كان يعفو عنهم قيصر والمسيح يقتل الاسرى جله كأنه ملك من ملوك الاشوريين ويأمر ابنه سليمان ام يحد بالدم الى الهاوية شيبة شمعي ابن جيرا الذي لعنه منذ سنين كثيرة ويأخذ امرأة اوريه الحف بين نسائه في غير الحياء ويرسل اوريه الى الصف الاول في ميدان القتال ليتخلص منه ومع ذلك يعفو عن صمويل مرات ولا يسلبه الا درعه صفحة الواحدة وثلاثون بعد ثلاثمئة وهكذا حول الكاتب بمزعيه داود الى نبي اليهودي قاتل زان بس غدار هنش وهكذا يبرر اليهود جريمتهم من خلالنا يزعون انها التوراة التي قام بتأليفها ويعلق الكاتب على ذلك بقوله ان يشوع فقد اقام حكمه على قانون الطبيعة الثاني وهو ان اكثر الناس قتله هو الذي بقي حيا وبهذه الطريقة الواقعية التي لا اثر فيها للعواطف استولى اليهود على الارض الموعودة الصفحة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة والي قراءة الهمش وهكذا صور اليهود الله عز وجل بانه يحب صفك الدماء كما صور نوسى على انه نبي يهودي وقدمنا فساد ذلك التصور تعالى الله عما يقولون عروى كبيرا اغطاء يجب ان تصحها في التاريخ ذرية ابراهيم دار الوفاء انتهى وعلى هذا النسق استمر الكاتب يعالج تاريخ سليمين عليه السلام فالصفحة ثانية ثلاثين بعد الثلاثمئة وما بعدها ولما ورث سليمين العرش قتل جميع منافسه في الملك لاستريح من متاعبهم ولكن عمله هذا لم يغضب يهوة الذي احب الملك الشاب فوهبه حكمة لم يهبها احدا من قبله ولا من بعده انه لم يكفي ان يستمتع في حياته بكل بعين الولد وان يقوم بجميع ما يفرضه عليه الملك من واجبات ففي حكمه الطويل افادت ارشالين التي اتخذها داود عاصمة هنج لعمنا نذكر مع فعلته اسرائيل الحالية من اعلان القدس عاصمة لها مدى الحياة وقد سبق ذلك تمهيد طويل حمل لواءه المزيف التاريخ فهو الكاتب يزعم ان القدس عاصمة الدولة اليهودية منذ عهد داود في الصفحة الثانية والثلاثين بعد الثلاثمائة انتهى الهنج ومن بلاد العرب جاءت اليه ملكة سبق تغطب غده ولعلها جاءت اليه ايضا تطلب معونته الصفحة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة واستخدم بعض هذه الثروة في ملاذه الشخصية واخص ما استخدمها في إصباع شهواته في الجمع السراري وان كان الموارخون ينقفون زوجاته السبعمائة وسراريه الثلاثمائة الى ستين وثمانين على التوالي ولعله اراد ببعض هذه الزيجات ان وقضى صلاته بمصر وفي نيقيا او لعل الباعث له عليها هو نفس الباعث الذي حمل رمسيس الثاني على هذا العمل بعينه وهو رغبته في ان يترك وراءه طائفة من الابناء لهم من القوة الجنسية العظيمة ما كان له هو على ان سليمان قد استخدم معظم موارجه في تقوية دعائم حكومته وتجميل عاصمته الصفحة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة ولكنه افلس وافلست معه بلاد اليهود الصفحة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة ومن الوسائل التي استخدمها لتمويل حكومته بيع العاج والقردة والطراويس وهذه كانت يمكن بيعها للأثرياء بأثمان غالية صفحة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة وكما أفرض الإتاوات على أثرياء القواتل المرات بفلسطين وقد فرض ضريبة الرؤوس على جميع الرعاية وأن سليمان اعتزم أخيرا أن يزين المدينة بمعبد جديد يهوة في صفحة الرابعة والثلاثين بعض الثلاثمائة ويزعم الكاتب فيهنش.... اما هو ليس مضعيد لأن يكون مكان الهيكل هو المكان الذي يشغله الان الحرم الشريف في المسجد الاقصى ولما فرغ سليمان من اقامة ملكه شرع يستمتع به واخذت عنايته بالدين تقل على مر الايام كما اخذ يتردد على حريمه اكثر مما يتردد على الهيكل اذ اقام مذابح للالهة الخارجية التي كانت تعبدها زوجاته الاجنميات ولكن كتاب اسفار التوراة لا تطعوهم انفسهم على ان يصفخوا عنه لعدله الفلسفي او لعدله السياسي بين مختلف الالهة ثم تحدث الكاتب عن اسر اليهود فقال فكان ما قاسيه من العذاب هو الذي حول دين يهود الحرب الى دين انبيائهم انه لا يكد يفترق عن الاشتراكية في كثير او قليل بعد صفحة السابعة الثلاثون والثلاثمائة وهكذا حول الكاتب النبي المسلم الكريم سليمان عليه السلام الى نبي يهودي سفاك دماء زي النساء استخدم ثروته في اسباع شهواته في جمع السراري وان علاقته بملكة سبأ كانت علاقة غرامية لا اثر فيها للدعوة الى الاسلام وهكذا كذلك منذ سنوات طويلة حدد لليهود مكان الهيكل انه كان مكان المسجد الاقصى ورش منصوره لما يجب ان يكون عليه الهيكل عند هدم المسجد الاقصى واقامته مكانه صفحة الخامسة وثلاثون بعد الثلاثمائة انظر التصحيح اغطاء يجب ان تصخح في التاريخ بلاد الشام بديوة ابراهيم عليه السلام وانظر سليمان الحكيم لعميد الادب العربي توفيق الحكيم الذي يصير العلاقة بين سليمان عليه السلام واملكة سبأ على انها علاقة غرامية انتهى كما خوله الامم الشرك لا يجد غضاضة في عبادة الالهات المختلفة وانه كان والي اعضاء الله خوفا منهم الى غير ذلك مما قرأنا واخره انه اقام هكلا ليهوى ما كانه اسفل المسجد الاقصى وانتقل الكتب بعد ذلك الى معالجة تاريخ النساء عليه السلام على نفس النسق السابق فزعم انه كان يهودية الصفحة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة وكيف اخذ اليهودي القصون وهم وراه امام الاجل الذهبي وكيف اعدم نسى والملاويون ثلاثة الاف منهم ايقابا لهم على عبادة هذا الوثن وفي تاريخ اليهود الباكل شواهد كثيرة تدل على انهم عبد الافعاء ومن هذه السواهد صورة الافعاء التي وددت في اقدم اثارهم ومنها الافعاء المحاسية التي صنعها موسى والتي عبدها اليهود في الهيكل في ايام حزقها هنش وهي رمز للماسونية العالمية وذلك يؤكد ان الماسونية من اتباع اليهود انتهى على الصفحة التساطر الثلاثون والثلاثمائة من نفس الكتاب ويبدو ان الناس كانوا ينظرون الى موسى وهارون على انهما ساحران وانهما كانوا يناصران السحرة والعرافين الصفحة التساطر الثلاثون بعد الثلاثمائة وازعنا ان يهوى هو اله موسى وداود وغيره من الانبياء صفحة الاربعون بعد الثلاثمائة وصوره كما صورته التوراه لا يعلم كل شيء ولا يرى نفسه معصوما من الخطأ ويرى ان اشنع ما وقع فيه من الاخطاء هو خلق الانسان ولذلك نراه يندم بعد فرات الفرصة على خلق ادم وتراه غضوبا شرهة متعطشا للدماء متقلب الاطوار نزقا نكدا وهو يرضى عما استخدمه يعقوب من قتل وخباع في الانتقان من لعبان وهو كثير الكلام الى اخر ما اورده صاحب قصة الحضارة صفحة الاربعون بعد الثلاثمائة واضع الكاتب على لسان الناس كلمات اعرب رجل حرب واذكر الكاتب ان الارض الموعودة فلسطين لا تنال الا بحد السيف ولا يحتفظ بها الا بالسيف الصفحة الواحدة والاربعون بعد الثلاثمائة وتمر ادة قرون من الهزائم العسكرية والخضوع السياسي والتطور الاخلاقي حتى يستحيل هذا الاله الى والد هو والد المسيح الصفحة الواحدة والاربعون بعد الثلاثمائة هانش وهكذا يبدو اتباع منهج تطور الاديان واضحا في كلام الكاتب انتهى ويستمر كاتب قصة الحضارة في تصوير الاله العظيم بهذه الصفة التي يتنزه عنها سبحانه وتعالى وهو اله جبار يفكر فيه هلاك اليهود على بكرة ابيهم لانهم عبد العجرى الذهبي ويضطر نيسى الى ان يراجعه حتى يتملت عاطفة فيقول لربه ارجع عني حمو غضبك واندم على الشر بسعبك واندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله الصفحة الواحدة والاربعون بعد الثلاثمائة ثم يريد يهوى ان يفني اليهود اصلا وفرعا لانهم عصوا نوسى ولكن نوسى يستثير فيه عاطفه الطيبة ويأمره ان يفكر فيما يقوله الناس عنه اذا سمعوا بفعلته وهو يختبر قومه اختبارا قاسيا فيطلب الى ابراهيم تضحية يا لها من تضحية ويعلم ابراهيم يهوى كما يعلمه موسى مبادئ الاخلاق السامي الصفحة الثانية والاربعون بعد الثلاثمائة ثم يتحدث الكاتب عن الديانة العبرانية فيقول انها كانت اقرب الى التوحيد من كل دين اخر قبل عصر الانبياء الى استثمينا عبادة الشمس القصيرة الاجل في عهد اخناتون لقد كانت اليهودية تسمى كثيرا على غيرها من اوفان جالة الوقت في اعظمتها وسلطانها الصفحة الرابعة والاربعون بعد الثلاثمائة وابقيت عبادة يهوى قرونا كثيرة دينا قوامه الخوف الى الحب والرهبة للرغبة رغم ما بذله سليمان من جهود لكي يحمل باللون والنغم عبادة هذا الاله الرهيب ولسنا ندري اذا رجعنا بذاكرتنا الى هذا الدين وامشاله هل عادت الادين على الانسانية بالسلوى بقدر ما عادت عليها بالفزع الصفحة الرابعة والاربعون بعد الثلاثمائة والعجيب ان ديوراند لم يترك الفرصة تمر دون تعليق فنراه يزعى منصة ان التوحيد حتى في يوم لهذا انما هو توحيد نسبي ناقص فكما كان اليهود يعبدون الها قبلية فان نحن ايضا نعبد الها اوروبية او الها انجلزية او المانيا او ايطالية ولا تمر بنا لحظة واحدة نتواضع فيها قليلا فنذكر ان الملايين الذين يسكنون الهند والصين بل سكان الغعبات المتفقهين في دينهم ولن يكون للعالم كله اله واحد حتى تربط الالات الارض وتؤلف بينها وتجعلها وحدة اقتصادية وتجمع الامم في حكومة واحدة هانش الصفحتين السالسة والاربعين والثلاثمائة والرابعة والاربعين والثلاثمائة ويستمر الكاتب في تحامله على نبي الله سليمان فيقول لقد تعجل سليمان كما تعجل بطرس الاكبر والمين حينما اراد ان يحول البلاد من دولة زراعية الى اخرى صناعية الصفحة الثامنة والاربعون بعد الثلاثمائة وينسب الكاتب القصة الحضارة التوراة المحرفة الى منسى عليه السلام في الصفحة السادسة والستين بعد الثلاثمائة وما بعدها هنج هذه هي مقتطفات من احد المراجع التي يعتمد عليها الطلاب المسلمون وغير المسلمين في غالب بقاء الارض وفيه كما قرأنا تشويض لدين الله عز وجل وفيه تشويض وتزييف لتاريخ الانبياء المسلمين والدين الذي دعوا اليه وفيه كذلك اعتداء شميع على ذات الله عز وجل فهل يجوز للمسلم ان يعتمد على مثل هذا المرجع والذين ندعوا من قنم الكاتب هم اليهود الذين يعتبرهم شعبا لله مختارا بين قوسين ردنا على هذه الافتراءات في كتابنا اغطاء يجب ان تصحح في التاريخ بلاد الشام باذن الله انتهى الهامش وينسب الكاتب قصة الحضارة التوراة المحرفة الى موسى عليه السلام في صفحة الستيسة وستين وثلاثمائة وما بعدها وقصة الحضارة كما هو واضح تقوم بنشره الادارات الثقافية بجامعة الدول العربية ولهذا قصة اوردها الاستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله في كتابه حصولنا مهددة من داخلها دار الارشاد بيروت الطبعة الثالثة سنة احدى وتسعين وثلاثمائة والف هجرية في الصفحة السبعين والمائة وما بعدها نتابع القراءة فيما في كتاب قصة الحضارة تأليف وولد يورانت من بلايا وتهدن على المسلمين وتلاميذ هؤلاء المستشرقين الذين يدرسون هذه الكتب في ادامعات العالم الاسلامي ومنهم طاها حسين وقصة الحضارة كما هو واضح تقوم بنشره الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية ولهذا قصة اوردها الاستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله في كتابه حصولنا مهددة من داخلها دار الارشاد بيروت الطبعة الثالثة سنة احدى وتسعين وثلاثمائة والف هجرية الصفحة السبعون بعد المائة وما بعدها ملخصها ان هذا الكتاب قصة الحضارة قد استوحته قد استوحته اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية على عهد رئيسها طاها حسين من اليونسكو وهي الهيئة التي يسيطر عليها كما هو الشأن في اكثر مؤسسات الامم المتحدة الصهيونية العالمية الهدامة كما استوحت البعض الاخر من السفارة الامريكية ويقول المؤلف اي الاستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله ان اللجنة الثقافية بهذا تكون قد لجأت الى اليهودية العالمية الهدامة لتختار لها اشد الكتب فتكا بالدين والاخلاق وافعلها في قتل الشخصية العربية المسلمة ومحو مقاوماتها وتدمير تفكيرها وتسميم ينابيع الثقافة منها ومن ارد الدليل على صدق ما اقول فليرجع الى الكتابين الذين اشرت اليهما مقالات للكاتب الامريكي امرسون وقصة الحضارة ليد يورنت فسيجد فيهما الكيد للإسلام وللاتجاه الدينية ظاهرا وخفيا وسيجد ان اليهودية وحدها هي التي سلمت من كيد المؤلفين وبذاءتهما وسيجد الثناء على اليهود واليهودية تصريحا وتلميحا ويجد ذلك في عرض لتاريخ اليهود عرضا جذابا مشوبا بالعطف والمحابة الجدء الثاني المجلد الاول الصفحة الواحدة والعشرون بعد الثلاثمائة وما بعدها وفي اعتماد ديورنت الشديد على المؤرخ اليهودي يصفص وعرضه لتاريخ اليهود من زوايا تثير العطف والإعجاب في كل مكان من الكتاب بين القوسين مثال ذلك ما ورد على الصفحات الثالثة عشرة والرابعة عشرة والثالثة والثلاثين والثالثة والثلاثين التاسعة والثلاثين الرابعة بعد المائتين السابسة عشر بعد المائتين من الجزء الثالث من المجلد الثالث وذلك مقابل ما يصبه ديورنت من التهم البذيئة على شخص محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام في الجزئين الحادي عشر الجزء الثالث المجلد الثالث والثالث عشر من كتابه وفي هذه الكتب كما قدمنا يحرص ديورنت على هدم الدين والتدين من دذوره عن طريق تجريح الرسل الأطهار وإثارة الغبار حول سيارهم وإنزالهم إلى مرتبة الفلاسفة والكتاب والمصلحين إنه إذا راجعنا الجزئين الذين تنأولا حياة سيدنا عيسى عليه السلام وحياة سيدنا محمد عليه السلام سوف ندرك أن اختيار هذا الكتاب قصة الحضارة للترجمة جريمة دبرتها الصهيونية الهدامة المتخفية في زوايا اليونيسكو ونفذتها بيد طاها حسين وأنفاله في جامعة الدول العربية بين قوسين الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئة يتساءل ديورنت في الجزء الثالث المجلد الثالث الحادي عشر الصفحة الثانية بعد المئتين إلى الخامسة بعد المئتين إذا كان المسيح قد وجد حقا ويشكك في نسبه وفي أنه ولد من عذراء بين قوسين الصفحة الرابعة عشر بعد المئتين وينكر كل معدزاته فينسبها جميعا إلى الكذب والتلفيق أو يردها إلى خداع الحواس والوهم أو ما سماه العلاج النفسي بين قوسين الصفحة الواحدة والعشرون والمئتان والثانية والعشرون والمئتان وهو بهذا يشكك فيما ورد في القرآن عن هذا النبي الكريم وإذا ما شكك في القرآن معجزة الإسلام فقد شكك في هذا الدين وبمثل هذا الأسلوب الإلحادي الهدان عالج المؤلف حياة نبينا محمد عليه السلام في الجزء الثالث عشر بين قوسين الجزء الثاني المجلد الرابع ففي هذا الجزء من الكتاب أخبث أساليب الكيد والدس للإسلام والمؤلف لا يلجأ هنا إلى الهجوم البديء الصريح كما فعل مع شخص المسيح الكريم عليه السلام ولكنه هنا يتظاهر بالإنصاف بل يبدو في بعض الأحيان كأنه مهجب بشخص نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا وكان محمد كما كان كل داعية ناجح في دعوته الناطق بلسان أهل زمانه والمعبر عن حاجاتهم وأمالهم الصفحة الرضيعة والأشهول الثالثة والثلاثون الثانية والأربعون وهو في هذه المواضع كلها يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن أي مصلح سياسي تصدر دعوته عن حاجات عصره وتشكلها ظروفه ومع ذلك فإن كلامه هذا قد يخدع ضعاف المسلمين وأغرارهم حين يرون الكاتب وهو غير مسلم يبدي ميلا مصطنعا إلى إنصاف نبي لا يدينه بدينه فهذا الكلام المشدع في ظاهره بروح المودة يخدع كثيرا من المسلمين فيتقبلونه بقبول حسن وينتهي بهم ذلك إلى اعتبار نبيهم واحدا من الزعماء والمفكرين والفلاسفة والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب في العصور القديمة والحديثة فيخرجهم ذلك عن إسلامهم لا شك لأنهم لا يسلمون حتى يعتقد اعتقادا خالصا لا يدخله ريب أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت بوحي يلاحقه ويقوده ويصحق كل أعماله ولست أبالغ ولا أدعي غير الحق حين أقول إن هذه الروحة اللادينية مع شديد الأسف قد أصبحت هي التي تسود دراسات التاريخ الإسلامي في الجامعات همش خصوننا مهددة من داخلها للأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله الصفحة الواحدة والتسعون بعد المئة انتهى وذلك يلمسه كل من تخرج في كليات الأداب أو اتصل بها عن قريب وما لي أذهب بعيدا وهذا هو محمد بدران يترجم هذا الجزء من قصة الحضارة يقدم لي الدليل نفسه على صدق ما أقول حين يقرر في مقدنته أن المؤلف أي ديرونت قد أنصف الحضارة الإسلامية فشاد بفضلها يقرر المترجم وهو أحد أبناء المسلمين ذلك في ساذاجة تبلغ حد الغفلة والبله مع أن ذلك الصهيوني الخبيث لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الغرائب التي يخلعها من سياقها وظروفها حتى تبدو لغير القبير بالتاريخ الإسلامي في صورة تثير الصخط وتدعو إلى الاشمئزاز كالذي يصف المجرم وهو يساق إلى القتل ويعلق في الحبل ويخفي مجترح من مفاسد وما أزهق من أرواح بريئة تجد ذلك في مثل كلامه عن قتله صلى الله عليه وسلم امرأة وعن قتله شيخا ناهز المئة لأنهما هجواه الصفحة الخامسة والثلاثون وهو يسوق ذلك في أسلوب هادئ الرزيم كأنه يسوق خبر من الأخبار العادية دون أن يعلق عليه أو يحتفل به فلا يكاد القارئ المسلم ينتبه إلى غرضه الخبيث الذي هو في حقيقة الأمر التشنيع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند المخدعين بما تزوقه الصهيونية الهدامة من كلمات براقة حين تدعو إلى حرية الهدم وإلى حرية الإفساد وتسمي ذلك حرية الرأي وليوهن أنه عليه السلام لم يكن يرعى حرمة للنساء ولا للشيوخ ومثل ذلك أيضا قوله وضمت صفية وهي فتاة اليهودية في السابعة عشر من عمرها كانت مغطوبة لكنانة إلى نساء النبي على صفحة التاسعة والثلاثون فمثل هذه الألغام التي يدسها الرجل في ثنايا سطوره تترك أسواء الأثر في مفوش القراء من الغربيين ومن ضعاف الإيمان من المسلمين والمنتحلين منهم للحضارة الغربية المتخلقين بها خاصة شيخ جاوز الخمسين يتزوج فتاة في السابعة عشرة وليس هذا فحسب بل إنها كانت مغطوبة لرجل يهودي من بني جنسها فأضافها إلى نسائه العديدات هل هذا تاريخ أم أنه تشميع في أخطر صورة لأن صاحبه يتصنع الهدوء ويتظاهر بالابتزام والإنصاف ويخدع الناس بمثل كلامه عن براعة النبي في القيادة وفي شؤون الحكم وفي التنظيم الاجتماعي وما يعرضه الكاتب في الصفحة الخامسة والأربعين نرى فيه الأسلوب المسمومة في التصوير فهو يصور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتصابي وفي صورة العصبي المزاج مريض الأعصاب المصاب بالصرع ويؤكد هذا الصهيوني الهدان تلك الصورة المفترى بعد ذلك بقوله وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء واجبات الحب والحرب ولكنه أخذ أضعفه حين بلغت تاسعة والخمسين من عمره وأظن أن يهود خيبر قد دس السم في اللحم قبل عالم من ذلك الوقت والكاتب هنا يحرص على تبرئة اليهودية من تهمة دس السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاه إذ يقول وأظن أن يهود خيبر وإذا رجعنا إلى الصفحات الرابعة والثلاثين الواحدة والسبعين والثانية والسبعين من الكتاب نرى كلاما مسمومة يصور المسلمين الأولين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عصابات من اللصوص وقطاع الطرق والذي ينزل بدوافع الفتح النبيلة إلى أغراض المادية فينقلب ذلك النفر القليل من المجاهدين الأولين في نشر كلمة الله الذين لم يكونوا يبالون بحياتهم الدنيا في سبيل ما أعده الله لهم من ثواب الجهاد في نشر دينه ينقلب ذلك النفر الكريم إلى جماعة من اللصوص وقطاع الطرق لماذا تؤذي جامعة الدول العربية المسلمين والعرب بسماعه لماذا تنطق على نقله إليهم من أموالهم كأن مهمتها هي إسماعهم ما يكرهون وإحصاء ما قيل فيهم من الشتاء وإذاعته على الناس إن الحكومات تمنع شعوبها من الاستماع إلى الدعايات التي تفتر عليهم والتي تثبت من عزائمهم وتفرق كلمتهم وتنفق في مقاومة مثل هذه الإذاعات الآلاف والملايين في بعض الأحيان فهل دين الله أقل قداسة وأهون مقامه لا يكفي في دفع ضرر هذا الكتاب وأمثاله أن تكلف الإدارة الثقافية الدكتور الشيخ محمد يوشف نوسى بالتعليق على ما يراه مستحقا للتعليق فيعلق على بعض ويهمن بعضا لأن الصدج والغافلين وقليل الخبرة بتاريخ المسلمين وليست لدينا وسيلة لمنع وصول الكتاب إلى أيديهم إن قرأوا ما في هذه الحواشي واقتنعوا بها مرة فقد يهملونها وقد تستغيهم أباطيل الكتاب مرات فما هي حاجتنا أصلا إلى ترجمة مثل هذه المفتغيات أي فائدة تعود على العرب المسلمين من نقل مثل هذا الكلام حتى يغض الطرف عما فيه من الأذى هل هذا مما يزيد المسلمين تناسكا أم هو يعينهم على النهود لماذا تنقل إلى لغتنا هذه الكتب التي تتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بوصفه مصلحا لا نبيا وقد كان من آثار هذه الدعايات ولا أقول البخور أن افتتن بها جماعة من المسلمين فاتخذوها نموذجا لبحثهم الإسلامية وظنوا أن تجردهم من إسلامهم شرط لسلامة البحث وعلميته كما زعم لهم طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي الذي سيق بسببه إلى المحاكمة وقد أصبح التاريخ الإسلامي بل الدراسة الإسلامية في كل طرائها لا تدرس في الجامعات العربية الآن على اختلافها إلا على هذا النمط الفاسد المفسد الهدام هامش عن كتاب حصولنا مهددة من داخلها للأستاذ الكريم الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله تعالى من الصفحة السادسة والتسعين بعد المئة نشر الكتاب دار الإرشاد بيروت الطبعة الثالثة بعد هذه الشهادة التي أدلى بها هذا الأستاذ الكريم وبعدما عرضنا تتضح أهمية بل ضرورة تعديل مناهج التاريخ بالجامعات والمدارس بما يتفق مع عقيدة الأمة المسلمة ويحقق أهدافها وآمالها مع التصدي للهجمة الاستشراقية التي يحمل لواءها الآن في دور العلم الكثير من أبناء العرب والمسلمين والتي تهدف إلى تربية أجيال لا تعرف لها ربا ولا ترتضي لها دين انتهى الهامش المبحث الخامس واحد الحضارة العربية الإسلامية تأليف الدكتور علي حسن الخربطلي القاهرة يعتمد الكاتب في كتابه هذا على المستشرقين أعداء الإسلام مثل دوزي و جيد وفون كريمر و هيل و لامانس وستاني لان بغول و مويني و بروتلمن و توماس أرنولد و بارتول و سيديو و غاستاف لوبو و ذان فلوتن و معظمهم من المستشرقين الخطرين الذين ساهم بعضهم في كتابة دائرة المعارف الإسلامية و الذين يحرصون في كتابتهم على هدم الدين الإسلامي كنظام صالح لكل زمان و مكان كما انهم يحرصون على تشويه وتزييف تاريخ الأمة المسلمة الذي يعتبر الواقع التطبيقية لهذا الدين على عهد رسول الله و صحبه الخلفاء الراشدين من بعده كما انهم يحرصون على النيل من صحابة رسول الله وتجريحهم لانهم حملة هذا الدين ايضا فاذا شككوا في حملة هذا الدين فقد شككوا في الدين نفسه فالكتب يزعم ان الرسول هو صاحب الشريعة و نسي ان التشريع من حق الله الصفحة الرابعة و ان ما كان يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء على وحي الله عز وجل و ما يمتق عن الهواء ان هو الا وحي يوحاء و يستشهد الكاتب بمستشرق خطير هو توماس ارنولد فيما يتصل بالخلافة و مقارنتها بنظام وثمي هو نظام الامبراطورية الرومانية المقدسة و يزعم في نهايته ان الاسلام كذلك دين عالمي كالذي كانت تدعو اليه الكنيسة منذ نشأتها الصفحتان الرابعة و الخامسة فالكاتب هنا يشبه الاسلام دين الحق بدين كفري هو المسيحية و يزعم ان الخليفة ليس له سلطات كالتي كان ينعم بها على البابة و يفصل بين الدين و السياسة الصفحة الخامسة فالمثل الاعلى للكاتب هو البابة الذي لا يصل الخليفة الى مستوى و نسي ان الخلافة نظام يقوم على الاسلام و يزعم بان الخليفة كان ينعم بسلطات سياسية عظيمة ولكن سلطاته الدينية كانت ضعيفة جدا و يزعم بان هذه هي نظرة اهل السنة الصفحة الخامسة و الكاتب هنا ينطلق من منطلق ان الاسلام ليس نظاما سياسيا و هو بهذا يردد الفكرة الاستشراقية التي تفصل بين الدين و الحياة والتي تسكك في ان الاسلام نظام حياة شامل صالح لكل زمان و مكان و يزعم بان الخلافة كان القائم بها موظفا سياسية قبل ان يكون موظفا دينيا الصفحة السادسة و يزعم ان القرآن لم يشر الى نظام الحكم الذي يتبعه المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الصفحة السادسة و يزعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي دون ان يوصم طريقا لاختيار الخليفة الصفحة السادسة و السابعة هذا ليس انظر الرد في اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ استخلاف ابي بكر الصديق انتهى و يزعم بان عثمان رضي الله عنه اغير شيرته واحد عن الحق و ان المبدأ هو الذي حمل الثوار على قتل عثمان حين غير وبدل الصفحة التاسعة و يردد مقولة المستشرقين انه لا يوجد نظام سياسي اسلامي الصفحة الثانية عشرة و الثالثة عشرة اي ان الاسلام ليس نظام حياة شامل هامش و هو يردد ما قاله علي عبد الرازق في كتابه الاسلام و اصول الحكم و يخدم الفكرة التي نادى بها كمال اتاتورك و هي فصل السلطنة عن الخلافة فاستحق ذلك الاشارة انتهى و يزعم ان العرب وليس المسلمين بنوا حضارة على انقاض امم ذات تاريخ مجيد عريق في الحضارة والمدنية والنظم السياسية الصفحة الثامنة عشرة و نسي ان العرب لم يكن لهم قيمة بدون الاسلام يزعم الكاتب ان الاسلام اقر بعض التقاليد العربية و انكر البعض الاخر و اعدل غيرها بحيث تكون معفقة لروحه وتعاليمه الصفحة الخامسة والثلاثون كأن الاسلام دين يقوم على اساس التقاليد الجاهلية و يزعم ان الفقه الاسلامي تأثر بالقانون الروماني الصفحة الواحدة والاربعون فهل بعد هذا افتراء على دين الله من احد اجناد المسلمين الزعم بان الجهاد لم يكن لنشر الاسلام ولكن حتى لا يركن المسلمون الى حياة الدعاة والاستقرار الصفحة الخمسون يأتجه للكاتب توفيق الله للمسلمين في غزواتهم و يعز انتصاراتهم الى ابلهم الصفحة السابعة والخمسون و يقفر الكاتب الفتح الاسلامي على العرب وليس على المسلمين و ان الدين الاسلامي قد انتزج بالديانات الاخرى في الامصار المفتوحة فيقول الكاتب و ظهر الانتزاج في عدة صور فكان هناك انتزاج في الدماء في الحضارات وانتزاج في اللغات وانتزاج في الاديان الصفحة التاسعة والستون هامش لا ادري ما رأي علماء الاسلام في هذا الذي يقول به احد ابناء المسلمين انتهى الهامش يزعم الكاتب ان الحضارة الاسلامية مزيد من حضارات مختلفة و ان المسلمين اقتبسوا من الفرس والرون في جميع النواحي بما في ذلك نظام الحكم الصفحة الواحدة والسبعون و في هذا القول انكار للوحي و للرسالة فنظام الحكم في الاسلام يقوم على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم و محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول يوحى اليه ولم يأخذ شيئا في ذلك عن الفرس او الرون كما زعن الكاتب كذلك فالحضارة الاسلامية تقوم على العقيدة الاسلامية و يزعم الكاتب ان اسباب انتشار الاسلام هو تشابه الاسلام والمسيحية في الاصل الاساسي وهو الاله الواحد الصفحة الخامسة والسبعون هامش هل يجوز للمسلم ان يقول بهذا و ما هو حكم الاسلام في من يردد عن دين الله و رسوله صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم و ماذا يهدف انتهى فهل المسيحيون كانوا يؤمنون بإله واحد الم يقرأ قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة و زعنا ان الاسلام لم يقابل عدوا قوية فلم تكن اليهودية او المسيحية بالقوة التي تحول دون انتشاره الصفحة السادسة والسبعون يزعم الكاتب ان الاسلام اصبح بالنسبة لشكان الامصار مسألة اقتصادية و اجتماعية اكثر منه فكرة دينية الصفحة السادسة والسبعون هذا الامتزاج بين الحضارات جعل البعض يذكرون ان امة الاسلام لم تعد امة عربية لغتها واحدة و دينها واحد و خيالها واحد كما كان الشأن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفحة السابعة والسبعون اتهام المسلمين بالعصبية و كانت العصبية هي اهم مميزات حياة العرب في الدولة العربية الاسلامية بل كانت المحور الذي تدور حوله حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الصفحة الثانية والثمانون يزعم الكاتب ان الاسلام على قدر ما حارب العصبية القبلية فانه لم يقضي عليها ولم يمحها من نفوس اصحابها ولكنها تضاءلت في نفوسهم الصفحة الثالثة والثمانون يزعم الكاتب ان العرب وضعوا يقصد المسلمين اسس العصبية القبلية في نفس الوقت الذي وضعوا فيه اسس المجم الجديدة فقد اصبح لكل قبيلة مكان خاص بها في المسجد واصبح يمثل الروح القبلية فازال العرب بذلك الحكمة التي قصدها الله من الصلاة الصفحة الثالثة والثمانون يزعم الكاتب ان العرب بذروا في خلفة عمر بن الخطاب بذور العصبية القبلية في الامصار التي فتحوها الصفحة الرابعة والثمانون يزعم الكاتب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ساعد على ظهور الروح العصبية الصفحة الخامسة والثمانون فقد كانت سياسة عمر القاضية بأعدم اختلاط العرب بشعوب الاخرى المتخضرة عاملا على احتفاظهم بالتقاليد البدوية بما فيها من تنابذ وتعصب الصفحة الخامسة والثمانون ويرد الكاتب مزاعم المستشرقين فيما يتصل بحياة اهل الذنة الاجتماعية في الدولة العربية الاسلامية وبان الفتح الاسلامي لم يكن يهدف لنشر الاسلام بل الاستيلاء على ثروة اهل البلاد وان المسلمين فرضوا الضرائب الباهظة على اهل الذنة ونظروا اليهم نظرتهم الى بقرة حلوب وعاملوهم كمعاملة يهود اوروبا في العصور الوسطى او روسيا الصفحة الثالثة بعد المئة ولا يفوتنا هنا ان نذكر بان الكاتب قد الف كتاب اسمه غروب الخلافة الاسلامية مؤسسة المطبعات الحديثة القاهرة يشكك في احاديث صحيحة واردة في البخاري ومسلم هامش انظر التصحيح في كتابنا اغطاء يجب ان تصحح في التاريخ استخلاف ابي بكر من الصديق رضي الله عنه انتهى وهو يشكك في احاديث صحيحة واردة في البخاري ومسلم مروية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصفحة الثامنة والتاسعة اثنان الشرق الخالد مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الابنى منذ اقدم العصور حتى عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة قبل الميلاد تأليف الدكتور عبد الحميد زايد دار النهضة المصرية القاهرة وهذا من مدد لكتابات احد ابناء المسلمين وهي تعتبر انتدادا للفكر الاستشراقي الذي يقوم عليه اليهود والنصارى والملحدون فالكاتب هنا يزعم بان موسى عليه السلام نصري وانه تأثر بعقائد الفراعنة وانه مؤسس دين وانه تزعم ثورة ضد فرعون وخلال هذا العرض الذي قدمه الكاتب ضاعت ملامح النبوة والرسالة التي اكرم بهما موسى عليه السلام يقول الكاتب نص من هو موسى وكيف تمت سكن فلسطين لقد اجمعت اراء المورخين انه كان مهذبا طيب القلب وذلك الرجل المصري الذي عاش في بلاط فرعون وتأثر هو وبني اسرائيل بعقائد المصريين فثار موسى على تعدد الالهة وتزعم حركة الثورة على دين فرعون وبفضل النبي موسى رغب الاسرائيليون في الاستقرار ولذلك عمل على تخريصهم من حياة البداوة والترحال ووعدهم موسى اربكا عام التي كانت ملكا للعرب والابريين وكان عليهم ان يدخلوا في معارك ضد اهلها وطلب موسى بني اسرائيل بالقتال معتمدا على شريعة الاباء الاولين ثم يفكر في الدعوة الى اله جديد غير تلك المعبودات التي كانت سائدة عند بني اسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المات منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف من سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ نتابع القراءة في كشف مخازي وبلايا كتاب الشرق الخالد مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الادنى منذ اقدم العصور حتى عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة قبل الميلاد من تأليف الدكتور عبد الحميد زايد دار النهضة المصرية القاهرة خلال عرض الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام يقول الكاتب نصا من هو موسى وكيف تمت سكن فلسطين لقد اجمعت اراء المعارخين انه كان مهذبا طيب القلب وذلك الرجل المصري الذي عاش في بلاط فرعون وتأثر هو وبن اسرائيل بعقائد المصريين فثار موسى على تعدد الالهة وتزعم حركة الثورة على دين فرعون وبفضل النبي موسى رغب الاسرائيليون في الاستقرار ولذلك عمل على تخلصهم من حياة البداوة والترحال ووعدهم موسى ارض كنعان التي كانت ملكا للعربي والعبريين وكان عليهم ان يدخلوا في معارك ضد اهلها وطلب موسى بني اسرائيل بالقتال معتمدا على شريعة الاباء الاولين ثم يفكر في الدعوة الى اله جديد غير تلك المعبودات التي كانت سائدة عند بني اسرائيل هذا قلب للحقائق فابناء اسرائيل كانوا في الاصل مسلمين موحدين اما الفرعينة المصريون فقد كانوا مشركين موحدين كما ان نشأة موسى وحياته كانت على عين الله سبحانه وتعالى ثم ان تكليفه بالرسالة كان وحيا من الله الواحد القهار وليس من اختراع عقله البشري كما ان موسى رسول النبي وليس بزعين ثورة كما عرفنا عند دراستنا لسيرة موسى عليه السلام اعطاء يجب ان تصحح في التاريخ بلاد الشام انتهى الهمش وزعم الكاتب ان داود عليه السلام كان متآمرا وانه كان يهودية وانه جعل الدين اليهودي هو الديانة الرسمية لدولة اسرائيل وانه كان موسيقية وشخصية مليئة بالمتناقضات يقول الكاتب بالحرف الواحد لقد قضى على داود بالسلاح الذي اتخذه ضد اعدائه قضى عليه الاخرون وهو سلاح المؤامرات واهم ما يلفت النظر في حكم داود هو انه جعل ديانة يهوة الديانة الرسمية في تلك الدولة المؤحدة اسرائيل ويهوذة من الصفحة السادسة والثمانين بعد السلسمية وقد كان داود شاعرا وسبق ان ذكرنا انه كان موسيقيا وكانت شخصيته متناقضة فهو جبار اذا مضطر الى ذلك ولكنه ضعيف امام اولاده ونسائه تحدث الكاتب عن تاريخ سليمان فزعم انه يهودي وانه كان يدين باليهودية فربط بينه وبين اليهود الذين يدعون انتسابهم الى سليمان بل وعطى لهم الحجة بزعمه ان هيكل اليهود ما كانه تحت قبة الصخرة في بيت المقدس لهدم المسجد الاقصى وزعم الكاتب ان سليمان كان قاتلا وقتل من اخاه وقتل كبير الحاخامين حتى لا يقف في وجهه اذا ما اراد ان يخالف تعاليم الدين الى اخره ما سنقرأه في السطور التالية وهو مأخوذ نصا عن كتاب الشرق الخالد اراد سليمان ان يحكم البلاد حكما مطلقا لذلك سلك طرقا مألوفة في عصره فقتل اخاه ادوينة وكذلك قتل كبير الحاخامين حتى لا يقف في وجهه اذا ما خالف تعاليم الدين ثم اطلق بعد ذلك سليمان لنفسه الايمان في تحقيق رغباته الشخصية واراد ملك لا ينبغي لاحد من بعده وبينما كان داود محاربة نجد سليمان يبتعد عن الحرب ويسلك طريق المصاهرة الصفحة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة كما حاول ان يسير على طريقة فرق تسد وذلك بإيجاد مشاكل تخص حدود اراضي هذه القبائل الاصباط فاشعل بينها نار الحقد والثورة واختر مشروعاته باقامة هيكل وغالبا ان موقعه كان الذي تحتله قبة الصخرة حالية لقد ثخر سليمان حوالي ثلاثين الفا من رعاياه بالتنوب في منشآته العمرانية او صفحة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة اسقل سليمان كاهل الشعب بالضرائب لتحقيق مشاريعه وللانفاق على حاشيته وجيشه وفي الواقع فان سليمان ملك تاجر من اجل ذلك ملئت خزانته هو ورجاله في بلاطه وظهر الطبقة من الحاشية وكبار الموظفين التجاريين التي كانت غارقة في النعيم والملذات والليالي الحمراء والشعب من وراء تلك الشرذمة يتدور جوعا وكان من نتائج ذلك التذمر على سليمان خصوصا وانه قد تهاون في بعض التقوص الدينية الصفحة التسعون بعد الثلاثمائة وتحدث الكاتب مرة اخرى عن شريعة موسى فزعم انها مقتبسة من شريعة حمورابي وزعم الكاتب ان كتاب العهد القديم المحرف هو شريعة موسى التي تلقاها عن الاله يهوة الشرائع الموسوية لماذا زحف سرجون الثاني على فلسطين في الربع الاول من اقرن الثامن قبل الميلاد عندهم تقلت الحضارة البابلية وفي ركابها شريعة حمورابي وفرضت نفسها على المجتمع الاسرائيلي اذا فقد اقتبس موسى شريعة عربية جنوبية هذا وان كانت شريعة موسى قد ارتبطت بالشريعة الحمورابية فقد كان ذلك مدنيا فقط وقد لوحظ في الشريعة الحمورابية طابع الانسانية العالمية بينما المجتمع الاسرائيلي لم ينهض برسالة عالمية وكتاب العهد اقدم واثيقة جمعة الشريعة الموسوية وهو نسخة اخرى من شريعة حمورابي وقد تسلم موسى وحمورابي الشريعة سلطة عليا فقد تلقها حمورابي من الاله شماس وكذلك تلقاها موسى من الاله يهوة الصفحة التاسعة والتسعون بعد المائتين وتناول الكاتب قضية التوحيد والدين فزعم ان التوحيد من اختراء العقل البشري وانه تطور من الوثنية والتعدد الى التوحيد وزعم ان المصريين قد وصلوا الى التوحيد من تلقاء انفسهم قبل ابراهيم عليه السلام بزمن طويل كما زعم الكاتب ان عبادة قرص الشمس اتون هي توحيد حقيقي فقال الواقع ان ديانة اتون لم تصبح مجرد نظرية مادية تتحدث عن القوة الكاملة في قرص الشمس ولكنها توحيد حقيقي والصفحة الثالثة بعد الاربعمائة والاعتقاد بوجود اله اعلى دون ان يمنع وجود اله اخرى تعتبر مرحلة مصطة بين الاعتقاد بتعدد الاله وبين التوحيد الصفحة الخامسة بعد الاربعمائة ابراهيم بين كتب الدين واقوال المؤرخين ومع ان التوحيد لم يكن مجهولا قبل ايام ابراهيم فقد عبد المصريون القدما الها واحدا كما قاموا بوزن اعمال الانسان في العالم الاخر الذي صوروه على صفخات جدران قبورهم وعلى البردي وانما كل ذلك لم يكن دعوة بنبوة ولسانة ابن الله بل كان دعوة دعوة كهان او ملوك تخفي ورائها اشياء كثيرة الصفحة الخامسة عشرة بعد الاربعمائة ثلاثة الموسوعة العربية الميسرة التي اشرف على تحريرها محمد شفيق غربال واشترك في تحريرها من اساتفة التاريخ الدكتور ابراهيم نصحي الدكتور احمد فخري الدكاترة احمد بدوي انيو الصائغ زينب عصمة راشد عبد الرحمن زكي عبد المنون ابو بكر قسطنطين زريق محمد يوسف زايد وديع وتوفيق اسكندر القاهرة تسير على نفس الخط الذي رسلناه انفا فمثلا في الصفحة الوحيدة بعد الالف تولد معلومات عن سليمان عليه السلام فتقول ابن داود نبي وملك اليهود وفي عهده بني الهيكل المقدس وفي الصفحة الواحدة والثمانية بعد التسعمائة والالف والثانية والثمانين بعد التسعمائة والالف تولد معلومات عن نبي الله يسا عليه السلام معتمدة على التوراة والانجيل وفيها مخالفات عقدية أربعة سياسة الاستعمار والسهيونية تجاه فلسطين في النصف الاول من القرن العشرين تأليف حسن صبر الخولي المجلد الاول دار المعارف بالنصر سنة 73 وتسعمائة والف يعالد الكاتب تاريخ اليهود ارتبطا بتاريخ داود وسليمان عليهما السلام على اساس انهما نبيان يهوديان يقول الكاتب ايضا نصا وقد وردت لفظة يهودية لاول مرة في التوراة عندما تعرض هذا السفر الديني للملك داود الذي اسس مملكة اسرائيل واستوى على عرشها الصفحة الخامسة ويلاحظ ان الملك سليمان الذي تربع على العرش بعد وفاة والده داود من سنة ستين وتسعمائة الى سنة خمس وثلاثين وتسعمائة قبل الميلاد اقام في القدس الهيكل المعروف باسمه وسرعان ما غدا هذا الهيكل اكبر مركز روحي لليهود الصفحة السادسة ومما هو جدير بالذكر ان اليهود كانوا ولا يزالون ينظرون بتقدير بالغ الى مملكة داود ويعتبرون حكم داود وسليمان العصر الذهابي لتاريخ اليهود الصفحتان السادسة والسابعة حاشية وهكذا فرطنا في الانبياء المسلمين وجعلناهم يهودا انظر لتصحيح المرجع سالف الذكر اغطاء يجب ان تصحح في التاريخ تاريخ ابراهيم وذرياته عليهم السلام انتهت الحاشية المبحث السادس واحد تاريخ التمدن الاسلامي تأليف جوجي زيدان مراجعة الدكتور حسين مؤنس القاهرة العرب قبل الاسلام لنفس المؤلف لا يعرف احد من الصليبيين في دنيا العرب بل لا يعرف احد عمل على تلويث التاريخ الاسلامي والخط من شأنه كما فعل جوجي زيدان همش تقويمنا لفكر جوجي زيدان يعتمد على فحصنا لبعض مؤلفاته في ضوء العقيدة الاسلامية ويعتمد ايضا على عرض نتيجة فحص الدكتور شوقي ابي خليل للمؤلفات جوجي زيدان انتهى الهمش لا قد عاش لهذا الغرض وكتب الكثير فيه وكان صاحب هوى في كل ما كتب واللف وكانت مهمته تلخيص اقوال الفرق الباطنية الموتورة وتجميع دسائسها واخراجها تارة باسم تاريخ التمدن الاسلامي واخرى باسم روايات تاريخ الاسلام وهناك شك في نسبة هذه المؤلفات اليه ومبعث الشك ذلك التباين الشاسع ما بين مذكراته التي نشرها دكتور صلاح الدين المنجد ومؤلفاته المتداولة بين الناس ففي مذكراته يبدو عامية ركيك الاسلوب في حين يطل علينا في كتبه المشهورة باسلوب اخر ليس فيه جنف ولا ركه وما كنا لنهتم بكتبه ونقدم شيئا من الدراسة لها لولا ان وجدنا انها تلقى رواجا من عامة المسلمين ممن يأخذونها على انها حقائق فتترك في نفوسهم غبشا في رواية وتصورا عن الاسلام غير سليم وقبل ان نختار الوانا من اباطيله وتضليله لابد ان نقدم فكرة مجزة عن حياته وحياته نفسها تجلو لنا كثيرا من غوامض الامور حياته ولد في بيروت عام 61 و800 ميلادية من عائلة ارثوذكسية ولا يعرف اصل عائلته وليس لها خبر مدوى وفي عام 83 و800 والف من الميلاد هاجر من لبنان الى مصر على باخرة انجليزية وهجرته عام 83 و800 والف ميلادية لها معنى عميق ففي عام 82 و800 والف من الميلاد قضى الانجليز على حركة عرابي وصار لهم الامر في وادي ميل واخذ الانجليز النصارى على اخوانهم نصارى بلاد الشام الذين فروا من بلادهم التي كانت ما تزال تعيش تحت ظل الخلافة الاسلامية واستوطنوا نصر فعاشوا شركاء للحكام الجدد الانجليز الذين اولوهم شؤون الصحافة والادب والثقافة والترجمة وكانوا عوما للانجليز في تآمرهم على بلاد الشام والسودان وفي عام 84 و800 والف ميلادية رافق جورجي زيدان الحملة الانجليزية للسودان كمترجم في سلك المخابرات البريطانية وقد نال على ذلك ثلاثة اوسمة منها الميدالية الانجليزية والنجمة المصرية وفي عام 91 و800 والف انشأ مجلة الهلال وكان ملما بالانجليزية والفرنسية وعنده اطلاع على لغات اخرى الالمانية واللاتينية وكان عضوا في الجمعية الاسيوية البريطانية ثم انتدبه المجمع الاسيوي الفرنسي عضوا فيه وتوفي عام 14 وتسعمائة والف ميلادية هانش المجتمع الكويتية جورجي زيدان في الميزان صدرت سنة 95 و300 والف هجرية وهو العدد الثالث والاربعون بعد المائتين تأليف الدكتور دوسوقي ابو خليل الطبعة الاولى دار الفكر دمشق سنة احدى واربعمائة مؤلف هجرية وكأن المجتمع الكويتي عزيز المستمع كانت تعرض لكتاب من تأليف الدكتور شوقي ابو خليل وهو جورجي زيدان في الميزان انتهت الحاشية وكان له مع المستشرقين صلاة قوية فتحدث عنهم في تاريخ اداب اللغة العربية حديثا طويلة وافاض في مدحهم والاشادة بما سماه فضلهم على الانسانية وذكر في تاريخ التمدل الاسلامي اعتماده على المصادر الاجنبية ومنها تمدل العرب جاستاف وعبون تاريخ الدولة الرومانية البيزنطية ليبيون تاريخ تمدل الشرق فون كيما وعن صلاته مع المستشرقين قال حسين مؤنس كانت اشبه بهمزة وصل بين الحركة العلمية العربية المعهضة وحركة الاستشراق المتدفقة النشاط في اوروبا وامريكا واعتصرت العلاقات بينه وبين المستشرقين المعادين للاسلام مثل تيودر نولدكا يوليوس فالهاوزن وويلوم وايت ودنكين وبلاك ماكدونالد وكل هؤلاء من الذين شحذوا اقلامهم في كل مؤلفاتهم لتشويه الاسلام وتزييف تاريخ الاسلامي والمسلمين ومن مؤلفاته تاريخ التمدل الاسلامي خمسة اجزاء العرب قبل الاسلام جزء واحد تاريخ اداب اللغة العربية اربعة اجزاء من سلسلة رواياته التاريخية عذراء قريش السابع عشر من رمضان غادة كاربلاء الحجاج بن يوسف صلاح الدين الايوبي الانقلاب العثماني العباسة اخت الرشيد الامين والمأمون فاتاة القيران استداد المماليك وجورجي جيدان صاحب هذه الحياة الكالحة والذي يكتب تاريخ الدعوة الاسلامية وحياة اعلام المسلمين وامانته في هذا كامانة الذئب الجائع المفترس عندما ينفرد بشاه تاهت عن القطيع وكتب تاريخ التمدل الاسلامي يتبنى الاتجاه الاستشراقية المعادية للاسلام ومن ذلك اولا التقليل من شأن النبوة المحققون العلماء من المؤرخين والمحدثين يجمعون في ان معجزة الاسلام كامنة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في قومه اربعين عاما لا يقول شيئا ثم فاجأ الناس بدعوة لم يكونوا مهيئين لها فاعلنوا عليها حربا لا هودة فيها لانها كانت تفتضم مع واقعهم وتصورتهم يأتي جورج زيدان على هذه الحقيقة فيتجاهلها البتة ليزعم بان الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لبنة في بناء بدأ منذ عام الفيل ودرجة في سلم حضاري يعود اوله الى عصر حمرابي هو يتبنى هنا منهج الدين المقارن من الدين من اختراء العقل البشري يقول ان عرب الجاهلية حفظوا اخبار عاد وثمود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة فتكثر الشعراء والخطباء والحكماء في القرن الاول قبل الاسلام دفعة واحدة وهو ما يتوقعون الفرج من باب النبوة وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم فادعى النبوة غير واحد من قبائل مختلفة وهن بعضهم بالدعائها مما يدل على تنبه الاذهام الى امر الدين والتفكير في اعواقب الاعمال هامش تاريخ التمدن الاسلامي البزء الاول الصفحة الاربع انتهى الهامش وعما يسمى نهضة دينية سبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايضا ومهما يكون السبب فان بلاد العرب كانت قبل الاسلام في نهضة ادبية تمهيدا لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها ومثل هذه النهضة تتقدم الدعوات الدينية في الغالب استعدادا لقبولها هامش المرجع السابق الصفحة الواحدة والاربعون والثانية والاربعون انتهى ويزعم الكاتب ان غزو الاحباش لمكة اي عام الفيل انتج رجالا نبغوا في السياسة والقيادة والادارة وكانوا من اهم العوامل تأثيرا في سرعة انتشار الاسلام كما انتجت الثورة الفرنسية بونابارت ورجاله ويؤكد هذا التلازم مرة اخرى فيقول ان واقعة الفيل التي سطى بها الاحباش على الكعبة كانت وراء بروز قادة من العرب كخالد وابي عبيدة وابي بكر وعمر هنش تاريخ التمجن الاسلامي الجزء الاول الصفحة الخامسة والسبعون فهل بعد هذا تشويه وتزييف لتاريخ الاسلام ورجال الاسلام هل يقول عاقل بان الهجمة الهمجية التي حاول بها الاحباش غزو مكة لهدم الكعبة قد انتجت رجال النبغ في السياسة منهم ابو بكر وعمر وخالد وهل يقول عاقل بشبه بين ابي بكر وعمر وخالد رضي الله عنهم وبين نابوليون بونابارت ولكنه الحقد على الاسلام واهله انظر اخطاء يجب ان تصحها في التاريخ سيرة ابراهيم تاريخ حرم الله الامن انتهى ويسيب في حديثه عن العصر الجاهلي لانه جزء من واقع الجاهلية التي تناوئ الاسلام ويحاول ان يجعل العصر الجاهلي قمة في التدين والحكم والحضارة وما الاسلام الا خطوة بسيطة من افراز الحضارة الرومانية والفارسية وفي هذا يقول على اننا لا ننكر ان التمدن الاسلامي قام على انقاض التمدن اليوناني والفارسي لكن شأن العربي في ذلك مثل شأن اليونان والرومان والفرس وسائر الدول العظمى لان اليونان اقتبثوا اكثر عوامل تمدنهم من المصريين وزادوا فيها ووسعوا على مقتضيات مؤثرات السلطة حتى صار تمدنا معروفا بهم فاخذ عنهم الرومان وعدلوا فيه تعديلا طفيفا جدا وكذلك الفرس فان تمدنهم قام على انقاض تمدن الاشوريين والبابليين والكلدانيين مثلهم واخذوا ايضا عن اليونان همش المرجع السابق اي تاريخ التمدن الاسلامي الصفحة التاسعة والعشرون انتهى وزعم الكاتب ايضا ان الحجة والزواج والطلاق والذبائح قد اقتبثها العرب من اليهود همش وهو يكرر ما قاله الدعوة الى الاسلام تأليف توماس ارنولد انتهى الهمش وذلك في الصفحة الثانية وثلاثين من كتابه اي من تاريخ التمدن الاسلامي كما قالنا بين الكعبة وبين ما يسميه اليهود بهيكل سليمان في الصفحة الثامنة وثلاثين من كتابه اما كتاب العرب قبل الاسلام لنفس المؤلف دورجي زيدان فانه يعتبر تاريخ الامة المسلمة التي سبقت بأفتها محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية من اسقم التواريخ همش يكرر نفس الفكرة جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء الاول الصفحة الثامنة بعد المئة انتهى معلين بان هذا التاريخ يحوي تاريخ هود وصالح وشعيب واسلام الدولة السبائية على عهد سليمان عليه السلام واصحاب الاخدود المسلمين الموحدين وتاريخ مكة المكرمة وحرم الله الامن وبيته العتيق الى غير ذلك الصفحة السابعة عشرة وجريا على عادة اليهود الذين تجاهلون تاريخ هود وصالح وشعيب في توراتهم التي كتبوها بايديهم لانهم من الانبياء العرب وهم يحفظونهم على ذلك حاولا زيدان ان يشكك في وجود عاد وثمود في الجزيرة العربية رغم ان القرآن الكريم قد ذكر اخبارهما وذلك في الصفحة الثانية والسبعين والخامسة والسبعين والسادسة والسبعين ويستبعد الكاتب الوسيلة وهي سيل العرب التي بها خطم الله سبحانه وتعالى الحضارة السبائية كجزاء لكفر اهلها بالله عز وجل يقول وذلك بعيد اذ لا يعقل ان تعجز الدولة في ابان سطوتها عن اتقاء مثل هذا السيل واذا تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه ايش يقول بنفس الفكرة محمد مبروك نافع في كتابه عصر ما قبل الاسلام الصفحة الثالثة والثمانون والرابعة والثمانون انتهى وجاء ذلك في الصفحة الاربعين والمئة من كتاب جورج زيدان اي تاريخ التمدن والكاتب بهذا يعارض الاخبار الصحيحة التي اوردها الله عز وجل عن سبب انهيار سد مأرب وذلك للتشكيك في القرآن معجزة الاسلام ويستبعد الكاتب القرآن الكريم والسنة المطهرة كمصادر يعتمد عليها في كتابة تاريخ اسماعيل وهاجر عليهم السلام ووصولهما الى بيت الله الحرام فيظعم ان اخبار اسماعيل وهاجر مأبنية على ما ذكرته التوراة وذلك في الصفحة الرابعة والسبعين من كتابه ويزعم انهما قد اخرج الى برية بئر سبع في الصفحة الرابعة والسبعين ويشكك في كونهما قد جاء الى الحجاز الصفحة الخامسة والسبعون ويزعم الكاتب ان ابرهة الحبشي قد هزم اي ينكر هلاكه نتيجة اصابة الجنود بالوباء ودفاع اهل مكة عن مكة هامش نفس المرجى تاريخ التمدن الاسلامي الجزء الاول الصفحة الواحدة والاربعون انتهى الهامش واورد ذلك في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين من كتابه وبهذا ينكر الكاتب صريح القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اثنان تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي تأليث حسن ابراهيم حسن الطبعة الثامنة القاهرة سنة اربع وسبعين وتسعمائة والف ميلادية الدكتور حسن ابراهيم حسن من الذين تتلمذ على تونس ارنالد صاحب كتاب الدعوة الى الاسلام بل انه هو الذي ترجم له ذلك الكتاب السالث الذكر وكتاب تاريخ الاسلام وفي للخط الاستشراقي في كثير مما جاء فيه مثال ذلك حينما عالج الكاتب تاريخ الدولة السبائية اغفل ما اورده القرآن فيما يتصل بالاسباب التي ادت الى انهيار سد مأرب وذهاب حضارة سبأ وهو بهذا يردد اعراء المستشرقين يقول الكاتب اختلف المعرخون في اسباب سقوط الدولة السبائية فيرى مؤرخ العرب ان السبب في ذلك يرجع الى تصدع سد مأرب الذي لم يكن لهم عنه غلا لري ارضهم ريا منظمة والذي كان السبب الاساسي في رقي بلادهم وتقدمها واذهب بعض المستشرقين الى ان انكسار السد كان في حد ذاته متيرة اهمال من الامة كانت اخذة في الانحطاط وان هذا الخراب الذي حل باهل سبأ لا بد ان يكون قد حدث تدريجية قبل انهيار السد بزمن طويل لانه لا يؤقل ان تزول مدينة عظيمة دفعة واحدة هامش انظر اغطاء يجب ان تصخح في التاريخ استخلاف ابي بكر من الصديق رضي الله عنه انتهى الهامش نتابع القراءة تحت نقد كتاب تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي من تأليف حسن ابراهيم حسن يقول ويظهر انه لما تطأولت الازمان على هذا السد واهمله الملوك تصدعت دوانبه وافضت المياه على ما حوله من القرى والمزارع فاتلفتها اصفحة السابعة والعشرون والثامنة والعشرون ان رواية الخبر التاريخي على هذا النحو يوهم القارئ ان الخبر القرآني ليس صحيحا او على الاقل يشكك فيه واذا شكك في القرآن فقد شكك في الاسلام والكاتب هنا يردد ما قال به اعداء الاسلام فيما يتصل باسباب تدمير الحضارة السبائية سامح الله الكاتب الم يقرأ قول الحق عز وجل لقد كان لسبئين في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ويزعم المؤلف بان الاسلام نظام ديمقراطي ونفي ان الاسلام لا يقر الديمقراطية فكلمة ديمقراطية مكونة من مقطعين بوموس وكراتوس اي حكم الشعب اي ان الشعب صاحب الحق في وضع التشريع اي ان الحاكمية للشعب بينما الاسلام يعتبر التشريع حق الله ان الحكم الا لله سورة يوسف الاية الاربعون وفي هذا يقول الكاتب في الصفحة الرابعة بعد المئة وقد ساعد الرسول على توحيد كلمة العرب تلك المساواة التي جاء بها الاسلام وتلاشى امامها تلك الفوارق الجنسية التي مزقت شم العرب وليس ادل على تلك الديمقراطية من قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ومن ثم بادر الناس إلى الاسلام لمن تاز به من الديمقراطية الصحيحة والمساواة الحقة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الصفحة العاشرة في كتابه المؤلف ينكر صريح القرآن عن تدخل يد القدرة الالهية في غزوة الخندق لصالح المسلمين ويقول بأن الطبعة هي التي ردت الكافرين على أعقابهم فيقول هذا إلى ما أبداه الرسول من المهارة في مصابرة المسلمين وتشجيعهم على تحمل الجوع والعري في تلك الأيام التي عصفت الطبيعة بمعسكر قريش واضطرتهم إلى الجلاء الصفحة العشرون بعد المئة يزعم الكاتب أن مشاهدات الرسول في بلاد الشام قبل البعثة كان لها أعظم الأثر في التشريعات الإسلامية ونسي أن التشريع من عند الله وأن ما كان يقره رسول الله إنه إلا وحيوحا سورة النجم الآية الرابعة ويفصل الكاتب بين الدين والسياسة فيزعم وعلى هذه الصورة أصبح الإسلام ولو من الوجهة النظرية على الأقل كما كان دائما نظاما سياسيا بقدر ما هو نظام ديني الصفحة الثالثة بعد المئة يزعم الكاتب أن المذاهب والأفكار والآراء المسيحية واليهودية والفارسية قد مهدت الطريقة لظهور المصلح وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صفحة الرابعة والسبعون فالكاتب يطلق النظرة الاستشراقية المصطلح على النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه مصطلح مصلح كغيره من المصلحين وعيد فالكاتب يطلق اللظة الاستشراقية مصلح على النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه مصلح كغيره من المصلحين وليس نبيا مرسلا من قبل الله عز وجل يزعم الكاتب بأن اليهودية دين سماوي وأنها تشتمل على التوحيد الصفحة الثالثة والتسعون هانش ألم يقرأ الكاتب قول الله تعالى وقالت اليهود وعزير ابن الله فهل هذا توقيت؟ والقول بأن اليهودية دين سماوي فلا دليل عليه من الكتاب والسنة انظر أغطاء يجب أن تصحح في التاريخ الرسالة الأولى الإسلام دين الله في السماء والأرض انتهى يزعم الكاتب أن الإسلام دين العرب فقط وأن من أهم الأسباب التي من أجلها رفض الروم قبول هذا الدين أنه دين العرب الذين كانوا يستصدرون شأنهم الصفحة الخامسة والستون بعد المئة يزعم الكاتب أن الإسلام من تأسيس محمد فيقول وينكر بعض المؤرخين أن الإسلام قصد به مؤسسه في بادئ الأمر أن يكون دينا عالميا الصفحة التاسعة والستون والمئة وأما القول بأن هذا الدين لم يهيأ إلا لبلاد العرب فإن ذلك لم يمنع محمدا من التفكير في تعميم دينه الصفحة السبعون بعد المئة يقول الكاتب ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيى الأخلاق ورفع شأن الفضيلة كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم الصفحة الرابعة بعد المئتين وزعم الكاتب أن أصحاب الأخضيب كانوا مسيحيين ونسي أن المسيحيين كفار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الصفحة التاسعة والعشرون وأهد أن القرآن والسنة يثبتان أن أصحاب الأخضيب كانوا مسلمين موحدين همش جزيرة العرب منذ أقدم الدهور دار الطباعة الحديثة القاهرة سنة ثمانين وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية الصفحة الخمسون بعد المئتين إلى التنسعة والخمسين بعد المئتين انتهى تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع الصفحة الثالثة والعشرون والخمسمائة إلى الصفحة السابعة والعشرين بعد الخمسمائة وعن الكعبة يردد الكاتب ما قاله ديرانت وفيها الحجر الأسود الذي يقال إنه سقط من السماء الصفحة السابعة والأربعون وبالنسبة لمحاولة أبرهة الحبشي الأشرم لمحاولته هدم البيت العتيق أردد الكاتب ما قاله ديرانت ولا شك أن هذه الحادثة كانت فاتحة خير على العرب عامة وقريش خاصة فقد مهدت السبيل لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها ويضيف ولما ذاع أمر أصحاب الفيل في العرب زاد احترامهم للحرم وقالوا أهل الله قاتل عنهم وكفاهم كيدهم الصفحة العاشرة بعد الخمسمائة وفي موضع آخر يقول الكاتب وفي الحق كان لوجود أديان سماوية في يفرب لها كتب منزلة من عند الله كاليهودية فيها ذكر للوحي وحدانية الله الصفحة الثالثة والتسعون وهذه المغالطة من الكاتب لأن اليهودية تقوم على الشرك وقالت اليهود عزير ابن الله يردد الكاتب رأيا لمستشرق يصور محمدا بالرجل العبقري وليس رسولا من عند الله الذي نال سلطة خارقة على عقول أتباعه قد ينحرف مؤرخ عن موضوعه ليتأمل حياة رجل نال سلطة خارقة على عقول أتباعه وأعمالهم وعضعته عبقريته أساسا دينيا سياسيا ما زال يحكم الملايين من البشر من أجناس مختلفة إن نجاح محمد كمشرع لا دليل على أن ذلك الرجل الخارق قد كان مزيدا نادرا من كفاياتي لكورغوس والإسكندر الصفحة الثالثة والسبعون والمئة ولا فارق عند الكاتب بين حماس الإنسان لوثنيته أو إسلامه نلاحظ هذا في قوله وكان حماس العربي للإسلام وولاؤه له لا يقل عن حماسه لوثنيته واستبساله في الذود عنها الصفحة التاسعة عشرة والكاتب يعتبر توحيد الله سبحانه وتعالى اكتشافا بشرية وليس إيمانا بالله الواحد الأحد مفطور عليه الكون والإنسان ودعا إليه رسول الله عليه السلام ويزعم أن أديانا أخرى غير الإسلام دعتا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد ولم تكن فكرة التوحيد والانصراف عن الآلهة المتعددة إلى إله واحد اكتشافا حديثا فرد به الإسلام الصفحة السابعة والتسعون بعد المئة همش أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ سيرة إبراهيم عليه السلام وتاريخ حرم الله الآن من دار الوفاء انتهى والكاتب هنا يصور محمدا على أنه مصلح وليس رسول النبي وصفة القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما وصفه ميعر في حياة محمد امتز بوضوح كلامه ويسر دينه وقد أتم من الأعمال ما يدهش الوقول ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيى الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد الصفحة الرابعة بعد المئتين والكاتب يرى أن القرآن يحوي كثيرا من تعاليم المجوسية والفارسي يستطيع أن يجد في القرآن كثيرا من التعاليم الأساسية في ديانته القديمة وإن كان ذلك بصورة مختلفة كثيرة وهذا ترديد لرأي توماس أرمل في كتابه الدعوة إلى الإسلام الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين من كتاب المؤلف حسن وينتقل الكاتب إلى الطعن في صحابة رسول الله فيولد قوله لسيد أمير عن الخليفة عثمان رضي الله عنه أو لسيد أمير يقول كان عثمان شيخا كبيرا ضعيفا بإرادة فلم يستطع للطلاع بأعباء الحكم رغم نزاهته وفضائله الكثيرة وقد أثار بسياسة الضعف التي سار عليها وانحيازه إلى ذوي قربه ومحاكاتهم كراهته لأهل المدينة الصفحة التاسعة والستول بعد المئتين ويرد رأيا لنيكلسون عن علي رضي الله عنه فيقول كان علي يأوزه حزم الحاكم ودهاؤه برغم ما كان يمتاز به من الفضائر الكثيرة ويمكن مقارنته بمونت روز لوبيار في شجاعته ونردته وكانت تنقصه الحنكة السياسية وعدم التردد في اختيار الوسائل أي كان لتثبيت مركزه الصفحة الثامنة والسبعون بعد المئتين ويرد رأيا لنيكلسون عن الخلافة في العصر الأموي فيقول في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئتين اعتبر المسلمون انتصار بني أمية وعلى رأسه المعاون انتصارا للأرستقراطية الوثنية ويزعم الكاتب في الصفحة الثانية والخمسين بعد ثلاثمائة أن الإسلام أحل الوحدة الدينية والقومية الإسلامية ما حل الشعور القبلي همش فهل بعد ذلك افتراء على الله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والعجيب أن هذا الكتاب هو مرجع أساسي في التاريخ الإسلامي في غالب دور العلم في بلاد المسلمين فماذا ينتظر ممن يتتلمذون عليه انتهت الحاشية المبحث السابع دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب تأليف الأستاذ الدكتور محمد بيومي مهران همش أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية انتهى أولا إن القارئ لهذا الكتاب يفاجأ بأن الكاتب يعتمد في تحليلاته لأحداث تتعلق بتاريخ بعض الأنبياء والرسل ومصادر الإسلام على ما ورد في التوراة المحرفة وعلى ما كتبه المستشرقون اليهود والمصارى ومن سار على نهجهم مع أن الكتاب معنوا بدراسات تاريخية من القرآن مع ملاحظة أن القرآن الكريم لا يشكل كمصدر لدى الكاتب دكتور محمد بيومي مهران إلا نسبة ضئيلة جدا من حجم الكتاب ولذلك فالعنوان المقترح لكي يكون معبرا عن فحواه دراسات تاريخية من القرآن والتوراة ومن كتابات المستشرقين اليهود والنصارى والعجب أن الكاتب الدكتور بيومي مهران في مقدمة كتابه قد هاجم ما تسمى بالتوراة أو ما تسمى بالعهد القديم قوله وهذا دليل على أن أخبارها غير موثقة لدى الكاتب ولكن رغم هذا فإن الكاتب يطلق عليها أي التوراة والإنجيل لفظة الكتاب المقدس همش ثلاثة في الصفحة السابعة والثلاثين الصفحة الثانية والاربعين السابعة والاربعين الثانية والخمسين والواحدة والستين فكيف يكون مقدسة وقد فقد قدسيته بسبب تحريفه باعتراف الكاتب نفسه في الصفحة الثالثة والخمسين ولماذا يعتبرها الكاتب مع ذلك مصدرا من مصادر معلوماته ولذلك لا عجب إذا جاءت كثير من المعلومات والتحليلات التي أوردها الكاتب عن الأنبياء تناقض ما أورد في الكتاب والسنة الكاتب يقول إن القرآن هو المصدر الوحيد ودراسات قرآنية ورغم هذا فإنه يعتمد على التوراة في نفس الكتاب ففي الكتاب يجعم الكاتب أن قصة يوسف عليه السلام وكذلك قصة إسماعيل عليه السلام الواردة في القرآن الكريم ليست من قصص الدعوة أو قصص الجهاد في تبليغ الرسالة الصفحة الأربعون من كتاب الدكتور بيومي مهران وهنا نسأل الكاتب فمن أي نوع إذن هي في رأي الأستاذ الدكتور أورد الكاتب كلما منقض ما أورد في كتاب الله عن إسماعيل عليه السلام فكلنا يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله قد أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سورة الصافات الآية الثالثة بعد المئة لكن الدكتور محمد بيومي مهران أستاذ التاريخ القديم بكليات الأداب جمعة الإسكندرية يخرج علينا بقوله إن التجارب الإنسانية قد كتبت على إسماعيل ضريبة الفداء وهي في مفترق الطرق بين الهمجية التي كانت في معظم مجتمعات الشرق القديم لا تتورع عن الذبائح البشرية وبين الإنسانية المهذبة التي تأبى الفداء بالحياة ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان الصفحة الأربعون من كتابه ولا ندري ما وجه المقارنة بين الله جل وعلا الذي أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه عليه السلام لحكمة وبين البشرية الهمجية التي لا تتورع عن ذبح الإنسان وهل في تصور الكاتب أن أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام لم يصل إلى مستوى الإنسانية المهذبة تحدث الكتاب في الصفحة الواحدة والأربعين عن القصص القرآني قصة إبراهيم وموسى عليه السلام ثم تحدث عن الملكية الإلهية في مصر الفرعونية ولم يقل لنا هل هذا شرك أم لا ويعتبر الكاتب أن ما ورد في القصص القرآني ثورة على ضلال العقل في العبادة جامعة لأكثر العبادات المستنكرة في الزمن القديم ولم يقل لنا الكاتب هل مستنكرة حديثا أم لا يفصل الكاتب بين التاريخ والدين فيقول إن هدف القرآن من قصصه ليس التأغريخ لهذه القصص وإنما عبرا تفرد الاستفادة بما حل للسابقين الصفحة الثالثة والأربعون ومما لا شك فيه أن القرآن أورد أخبارا تاريخية تحقيقا لغاية وهدف من باب تدبر سنن الله الكونية الثابتة في حياة الأمم والشعوب فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يزرم الكاتب في الصفحة الثانية والستين وإلى الخليل يشرف بالانتساب كل أصحاب الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام وتلك مكانة علم الله ما استطاعت التوراة أن تصل إلى شيء منها بالنسبة إلى الخليل عليه السلام ولكن القرآن كتاب الله يعطي كل ذي حق حقه والكاتب هنا يعتبر أن اليهودية والنصرانية كل منهما ديانة من عند الله عز وجل دعا إليها رسول وهذا ما لم يقل به كتاب ولا سنة ولا أحد من علماء السلف أو الخلف ويزعم الكاتب في هذا النص أن إبراهيم عليه السلام هو أصل اليهود والنصارى مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا ندري هل نصدق الكاتب أم نصدق كتاب الله عز وجل السيء العجيب أن الكاتب أفرض صفحات من الصفحة السابعة والأربعين وما بعدها لإثبات أن القرآن لم يعتمد إلى حد كبير في قصصه على التوراة والإنجيل ولا نفهم ماذا يقصد الكاتب بمعنى إلى حد كبير هل هناك حد صغير يعتمد فيه القرآن الكريم على التوراة والإنجيل؟ إن المستشرقين اليهود والنصارى يقولون إن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل فهل هذا تأثر من الكاتب بما قاله المستشرقون؟ ويريد الكاتب كلاما يعتبر سبا في نبي الله داود عليه السلام فداود يهودي نقلا عن التوراة دون أن يعلق تعليقا واحدا على ذلك يبين خطأ هذه المعلومات ففي داود أورث الكاتب أنه يتطلع إلى حرمات الناس في الصفحة الرابعة والستين من كتابه ويفطو على أعراضهم في نفس الصفحة وهو مغن يجيد الضرب على القيثارة وهو قاس غليظ القلب في الصفحة الخامسة والستين وهو يأخذ النساء من أزوادهن قسرى في الصفحة السادسة والستين بل ويرد الكاتب كلمة لمؤرخ أمريكي هو اليهودي ديورنت بأن هذا وصف رجل حقيقي لا رجل خيالي اكتملت فيه عناصر الرجولة المختلفة ينطوي على بقايا الهمجية وعلى كل مقاومة الحضارة الصفحة السابعة والستون ولا ندري لماذا يريد الكاتب هدوم التوراة على سليمان عليه السلام حاملا اتهامات يندى لها الجبين دون أن يقول هذا غير صحيح أو هذا خطأ انظر الصفحتين الثامنة والستين والتاسعة والستين ليس كافيا أن يريد الكاتب الوصف الذي أورده التوراة جنبا إلى جنب مع ما أخبر به عنه القرآن الكريم دون أن يعلق على الوصف التوراة ولو بكلمة خطأ يسمي الكاتب يوسف عليه السلام العبد الدخيل ويقول ما معناه أنه ما كان يجب عليه أن يظل في السجن حينما طلب منه الملك الخروج فيقول بالنص الواحد فيأبى عليه ذلك العبد انتثال أمره إلا بعد إجراء التحقيق مع أنه يمكن الجمع بين انتثال أمر الملك وإجراء التحقيق بأن يبادر يوسف بالخروج من السجن ثم يطلب من الملك التحقيق في القصة الصفحة السابعة والسبعون والثامنة والسبعون على كل نعتذر عن يوسف عليه السلام لأنه لم يغطر على فكره هذه الأفكار التي خطرت على فكر أحد أساتذة القرن العشرين لست أدري ماذا يقصد الكاتب بلفظه حاكم مصر الوطني على أيام موسى في الصفحة الوحدة والثمانين وحاكم مصر الأجنبي على أيام يوسف عليه السلام ذكر الكاتب في الصفحة السابعة والثمانين قولة تعرض الإسلام للقانون الجاهلي وبعبارة أخرى لعادات العرب وتقاليدهم في الجاهلية أقر بعضا وأنكر بعضا وعدل بعضا ومثال ما عدله الإسلام بعض شريعة الجاهلية في الحج والزواج والطلاق والمهر والخلع والإيلاء وألغى نظام التبني المعروف في الجاهلية وغير ذلك الصفحة السابعة والثمانون والكاتب يعتمد في ذلك على فجر الإسلام لأحمد أمين فهل هناك صلة بينما أورده الكاتب وما أورده المستشرقون وأبناء العرب والمسلمين من أن الحج عادة عربية قديمة عدلها محمد واجعلها من أركان الإسلام انظر الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد والعرب قبل الإسلام لجورجي زيدان وتاريخ العرب المطول لفليب حتي فالصفحة الثامنة والثمانين يذكر الكاتب أننا لا نستطيع الإفادة من القرآن الكريم على الوجه الصحيح إلا إذا استعننا بمصدرين أساسيين ذكر منهما تفسير القرآن الكريم وأفرد للتفسير فصلا من الصفحة الواحدة والمئة إلى الصفحة الحادية عشر بعد المئة اعتبره نسفا وتشكيكا في أصل من الأصول التي يقوم عليها فهم هذا الدين وهو تفسير القرآن الكريم ونرد على الكاتب فنقول إن أول تفسير معروف للإمام الطبري كان تفسيرا بالمأثور نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ولكن الكاتب يشكك في هؤلاء المفسرين الحفاظ المحدثين أيضا فالكاتب ينفي عن العرب كلهم فهمهم لكلام الله في الصفحة الواحدة بعد المئة والصفحة الثانية بعد المئة ويزعم أن هناك إشارات كثيرة في القرآن الكريم إلى أشياء في التوراة والإنجيل ورد عليها وهي أمور لا يكفي في فهمها معرفة اللغة العربية الصفحة الثالثة بعد المئة وهنا نسأل هل أوجب رب العزة على المسلمين تعلم التوراة والإنجيل لفهم كتاب الله وآياته وزعم الكاتب أن الصحابة قد اختلفوا في الفهم حسب اختلافهم في أدوات الفهم الصفحة الثالثة بعد المئة يجعم الكاتب في الصفحة الخامسة بعد المئة أن التفسير قد تضخم في أهد التابعين بالإسرائيليات مستشهدا على ذلك بوقائع حدثت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويستشهد برحلات العرب إلى بلاد الشام حيث تسربت الثقافة اليهودية إلى العرب في الصفحة السادسة بعد المئة وفي النهاية يقول الكاتب بهذا كله التحنت الثقافة الإسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة أوسع وعلى نطاق أرحب متى في عصر التابعين أو عصر الصحابة وزعم الكاتب أن سبب امتلاء كتب التفسير بالإسرائيليات أن العرب لم يكونوا أهل كتابة ولا عين وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا ما تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكنونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم لأنهم كما يقول ابن إسحاق أهل العلم الأول وكانت التوراة والتلمود من بعدها تشتمل على كثير مما يشتمل عليه القرآن الكريم من وقائع وأحداث تتصل بالمصطفين والأخيار من أنبياء الله الكرام ولكن بإسهاب وتفصيل قد يغني في كثير من الأحاين الصفحة السابعة بعد المئة وهنا نسأل الكاتب هل هذا كان حال العرب بعد دخولهم في الإسلام وهل ظلوا بدوا وأميين يتسولون معارفهم من أهل الكتاب وهل نسوا توجيهات نبيهم لا تسألوا أهل الكتاب ثم متى حدث هذا في عهد التابعين أم في عهد الرسول أم في عهد الصحابة إن هذا تشكيك في كتب التفسير وهذا أمر خطير لأن التفسير أصل من الأصول التي يقوم عليها أمر هذا الدين بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه الماتفة منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ نتابع القراءة في المبحث السابع نقدي كتاب دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب من تأليف الدكتور محمد بيومي مهران أستاذ التاريخ القديم بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ونتابع الحديث على تزييفات الكتاب وافتراءاته على كتب التفسير في القرآن ويقول الكاتب وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقلات في الصفحة السابعة بعد المئة ويزعم الكاتب أن المفسرين والمؤرخين قد توسعوا في الاستعانة بالإسرائيليات وقد جرهم ذلك إلى ضعف ملكة النقد عند معاصريهم الصفحة الثامنة بعد المئة ويزعم الكاتب أثناء عرضه ذلك أن الديانة اليهودية ديانة توحيد الصفحة الثامنة بعد المئة وذلك نقلا عن مؤلف يهودي هو إسرائيل ويلفنسون ثم أورد الكاتب كلاما عن صحابي جليل هو عمر بن العاص في الصفحة التاسعة بعد المئة زعم فيه أن عمر بن العاص رضي الله عنه قد أصاب زاملتين من أهل الكتاب يوم اليرموك فكان يحدث منهما بقدر ما فهم من حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج دون أن يحقق هذه الرواية وزعم الكاتب أن الإمام أحمد بن حنبل قال كلمة مشهورة ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي أي ليس لها إسناد لأن الغالب عليها المراسيل وأورد قولا لابن تيمية والموضوعات في كتب التفسير كثيرة انظر الصفحة العاشرة بعد المئة ويقول الكاتب إن ذلك كان موجودا على عهد الرسول ولكنه لم يكن خطيرا الصفحة العاشرة بعد المئة إلا أن عصر التابعين كان جد مختلف إذ كثر فيه النقل عن يهود ومن ثم فقد وجدت أسفار يهود وأناجيل النصارى وكذلك وجدت طريقها إلى كتب التفسير وزاد الطين بالله أن وجد في تلك الفترة جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا بما يرونه ثغرة قائمة في التفسير بما وصل إليهم من الإسرائيليات فجاء ما روي عنهم في التفسير مليئا بقصص كله سخف ونكارة كالذي نراه في كتب التفسير منسوبا إلى قتادة ومجاهد ويستمر الكاتب في التشكيك في التفسير والمفسرين سواء كانت هذه هي كل الأسباب أم أن هناك أسبابا أخرى فالذي لا شك فيه أن كثيرا من كتب التفسير قد اتسعى لما قبل ذلك وأكثر حتى أصبح فيها مزيجا متنوعا من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة التي ترامت إلى علم العرب وحتى حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة واستوت في ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين والمتساهلين والمتشددين على تفاوت بينها في ذلك قلة وكثرة وتعقيبا عليها وسكوتا عليها الصفحة العشرة والمئة والصفحة الحادية عشر بعد المئة وذكر الكاتب من هذه التفسير تفسير الطبر جامع البيان عن تأويل آي القرآن والجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير القرآن العظيم وتفسير النيسى بوري الصفحة الحادية عشر بعد المئة هامش إنني آمل أن يتصدى العلماء الشرفاء من أبناء الأزهر لهذه الهجمة على كتب تفسير القرآن الكريم التي أعدها علماء حفاظ شرفاء أتقياء انتهى الهامش وذكر الكاتب من هذه التفسير تفسير الطبري إلى آخره وهكذا شكك الكاتب في مصدر من المصادر الأساسية لفهم هذا الدين فأين المصدر الموثق اليهود والنصارى أم المؤلث ألم يكن الرسول يفسر آيات الله التي يغمض على المسلمين معرفة معناها إن المستشرقين لم يتعرضوا من قلم الكاتب لما تعرض له علماء التفسير رغم أنهم علماء أجلاء حفاظ وموثقون ويزعم الأستاذ الدكتور بأن الحجر الأسود قد يكون من نوع النيازك الصفحة الرابعة والتسعون والمئة ونسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا ابن آدم هامش اقرأ التصحيح في كتابنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام الصفحة الثامنة بعد المئة صحيح الجامع الصغير حديث رقم ثنين وثلاثين وستمائة وستة آلاف انتهى وأنكر الكاتب في الصفحة الرابعة والتسعين والمئة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحجر الأسود كان يقوتة بيضاء فاسودة بذنوب العباد وزعم الكاتب أن المسلمين يقدسون الحجر الأسود كما قال ذلك المستشرقون من قبله وبرر ذلك بتخبطات لا أصل لها في الدين وما كان له أن يعمل فيها عقله فعلى سبيل المثال ذكر الكاتب وأما تقديس الحجر الأسود فربما قد نجم من ارتباطه بشيء مقدس فهو إما أن يكون رمزا للعهد الذي أخذه إبراهيم على نفسه وذلك بجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنى الصفحة الرابعة والتسعون والمئة من الذي جعل البيت مثابة وأمنى؟ إبراهيم أم الله؟ وإما أن يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى ولده بأن هذا البيت قد انتقل من ملكهم إلى الله تعالى من الذي قال إن البيت كان ملكا لإبراهيم وتنازل عنه لله تعالى؟ ويزعم الكاتب أن إبراهيم عليه السلام قد وضع الحجر في الركن الأقرب إلى الباب ليكون أول حدود هذا البيت واختار له اللون الأسود لسهولة تعيينه وتحديد مكانه لذلك كان الحجر الأسود محترما من إبراهيم محترما من ولده مقدسا عند المسلمين إلى اليوم وإلى الغد الصفحة الرابعة والتسعون والمئة والعجيب أن الكاتب وهو أحد أبناء المسلمين يستشهد بيهودي على قدسية الحجر الأسود فيقول ويذهب في الهاوزن إلى أن قدسية البيت لم تكن عند قريش بسبب ما فيه من أصنام وإنما بسبب هذا الحجر الأسود فهو إذن مقدس لذاته الصفحة السابعة والعشرون بعد المئتين بل إن البعض لا يذهب إلى أن البيت لم يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسود الذي كان أهم معبود إلى قريش في الجاهلية الصفحة السابعة والعشرون بعد المئتين كما ذكر الكاتب في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئة لعل هذه الآيات الكريمة إن أول بيت وضع للناس إشارة إلى أن الحج إلى البيت على المستطيع هو استمرار لعرف إلهي قديم معترف به من الناس وممارس من بعضهم وعقد الكاتب فصلا في كتابه تحت عنوان سيل العرم من الصفحة الحادية عشر بعد الثلاثمائة إلى الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة يردد الكاتب رأيا للباحثين كما يقول ربما كان تهدم السد بسبب كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين وليس لمجرد سقوط أمطار غزيرة وزعم الكاتب أن أقوال مفسر القرآن لا يكاد يقدم علما يعتمد عليه أو أدلة قوية تساند وجهة النظر هذه أو تلك والعجيب أن الكاتب يشكك في كتب التفسير في الوقت الذي يروي خبره اعتمادا على جلازر اليهودي وجواد علي وثلبي في الصفحة الثالثة والاربعين بعد الثلاثمائة إلى الرابعة والاربعين بعد الثلاثمائة على اعتبار أنهم موثقون لديه وهنا وقفه فثلبي هو سينت جان جون فيلبي الذي قدم إلى جزيرة العرب وتظاهر بالإسلام وكان في معية أهل هذه البلاد صفحات تشكيك وضياع لجهد ووقت الأمة ألا يكفي قوله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور والكتب يورد قولا لا يمكن تفسيره إلا أنه ينكر السبب الذي من أجله أرسل الله سيل العرم لتدمير السد وهو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الصفحة الواحدة والخمسون بعد الثلاثمائة ولعل الأسباب التي أدت إلى تصدع السد ثم حدوث السيل إنما هو ضعف الحكومات ثم تحول الطرق التجارية فألها ذلك الحكومة عن القيام بواجباتها مما أدى إلى إهمال السد ومن ثم فقد تصدعت جوانبه فكان السيل الذي أغرق مناطق واسعة من الأرض الخصبة التي إلى آخر كلامه فالصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة وهكذا وصل بنا الكاتب بعد إحدى وأربعين صفحة من الكلام إلى ما وصل إليه المستشرقون اليهود والنصارى ومن ثار على نهجهم من أبناء العرب من أن سد مأرب قد انهار نتيجة عدم صيانته وهم بهذا يتبنون المنهج المادية لتفسير التاريخ وبهذا يشككون في سبب في سبب رواه القرآن لتدمير السد ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فإن شككوا في القرآن معجزة الإسلام فقد شككوا في الإسلام يشكك الكاتب في رسالة هود عليه السلام ومكانها جريا على منهج المستشرقين فيقول هناك من يذهب إلى أن هودا قد يكون أحد الأنبياء الذين كانوا في منطقة فلسطين وشمال الحجاز في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المائتين ونسي الكاتب أن القرآن قد ذكر هودا ورسالته بالأحقاف وتجمع كتب التفسير وكتب اللغة على أن الأحقاف جنوب الجزيرة العربية وهو نبي عربي أي هود وبعث في الجزيرة العربية وليس في فلسطين وحاول الكاتب أن يشكك في كتابات المؤرخين المسلمين في الصفحة الثانية والخمسين بعد المائتين وزعم الكاتب أيضا أن المفسرين قد اختلفوا في اسم النبي الكريم هود عليه السلام في الصفحة السادسة والخمسين بعد المائتين كيف يختلفون في اسمه؟ رغم أن الذي ذكر الاسم هو القرآن وإلى عاد أخاهم هودا سورة الأعراف الآية الخامسة والستون وينفي الكاتب عن ثمود هلاكهم بالعذاب الذي أرسله الله عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سورة الشمس الآية الرابعة عشر وهو بهذا يدفع الخبر القرآني بشأن تعذيب الله لثمود المكذبين يقول الكاتب وهناك من يرى أن ثمود إنما أصيب بكارثة عظيمة من ثوران براكين أو من هزات أرضية معتمدا في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم من كلمات رجفة وصيحة وربما كان الأمر كذلك فمنطقة إقامتهم إنما هي واحدة من مناطق الحرارة في شبه الجزيرة العربية مرة أخرى يسخر الكاتب من الحفاظ الفقهاء ابن كثير وطبري وابن الأثير حينما زعم أنهم اختلفوا في اسم شعيب عليه السلام وأنهم حولوه إلى نبي يهودي حينما نسبوه إلى يعقوب عليه السلام ونسي الأستاذ الدكتور أن يعقوب ليس له يهودية ولكنه نبي مسلم جاء ذلك في الصفحات السادسة والتسعين بعد المائتين وكذلك السابعة والتسعين بعد المائتين أصحاب الأخدود أورد الكاتب الرأي الصحيح بشأنهم من القرآن ومن الحديث ثم حاول أن يرد أخبارا أخرى غير صحيحة ما هو القصد ما هي الغاية الصفحة الخامسة والخمسون والثلاثمائة وما بعدها هل التشكيك في القصة الصحيحة التي أوردها الكاتب وبدل من أن يكتفي الكاتب بما أورده القرآن والسنة أورد لنا أعراء شاذ نقلا عن في الصفحة الرابعة والستين بعد الثلاثمائة وفون كريمر وما ورد في المصادر المسيحية واليونانية في الصفحة السابعة والستين بعد الثلاثمائة يناهض ما ورد عن أصحاب الأخدود في القرآن والسنة ويجعم الكاتب أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى وأن اليهودية والنصرانية ديانتان سماويتان هامش انظر التصحيح أغطاء يجب أن تصحح في التاريخ الإسلام دين الله في السماء وفي الأرض دار الوفاء انتهى الهامش يجعم الكاتب أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى وأن اليهودية والنصرانية ديانتان سماويتان لا مجال لتفضيل إحداهما على الأخرى في الصفحة الخامسة والستين بعد الثلاثمائة وأورد الأستاذ الدكتور الذي دأب على مهاجمة المفسرين كلاما رده إلى كتاب الله عز وجل وكتاب الله منه بريء يقول الكاتب نصا في الصفحة الثامنة والسبعين بعد الثلاثمائة وكانت اليهودية كما جاء في القرآن الكريم سورة النمل الآيات من العشرين إلى الرابعة والاربعين قد بدأت تأخذ طريقها إلى مملكة سبأ منذ القرن العاشر قبل الميلاد وعلى أيام سليمان بين عامي ستين وتسعمائة إلى عامي اثنين وعشرين وتسعمائة قبل الميلاد وذلك طبقا لما جاء في القرآن الكريم على لسان ملكة سبأ في ختام قصتها مع النبي الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فالكاتب الكبير يعتبر سليمان يهودية وإلى اليهودية دعا هل بعد هذا يوجد فهم صحيح لكتاب الله فالكاتب هنا يفسر كتاب الله بعقله لأن المفسرين ليسوا موضع الاعتبار عزيز المستمع ويكفي أن اللفظة التي جاءت في الآية وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهل بعد هذا مراء وجدال وتنول الكاتب حادثة أصحاب الفيل فلا يخفي ساعدته بالقليس التي بنها أبره الحبشي فيقول إنها تأثرت بالفن البيزنطي وإن جمعت كنيسة القليس بين الفن العربي القديم والفن البيزنطي النصراني في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة وأشار بكلمة لا تتناسب مع مقام النبوة ولا مع مقام حرائر النساء فأورد عبارة فيها قصر بلقيس صاحبة سليمان في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة كأنها كانت خليلة له كما صور ذلك الكتاب الذين اعتدوا على حرمة الأنبياء أمثال توفيق الحكيم في مسرحية سليمان الحكيم وقد حاول الكاتب أن يشكك في كل روايات المفسرين عن أسباب التنزيل لصورة الفيل دون أن يقدم لنا دليلا واحدا على صدقه في النقد إلا أنه يعمل عقله فيما فيه وحي الصفحة السابعة والتسعون والثلاثمائة وهذا أمر آمل أن يراجع الكاتب فيه نفسه وهكذا زعم الكاتب أن حملة أبره الحبشي على مكة المكرمة إنما كانت لأسباب سياسية واقتصادية في الدرجة الأولى وربما كانت دينية في الدرجة الثانية وحتى هذه فقد كانت في خدمة العوامل السياسية والاقتصادية في الصفحة التاسعة والتسعين بعد الثلاثمائة ونسي الكاتب أو لعله تناسى العقاب الرباني وهو الطير الأبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فذكر الدكتور مهران أن المرض حين تفشى في جيش أبرهة وارتد عن مكة أي مرض وأي ارتداد وقد صاروا كعصف مأكول وذلك في الصفحة السادسة بعد الأربعمائة من كتابه وزعم الكاتب أن النصر العظيم الذي أعطاه الله للعرب على أبرهة إنما كان إرهاصا بدعوة المصطفى الصفحة الثامنة بعد الأربعمائة ولا ندري ماذا يقصد الكاتب بكلمة إرهاصة وهكذا كانت حملة أبرهة كما يزعم الدكتور مهران وكما يقول براون بين قوسين الشيخ كانت فاتحة عصر جديد في تاريخ حياة العرب القومية الصفحة التاسعة بعد الأربعمائة وهل من عاقل يقول إن محاولة غزو مكة لهدم الكعبة يعتبر فاتحة عصر جديد في حياة العرب القومية ثانيا شبهات أخرى حول تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة والرد عليها سؤال القرآن العظيم الجزء الثالث الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائتين انتهى الرد بالرجوع إلى نص الآية وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وعن الآية هو سماكم المسلمين من قبل يقول الامام الحافظ ابن كثير قال مجاهد الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر وكذا قال غيره قلت وهذا هو الصواب واستند في ذلك على حديث لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فادعوا الله فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين المؤمنين عباد الله هامش رواه النسائي عند تفسير هذه الآية انتهى يؤكد هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير ما تجلى لنا واضحا من خلال دراستنا هامش أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ الرسالة الأولى أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة انتهى يؤكد هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير ما تجلى لنا واضحا من خلال دراستنا إن الدين عند الله الإسلام وأن الدين الإسلامي قبل آدم عليه السلام وأن آدم عليه السلام كان مسلم وكذلك نوح عليه السلام وكان هناك عشرة قرون بين آدم ونوح كانت على الإسلام وكل هؤلاء يسبقون إبراهيم عليه السلام بزمن لا يعلمه إلا الله أي أن المسلمين والإسلام كانوا موجودين قبل إبراهيم بزمن طويل لا يعلمه إلا الله وليس ابراهيم عليه السلام هو اول المسلمين وليس هو اول من اعطى المسلمين اسمهم هامش وما ذهب اليه المؤلف قول ضعيف نقده قبله المفسرون وان كان الكاتب لا يعترف بهم لانه يريد اسقاط وجود الاسلام والمسلمين قبل ابراهيم عليه السلام وهذا باطل كما بينا انتهى وليس هو من اول من اعطى المسلمين اسمهم كما اورد المؤلف في كتابه دراسات تاريخية من القرآن الكريم انما هو الله سبحانه سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الكريم في الجزء الاول في الصفحة الخامسة عشر بعد المئة عن ابراهيم عليه السلام انه جاعل مكة اقدس بقاع الارض قاطبة هامش خاصة وان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض كما كانت مكة الموضع الذي وضع فيه اول مسجد في الارض لادم عليه السلام ان اول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركة انتهت الحاشية نقول استند في قوله على الاية السادسة والتسعين من سورة اهل عمران من سورة اهل عمران فما رأيكم الرد يقول الله تعالى ان اول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركة وهدى للعالمين سورة اهل عمران الاية السادسة والتسعون ونص الاية ونص الاية وتفسيرها لا يعين ابدا على المعنى الذي ذهب اليه الاستاذ الدكتور لان الله هو واهب البركة وواهب القداسة وهذا من مقتضى توحيد الربوبية فالله هو الذي اصطفى ابراهيم عليه السلام واتخذه خليلا وهو الذي جعل حرما امنا مباركا وليس ابراهيم ارجع الى تفسير القرآن العظيم في الجزء الاول في الصفحة الثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة وصفة التفسير في الجزء الاول في الصفحة الثامنة عشر بعد المائتين والتاسعة عشر بعد المائتين سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الجزء الاول الصفحة السابعة بعد المائتين والثامنة بعد المائتين وفي الواقع رغم وجود البيوت الحرام في بلاد العرب كبيت الاقيصر وبيت ذي الخلصة وبيت صنعاء فان واحدا من هذه البيوتات لم يجتمع له ما اجتمع لبيت مكة ذلك لان مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب والشمال ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فمكة اذا بمثابة عبادة وتجارة وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش ولا يبالي من عداه وهي وان لم تكن كذلك من اقدم ازمانها فقد صارت الى هذه الحالة بعد عهد جرهم والعماليق اضف الى ذلك ان مكة كانت عربية لجميع العرب ولم تكن كسرية قيصرية الى اخره ما رأيكم في هذا القول في ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الامن الرد اولا التحريم والتحليل بامر الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سورة الاعراف الاية الرابعة والخمسون ثانيا ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم سوى مكة المكرمة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بامر الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاِ انْ هُوَاِيُّ اِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا بعد المئة انتهى رابعا ان مكة وحرم الله الامن وبيته الاعتيق قد حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والارض هامش بدليل حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الوادي في الصخيحين ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة انظر السيرة النبوية في الجزء الاول دار المعرفة لبنان سنة ست وتسعين وثلاثمائة والف هجرية في الصفحة الواحدة والسبعين بعد المائتين وتفسير القرآن العظيم في الجزء الثاني في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهى الهامش بل ان اول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سورة الى عمران الاية السادسة والتسعون خامسا ان مكة ليست للعرب خاصة ولكنها لجميع المسلمين هكذا كانت وهكذا ستكون ان شاء الله وان كانت هناك فترات كان يتردد عليها ويعيش فيها المشركون وانما هي ليست لهم في الاصل سادسا يجب على الكاتب ان يصحح العبارات الواردة في كتابه والتي تتعارض مع الحق الذي بينه الله عز وجل سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن في الصفحة التاسعة بعد المائتين ما يأتي وقد عملت قريش على توفير الامن في منطقة مكة ولعل هذا هو السبب في ان تسن قريش الاشهر الحرم في موسم الحج حتى يأمن الناس افيدون افادكم الله في ضوء دراستكم عن هذا الموضوع الرد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين هامش سورة التوبة الاية السادسة والعشرون انتهى اورد الامام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم التفسير التالي هامش تفسير القرآن العظيم الجزء الثاني الصفحة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة انتهى نتابع القراءة في افتراءات وتزييفات الاستاذ الدكتور محمد بيومي مهران استاذ التاريخ القديم بكلية الاداب جامعة الاسكندرية في كتابه دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب ونتابع ما اثاره من شبهات حول مكة وما حولها سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن في صفحة التأسعة بعد المئتين ما يأتي وقد عملت قريش على توفير الامن في منطقة مكة ولعل هذا هو السبب في ان تسن قريش الاشهر الحرم في موسم الحج حتى يأمن الناس افيدون 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 الله في ضرع دراستكم عن هذا الموضوع اردو 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 ابن سيرين عن اردو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته ان النبي صلى الله عليه وسلم 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 وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ولله البخاري في التفسير وغيره ومسلم من حديث أيوب إلى آخره وذلك يعني أن تحريم الأشهر الأربع وتحديدها أمر توقيفي من الله عز وجل وليس من وضع قريش ولذلك نرى أن يحذف الكاتب هذه العبارة ويبدلها برأي الشارع العظيم الذي يملك حق التحليل والتحرين سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون والمئة والتاسعة والتسعون والمئة كلام فيما يراه الكاتب مشكلة تحديد الأشهر الحرم ناقش الكاتب ما يراه مشكلة تحديد الأشهر الحرم في ضوء ما قاله المستشرق اليهودي ذي الهاوزن ووصل إلى أن الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هي أشهر الحج فيما قبل الإسلام أما رجب فقد كان المكيون فيما يرى البعض يحتفلون فيه بعيد ديني ربما كان خاصا بقبائل مضر أو قبائل الحجاز أو بعضها وربما كان هذا أصل حرمته حتى يتمكن القوم من الذهاب والإياب وأداء المناسك في ظل هدنة دينية مقدسة انتهى كلام الكاتب أفيدونا أفادكم الله الرد هل الكاتب هنا يريد أن يذهب إلى ما ذهب إليه غيره من المستشرقين اليهود والنصارى من أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء فوجد العرب عرب الجاهلية قد اتفقوا فيما بينهم على تحريم هذه الأشهر الأربع فأقرهم على ذلك فإذا كان يقصد ذلك فالأمر جد خطير لأن ذلك يعني أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد أقر أمرا من أمور الجاهلية وجعله من الشرع في الإسلام أي أن الإسلام من اختراع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن الكاتب يقصد ذلك إذن يلزم الدكتور محمد مهران تغيير النص ليقرر الحقائق التالية كما تبين لنا من خلال القرآن الكريم وحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال المفسرين واحد إن الله سبحانه وتعالى قد جعل أربعة أشهر حرم منذ خلق السماوات والأرض وليس قبل الإسلام هامش هذه العبارة خاطئة لأن الإسلام مفطور عليه الكون وبه أرسل جميع الرسل عليهم السلام أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ الرسالة الأولى انتهى الهامش الرقم اثنان إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد حدد هذه الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة تحذف الفقرة أن رجب فقد كان المكيون فيما يرى البعض يحتفلون فيه بعيد ديني ربما كان خاصا بقبائل مضر أو قبائل الحجاز أو بعضها وربما كان هذا أصل حرمته لأن الفقرة تعني أن جعل هذا الشهر حرام هو من اختراع عقل المكيين بينما هذا أمر توقيفي شرعي من الله عز وجل فالله هو الذي حرمها هنش الدليل قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الديم القيم سورة التوبة الآية السادسة والثلاثون تفسير القرآن العظيم اللزء الثاني الصفحة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة انتهى الهامش أربعة حالف ما يراه الكاتب مشكلة تحديد الأشهر الحرم في ضوء ما قاله فالهاوزن لأنه لا يدوز لمسلم أن يطلب من يهودي تفسيرا لمشكلة صورها له الخيال في دين الله عز وجل سؤال ورد في كتاب ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن في الصفحة المائتين والواحدة بعد المائتين كلاما بمناسبة إحضار عمر بن لحي لصنم من بلاد الشام إلى مكة ووضعه عند الكعبة فربما كانت تلك وسيلة من وسائل عمر هذا لتعظيم شأن الكعبة عند أهل الشمال وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى الحجاز وتقريب ما بينهم وبين شعائر البيت الحرم وهم جميعا حريصون على تقريب هذه الشقة وحماية روادها من كل قبيل إلى آخر ما أورده الكاتب فما رأيكم الرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فجتنبوه ولذلك فإن أولا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هو تخطيم أصنام الكعبة قال البخاري حدثنا صدقة ابن الفضل حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله هو ابن مسعود قال دخل رسول الله مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة مصب فجعل يطعمها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقد رواه مسلم هانش السيرة النبوية الجزء الثالث الصفحة الواحدة والسبعون بعد الخمسمائة انتهى وعمر بن لحي من أصحاب النار كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هانش وفي الحديث أول من غير دين إبراهيم عمر بن لحي ابن قمعة ابن خندق أبو خزاعة صحيح الجامعة الصغير برقم سبعة وسبعين وخمسمائة بعد الألفين انتهى لأنه ما قام به من عمل هو عمل من أعمال الشرك بالله عز وجل ونأمل أن يقوم الكاتب ببيان أن هذا العمل من جانب عمر هو انحراف عن دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بدلا من سوق المبررات للشرك الذي كان عليه الرجل سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن في الصفحة العاشرة بعد المائتين العبارات التالية فما رأيكم في ضوء دراستكم عن هذا الموضوع وأخطت قريش خطوة أخرى في اجتذاب القبائل العربية إلى مكة فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة إلى غير ذلك وهكذا تمضي الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العرب حتى تصبح آخر الأمر المفخرة القومية والحرم الإلهي عندهم ثم تغدو بعد حين من الدهر الحوار الوحيد الذي يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة عالية الرأس غير مستكينة لأجنبي كائنا من كان ولكنهم هنا في مكة عند بيت الله في حرم الله يقدسونه جميعا لأنه لهم جميعا يضمهم إليه كما يضم أوثانهم وأصنامهم وأربابهم يلوذون به ويأوون إليه فكلهم من معبود وعابد في حين الكعبة لأنهم في بيت الله وشعورهم هنا لأنهم عرب لم يماثله شعور قط في أنحاء الجزيرة العربية هانش البداية والنهاية الجزء الثاني الصفحة السابعة والثمانون والمئة والثامنة والثمانون والمئة والتاسعة والثمانون والمئة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الخزاعي يأجر قصبه في النار كان أولا من سيب السوائب رواه البخاري ومسلم انتهى الرد تحوي هذه العبارات عدة مسائل زعمها الكاتب أولا أن نصب أصنام القبائل عند الكعبة جذب القبائل العربية إلى مكة ثانيا الكعبة تصبح آخر الأمر المفخرة القومية للعرب ثالثا الكعبة هي الجوار الوحيد الذي يشعر العرب عنده بشعور العربية الموحدة رابعا إن العرب عند بيت الله في حرم الله يقدسونه جميعا لأنه لهم جميعا يضمهم إليه كما يضم أوثالهم وأصنامهم وأربابهم فكلهم من معبود وعابد في حمى الكعبة لأنهم في بيت الله انتهى كلام المؤلف وردنا وبالله التوفيق إن قلوب العباد ومن بينهم العرب وأفئدتهم منجذبة بطبيعة خلقها وتكوينها إلى بيت الله الحرام ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم سورة إبراهيم الآية السابعة والثلاثون ويقول ابن قيم الجوزية في فضل مكة وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئذة وهوي القلوب وانعطافها ومجيئها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد هامش زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الأول الصفحة التاسعة انتهى وهذا طبيعي بالنسبة للأنبياء عمومة والمسلم على وجه الخصوص لأن كل مولود مفطور على الإسلام كما أن المشرك لا يحرم من لحظات يتطلع إلى بارئه وخالقه فالعرب بطبيعة تكوينهم مفطورون على الإسلام وهو دين آبائهم وأجدادهم من عهد إبراهيم وإسماعيل كما أن قلوبهم متعلقة بالبيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهذا الذي كان يغيظ أبرهة الحبشي المسيحي إذ إن تعلق العرب رغم شركهم بقبلة أبيهم إبراهيم والذي دفعه إلى محاولة غزل مكة وهدم الكعبة تأصورا منه بأنه بهدم قبلة المسلمين يسهر القضاء على وحدتهم إذن فانجذاب القلوب يرجع لهذا السبب الإلهي وليس لأن قريشا نصبت أصنام العرب في الكعبة وكلام الكاتب يحتاج منه أن يبدله ويغيره طبقا لما ورد في شريعة الله أما ما أورده الكاتب أن الكعبة أصبحت في آخر الأمر المفخرة القومية فالكعبة هي الحرم الإلهي منذ خلق الله السماوات والأرض وهي منذ البداية وضعت للناس بداية بآدم عليه السلام إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أما كونها المفخرة القومية للعرب فهذا ما لم يرد به شرع أو حتى قول مأثور فالكعبة هي قبلة للمسلمين جميعا سواء كانوا عربا أو عجما أو غيرهم وليس لأي جنس الحق في الدعاء أنه صاحب الفضل في ذلك فلله المنة والفضل والإحسان كما أنها محرمة على المشركين سواء كانوا عربا أو عجما إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يمكن السماح لمشرك أن تطع قدمه أرض الحرم حتى لو كان عربيا إن هذه الكلمة المفخرة القومية معالجة تاريخية من وجهة النظر القومية هامش أورد الدكتور بيومي مهران في الصفحة الخامسة عشر بعد المئة بأن إبراهيم أبو العرب وهذا تعصب القومي فإبراهيم ليس أبا للعربي كلهم وليس أخا للعربي وحدهم والقرآن ينص على أبوته للمؤمنين بعده مذلة أبيكم إبراهيم وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا سورة آل أمران الآية الثامنة والستون انتهى الهامش إن هذه الكلمة المفخرة القومية معالجة تاريخية من وجهة النظر القومية إنها أحياء للنارة العصبية التي أماتها الإسلام وحذر من إحيائها أو عودتها دعوها فإنها ميتنة بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبرأ مما يدعو إلى القومية فقال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية قبل أن نتناول النقطة الثالثة بالرد أود أن أؤكد أن العرب هم مادة الإسلام ومحمد من أشرف القبائل العربية نسبا والقرآن نزل باللغة العربية والعربية لغة أهل الجنة والذي يبغض العرب يبغض محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن أن تتحول العروبة إلى قومية وعصبية تلهي الناس بعيدا عن إسلامهم وتضع إلها جديدا يؤلهه الناس فهذا ما يرفضه الشارع الحكيم كما بينا ومن الذي يقول بأن الكعبة هي الجوار الوحيد الذي يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة عالية الرأس أين الإسلام إنه هو الذي ألف الله به قلوب بني البشر جميعا الذين أسلموا سواء أكانوا سمرا أم بيضا عربا أم عجما كون أن الإسلام المسلم يحس بعبوديته الكاملة لله وهو في بيته العتيق كون أن المسلمين يشعرون بوحدتهم وحقيقة الآصرة التي تربط الإفريقية بالأوروبي والأمريكي بالآسيوي فهذا لأن الله ألف بين قلوبهم ولأنهم مسلمون أولا وآخرا قال تعالى وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إنه عزيز حكيم سورة الأنفال الآية الثالثة والستون وعلى الجانب الآخر حينما تقول العرب فالعرب لفظة تجمع تحتها العربية اليهودي والعربية النصراني والعربية الدرزي والعربية النصيري إلى غير ذلك وليس لهؤلاء جميعا أن يتواجدوا في بيت الله الحرام وليس لهم دخوله إنما النذين يحق لهم ذلك هم المسلمون الفقرة الأخيرة فيها مخالفات أعقدية منها إن الأصنام والأوثان والأرباب وعبادها في حمال كعبة لأنهم يلوذون ببيت الله الحرام ويأوون إليه لأنه لهم جميعا وهذا ما لم يقل به الشارع الحكيم وهو مخالف لشرع الله عز وجل وعلى الكاتب أن يسرع بحذف هذه الفقرة من الكتاب سؤال ورد في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الصفحة السادسة والخمسون والمئة السابعة والخمسون والمئة والتاسعة والخمسون والمئة العبارات التالية فما رأيكم فيها ولعل السبب المباشر في انتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى الحجاز وأسكناهم هناك يرجع إلى القصة المشهورة عن سارة التي أرادت أن تبعد إسماعيل عن أبيه وفي موضع آخر ذلك أن العداوة بين المرأتين بدأت حتى قبل أن ترزق هاجر بوليدها وذلك يرجع وحين أذلتها سارة فهربت منها إلى الصحراء المغفرة ولم تعد إليها إلا بأمر ملاك الرب الذي بشرها بأنها ستالد ابنا تدعوه إسماعيل هامش نفس المرجع الصفحة السابعة والخمسون والمئة انتهى ويعتمد الكاتب هنا على سفر التكوين من التوراة ويذكر الكاتب أن من بين أسباب رحلة إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام إلى الحجاز هي رغبة إبراهيم أن يربط ولد وبكره بما ارتبط به هو من قبل أي بعشيرته من العرب وأيذكر أيضا وأما إسماعيل عليه السلام فقد كان نصف مصري نصف عراقي وإسماعيل قد ولد في الشام وعاش في الحجاز وتزوج من يمنية أو مصرية كبقا لرواية التوراة وتخريجا من هذا فإن إسماعيل رمز العروبة كلها رمز لعروبة العراق ورمز لعروبة الشام ورمز لعروبة الجزيرة العربية ولعل هذا ما يميزه على أخيه إسحاق الذي اقتصرت حياته وما ماته على جزء من الشام فحسب ولم يتصل بقرابة من دم أو صلة من نسب بغير عشيرة أمه هامش نفس المرجع كتاب الدكتور بايومي مهران في الصفحة التاسعة والخمسين بعد المئة انتهى وانتهى كلام الدكتور محمد بايومي مهران الرد نستعين بالله فنقول واحد ليس لنا رأي في هذه المسائل إلا ما تراه توجيهات الشارع الحكيم في هذا الشأن لا ندري كيف سمح الأستاذ الدكتور محمد مهران لنفسه بالاعتماد على التوراة فيما يرويه من أخبار رغم علمه بأنها محرفة وغير موثوقة المتون ولذلك فقد عنوان كتابه دراسات تاريخية من القرآن الكريم فإذا رأى الكاتب أنه لابد من الاعتماد على التوراة المحرفة كما فعل فقد كان من الواجب عليه أن يكتب ومن التوراة حتى أن طبق العنوان على فحو الكتاب اثنان يماذا معالجة أحداث تاريخ إبراهيم وإسماعيل من وجهة النظر القومية ماذا يعني إسماعيل نصف مصري نصف عراقي إلى آخره وماذا يعني رمزا لعربة الجزيرة العربية ولعل هذا ما يميزه عن إسحاق ما هذا إن الله سبحانه وتعالى ينقى بإبراهيم عليه السلام وذريته أن يكونوا قوميين لقد نعتهم الله بصفة الإسلام وحول هذا المعنى كانت حركة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذديتنا أمة مسلمة لك لم يقول أمة عربية أو عجمية بل إن حركة إبراهيم وإسماعيل برمتها فيها معنى القضاء على الفواصل الإقليمية والقبلية فالله لم يجعل إبراهيم إماما للأمة المسلمة إلا لأنه كان مسلمة وليس لأنه كان عربية وإذا رددنا الأمر للأصول الكلية في التصور الإسلامي نجد أن الإسلام يؤكد على معاني أساسية ورئيسة يجب على المسلم أن يظهرها ويحرص عليها ويتحرك بها ولها من هذه المعاني وحدة الأصل البشري يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء الآية الأولى ويقول محمد صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوا ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إثارة النعرة العصبية فيقول ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية دعوها فإنها منتنة وبالإضافة إلى ما سبق فإن الإسلام قد آخى بين محمد العربي وسلمان الفارسي وصهي بن الرومي وبلال الحبشي وكان صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا آل البيت وعلى الجانب المقابل نجد أن الإسلام قد قطع الوشيجة وشيجة النسب التي تربط بين محمد العربي وعمه أبي لهب العربي الكافر بل ونزل القرآن من السماء يتوعد أبا لهب العربي بالنار تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حذل من مسد سورة المسد إن الإسلام يرفض أي توشيجة تربط بين الناس إذا انقطعت وشيجة العقيدة فها هو يقطع العلاقة بين نوح المسلم وابنه الكافر بها لأنه عمل غير صالح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هود السادسة والأربعون ويقطع العلاقة بين امرأة نوح ونوح المسلم وامرأة لوط والوط للنبي المسلم وضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين سورة التحريم الآية العاشرة وذلك لانقطاع رباط العقيدة بين نوح وزوجه ولوط وزوجه وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون لانقطاع وشيجة العقيدة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله سورة التحريم الآية الحادية عشرة بل إن العلاقة قد انقطعت بين إبراهيم المسلم ووالده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم سورة التوبة الآية الرابعة عشرة بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المات منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ نتابع القراءة تحت عمان شبهات أخرى في كتاب الدكتور محمد بيومي مهران حول مكة والكعبة وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون لانقطع وشيجة العقيدة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله سورة التحريم الآية الحادية بل إن العلاقة قد انقطعت بين إبراهيم المسلم ووالده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم سورة الطوبة الآية الرابعة عشرة بعد المئة هنا مش وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلانه على عهد موسى فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة رواه أحمد والنسائي والبيهقي انتهى الهامش إن دراسة وكتبة التاريخ وخاصة تاريخ الأنبياء المسلمين يجب أن تبتعد عن إحياء النعرة العصبية والنعرة القبلية والشعوبية لأنها مدمرة دعوها فإنها منتنة هكذا وجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أن معيار المفاضلة عند الله عز وجل هو التقوى وليست العنصرية أو القبلية إن الله لا يفضل جنسا على جنس ولكن المفاضلة على أساس التقوى يا أيها النوس إن خلقناكم ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير سورة الحجرات الآية الثالثة عشرة أما المفاضلة بين نبيين أخوين مسلمين على أساس الأرق فهذا ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى من هو مرفوض شرعا لقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن إسحاق عليه السلام فنعته بأنه نبيا من الصالحين سورة الصافات الآية الثانية عشرة بعد المئة وعن إسماهيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا سورة مريم الآية الرابعة والخمسون وهذه شهادة من الله عز وجل وهيرها كثير مبسوط في كتاب الله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم لهذين النبيين الكريمين حتى ولو لم يتصل أي منهما بقرابة من دم أو صلى بنسب لغير عشرة أمه همش؟ ثم نتساءل هل هذا الكاتب بيان بنسب إسحاق عليه السلام يؤكد زعمه؟ والإجابة المؤكدة أنه لا يملك دليلا إلا أن يكون من التوراة المحرفة فكيف يجزنه إذن بأن إسحاق لم يتصل بعشيرة أمه؟ انتهى الهامش وبالإضافة إلى ما سبق فإن رحلة إبراهيم عليه السلام لم يرد مص شرعي أو خبر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنها كانت لربط ولده وبكره بعشيرته من العرب وزعم المؤلف هذا فيما يتصل بالسبب يعتبر من باب التفسير المادي للتاريخ فهجرة إبراهيم وزوجه وابنه لن تكن تهدف إلى إيجاد رباط قومي عشيري إنما الحقيقة أن رحلة إسماعيل وإبراهيم كانت موجهة من الله عز وجل إلى مكة المكرمة وحرم الله الآمن لإقامة القواعد من بيت الله العتيق والأذان في الناس بالحج وإمامة المسلمين إلى آخر ما بينا في رسالتنا هذه هامش أعطى يجب أن تصحح في التاريخ سيرة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام الصفحة السادسة والثلاثون الخامسة والخمسون والمئتان والسادسة والخمسون بعد المئتين امتهى الهامش سؤال ورد في الكتاب دراسات تاريخية من القرآن الفقرة التالية ولعل في تفكير إبراهيم في إسكان زوجته المصرية وابنه إسماعيل منها في منطقة مكة المكرمة هربا من ضررتها العجوز سارة لم يكن عن الأرجح بمهض الصفحة ذلك لأن الصفحة لم يكن لها محل في تنظيم مثل هذه الخلافات العائلية عند رؤساء العشائر الأقدمين وإذا كان إبراهيم قد اختار هذه المنطقة فمنا لا شك فيه أنه هو شخصيا كانت له صلاة قرابة وصلاة حلف وذنة مع سكانها وإلا لم اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته وابنه ويعتمد الأستاذ الدكتور محمد مهران في تفسيري هذا على كتاب حسن ظاضة الصهيونية العالمية وإسرائيل فما رأيكم في ضوء دراستكم همش دراست تاريخية من القرآن الصفحة الثانية والعشرون بعد المئة انتهى أولا كان بيودنا أن يكون الاعتماد لهذه التفسيرات على القرآن الكريم وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنهما المصدران الوحيدان الموثقان عن إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهما السلام كما أن الدكتور علون كتابه بدراسات تاريخية من القرآن فكان من الواجب عليه لا اعتماد على تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية وحدهما ففيهما البيان الشافي الكافي بدلا من الاعتماد على التوراة ثانيا لقد تبين لنا من دراستنا عن هذه المسألة ألف أن إبراهيم قد أسكن زوجته هاجر المسلمة وابنه إسماعيل المسلم بجوار الحرم بتوجيه من الله عز وجل وأن إبراهيم قد ترك ابنه وزوجه عليه مثلان بجوار البيت ولم يكن به إنف ولا شيء ومعهما جراب من تمر وجراب من ماء أي أنه لم يكن هناك سكان ولا صلاة ولا حلف ولا ذنة لأن الجراهمة جاءوا إلى الوادي بعد تفجر زنزم بالماء بأمر الله عز وجل وطلبوا من هاجر السماح لهم بالنزول إلى دوارها فسمحت لهم على أن لا يكون لهم حق في الماء وقد دينا ذلك بيانا شافية في بحثنا عن سيرة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام باء إن الحديث عن الأنبياء وأزواجهم وأبنائهم يجب أن يكون بأسلوب يتناسب مع كمال النبوة جين إن إبراهيم عليه السلام لم يختر جوار البيت الحرام ليكون مأوى لزوجته وابنه ولكنه اختيار الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار دال إن ذلك المكان القفر البعيد كما يصفه الكاتب الذي وجه الله إليه إبراهيم وزوجه وإسماعيل يجاور بيت الله العتيق الذي كان يبدو ساعة وصول إبراهيم عليه السلام وزوجه وابنه كالرابية تأتيه السمول فتأخذ عن يمينه وشناله وبهذا يتضح خطأ ما أراده الكاتب من أن إبراهيم قد اختار هذه المنطقة مكة المكرمة لأنه كانت له صلاة قرابة وصلاة حلف وذنه مع سكينها وإلا لم اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته وعلى الكاتب أن يحدث هذه الفقرة لأنها تعارض الخبر الصحيح الواردة في السنة والقرآن الكريم سؤال إن ذرافات تاريخية من القرآن الكريم تحدثت عن موطن الخليل وعصره وهجراته وتستعرض ما كتبه المؤرخون اليهود والنصارى وما أوردته التوراة المحرفة في الصفحات الرابعة والعشرين والمئة السابسة والعشرين والمئة السامنة والعشرين والمئة الرابعة والثلاثين والمئة الخامسة والثلاثين والمئة والصفحة السابعة والثلاثين بعد المئة فما هو رأيكم في ضوء دراستكم الرد بالرجوع الى الكتاب نجد ان الكاتب قد ذكر ان ابراهيم عليه السلام قد ترك نيزو بورتانيا في عصر الغزو الاموري والعيلامي وان الاضطرابات التي حدثت هي التي اضطرته الى الرحيل من موطنه الاصلي همش دراسات تاريخية الصفحة الرابعة على 20% انتهى وهكذا ترجع هجوة ابراهيم الخليل الى الاسباب السياسية والاقتصادية في نفس الوقت همش نفس المرجع الصفحة الـ 28% انتهى واستمد الدكتور محمد مهران في هذا على رأي الدكتور رشيد المعضوري في كتابه المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني من الصفحة الـ 73% الى الـ 74% وإلى كان الستاذ دكتور محمد مهران قد خرص في النهاية الى القول فالرأي عندي ان الهجوة ابراهيم لم تكن لاسباب سياسية او اقتصادية في الدرجة الاولى وانما كانت دينية همش نفس المرجع على الصفحة السامنة والـ 28% انتهى وسياق المعنى كما عرض الكاتب الموضوع يأبى الا ان تكون الاسباب السياسية والاقتصادية ورأى هجوة ابراهيم عليه السلام من بلاد الاراق وان كان الكاتب قد جعلها من الاسباب التي قد تكون في المرتبة الثانية او الثانوية وهذا تفسير المعدين لاحداث التاريخ وترديد لما اورده الكاتب نفسه على لسان الكتاب غير المسلمين بالاضافة الى ذلك ان كتاب التطور التاريخي للفكر الديني يتبنى منهج مقارنة الاديان الذي بينا فساده سابقا في رسالة الاولى وهذا الكتاب هو للدكتور رشيد الناظوري واخيرا فان الاستاذ الدكتور يذكر الكتب المقدسة كمصدر اصلي عن الخليل عليه السلام فلا ادري هل التوراة والانجيل والتلمود من بينها همش ذكر ذلك في نفس المرجع المصدر السابق دراسات تاريخية من القرآن الصفحة السادسة والعشرون والمئة انتهى واذا كان ذلك نحتملا لدى الكاتب فلم ان نتساءل اليست هذه دراسات تاريخية من القرآن حسب عنوان مؤلفه الم يكن من الاولى ان يقتصر الكاتب على الاخذ عن القرآن وحده وخاصة فيما يتصر باخبار النبي الكريم ثم كيف سمح الكاتب لنفسه ان يطلق لفظة مقدسة على كتب غير القرآن وفي موضوع اخر قدم لنا الاستاذ محمد مهران اخبارا عن رحلة ابراهيم عليه السلام من العراق الى ارض الشام اعتمدا على التوراة رغم ان الكتاب الذي الفه يحمل عنوان دراسات تاريخية من القرآن وهو ينعى فيه على الباحثين عدم اعتمادهم على القرآن وينعى عليهم اعتمادهم على التوراة رغم انها غير موثقة السند همش المصدر السابق الصفحة السابعة انتهى كاتب بالنص همش في كتابه دراسات تاريخية الصفحة الرابعة والثلاثون والمئة والخامسة والثلاثون والمئة انتهى قال بالنص وعلى اي حال فان ابراهيم الخليل قد اختار كما تشير التوراة في زيارته الاولى لارض كمعان الطريق الشاق والموحش اذ كان متجولا فوق التلال نحو الجنوب وعندما اراد الخليل ان يستقر في بادي الامر فضل ان يكون ذلك فوق هضبه ذلك لانه باقواسه ومقالعه لم يكن في حالة تمكنه من ان يخاطر بالصدام مع الكنعانين منذين كانوا بسيوفهم وحرابهم اكبر من مد الله ولم يكن ابراهيم بعد مستعد للمغامرة بعيدا عن الهضاب وايما كان الامر فقد نزل ابراهيم وعند شكيم في مكان بلوطة نورة بين جبال عيبال واجرزين وهناك بنا مذبح لرب وربما قد تحرش به الكنعانيون ويقيم الخليل ما شاء الله له ان يقيم في ارض كنعان ثم يرحل عنهم صوب ارض النيل الطيبة بسبب مجاعة حلت بارض كنعان ومصر كانت دائما وابدا لبدو الكنعانيين وبخاصة في اوقات القحط ملاذهم وغالبا منقذهم الوحيد فحيثما كانت الارض تجف في اعطائهم كانت ارض الكنانة الطيبة تقدم لهم المأوى والمرعى وكان النيل بفيضانه منتظم يتعهد بذلك وبالاضافة الى اعتماد الكاتب على التوراة فقد اعتمد على كتابه الانجيل كتاريخ قاموث الانجيل لاونجر دابل كيلر the bible as history انجر's bible dictionary ولم على ما اورده الاستاذ الدكتور عدة ملاحظات اولا هناك اثباب شرعية تمنعنا عن الاخذ عن التوراة انظر لسالتنا الاولى اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ وايضا انظر كتابنا جزيرة العرب منذ اقدم العصور الصفحة السادسة والخمسون والثانية والثلاثون وايضا تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد الشام وتركيا وايران الصفحتان الثانية عشرة والتاسعة عشرة الى اخره لانه لا يجز للمسلم شرعا ان يعتمد على التوراة المحرفة فيما يتصل بتاريخ الانبياء والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد نهينا عن ذلك صحيح ابي عبدالله البخاري الجزء التاسع الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئة هنش رأى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به سمن قليلا الا ينهوكم ما جاءكم من العين عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا ليسألكم عن الذي انزل اليكم انتهى الهنش ثانين ان الخبر الذي اورده الكاتب نقلا عن التوراة يعص بكلام يتعرض عقيدة المسلم كما انه ينتقص من قدر نبي كريم هو من قول العزم انظر الى الجمل السابقة المخطط السلهة ان التوراة تذكر ان الرب الذي بنى له ابراهيم مذبحا هو يهوه وهنا نتساءل هل بنى ابراهيم عليه السلام مذبحا لاله يهوه لاله اليهود وهل كان ابراهيم يهوديا الحمد لله لقد بيان ذلك دون شافية ان ابراهيم كان مسلم واحدا واقام وابنه اسماعيل عليه السلام القواعد من بيت الله الحرام اما كونه اقام مذبحا للاله يهوه فهذا ما لم يروه خبر صفيح ثم نتساءل من رزاق الله ام الامم من الذي ينقذ الله ام غيره من الذي يقدم المأوى والمرعى الله ام غيره ومن الذي ينزل الماء امين ام الله انه الله رب العالمين افرأيتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ان نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون وفي السماء رزقكم ومن توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ثم هل كان ابراهيم جبانا فهو لم يكن مستعدا للمغامرة كما زعم الكاتب لانه لا يملك الا الاقواس والمقالية في مواجهة السيوف والحراب سبحان الله لو كان ما اردته التوراة صحيحة هل نفيا كتابها موقف ابراهيم بمفاده في مواجهة قومه الذين يملكون كل مقومات القوة المادية وقد حطم اصنونهم وسفها احلامه من الذي نجاه من كيد القوم من الذي نجاه من النار من الذي نجاه الى الارض التي بارك الله فيها للعالمين انه الله رب العالمين اليس الله بكاف عبده ثالثا ما اهمية هذه المعلومة التي اوردتها التوراة وخاض فيها الكتاب لغير المسلمين ما هو العمل الذي يترتب عليها وخاصة ان الله قد اغنان بكتابه وسنة نبيه عن ان تسول اخبار رسلنا وانبيائنا على موائد يهود والنصارى وفي موضع اخر يستمر الاستاذ الدكتور في سرد اخبار ابراهيم فيقول وهكذا اعتزن ابراهيم الهجرة الى مصر كما يقول يوسف ابن متى ليصيب من خيراتها ويسمع ما يقوله احبارها في امر الله وفي نفسه اذا علم من كلامهم ما هو خير مما عنده ان يتقبله او يرى في عقيدته خيرا مما عندهم فيدعوهم اليها انتهى كلام الكاتب هنش دراسات تاريخية من القرآن الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة انتهى ولنا على هذا الزعم ملاحظة ان الكاتب هنا اجعل ابراهيم عليه السلام النبي المسلم الذي كان من الموقن بسلامة دينه وعقيدته كما هو واضح من اخباره المبسوطة في كتاب الله متشككا في اسلامه وعقيدته هنش الصفحة الخامسة والثلاثون والمئة من كتابه انتهى انظر الى عبارة المخططة تحتها وهذا افتراء على نبي الله ويتعارض مع الخبر الصحيح عن سلامة دين وعقيدة ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالم ويستمر كتاب دراسات تاريخية في عرضه لاخبار ابراهيم عليه السلام ويحلته الى مصر ويكفي ان نشير الى ما يأتي ان الكتاب وهو يعالج قصة محاولة الاكداء على سارة زوج النبي ابراهيم عليه السلام اردد اخبار غير صحيحة تعارض الاخبار الواردة في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر يجب ان يراجع الكاتب نفسه فيه وان يصدر نصره يرجع فيه عما كتبه في هذا الشأن لانه بعرضه يكذب اخبار مواردة في صحيح البخاري فالكاتب يقول في الصفحة السابعة والثلاثين والمئة من كتابه ان التاريخ ما حدثنا ان الفراعين كانوا يأخذون النساء من اهلهم غصبا وهذا الكلام يضحضه حديث محمد صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري في الجزء الرابع صفحة السبعين بعد المئة والجزء التاسع صفحة الثامنة والعشرين انظر جزيرة العرب منذ اقدم العصور في الصفحة السابعة والاربعين بعد المئتين واذا كانت سارة قد اخذت الى جبار مصر فهل يعني ذلك في تصور الكاتب انها قد ذهبت برجليها وهي العفيفة الطاهرة المسلمة التقية زوجة النبي المسلم ان المسلم يجب ان يغضب لله ولا يغضب لفرعونيته على حساب اسلامه والدكتور محمد مهران يصور رحلة ابراهيم وسارة الى ارض مصر حينما كانت سارة عجوزة وهذا يدحضه ويدفعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اذ اتى على جبار من الجبابرة فقيل له انها هنا رجل معه امرأة من احسن الناس فسارة كما اورد الحديث كانت امرأة من احسن الناس هنش اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ سيرة ابراهيم واسماعيل عليه السلام الصفحة الثالثة والخمسون بعد المئتين انتهى والكاتب يقول ايضاء على ان الامر الذي يدعو الى العجب حقا ادعاء الرواه ان ابراهيم قال عن سارة انها اخته لانه لا يوجد على ظهر الارض لا يوجد غيرهما من المؤمنين والاعجب من ذلك ان تأتي الى رواية من كبار المفسرين والقرآن الكلم لا يشير الى ذلك الى اخر ما اورده الكاتب الصفحة السابعة والثلاثون والمئة والثامنة والثلاثون والمئة انتهى كلام الكاتب والرد لا ندري هل يقر الكاتب معنى ان الحديث والسنة النبوية هي المصدر الثانى لهذا الدين وانها مكملة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القول واذا اقررنا الكاتب على ذلك فلماذا يدفع ويرفض اخبار حقيقية وردت في صحيح البخاري وحاول ان ينال من المؤرخين والمفسرين المسلمين لانهم قالوا بها واعتمدوا عليها ونفي ان الاخبار التي اوردها البخاري في هذا الشأن صحيحة مئة في المئة باجماع اهل العلم وفيها ان ابراهيم عليه السلام قال عن سارة انها اخته اي اخته في الله وبهذا قال المفسرون المسلمين فمع رأي الكاتب الدكتور مهران ان انكار اخبار صحيحة واردة في السنة امر خطير ولقد كان ورد هذه الاسئلة الينا دافعا لقراءة ما اورده كتاب براسات تاريخية عن القرآن الكريم وقبل حظنا من يأتي عن رحلة ابراهيم عليه السلام الى بلاد الحجاز اورد الكاتب كلام عجيب بعضه نقلا عن كتاب العقاد ابراهيم ابو الانبياء وكتاب اسرائيل للمؤلف عن هذا الكلام همش دراسات تاريخية الصفحتان 39% وال40% تأليف الاستاذ الدكتور محمد بيوني مهران انتهى ان ابراهيم عليه السلام قد توجه الى الحجاز لانه لم يكن صاحب وطن عند بيت المقدس سواء اكان وطن السكن او وطن الدعوة او وطن المرعى يقول الكاتب المتواتر من روايات التوراة لا ادري هل هناك روايات متوترة للتوراة انه لم يجد هناك مدفنا لزوجه فاشتراه من عفرون اما الدعوة الدينية فقد كانت رسالة فيها لاحبار ايل اعليون وكان ابراهيم يقدم العشرة ايضا لأولئك الاحبار وهل كان ابراهيم يهودية وهل يعقل ان ابراهيم الحنيف المسلم يقدم عشرة لاحبار اليهود ما هذا ويقول هناك اسباب دينية غير الاسباب الدنيوية توحي اليه ان يجرب المسير الى الجنوب حيث يستطيع ان يبني لعبادة الله هيكلة هل هذا يعقل ألم يكن توده ابراهيم عليه السلام الى الحجاز بتوجيه من الله عز وجل ان الاهمية الدينية لبيت المقدس جاءت متأخرة بعد عصر ابراهيم وموسى بزمن طويل حتى استولى داود بين عام 1000 الى عام ستين وتسعمائه قبل الميلاد على المدينة المقدسة في العام الثاني من حكمه ثم اتخذها عاصمة الله ثم جاء من بعده ولده سليمان بين عام ستين وتسعمائه الى عام ثنين وعشرين وتسعمائه قبل الميلاد فاقام فيها هيكله المشهور وهذا الكلام الذي زعم الكاتب لا اصل له في المصادر الاسلامية الموثقة فالقرآن الكريم قد اكد لنا ان الله قد نجى ابراهيم ونديناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وهي بيت المقدس اي انها كانت مباركة قبل عهد ابراهيم وموسى عليهم السلام ولا ندري عن اي هيكل يتحدث الكاتب هل الهيكل الذي تزعم التوراة ان سليمان النبي اليهودي قد بنوه لاله اليهود يهوى وهو اسفل النسجد الاقصى وهذا ما لم يرد به قرآن موصله او نص تاريخي صحيح فداود نبي مسلم وسليمان نبي مسلم عليهم السلام هنش انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين انتهى ولم يقوم ببناء اليهوى وانما قد جدد بناء النسجد الاقصى كما انه من الثابت شراء ان داود عليه السلام حينما دخل بيت المقدس وامكنه الله له لم يكن ملكا وانما كان دنبيا من دنود المسلمين فلما ستح الله على يديه مكن له واتاه الملك والحكمة فهزموهم لاذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه من يشاء هنش سورة البقرة وكذلك في الصفحة الواحدة والخمسين بعد المائتين اخطاء يجب ان تصححها في التاريخ ذبية ابراهيم عليه السلام وبيت المقدس دار الوفاء للطباعة انتهى الهنش ان القول ببناء الهيكل على يد سليمان لا يخدم الان الا قبية اليهود الذين يريدون ان يهدم المسجد الاقصى ويقيمون على انقاضه هيكلهم المزعوم وساعته سينهض من بين صفوف المسلمين من يقول دعوهم فان كتب التاريخ قد علمتنا ان لهم هيكلا تحت المسجد الاقصى هنش ارجع الى كتاب قصة الحضارة في الديجئ الثاني المجلد الاول الطبعة الثالثة في الصفحة الرابعة والثلاثين والثلاثمائة والخامسة والثلاثين والثلاثمائة انتهى الهنش شبهات اخرى وردت في كتاب دراسات تاريخية من القرآن الشبهات الاولى فابراهيم الذي خرج من الاراق فرارا من اهله الى فلسطين هنش الصفحة الحالية والاربعون بعد المئة من نفس الكتاب دراسات تاريخية من القرآن انتهى الرد وهنا نتساءل من الذي القى في النار اليس هو ابراهيم عليه السلام ام غيره ومن الذي نجاه الله الى ارض الاسراء الله ام انه الفرار كثيرا ان يتحدث عن نبي مثل هذا الكاتب من اولى العزم بهذه الطريقة فالله يقول ونديناه ونوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالم اي انه لم يكن فرارا الشبهة الثانية بل ان التراث الديني اليهودي لا يزخر بادلة لا تقبل الشك على ان اليهود الذين رافقوا موسى الى سيناء لم يكون كفءا لعبء حمل التوحيد وفلسفته التجريبية هنش نفس المرجع على الصفحة الثانية والاربعون والمئة انتهى الى اخر كلام المؤلف ولم يجد فيما تقدمه الديانة الدديدة من يسبع حاجتهم الى الاعتبارات المادية الرد ان اليهودية كفر وموسى لم يكن يهودية ولكن كان حنيفا مسيما والذين رامنه معه كانوا مسيما وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسيما هنش سورة يونس الاية التسعة والثمانية انتهى وقد لقي السحر الذين اسلموا مع موسى ربهم شهداء بعد ان اسلموا بين يده الفرعون امنا برب العالم رب نيسى وهارون سورة الاعراف الايتان الواحدة والعشرون والمئة والثانية والعشرون والمئة تفسير القرآن العظيم الجزء الثاني الصفحة السابعة والثلاثون بعد المائتين لا ندري ماذا يقصد الكاتب بالفلسفة التجربية للتوحيد الاسلام ليسى فيه فلسفة لان الاشتغال بالفلسفة اليونانية يناهض عقيدة المسلم وقد حرمها علماء السلف هنش الفتاوى الكبرى الجزء الرابع الصفحة السابعة والعشرون منهج الاعتبار للذهبي شرح العقيدة التحاوية للإيمان أبي العز الحنفي تهافت الفلسفة لأبي حامد الغزالي تلبيس ابليس لابن الجوزي الصفحة الخامسة والاربعون انتهى واذا كان من الثابت شرعا ان اتباع موسى كانوا مسلمين فهن يمكن القول بان الاسلام لم يسبع حاجتهم الى الاعتبارات المادية نأمل ان يراجع الاستاذ الدكتور الكاتب ما كتب ويقوم بحف هذه العبارات طاعة لله ورسوله لانها تتعارض الى اعتقاد الصحيح الشبهة الثالثة يتحدث الكتاب عن بني اسرائيل فيقول بدرجة انهما كانوا يستطيعون الايمان بدعوة نوسى ان خوفا من فرعون وان خوفا من شيخ بني اسرائيل و الى هذا يشير القرآن الكريم فما امن لنوسى الا ذردية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنه باعتبار الضمير في وملائهم من فرعون وملائهم راجعا الى قوم نوسى الرد والاية انما تؤكد ان هناك اشخاصا قوما امنوا بدعوة نوسى عليه السلام كما يقول ابن كثير لانه اراد بالذرية الاحداث والشباب وانهم من بني اسرائيل فالمعروف ان بني اسرائيل كلهم امنوا بموسى عليه السلام هنش تفسير القرآن العظيم انجز الثامن صفحة الثامنة والعشرون بعد الاربعين انتهى وذلك عكس ما ذهب اليه الكاتب من تفسير آية من كتاب الله عز وجل على غير مراد الشارع الحكيم والاصل الردوع الى كتب التفسير اما ان المفسرين مشكوك في كلامهم كما اشار الكاتب الى ذلك صراحة في كتابه صفحة السابعة والثلاثين والمئة والسامنة والثلاثين والمئة السبهة الرابعة وهكذا بقي ابن اسرائيل كالعربي تماما يعبدون الاصنام الى ما بعد ابراهيم بمئات السنين ومن هنا فان عبادة الاوثان لا تدل على امتناء العربي او اليهود الى ابراهيم هنش في نفس كتاب المؤلف دراسات تاريخية من القرآن الكريم فالصفحة الرابعة والاربعين بعد المئة انتهى الرد ان الذين يعبدون الاوثان لا ينتمون بيقيم من قريب او بعيد الى ابراهيم عليه السلام سواء كان يهودا او عربا فالوشيجة التي بينهم وبينه قد انقطعت بمجرد مروقهم عدل الله عز وجل وهو الاسلام ان اولى الناس بابراهيم من الذين اتبعوه وهذا النبي والذين اهمنوا الشبهة الخامسة ولا ندري ما السبب الذي دفع الاستاذ الدكتور محمد بيوني مهران الى افراد فصل تحت عموان قصة الذبيح والتضحية البشرية هنش وهو في كتابه في الصفحة السابعة والسبعين والمئة والثامنة والسبعين والمئة والتاسعة والسبعين والمئة انتهى يقول وبعد ان يبين ان التضحية البشرية كانت عادة لدى شعوب الشرق الادنى القديم معلق بقوله وهنا فيما يبدو لي تظهر اهمية قصة الذبيح عليه السلام في التاريخ الانساني اذ كتبت عليه ضريبة الفداء وهي في مفترق الطرق بين الهنجية التي كانت لا تتورى عن الذبائش البشرية وبين الانسانية المهذبة التي لا تقبل فداء بالحياة ولكنها تتورى عن ذبح الانسان ولما كان الانبياؤهم الاسوة الحسنة التي يحتذي حدوها كافة الناس وخاصتهم فان الله جلت قدرته اراد يجعل من خليله قدوة حسنة ومثلا اعنى لارفع صور الايمان واجبها في تاريخ الانسانية وفي الوقت ذاته فانه جل وعلا قد اعطى الانسانية نفسها مثلا حيا في ابراهيم وابنه اسمالي تمهيدا لمنع هذه العادة البربرية فيأمره بذفت ولده ثم يفتديه بكبش عظيم ومن هنا كان ارتباط هذا الحادث ارتباطا وثيقا بظاهرة التضحية البشرية التي كانت تمارس في بعض المجتمعات الشرط الادمى القديم والحس على استبدال ذلك التقليد بالتضحية الحيوانية ومن عجب ان ذرية ابراهيم من اسحاق لم يكن على مستوى الدعوة فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية الى ما بعد ايام يوسى الرد ما هو وجه المقارنة والصلة بين الهمجية التي كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية وبين ابتناء الله سبحانه وتعالى لابراهيم عليه السلام بذبح ولده وفلفة كبده وهل لو فرضى وذبح ابراهيم عليه السلام ابنه انتثالا لامر ربه واستسلاما فهل هذا يعتبرها مجيه او ضريبة فداء وهل نحن اعلم ام الله وهل حينما امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه كان ادنى وحاش لله ان يكون كذلك ادنى واقل مرتبة من الانسانية المهذبة التي تتورع عن ذبح الانسان وهل كان الله سبحانه وتعالى بضرب هذا المثل يعلم البشرية ان لا تبخل بشيء عن الله عز وجل وان لا تستطي شيئا عن الله حتى لو كانت النفس او الولد او المال ان قصد الشارع العظيم منع هذه العادة البربرية كما يزعم كتاب دراسات تاريخية وهنا نرى وبالله التوفيق اولا ما كان للكاتب ان يعقد هذه المقارنة مطلقة لانها تخالف الشرع فلا وجه للمقارنة بين امر الشارع الحكيم بابراهيم بذبح ابنه وبين الانسانية الهمدية التي لا تتورع عن الذبائح البشرية ثانيا ان الله اشترى من المؤمن انفسهم وانوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله ومن هنا فالمؤمن قد داع نفسه وماله لله وامضى العقدة مع الله فحينما ينجده الله عز وجل المجاهدة في سبيله او يقاتل فليس عليه الا ان يطيع والاسلام يعني الاستسلام لله عز وجل في جميع جنبات الحياة فحينما يطلب الله عز وجل من انسان ان يسعى لشيء لا يملك ان يتردد وابراهيم عليه السلام قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العانا لقد اسلم حقيقة ولكنه كان لابد ان يبرهن على صدق اسلامه فكان الاختبار في اعز شيء لديه كما بينا هنش اعطاء يجب ان تصحح في التاريخ سيرة ابراهيم واسماعيل عليه مسلا والصفحة التاسعة والستون انتهى ثالثا انما وقع من استسلام ابراهيم ودمه لامر الله يؤكد ان الهدف الرباني قد تحقق فلما اسلم وتله للجبين أي انه لم يبقى الا اراقة الدم والله غني عن اراقة دنياء عباده والدم يصد مسده اي دم حتى ولو كان دم كبش رابعا ان الشارع الحكيم بهذا المثل وبهذا الاسلام يعلمنا كيفية الاستسلام لله عز وجل ويريد ان يبتلي نبيه لارفع درجته خامسا ان الله قد حرم قتل النفس البشرية فقال انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا كما ان احد ابناء ادم عليه كفل من كل نفس بشرية تقتل لانه كان اول من ثم القتل كما ورد بذلك الحديث الصحيح هينج البداية والنهاية البزء الثاني الصفحة الواحدة والاربعون الى السادسة والاربعين انتهى سؤال ورد في دائرة معارف القرن العشرين من تأليف المدعو محمد فريد وجدي العبارات التالية عن ابراهيم عليه السلام فما رأيكم في ضوء دراستكم هذا ما نقلناه عن الكتب القديمة ويظهر لنا ان في مثل هذه الروايات ضعفة بل ان اكثر انثال هذه الروايات مخلوطة بالخرافات فلا يعقل ان نبيا جميلا من اولي العزم كابراهيم يلقي بمرأته وابنه في واد قاحل لا زرع فيه ولا ماء ويروح لنا ان ابراهيم لم يطوح بمرأته وولده الى هذا الحد بل امتقل بمرأته الثانية الى جهات مكة لغرب من الاغراض بدليل انه كان زار بلاد العربي مرارا هينج دائرة معارف القرن العشرين المجلد الاول للمدعو فريد وجدي الصفحة الثالثة والاربعون بعد الثلاثمائة وكذلك الصفحات من الستين بعد الثلاثمائة الى الثانية وستين بعد الثلاثمائة وانتهى الهينج الرد ان الخبر الصحيح الوارد في صحيح البخاري هينج في الجزء الرابع من صحيح البخاري صفحات من الثانية والسبعين والمئة الى الخامسة والسبعين والمئة وكذلك في جزيرة العرب منذ اقدم الوصور في الجزء الاول في الصفحة التاسعة والاربعين بعد المئتين اغطاء يجب ان تصحح في التاريخ سيرة ابراهيم اثماعيل عليه السلام الصفحة السادسة والثلاثون وما بعدها انتهى الهينج ان الخبر الصحيح الوارد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهواء يؤكد ان ابراهيم عليه السلام قد امر من الله سبحانه وتعالى ان ينجل زوجه هادر وطفله اسماعيل بذلك الوادي القاحل ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هنالك وعضع عندهما جرابا فيه تمر وثقاء فيه ماء فهل بعد ذلك يمكن لاحد ان يزعم ان هذه الرواية مخلوطة بالخرافات وانها ضعيفة ارى ان يراجع الكاتب نفسه وكتابه لانه يشكك في السنة والتشكيك في السنة يعتبر تشكيكا في الدين الاسلامي والذي يشكك في الدين الاسلامي يجب ان يراجع نفسه ويصحح عقيدته ان المسئول عن طبع دائرة معارف القرن العشرين يجب عليه ان يحذف هذه الفقرة او يصححها تبقى للحديث النبوي الشريف وقفة هامشية للقارئ معلوم ان محمد فريد وجدي مؤلف كتاب دائرة معارف القرن العشرين قد توفي منذ سنوات طويلة المبحث الثامن واحد حضارة مصر والشرق القديم تأليف الدكتور ابراهيم رزقانة ودكتور محمد انور شكري ودكتور عبدالنعين ابو بكر ودكتور حسني احمد محمود ودكتور عبدالنعين محمد حسنين القاهرة تحدث فصل من الكتاب عن حياة اليهود فزعل ان داود عليه السلام قد وضع اساس معبد الاله اليهودي في عاصمته وبذلك اصبحت اليهودية دين الدولة الرسمي في الصفحة الواحدة وستين بعد الثلاثمئة من هذا الكتاب كتاب حضارة مصر والشرق القديم واتحدث الكاتب عن القدس على اساس انها عاصمة اليهود وانها كانت مقر البلاط الملكي بسليمان الذي كان يحيا في بلاطه عيشة ملك شرقي مقبل على اللذات غارق فيها في الصفحة الثالثة وستين بعد الثلاثمئة وزعل الكاتب ان سليمان قدم هيكل اليهوة في مدينة القدس في الصفحة الثانية وستين بعد الثلاثمئة هامش انظر للتصحيح اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ ذرية ابراهيم عليه السلام وبيت المقدس انتهى الهامش وزعل الكاتب ان سليمان قدم هيكل اليهوة في مدينة القدس كما زعل الكاتب ان اخبار سليمان هي اسطورة وخرافة فقال بالنص لهذا لا تعجب اذا كانت الاسطورة والخرافة قد تناقلت سيرة سليمان عبر الاجيال كملك جمع بين القوة والحكم والعظمة وسيطر على الجن وكان بلاطه وشهرته سببا في ان جذب اليه ملكة عربية معاصرة هي بلقيس ملكة سبأ وذلك في الصفحة الثالثة وستين بعد الثلاثمئة وذلك يعني في زعل الكاتب ان بلقيس لم تأتي الى سليمان لتعلن اسلامها لله رب العالمين وفي هذا تجاهل لقضية الدعوة وحقيقة العلاقة بين سليمان وبين ملكة سبأ التي كان محورها الاسلام واستمر الكاتب في تجميه على نبي الله سليمان فزعم انه كان مترسا وكان يوالي اعداء الله من الكافرين لضمان استمرار ملكه وانه كان يسخر شعبه ويصرض عليهم الضرائب الباهظة الى غير ذلك من الافتراءات التي تقرأها نصا في الكتاب رغم هذه الصورة البهيجة ورغم هذا الترف وهذا البذخ ان اخر العهد بسليمان شهدت محلال هذا الملك الشامخ الذي وضع اساسه شاؤل واتمه داود فقد اغرق سليمان في سياسة المسالمة وتهافت على الحياة المطرفة الناعمة فلم ينتبه للافكار التي كانت تزعزي اركان ملكه واصبحت مصر تهدد ملك سليمان اذ اخر الفرعون ينشر نفوده فيها واستولى على قلعة جزر الكنعانية وابات يهدد دولة سليمان الذي لم يجد مفر من ان يصاهر ملك مصر ليفوز برضاه وليأمن على نفسه وعلى ملكه وقد سخط الابرانيون على ملكه بسبب تسخيره العميان في مشروعاته البنائية على زعم هذا الكتاب عزيز المستمع هذا الى ان الانفاق على الهيكل والقصر يتطلب فرض ضرائب باهظة اثقلت على الناس وادت اخر الامر الى انقسام الملك الصفحة الثالثة والستونة بعد الثلاثمائة من نفس الكتاب حضارة مصر والشرق القديم تأليف دكتور ابراهيم مرزقانة دكتور محمد انور الشكري والدكاترة عبد المنعم ابو بكر حسني احمد محمود عبد النعيم محمد حسنين بالقاهرة كذلك قالوا في هذا الكتاب ان سليمان كانت حاجته الى المال اكثر ورغبته في جمعه اشد لذلك كان اول من صرب الضرائب من ملوك العبرانيين وفرض على كل قسم من اقسام البلاد الاثنى عشر ان يتكفل بنفقات البلاط شهر وقد فرض الضريبة على المراعي وضريبة اخرى لسد نفقات الملك الصفحة السابسة والستونة بعد الثلاثمائة وهكذا نرى ابناء المسلمين يرددون هذا التاريخ الاسلامي المشوه الذي كتبه المستشرقون فلا حول ولا قوة الا بالله انتهى الهنج اثنين خلافة بني امية تأليف الدكتور نبي العاقل بل نبيه عاقل يلاحظ القارئ لكتاب الدكتور نبيه عاقل خلافة بني امية ان المؤنس قد جانب الصعب في كلامه عن تاريخنا الاسلامي وقد ملأ الكتاب بالاخطاء التاريخية بل نستطيع القول انه استعمل الدس الصريح والطعم المباشر للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم من يقوي احتمال وجود هذا الاتجاه عند الدكتور وليس هو فقط خطأ واقع فيه همش مجلة المجتمع الكويتية انتهى ونستطيع حصر الاخطاء ومواطن الطعن في الكتاب في الامور التالية واحد اعتماد المؤلف على التفسير الشوعي الماركسي في تفسير احداث التاريخ الاسلامي اثنين الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمنهج الذي جاء به في كتاب خلافة بني امية للدكتور نبيه عاقل ثلاثة الطعن بآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتشويه صورتهم ومواقفهم اربعة تشويه التاريخ الاسلامي واختيار الفترات المظلمة لتدريسها خمسة اعتماد المؤلف على مراجع سيئة مغربة بعيدة كل البعد عن النزاهة العلمية وسنتناول كل فقرة من هذه الفقرات بالشرح والنقل من كتابه واحد السنة البارزة للكتاب هي كونه المحاولة يائسة لتفسير تاريخنا الاسلامي بالتفسير الشيوعي الماركسي فالتاريخ الاسلامي عند المؤلف هو تاريخ الصراع بين الطبقات طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء والصحابة رضوان الله عليهم هم فئتان فئة الاغنياء المسرين والذين بيدهم والمال والسلطة والجاه وفئة الفقراء والضعفاء والذين ليس بيدهم شيء وهذا كله يؤكد صحة الانباء القائلة بان الدكتور من عتات الشيعيين في بلده يقول المؤلف ان الارستقراطية القراشية القديمة منثلة ببعض رجالاتها الكبار الذين كان لهم باع طويل في ميدان التجارة المالي للدولة الجديدة من الشجاز الى الامصار ليعاود نشاطهم الاقتصادي القديم وليسروا ثراء وصل الى حد الفحش الامر الذي ادى الى قيام فوارق طبقية ضخمة فتحت عيون المحرومين وجعلتهم يجأون بالشكوى الصفحة العاشرة من كتابه خلافة بن امية لنبيه عاقل ويقدم على كلامه هذا مثالين من الصحابة رضوان الله عليهم هما الزبير بن العوان وطلحة ابن عبيد الله وينقل عن بعض المصادر كلاما عن حجم اموالهم ومقدارها ثم يقول ورغم ما قد يكون في هذه الارقام من مبالغات وبعد عن الدقة فانها تظهر تكدف ثروات طائلة في يد هذه الفئة من القرشيين الذين كانوا مرض عريبة قديمة بالنسبة الى رجالات القبائل يضاف الى هذا ما قام به عثمين من توزيع الاراضي والاموان على اهل بيته واقربائه الامر الذي زاد في عدد الاصوات السائرة واضاف الى النقمة والشعور بالفوارق الطبقية عوامل جديدة تبررها في الصفحة الثانية عشرة من كتابه ويقول واخذت جماعات منهم تشترك في التحريض على عثمان الذي ساعدت سياسته المالية على اقامة فوارق طبقية في مجتمع كانت الدعوة الى المساواة اساسا متيما من اسسه في الصفحة الثانية عشرة من كتابه ويتكلم عن موقف الزبير ابن العوام وطلحة من بيعة علي وتغير موقفه منه ويرجع ذلك لسبب سبق ذكره وهو تكديسهما للمال ويقول وكنا قد ضربنا مثلا بما حصل عليه كل من طلحة والزبير من اموال ومتاع وعقار وعبيد جعلتهما من كبار رجال رأس المال الذين يهمهم جدا ان تكون امور الدولة بيد رجل يقبل ان تسير الامور على هواهما ووثق مصالحهما وعلي رجل جد واستقامة ودين ويعرفان سلفا انه قد يقف حجر عشرة في طريق مصالحهما الصفحة الثالثة والعشرون من كتابه ويقول ان طلحة والزبير كما اسلفنا في فترة سابقة كان من رجال الارستقراطية القراشية الذين استفادوا من عصر الفتوح فائدة ضخمة وكدسوا اموالا وثروات طائلة ساهم حكم عثمان المتسامح في تسهيل الحصول عليها واتاحة الفرص الواسعة لرجال رأس المال والاعمال لاستغلال نفوذهم السياسي ومواهبهم التجارية في سبيل اسراء اعتبره رجال القبائل غير مشروع لاسيا بعد ان توقفت الفتوحات الصفحة السابعة والعشرون ويقول والموالي اصحاب البلاد من قبل فاروا لانهم اصبقوا طبقة الدنيا في المجتمع يعملون في الارض ويكدحون لغيرهم من ابناء الطبقة العليا ولا يحصلون الا على المعاملة السيئة والاحتقار الصفحة السالسة والخمسون ويقول وفي الاراق اتخذت النقمة الاقتصادية شكلا دينية الصفحة السالسة والخمسون فاذا التاريخ الاسلامي عند المؤلف هو تاريخ صراع بين الطبقات والصحابة رضوان الله عليهم لم يجاهدوا في سبيل الله وينفقوا من اجل مرضاته وانما كان ذلك صراعا من اجل النادة وصراعا بين الطبقات الفقيرة الكادحة والطبقات الغنيات الرأسمالية واي تجن وافتراء على سلفنا الصالح اكثر من ذلك واي تشويه اكبر من هذا التشويه والذي يؤكد هذا الاتجاه عند المؤلف واعتماده بشكل كبير على كتاب اسمه تاريخ الخلفاء وهذا الكتاب مؤلفه مجهول باقرار الدكتور نفسه عدا انه مطبوع في موسكو عام سبعة وستين وتسعمائة مؤلف ميلادية واشرف على طبعه وكتب مقدمته رجل اسمه بوتروس ديرياز نيه او نيه او نيه فاي كلام يرجى من كتاب مؤلفه مجهول ومطبوع في موسكو عام سبعة وستين وتسعمائة مؤلف اسمان والسمة الثانية لهذا الكتاب هو الطعام الواضح بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمنج الذي جاء به فهو يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفشل بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق ان تقدم لكم هذه المات منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف منسلسات اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ نتابع القراءة في نقد كتاب الدكتور نبيه عاقي خلافة بني امية ونواصل القراءة في اذكراته على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقم اثنان والسمة الثانية لهذا الكتاب هو الطعام الواضح بالرسول صلى الله عليه وسلم وباليوهج الذي جاء به فهو يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفشل ويقول وهكذا ممكننا ان نقول اننا سعى اليه رسول الكريم من تكون جماعة واحدة تجمع شتات العرب على اختلاف عصبياتهم قد فشل الصفحة التاسعة والخمسون والمئة فاي كلام اقبح من هذا الكلام وهل قال مثل هذا حتى المستشرقون اعداء الاسلام ولا يكتفي بهذا بل ويطعن بالمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والحقيقة التي لا بد من الاشارة اليها في مجال الحديث عن الجانب الاقتصادي من الازمة التي اطلت برأسها زمن عثمان وحركت القبائل للعمل ضد الخليفة ونظام حكمه هي ان عثمان برأة من هذا النظام وان الذي بدأه هو عمر بن الخطاب بل برأة من هذا النظام وان الذي بدأه هو عمر بن الخطاب الذي انتزع الفيئة من الجيش وجعله للدولة ولم يكن في عمل عمر بن الخطاب هذا بدعة او مخالفة للاحكام التي وردت في القرآن الكريم والتي كانت تقضي بتوزيع الفيئة على النحو التالي ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولجي القربى واليتامى والمساكين ودن السبيل كي لا يكون دولة بين الارمائنكم فكان عمر في ذلك اذا اختفي خط الرسول الذي جعل لبيت الميل ما يقع في يد المسلمين من غير حرم الصفحة الرابعة عشرة من كتابه ثلاثة ولقد حظى اول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بالطهارة في كتابه الكريم بالاوصف البذيئة والتهم الرخيصة فالإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو الإمام الذي اطبقت الدنيا على تزكيته والثماء عليه وهو إماما عند اهل السنة المقدم يقول مؤلف الكتاب عن هذا الإمام وتوجه الدنيا الأمويين الذين كانوا محاصرين نحو الشن ويقال إن عليا ابن صرية كربلاء كان من الذين اعتزلوا الفتنة ولما رآها تشتد خرج إلى الطائف وأخذ معه حرم مروان ابن الحكم بسبب صداقة قديمة كانت تربط الاثنين الصفحة العشرة بعد المئة ولم نفسح المؤلف عن هذه الصداقة التي تربط بين رجل الممرأة غريبين عن بعضهما وهل يليق مثل هذا الكلام بمثل هذا الإمام الجليل ويطعم في بني هاشن وذلك بربته بينهم وبين الداعية اليهودية للفتنة عبد الله بن سبق فأقول وقد وجد بني هاشن لهم داعية جريئة في شخص عبد الله بن سبق الملقب بابن السوداء فالصفحة السادسة ويتكلم عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما صد الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تنازله عن الخلافة بالمعاوية ويقول وصدف في هذه الفترة ان تعرض الحسن لطانة من بعد خصوله كاد التودي بحياته فازداد بوده لانصاره من العراقيين وعدم ثقته بهم وكاتب معاوية في الشروط التي يشترضها للتنازل عن العرش ومن بينها مبلغ كبير من النار الصفحة الخمسون ويرد رواية اخرى تقول ان الحسن اشترط ان يأخذ ما في بيتنا للكوفة من امام تبلغ خمسة الاف الاف درهم وان ينتمع الشوان عن لعن علي فقبل معاوية والتنازل الحسن الصفحة الواحدة الخمسون فاي سواد اشد من هذا واي فحش اشنع من هذا ولم يسلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس من تشويشه فيقول على ان الملاحظة التي لا بد منها في هذا المقام هي ان الجزء المتعلق بلحاق عبد الله بن عباس بمعاوية وتركه جانب الحسن وقبضه الاموال من معاوية كما يرويه الزهري امر المسيئي والعباسيين ويظهر جدهم بمظهر لا يشبف الاسرة العباسية عدوة الامويين ويقول باقوال بعض المؤرخين ان الذي فعل ذلك هو عبيد الله بن عباس اخوه ويقول وقد سهل هذا التزوير للحقيقة التشابه في الاسم بين الاخوين عبد الله وعبيد الله الصفحة الثانية والخمسون ويتهم الكاتب المؤرخين في العصر العباسي بانهم وراء محاولة نخو العار الذي لحق بعبد الله بن عباس الصفحة الثانية والخمسون ويصف بني هاشم بالرجوع الى روح الجاهلين في خلافهم مع بني امية والى انتكاء جراحاتهم القديمة فيقول ويرجع وداء بني هاشم لاثمان للخلاف في الجاهلية بين بني امية وبني هاشم الذين كانوا اقل من ذله من سابقهم وعندما نزلت فيهم الرسالة شعروا بالفخر عليهم ولما جاء عثمان الان ليعيد التسلط الاموي القديم ويسلم اهله وجماعته ما لكفاءة او فضل مقاليد الامور من جديد فارت سائرة بني هاشم وانتكأت جراحاتهم القديمة الصفحة السادسة الرقم اربع ولقد نال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسط الاكبر من هذا السباب والشتم ولكن يسلم صحابيه من ذلك وقد جاء القدر الاكبر من هذا السباب على عثمان بن عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه فهو يقول عنه فقد عتب المدنين على عثمان مثلا بذخه وترفه واكله لين الطعام وشده اسمانه بالذهب وقارنوا كل ذلك بما كان يفعل عمر الصفحة السابعة ويقول عنه ايضا ولم يقتصر الامر على بذخ عثمان واترفه وقلة حرصه على اموال بيت المين بل تعده الى تسلط اهله واقربائه على شؤون المسلمين وتوزيعه الاعمال والامارات بين اهل بيته وانسبائه مما اثار الغواطر وزد في حدة النقد الصفحة السابعة ويتهنه بانه وزع الاراضي والاموال على اهل بيته واقربائه الصفحة الثانية عشرة ولا يتردد في الافتراء على كدار الصحابة من المهاجرين والانصار الذين اجتمعوا على بيعة عثمان والولاء له فيقول وهكذا اجتمع على بغض عثمان والكيد له اهل الانصار وعودوه اهل المدينة وكدار صحابة رسول الله من انصار ومهاجرين وكان علي ابن ابي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوان على رأس المقيمين على عثمان ولكنهم ينشاء ان يسفروا في عبائهم للخليفة او ان يكتلوا اهل المدينة في ثورة ضده بل ارادوا ان تنبع الثورة في الانصار التي كانت مركز الثقل الحربي والمادي للدولة الصفحة الرابعة عشرة ونراه يثني على الثورة على عثمان والكيد له والظهور عليه وينفي ما يكاد يجمع عليه المريكون من ان السائرين على عثمان انهم من الغوغاء والعبيد والاعراب ويقول وهذا الوصف للسائرين على جانب كونه وصفا غير صحيح لانه كان من بين السائرين على عثمان اشراف وسادة وابناء صحابه ورجال فضل مدين هذا فضلا عن عامة اجال القبائل في الانصار وبعض اهل المدينة فانه يمثل في رأينا تشويه مقصود لطبيعة الثورة والقائمين بها ومحاولة لصبغها باستداغ اللاشرعية الصفحة السابعة والاشرعين وان سعد ابن ابل وقاص وسعيد ابن العاس وهم من افاضل الصحابة ومقدمهم فهم عند المؤلف لا يزنون شيئا ولا يملكون من المؤهلات للولاية سيا قرعدتهم من عثمان ويقول هذا فضلا عن سعد ابن ابل وقاص والوليد ابن عطبة وسعيد ابن العاس وكلهم من اقربائه وقبل الله من الكوفة على التوالي وكان معظم هؤلاء لا يملكون من المؤهلات للولاية سوى قرادتهم من خليفة الصفحة الخامسة وطلح ابن عبيد الله واخرون هو يصفهم بامهم من الارستقراطيين القراشيين الذين استغلوا فرصة الفتوح ليثروا ثراء فاحشة على حساب الطبقات الكادحة من المسلمين الصفحة العاشرة ويتهمهم ان يتهم طلحة والزبير بانهما كان موض عريبة وذلك لتكديسهم الثروات الطائلة الصفحة الثمية عشرة ويتهمهم ببغض عثمان والكيجله والبهور عليه الصفحة الرابعة عشرة ويفسر ذهوره على علي بن ابي طالب بان سبب ذلك هو مصالحهما المادية فهو يريدون ان يتولى شخص يسير الامور وفقهما ومصالحهما الصفحة الثالثة والعشرون ويكرر ذلك ايضا في الصفحة السابعة والعشرين ويتهم عبدالله ابن الزبير بانه هو المحرد للحسين ابن علي بالخروج من الحجاز ويقول وفي هذا الوصف اتهام واضح لابن الزبير في سلامة معاياه تجاه الحسين من جهه وفي مطامينه بالخلافة من جهة اخرى اذن الحسين منافس خطير لابن الزبير وفي الخلاص منه خلاص من اقوى مرشح لمنصب الخلافة الصفحة الثالثة بعد المئة ويتهم العوية ابن ابي سفيان بانه اشترى الذمن من اجل محاربة اعدائه ويقول ولم يكن المال وشراء الذمن الوسيلة الوحيدة التي اتبعها معاياه في سبيل استقطاب الانصار في العراق فقد كان هناك فريق دفعه الخلف من بطش الخليفة الى باعته الصفحة السادسة والستون كما يتهم العوية بانه تعاون مع ابن اثال النصران لقتل عبد الرحمن ابن خالف ابن الوليد لانه اشتهر بقتال الروم وخشي من شهرته ومنافسته له وكفر ابن اثال على تآمره معه بانولناه خرج حمص الصفحة الخامسة والثمين الرقم خمسة والامر الاخر الذي يؤخذ على الكتاب انه محاولة نائسة لتشويه التاريخ الاسلامي واذهاره بصورة قاتلة امام الاجيال الناشئة فالكتاب هو خلافة بني امية من تأليف الدكتور نبيه عاقل فالكتاب بجلته يورد تفسيرا جديدا للتاريخ الاسلامي يعتمد على اسس العقيدة الشيوعية الماركسية ثم هو بعد ذلك من بيء بالطان والانتقاص من الرسول صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي جاء به ومن الصحابة ردوان الله عليهم وذلك لتدريسها وجعلها منهجا لطلاب الجامعة ولا يمكن افتراض حسنية بهذه التصرفات كلها ولا بد ان وراء ذلك دوافعا ونوايا سيئة والمؤلف يسعى بكل جهده لتصيد الروايات الضعيفة والمنكرة وذلك من اجل تشويه صورة مضيئة للمسلمين الاولين الذين حملوا الينا اسلام ولا يتورع المؤلف من وصف المجاهدين المسلمين بانه نهد بيوت المال ويقول فزعموا ان المال الذي يجتمع من الخراج انما هو له وليس للدولة وقالوا انه مال المسلمين وليس مال الله وتمسكوا بدعوة ان اموال الفيء يجب ان تقسم وفي بعض الاحيان نهد بيوت المال في الانصار قد صفحة العشرة الرقم ستة والامر الاخير وهو مصادر الكتاب ومراجعه فنرى المؤلفة اعتمد اعتمادا كليا على هذه الانواع من المصادر الف كتب المستشرقين الذين شوهوا التاريخ الاسلامي من انثال في كتابه الخلفاء ورعاياهم في الاسلام و في كتابه العرب والروم و في كتابه السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني امية و يوليوس فلهازن في كتابه تاريخ الدولة العربية و كلاود كاهن في كتابه تاريخ العرب والشعوب الاسلامية و في كتابه بلاد الخلافة الشرقية و في كتابه الفن الاسلامي با تراميذ المستشرقين من انثال فليب حتي في كتابه تاريخ العرب دين كتب مجهول مؤلفوها من انثال كتاب تاريخ الخلفاء والذي طبع في ماسكور دين كتب مطعون بعقيدة مؤلفيها وامانتهم ومزاهتهم العلمية مثل العقوب الشيع المتعصد والاصبهاني صاحب كتاب الاغاني والذي ملأه بالروايات والاشعار الساقطة والرديئة واذا اعتمد على مرجع تاريخي كتبه مؤلف المنفوق نره يختار من هذا المرجع من يوافق هواه ومعتقده من روايات الضعيفة والمرضولة هانش هذه صورة من صور النفوس التي تنتمي الى امتنا امة المسلمين العرب تنزف حقدا على الاسلام واهله والعجب ان كاتب الكتاب ان نفرد انه استاذ جامعي يحمل اعلى الدرجات الجامعية العلمية وكند اعتمد ان يغار استاذ المسلم على دين الله ورسول الله وصحابة رسول الله ويرد على هذه الطرهات التي تدي من ينشرها ويقررها على طلاب الجامعة ومنهم يطلح ضرورة تبني المنهج الاسلامي لكتابة ودراسة وتدريس التاريخ لانه ضرورة شرعية وسنقوم بالتفليد هذه الاباطيل في رسائل قادمة باذن الله انتهى الهنج الرقم ثلاثة فجر الاسلام تأليف احمد امين علم احمد امين ظاهرة الغناء في الحجاز في كتابه بقوله وقد يكون السبب ان الحجاز كان به ارستقراطية العرب وهم العنفر الفاتح وقد من هؤلاء الارستقراطيون من خير الجوار وارفعهن نسبا واكثرهن تأدبا ومنهن من تربى ببيت الملوك والامراء وتأدب باعباب الحضارة فنقلن ذلك الى الحجاز وصدغنه بالصدوة العربية وكان لهن الفضل في تأسيس مدرسة الغناء في الحجاز ويقول الاول ان البضاء اذا تحضروا وبوصط لهم في العيش اسرفوا في اللهو شأن كثير من غني بعد الحرمان فانصرف فتيان الحجاز بمالهن من مال وفير وجاهن عزيز عن الامارة والخلافة والسياسة الى اللهو فكان الظرف واجناء وكان الشراب وكان المدين ونحولا نعترض على صحة التعليل من عدمها ولا ندافع عن المنحرفين اذا صحى لا ذكر لكن تصوير المجتمع في قاعدة الاسلام الاولى ومعطن كبار الصحابة وتصوير ابنائهم بهذه الصورة من المدين والشراب والطرب من اجل بعض الشواذ من العبيد والجواري ان الى الوقل وان المؤلف جعلن العناء مدرسة في الحجاز بين قيسين على اعتبار ان هذه مراكز حضارته وكل اخباري في هذا الموضوع لقلها الكاتب عن كتاب الاغاني وهو كتاب حكايات ما سمر ومؤلفه ليس بعدلا ولا ثقة وقذاب هذا المذهب من تضخين دور المنحرفين في مجتمع الحجاز الدكتور شوكي بيف في كتابه الذي سمى الشهر والغناء في المدينة ومكة لعصر دني امية كما ان كتاب فجر الاسلام يحوي هديونا على السنة النبوية والشريعة وقد تصدى له الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي بقوله وهذا ليلا من الوان الهدوم على السنة يقوم به فريق من المسلمين الذين كتل النبو على المستشرقين وهي هدوم لا يبدو سافرا واضحة كما بدت اعراء المستشرقين من قبل بل مقنعا بستار العين والبحث متجندا من المصارحة فضلا عن المخاتلة حتى لا يفير صاحبه عليه ثائرة الدنهور سنرى ان هذا اللون اخبث اثر واسوأ نتيجة واقوى سلاحة والله مستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل في الصفحة السادسة والثلاثين والمائتين وقد افرد احمد امين في كتابه فجر الاسلام حضن خاص بالحديث استغرق نحو من 20 صفحة حاول فيه ان يؤرخ للصنة وتدهينها الى ان ذكر ما يؤخذ على علماء الحديث من انهم يمعنى بالمتن مع عنو بمقن السند ثم تكلم عن اكثر الصحابة حديثة فذكر ابا هوير وقال عنه انه لم يكن يكتب بل كان يحدث من ذاكرته وانه كان يحدث بما لم يسمعه وهو مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وان بعض الصحابة شكوا في حديثه وبالغوا في نقبه الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائتين ويجعل صاحب فجر الاسلام في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين ان وضع الاحاديث بدأ في عهد رسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا سند له في التاريخ الثابت راجع السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائتين الى التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة كما فتأتهم فجر الاسلام عبدالله ابن المبارك انه كان يأخذ عن من اقبل وادبر وزعم الكاتب ان سبب واضع الاحاديث هي الخصوية السياسية بين علي وابي بكر وبين علي ومعاوية وزعم الكاتب ان المسلمين قد تغالوا في الاعتماد على السنة الصفحة الثالثة والستون بعد المائتين وفي الصفحة الخامسة والستين بعد المائتين يشكك الكاتب في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم في الصفحة السادسة والستين بعد المائتين ان العلماء المسلمين قد اختلفوا في الجرح والتعديل كما حاول الكاتب مقبأ حاديث واردة في صحيح البخاري الرقم اربعة قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس تأليف الدكتور السيد عبد العزيز السالم الديف الثاني بيروت سنة اثنتين وسبعين وتسنية مؤلف ميلادية يصور الكاتب الغزوة الصريبية الاندلس واخراجهم المسلمين منها على انها حركة استرداد يقوم بها الاسبان لبلادهم لا نقاسي تتبع نهاية حركة الاسترداد الاسبانية وسقوط دولة الاسلام بالاندلس الصفحة العشرون اشتراك الفرنجة في حروب الاسترداد مدى المسلمين في الاندلس الصفحة الثانية والثلاثون والكاتب يسمي في فتح المسلمين للاندلس احتلالها احتل جسم المجتمع المسيحي في اوروبا الغربية افع الكارثة السياسية الثقافية التي اثارها دمار الامبراطورية الرومانية وهكذا كان الاحتلال باعثا على انتشار نفوذ الفن الاسلامي حتى اذا ما تحللت الروح المستعرة وتلاشت بمدير الزمن الصفحة الثامنة والثلاثون والكاتب يتهم ابا بكر وعمر بالتشدد والتضييق على السيمين ويزعو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الغناء ولم ينهى عنه هنش انظر اغاثة اللهفان من مصائر الشيطان تأليف الامام الحافظ ابي عبدالله محمد ابن ابي بكر الشهير ابن قيم الجوزية مكتبة مصطفى الباب الحلبي القاهرة سنة احدى وثمانين وثلاثمائة مؤلف هجرية الديز الاول في الصفحة الثانية والاربعين بعد المائتين وكان بودنا يتحدث الكاتب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا يختي في دين الله قبل الردوع الى كتب الفقه الاسلامي ليعرف حكم الله في هذا الشأن انظر اغطاء يجب ان تصحح في التاريخ استخلاف ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانتهى الهنش ولما ظهر الاسلام اداح من الغناء والمسيقى ما يستخدمه للتعبير عن المشاعر البريئة وحضر الغناء الذي فيه تبذل وجاهلية وتخمس هذه كلمات مؤلف كتاب قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس الدكتور السيد عبد العزيز السالم ولكن ابا بكر وعمر رضي الله عنه تشدد مع الملهيين وقيام الحامد فاسهم بهذا التشدد فيما اشيع عن كراهية الاسلام بالغناء والموسيقى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه ولم ينهى عنه ولم وجد في سماع الغناء والموسيقى ما يتعرض مع الاسلام ثم ادت سياسة الدين والتساهل التي اتبعه الخليفة الراشد اثمان بعد تشدد الشيخين وتضيقهم على المسلمين وابرار منه في ادرار القطائع الى شواء ليل من الطرف والرقة يذكر بما كان شائعا في الحواضر التجارية في الجاهلية في الصفحتين الواحدة والثانية والسبعين من قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس الجزء الثالث تنهيد فحص وتقويم مواد الدراسات التاريخية المعاصرة وهي المعتمدة في دور العلم في بلاد المسلمين ومن قبل في دور العلم الغربية لكي يدرك القارئ الاثر الخطير الذي جرته الحركة الاستشراقية على الدراسات التاريخية المعاصرة ما نهد ما يسمى بالتاريخ القديم والتي منها واحد ما يسمى بتاريخ العرب قبل الاسلام وهو يعالج تاريخ الجزيرة العربية منذ اقدم الدهور اثنين ما يسمى بتاريخ الشرق الادم القديم وهو يعالج تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام بين قوسين سوريا وفلسطين وتركيا وايران منذ اقدم الدهور ثلاثة تاريخ اليمان والرغوم منذ بداية تاريخ البشرية وحتى القرن الخامس المينادي وان مجموعة هذه المناهج يعالج تاريخ تلك الالم على مدار فترة زمنية تمتد لالاف السنين ومناهج ما يسمى بالتاريخ القديم هي القاسم المشترك بين كل دور العلم في العالم الاسلامي وغير الاسلامي وكليات الالوم الشرعية وهذه المناهج بثقراتها العديدة ومراجئها ومصادرها لا تخدم فكرة اسلامية واحدة بل انها بوضعها الراهن تخرص على هدم التصور الديني يوميا والمعتقد الاسلامي على وجه الخصوص عن الحياة والكون والانسان وقبل كل ذلك الرب العالمي لذلك وهناك اسباب عديدة تدعي الامة المسلمة الى ضرورة وضع مناهج بديلة للمناهج سالفة الذكر تعتمد على مصادر موثقة ومراجئ قد خضعت في رواياتها للجرح والتعديل وتعالج تاريخ تلك الامة من وجهة النظر الاسلامي لتحقيق الاهداف التي شرعها الله عز وجل من مراء الدراسات التاريخية الاسباب التي تدعي الامة المسلمة الى ضرورة وضع مناهج بديلة تعتمد على مصادر ومراجئ الماثقة لتاريخ جزيرة العرب ومصر والعراق وبلاد الشام وتركيا وإيران وبلاد اليونان والرون منذ اقدم الدهور هي ما ولي اولا اسباب تاريخية ثانيا اسباب تتعلق بالتصمية التي سنت بها هذه المناهج ثالثا اسباب تتعلق بالذين كتب المراجع التي يعتمد عليها في تطبيق هذه المناهج هنش اما مجموعة الاسباب الثالثة والرابعة فقد تم نشرها في كتابنا اغطاء يجب ان تصحها في التاريخ الرسالة الاولى الاسلام دين الله في السماء والارض النقطة ثالثا هي اسباب تتعلق بالذين كتب المراجع التي يعتمد عليها في تطبيق هذه المناهج اما الرابعة فهي اسباب تتعلق بالمصادر والمراجع التي يعتمد عليها في دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك الامم انتهى الهنش رابعا اسباب تتعلق بالمصادر والمراجع التي يعتمد عليها في دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك الامم خامسا اسباب تتعلق بالمنطلقات الفكرية التي انطلق وينطلق منها من كتب ومن يكتبون في تاريخ تلك الامم سادسا اسباب تتعلق بالمنهج المستخدم في دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك الامم وهو منهج غير اسلامي سابعا أسباب تتعلق بالنتائج التي أسفرت عنه دراسة وكتابة ومعرفة تواريخ تلك الأمن من خلال المناهج والمراجع الحالية التي أعدت بمعرفة الكتاب المحدثين ثانيا أسباب تتعلق بمفهوم العين وضوابطه ومنهج تلقيه وسنقتصر هنا على الحديث عن مجموعة الأسباب الأولى والثانية والخامسة مع تأجيل الحديث عن مجموعة الأسباب السابسة والثابعة والثامنة إلى ما بعد تخص المناهج وتقويمها المبحث الأول الأسباب التاريخية التي تدعو الأمة المسلمة إلى ضرورة وضع مناهج بديلة تعتمد على مصادر ومراجع موثقة بدأ الاهتمام بدراسة ما يسمى التاريخ القديم مع حرص وتخطيط الاستعمار الغربي على تخطيط وحدة العالم الإسلامي وتقسيمه إلى عطار صغيرة تسيطر عليها النزعة الإقليمية الطائفية تحقيقا لأهدافه وقد تحقق للاستعمار هذا الهدف بعدما قضى على آخر مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وهي الخلافة العثمانية هامش هذا المبحث مأخوذ بتصرف من الاتجاهات الأدبية الجزء الثاني الصفحة التاسعة والتسعين الصفحة الثانية بعد المائة الصفحة السابسة والثلاثين بعد المائة إلى الثانية والاربعين بعد المائة مع إضافات في مصادر أخرى نذكرها في مواضعها انتهى الهامش ففي عام ثمانية وتسعينئة وألف أقصي السلطان عبد الحميد عن منصب الخلافة بأيدي عملاء للاستعمار الغربي الذي يقوم على أكتاف اليهودية والصليبية العالمية هؤلاء العملاء يتمثلون في حزب الاتحاد والترقي بزعامة أتاتورك الذي استخدم كمخلب قط لتمزيق الوطن الإسلامي من داخله وبأيدي أبنائه فأطلق شعار تركيا للأتراك وأنه على تركيا أن تهتم بنفسها وأن تبحث لها عن امتماء آخر غير امتمائها إلى العالم الإسلامي وأتى ترك هذا يهودي من يهود الدونما وهنا نشطة الأبحاث التركية وبدأ بعث تاريخ تركيا الجاهلي وخرج المهتمون بهذه الأبحاث الأثرية والتاريخية القديمة بنتيجة ملخصها أن شعب تركيا ينتمي إلى الجنس الآري بين قوسين الأوروبي همش بسقوط السلطان عبد الحميد انتهت السياسة الإسلامية في الدولة العثمانية وبرزت العصبية القومية التي حاربها عبد الحميد بكل جهده أيام حكمه واتجهت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية التورانية بإحياء تاريخ أجدادهم السابق على الإسلام وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثنيين بعد أن ظلت ترك العثمانيون حتى منتصف القرن التاسع عشر لا يكادون يعرفون شيئا عن ماضيهم وتاريخهم وأصلهم ونسبهم وبعد أن كانوا بمعزل عن تصفح تاريخ بلادهم وصحف أجدادهم إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة النبوية وتاريخ أبطال الإسلام تنذ لهم أكثر من تلاوة تاريخ أجدادهم الوثني وفتوحاتهم واندفع الاتحاديون في سياسة التتريك لا زلت ولي قراءة الهامش المطول واندفع الاتحاديون في سياسة التتريك التي تهدف إلى طبع الدولة كلها بطابع تركي وسلخ العربي من لغتهم ومن طبعهم الحضاري بين قوسين الاتجاهات الأدبية الجزء الثاني الصفحة الحادية بعد المئة والثانية بعد المئة فهيجت هذه السياسة الطائشة حمية العرب ولا سيما ما يتصل منها بلغتهم وهكذا ظهرت الروق القومية في العرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كأثر من آثار عن جهية الترك الحاكمين كان العرب والترك يلتقون عند الإسلام الذي يوحد بينهم ويسوي بين أفرادهم والذي يتلاشى عنده الأحساب والأنساب فلما صاخ قواد الترك من اليهود مفاخرين بطورانيتهم استيقظ العرب بفخرهم ومجدهم القديم فبدأوا وهم الأمة التي ظهرت فيها بسالة الإسلامية ونزل كتابها بلسانهم بدأوا يستنكفون من حكم الأتراك الذي بسط عليه النفوذة منذ القرن السادس عشر فظلوا ينتهزون كل فرصة للثورة يعلمون تمردهم في أعقاب كل حرب أوروبية يخرج منها الترك مهزومين وكان الشام هو أسرع أجزاء الوطن العربي تأثرا بالفكرة القومية الجديدة التي سادت التفكير الأوروبية وقت ذاك لأنها أشد أجزاء الدولة العثمانية تعارضا لتلقي الروح الغربية والمؤثرات الأوروبية وكان زعماء هذه الحركة القومية ينادون بتحطين ما أسموه النير التركي وإن شاء ملكة عربية تنتظم أقطارها المستقلة في اتحاد يرؤسه زعيم ديني كبير وكان شريف مكة وقت ذاك من أكثر زعماء العربي طموحا إلى هذه الزعامة الدينية وبقية المسلسل معروف عن علاقته بالإنجليزي وغيرهم بين قوسين حاضر العالم الإسلامي الجزء الثاني الصفحة الثامنة والثمانون إلى السادسة والتسعين السابعة والثلاثون والمئة إلى الثامنة والأربعين والمئة جزيرة العرب في القرن العشرين الصفحة التاسعة والستون والمئة إلى السادسة والسبعين والمئة الاتجاهات الأدبية الجزء الثاني الصفحة التاسعة والتسعون إلى الصفحة الثانية بعد المئة عازي المستمع أورد الوفد هنا الاتجاهات الأدبية وربما كان يقصد الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين رحمة الله عليه والله أعلم حيث أنه لم يرده في نهاية الكتاب من بين المراجع وانتهى الهنش من هذه الإجراءات نقول وأن تركيا لا صلة تربطها بالعرب أو بغيرهم وعلى هذا الأساس قررت ترك باتخاذ سلسلة من الإجراءات لقطع كل صلة تربط تركيا بإسلامها أو ببلاد العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي من هذه الإجراءات فصل الخلافة عن السلطة السياسية أي فصل الدين عن الدولة في عام 1922 وإلغاء منصب الخلافة في الرابع من مارس عام 24 ألف ميلادية إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إدخال تعديل على الدستور الدنهوري في إبريل سنة 28 ألف ميلادية في المادة الثانية تحذف العبارة التي تنص على أن دين الدولة التركية هو الإسلام في فبراير عام 37 ألف ميلادية أضيفت إلى المادة الثانية من الدستور إن الدولة التركية هي دولة دمهورية وطنية شعبية علمانية إلغاء نظام تعدد الزوجات كما أصبح من حق التركية أن تتزوج رجلاً مسيحياً أو يهودية وذلك محرماً في شريعة الإسلام تخويل كل شخص بالغ الحق في تغيير عقيدته الدينية حسب رغبته بين قوسين وهذه ردة في شريعة الإسلام فرض أجهزة مدنية كافية لمواجهة مهمة تسجيل الزواج بعد أن أصبح مدنية كيصبح زواجاً قانونياً لا تعترف الدولة بسواه وتعترف بنتائجه من ثبوت حقوق الإرث وما إلى ذلك شهروا حرباً على الحجاب بالنسبة للسيدات وعلى الأزياء القديمة بالنسبة للرجال الذين كان عليهم أن يرتدوا الملابس الأوروبية والقبعات تحول عدد كبير من المساجد الكبرى والصغرة عن أغراضها الدينية إلى أغراض مدنية ومن الأنثلة الصارخة التي تساق في هذا الصدد المسجد الجامع فحولوه إلى متحف وطني ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين جعلوا الإجازة الرسمية في وزارات الحكومة ومصالحها يوم الأحد يبطالوا كتابة اللغة التركية بالحروف العربية واتخذوا لها حروفا لاتينية ليسهل ضدقها باللغة التركية كما ألغى الكماليون منصب شيخ الإسلام ووزارة الأوقاف والمؤسسات الخيرية وأنشأوا إدارتين جديدتين إحداهما للشؤون الدينية وانحقت بمكتب رئيس الوزراء في أنقرة وأخرى للمؤسسات الخيرية وألغوا التعليم الديني في جميع مراحل التعليم وقد وصف الأستاذ غربال هذه الإجراءات بأنها عملية هدم عنيف كما عمل الكماليون على تتريك العبادة فأذان الصلاة يجب أن يكون باللغة التركية من مآذن المساجد وأن يتلى القرآن الكريم باللغة التركية وأمروا بترجمته إلى اللغة التركية ترجمة رسمية معتمدة من الحكومة وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة وأن تكون الصلاة باللغة التركية وأن يرتدي الأئمة في المساجد قبعة من نوع الطاقية كما منعوه من ارتداء العباءة خارج المسجد هامش الدولة العثمانية الصفحة العشرون بعد الألف إلى الثانية والعشرين بعد الألف انتهى ومع ظهور النعرة القومية التورانية وخاصة من البلد الذي كان في موقع القيادة والصدارة للعالم الإسلامي كان الاستعمار الغربي يغذي النعرة الإقليمية العربية ووجد الإنجليز بغيتهم في الشريف الحسين بن علي شريف الحجاز في ذلك الوقت فأوهموه بضرورة أن يعمل ويساعدوه على استقلام العرب عن ما أسموه بالاستعمار التركي وأن تكون الخلافة للعرب على أساس أنهم الأشرف وينتسبون إلى البيت النبوي الشريف فكانت مرسلات هامي مكمه والشريف الحسين لذلك الغرض وصدق الشريف الحسين هذه الأوهان وعطى أعداء الإسلام الإنجليز قيادة وصفقة يده للقضاء على ما تبقى من ملامح الخلافة الإسلامية وهنا ارتفعت الأصوات أصوات الفتنة تدعو إلى تمجيد القومية العربية العنصرية الإقليمية وتتحدث عن الوطن العربي الذي عانى مما أسموه بالاستعمار التركي ونجح أعداء الله وما كان لهم أن ينجحوا لو كان الإسلام حيا في قلوب أبنائه في إذكاء نار الفتنة فإذا بالمسلم العربي يقوده اليهودي والنصراني الإنجليزي والفرنسي أنثال لورنس وألمبي وجورو وثلبي يقاتل أخاه المسلم التركي وأريق الدماء المسلمين الأتراك بأيدي المسلمين العرب وما كان لذلك أن يحدث لو كان الإسلام حيا في قلوب أبنائه وانجلت المعارك عن خسارة فادحة اخترها تقطيع أواصل الأخوة بين أبناء الوطن الإسلامي والتي حل محلها قوميات يكن البعض لبعضها البغض والحقد المرير وانجلت المعارك على أرض المسلمين عن استعمار إنجليزي واستعمار فرنسي ووجود اليهوديين يسيطر على الأرض الإسلامية ويفتك بالشباب المسلم وينتهك الأربى الإسلامي ويستغل ثروات المسلمين ويحرص على أن يلتئم شم المسلمين مرة أخرى ووصل المستعمر مؤامرته لتفتيت وحدة العالم العربي عن طريق إذكاء النعرات الإقليمية والقبلية داخل هذا الوطن بعدما أذكوها داخل الوطن الإسلامي وجاء ذلك في أعقاب احتلال بلاد المسلمين بعد تقطيع أوصالها بمعرفة الإنجليز والفرنسيين وتحت وطأة الاحتلال الإنجليزي تنادى المسلمون إلى ضرورة التخلص من الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وتوحيد الأمة المسلمة وقد استطاع الاستعمار وأعوانه أن يحولوا مشاعر الأمة الإسلامية إلى مشاعر قومية تهدف فقط إلى الاستقلال وإجلاء المستعمر ورغم هذا القهر فقد تنادت الشعوب إلى إنشاء جامعة عربية ولم يكن طريق الدعوة إلى الجامعة العربية ميسرا ولا ممهدا عز المستمع يجدر رجوع إلى ضدور إنشاء هذه الجامعة أيضا ومن كان وراءها فقد كانت تعترضه عقبات كثيرة ولم يكن الاحتلال الأجنبي الذي قطع أوصال بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطرها ولكن الخطر الحقيقي على الجامعة العربية كان يأتي من اجتداد النزاعات الإقليمية للفرصالية في داخل بلاد العربية نفسها فبعد أن كانت ثورة الحجاز والشام والعراق يطلق عليها جميع نسم الثورة العربية قبل الحرب أصبحت كل واحدة من هذه البلاد تستقل بنفسها في جهادها وحل المحل الوطنية وطنيات جديدة تتلاءم مع ظروف السياسية الجديدة التي جزأت الوطن العربي والتي تماذت في التجزئة حتى جعلت الشام أربع دول وأخذت تنهد لإنشاء دولة خامسة جديدة من اليهود بل لقد جزأت سوريا وحدها وهي جزء من الشام في بدء الاحتلال الفرنسي إلى خمس دويلات تدير كل واحدة منها وزارة مستقلة بإقليمها وأصبح مطلبا من كل مواطن أن يمنح كل إخلاصه وجهده للقطعة الصغيرة التي حددها له الاحتلال الأوروبي وسماها دولة لم يكن الخطر الحقيقي الذي يهدد الجامعة العربية هو الاحتلال وما أقامه من خطوط وهمية اختلقها سايتس الإنجليزي وبيكو الفرنسي في المعاهدة السبية التي اتفق فيها على اقتسام الغنائي بين دولتيهما في أوائل الحرب والتي عرفت من بعد باسميهما لم تكن هذه الخطوط الوهمية هي مصدر الخطر الحقيقي فالشعوب تهزم وتنتصر والله سبحانه وتعالى يدول الأيان بين الناس والمحتل يعيش على أمل الحرية ثم لا يلبث المهزوم أن ينتصر ولا يلبث المحزوم أن يبتسم ولكن مصدر الخطر الحقيقي هو إيمان العربي أنفسهم بهذه الخطوط الوهمية وتقديسهم لها فلقد نشأ جيل من الناس لا يعرف إلا هذه الظروف الجديدة وكان الاحتلال الأجنبي المتحكم في التعليم يحول بينه وبين معرفة تاريخ كفاحه القريب في سبيل القضية الإسلامية المشتركة التي وريقت في سبيلها دماء أبنائه في الحرب أن الشوخ والكهول الذين شهدوا المأساة والذين يعرفون حقيقة القداسة المزعومة بهذه الأوطان الجديدة فقد أصبح كثير منهم من العقلاء الواقعين كما يحل لهم أن يسموا أنفسهم في كل مكان فجاروا الواقع الجديد بعد أن أصبح كثير من مكافح الأمس هم يد الأجنبي التي يبطش بها في مراكزهم الكبيرة التي يحتلونها ولم تق إلا قلة من المؤمنين تجاهد ولا تنمي الجهاد تنبه الغافلين وتعرفوا الذين لا يعرفون وتثور حمية الذين ركنوا إلى الأمن والدعى ممن يعرفون وأعانت الدول المحتلة كلا في منطقة نفوذه على تدعيم قداسة هذه الأوطان الجديدة في نفوس الناس بأسلوب ألمي منظم وذلك بمساعدتها على إحياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الأقطار ونشط الحفر للبحث عن آثار الحضارات القديمة السابقة على الإسلام في كل من الأراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ومصر لتوهين عرى الجامعة العربية ولتشتيت القلوب التي ألف بينها الإسلام وجمعها على لغة واحدة فاستيقظت العصبيات الجاهلية وراح كل بلد مفاخر البلاد الأخرى بمجده العريق وشغلت الصحف بالكلام عن الكشوف الأثرية الجديدة وما تدل عليه من حضارات البابليين والآشريين والكلدانيين والحيثيين والفينيقيين والفراعنة هنش رجع أمثلة الاشتغال الصحف بمثل هذه البحوث في المقططف والهلال ورجع على سبيل المثال المقططف في أعداد أغسطس سنة 2900 ميلادية في الصفحة الرابعة والعشرين والمئة إلى السابعة والعشرين والمئة ماضي سوريا ومستقبلها من الصفحة الثامنة والعشرين والمئة إلى الصفحة السادسة والثلاثين والمئة سكان سوريا السامنون سلسلة مقالات عن الحيثيين لجبرى بومت تبدأ من عدد يناير سنة 28 وتسعمائة والف ميلادية سلسلة عن الصناعات في سوريا ولبنان تبدأ من مارس سنة 22 وتسعمائة والف ميلادية من الصفحة الستين بعد المئتين إلى السابعة والستين بعد المئتين خرائب بنسان عدد إبريل سنة 22 وتسعمائة والف ميلادية عزيز المستمع ويجدر أيضا البحث في جذور منشئي هذه الصحف والمجلات في ذلك الوقت الذين أتى غالبيتهم العظمى من الشام وأكثرهم من النصارى ومن أكثر هذه البحوث استضاغا بالنعرة الفيديقية المعادية للعروبة والإسلام مقال لوليام كاتس فيلس وهو من أدباء المهجر عن روح الشرق في نهضة الغرب لا زلت وللقاء الهامش المطول أثر نصارى الشرق في التمدن الإسلامي عدد يونية في سنة 25 وتسعمائة والف من الصفحة السابعة والعشرين إلى الصفحة الثالثة والثلاثين وراجع كذلك من موذجا مما كان يقال في تدعيم الوطنية اللبنانية خطبة سعيد شقير بأشا في الاحتفال السنوي بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة 25 وتسعمائة والف ميلادية وهي منشورة في مجلة المقتطف في عدد يوليو وأغسطس سنة 25 وتسعمائة والف ميلادية بين قوسين منقولة نصا عن الاتجاهات الوطنية عزيز المستمع سبق أن أورد المؤلف هذا المرجع بعنوان الاتجاهات الأدبية مرتين وهنا ورد ذكره صحيحا الاتجاهات الوطنية وكما هو معروف هو كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدر المعاصر للدكتور محمد محمد حسين يرحمه الله انتهى الهمش وكانت أصابع الغربيين واضحة في هذه الجهود فقد عاش المسلمون دهورا وهم غافلون عن هذه الآثار القديمة لا يعيرونها التفاتة ولا يتحدثون عنها كما يتحدثون إلا كما يتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة أو العتاه لا يثير الحديث عنهم شيئا من الحماس أو الزهو في نفوسهم وظل المسلمون على هذه الحال حتى بدأ الغربيون بالكشف عن كنوزها ولفت أمضارهم إليها منذ اتجهت مطامعهم إلى بلادهم وللاوروبيين في ذلك أسلوب خبيث ماكر فهم يبدأون التنقيبة ببعوث من علماء الآثار الغربيين حتى إذا ما حققوا ما يهدفون إليه من اهتمام كل بلد من هذه البلاد بتراثه القديم وتحمسه له وغيرته عليه ورأوا أن هذه الغيرة تدفعه إلى منافسة الأجانب في هذا الميدان الذي يعتبر نفسه أولى به وأحق بوصفه وارث هذه الحضارة عند ذلك يتخلون عن مهمتهم ويتركونها في رعايتهم مطمئنين إلى أنه سيواري السير في الخطوط التي رسموها له والأدلة على هذا الأسلوب الخبيث كثيرة لا تعوذ الباحث فقد دلغ من اهتمام الأوروبيين بنفس هذا التاريخ القديم واتخاذه أساسا لتدعيم التجزئة الجديدة للوطن العربي أن عصبة الأمم قد نصت في سك انتداب بريطانيا إلى فلسطين على الاهتمام بالحفريات وذلك في المادة الواحدة والعشرين التي تنص على أن تضع الدولة المنتجبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانونا خاصا بالآثار والعاديات ينطوي على الأحكام التالية إلى آخر كلامهم هنش الثورة العربية الكبرى الجزء الثالث الصفحة الثانية والسبعون انتهى وكذلك كان شأن الفرنسيين في سوريا ولبنان فقد كان أول ما اهتم به الفرنسيون أن ألفوا في خلال الحرب العالمية الأولى لجاما في دمشق وبيروت ولبنان لكتابة تاريخ الشام فكتبوا منه بعض تاريخ لبنان وأهملوا تاريخ سوريا ثم لم يربث الآباء اليسوعيون في بيروت أن كلفوا ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة 2900 وآث بكتابة هذا التاريخ بعد أن قسموهم إلى ثلاثة عصور العصر الآراني والفينيقي والعصر اليوناني والروماني والعصر العربي هنش رجع مقالة عيسى اسكندر المعلوف عن أحسن تاريخ لسوريا في المقتطف عدد يونيو سنة 25 وتسعمائة وألف ميلادية من الصفحة الثمانين إلى الرابعة والثمانين انتهاء ومما لا تخفى دلالته في هذا الصدد أن الثرية الأمريكية اليهودية الأصل روكفلر ابن روكفلر الكبير صاحب الملايين قد أعلن سنة 26 وتسعمائة وألف ميلادية عن تبرعه بعشرة ملايين ريال أمريكي وهو ما يعادل مليونين من الجنوهات المصرية وقت ذاك لإنشاء نتحف للآثار الفرعونية في مصر يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن واشترط لمنح هذه الهدى أن يوضع المعهد والمتحف تحت إشراف لجنة مكونة من ثمانية أعضاء ليس فيها إلا عضوان مصريان فقط على أن تظل هذه اللجنة هي المسؤولة عن إدارة المتحف والمعهد لمدة 33 سنة وقد استرد الثرير الصهيوني الأمريكي وهبته وقت ذاك بعد أن أرسل مندوبا يمثله من علماء الآثار الأمريكيين المعروفين وهو الأستاذ بريستيد ومعه أحد محامي وذلك لرفض الحكومة شرط إشراف الأجانب الفني على المعهد وقد كان واضحا من تحديد صاحب الملايين مدة الإشراف ب33 سنة أنه يهدف إلى خلق جيل من المتعصبين الفرعونية ثقافيا وسياسيا ومصلحة الصهيونية في ذلك ظاهرة لأنها إذا نجحت في سلخ الدول العربية من عروبتها ومن إسلامها أمن اليهود كل معارضة لاستقرارهم في فلسطين وعاشوا مع جيرانهم في هدوء يمكن لهم من الإعداد لوثبة جديدة يأكلون فيها جيرانهم النائمين لأن معارضة الدول العربية لمطانع اليهود في فلسطين إنما تستند إلى الإسلام والعروبة فإذا انسلخ المصريون في مصر عن الإسلام والعروبة ولبسوا ثوب الفرعونية مات الحافظ الذي يدفعهم إلى مجاهدة اليهود ومعارضة دولتهم في فلسطين إذ يصبح اليهود والعرب لديهم عند ذلك سواء ولواقع أن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهرا لا يخفى ولم يجمع خبراء الغربيين في الشؤون الإسلامية والعربية على شيء مثل إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية التي يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها يجد القارئ هذا الإحساس واضحا في كتاب حاضر العالم الإسلامي الذي أنفه لوفروب ستودارد العالم الأمريكي كما يجده في مقار الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي أجابه محمد عبدو في مطلع القرن العشرين ولكنه يجده أصرح ما يكون في كتاب إلى أين يتجه الإسلام ويذر إسلام همش رجع الجزء الأول من كتاب الاتجاهات الوطنية الصفحة السابعة والأربعون والثلاثمائة وما بعدها انتهى الهامش هذا الكتاب وذر إسلام أشرف على نشره وجمع مواد المستشرق الإنجليزي H.A. جيب سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة وألف ميلادية والذي اشترك في تحرير لأساتذة متخصصون في الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألمانيا وهولندا وانجلترا إذ يصرح جيب في تقديمه لهذه البحوث بأن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشئ عن ما يعرفونه من سيطرة تعاليمه على المسلمين مما يجعل له مكانا بارزا في أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي الصفحة الثانية عشرة من كتاب جيب وينفت النظر إلى أن هذا العالم الإسلامي المترم الأطراف يحيط بأوروبا إحاطة المحكمة تعزلها عن العالم الصفحة الخامسة عشرة ملاحظا أن وحدة الحضارة الإسلامية تمحون من الأذهان حلف ما حلت كل ما يتصل بالتاريخ القومي لتحل محله الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية الصفحة الثانية عشرة والصفحة الواحدة والعشرون وهو لا ينسى حين يتكلم عن الحركات القومية التي دعمتها دعايات الخلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى أن ينبه إلى أن هذا النصر الذي حققته الاتجاهات القومية لا ينبه أن يصرف الغرب عن الانتباه إلى تيار المعرضة الإسلامية الخفي الذي يعرض في تفتيت الوحدة الإسلامية إلى قوميات لا دينية مبينا أن هذه المعرضة الإسلامية هي أشد قوة في البلاد العربية وذلك في الصفحة الثانية والسبين إلى الرابعة والثمانين ويبرز الأستاذ الألماني كان فمايل في بحثه عن مصر وغرب آسيا في الفصل الثالث أربع حقائق لا يمكن إنكارها أو تجاهلها ويسجل في إحداها أن في الشرق العربي حركة بعث إسلامي قوية في النواحي الدينية والخلقية والاجتماعي ويقرر أن العرب يتخذون هذا البعث الإسلامي أساسا لنهضتهم الوطنية الجديدة وذلك في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة هانج زار هذا الأستاذ مصر سنة ثمانين وعشرين وتسعمائة وألف ميلادية وكان يتردد على دار جمعية الشبان المسلمين كما يقول يوميا خلال مدة إقامته في شهر مارس وإبريل وتتبع كل ما تكتبه الصخف عنها كما راجع كل مطبوعاتها وأعداد مجلتها وخصها بحيز كبير من بخثه في هذا الفصل وراجع كذلك برامج التعليم في مصر ليتلين مدى اتصالها بالشرع الإسلامي ومبلغ اهتمامها به راجع الصفحة العشرة بعد المئة من الكتاب المذكور انتهى الهانج ثم إن جيب يقول في الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب في صراحة كاملة وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تامية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمين الآن بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المات منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ نتابع القراءة في الأسباب التي تدعو الأمة المسلمة إلى ضرورة وضع مناهج بديلة تعتمد على مصادر موثقة لتاريخ العرب ونصل القراءة في النبحث الأول الأسباب التاريخية الواقع إن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهرا لا يخفى ولم يجمع خبراء الغربيين في الشؤون الإسلامية والعربية على شيء مثل إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية التي يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها يجد القارئ هذا الإحساس واضحا في كتاب حاضر العالم الإسلامي الذي أنفه لوفرب ستودارد العالم الأمريكي كما يجده في مقال الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي رد عليه محمد عبدو في مطلع القرن العشرين هانش راجع الجزء الأول من كتاب الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد محمد حسين يرحمه الله في الصفحة السابعة والاربعين والثلاثمائة وما بعدها انتهى الهانش ولكنه يجده أفرح ما يكون في كتاب إلى أين يتجه الإسلام وذر إسلام الذي أشرف على نشره وجمع مواده المستشرق الإنجليزي سنة 223 وتسعمائة وألف ميلادية والذي اشترك في تحريره الساتذة المتخصصون في الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألمانيا وهولندا وانجلترا إذ يصر حجب في تقديمه لهذه البحوث بأن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشئ عن ما يعرفونه من سيطرة تعاليمه على المسلمين مما يجعل له مكان بارز في أي تخطيط الاتجاهات العالم الإسلامي في الصفحة الثانية عشرة من الكتاب ويلفت النظر إلى أن هذا العالم الإسلامي المترم الأطرف يحيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزلها عن العالم الصفحة الخامسة عشرة ملاحظ أن وحدة الحضارة الإسلامية تمحو من الأذهان حيث ما حلت كلما يتصل بالتاريخ القومي لتحل ما حل الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية في الصفحة الثانية عشرة والواحدة والعشرين وهو لا ينسى حين يتكلم عن الحركات القومية التي دعمتها دعايات الحلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى أن يمدها إلى أن هذا النصر الذي حققته الاتجاهات القومية لا ينبغي أن يصرف الغرب عن الامتباه إلى طيار المعارضة الإسلامية الخفي الذي يعارض في تفتيت الوحدة الإسلامية إلى قوميات لا دينية مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هي أشد قوة في البلاد العربية من الصفحة الثانية والسبعين إلى الرابعة والثمانين ويبرز الاستاذ الألماني كامفانفاير أو كامفانماير في بحثه عن مصر وغرب آسيا في الفصل الثالث أربع حقائق لا يمكن إنكارها أو تجاهلها ويسجل في إحدانه أن في الشرق العربي حركة بعثي الإسلامي قوية في النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية ويقرر أن العرب يتخذون هذا البعث الإسلامي أساسا لنهضتهم الوطنية الجديدة في الصفحة الرابعة والستين والمئة من هذا الكتاب هنش زار هذا الأستاذ الألماني أي كامفاير مصر سنة 28 و 200 ألف ميلادية وكان يتردد على دار جمعية شبان المسلمين كما يقول يوميا خلال مدة إقامته في شهر مارس وإبريل وتتبع كل ما تكتبه الصحف عنها كما راجع كل مطبوعاتها وأعداد مجلتها وخصف بحيز كبير من بحفه في هذا الفصل وراجع كذلك برامج التعليم في مصر ليتبين مدى اتصالها بالشر الإسلامي ومبلغ اهتمامها به راجع الصفحة العاشرة بعد المئة من الكتاب المذكور امتهى الهنش ثم إن جيب يقول في الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب أي وذر إسلام في صلاحة كاملة وأقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي هنش الفرنجة ترجمة لما يسميه المؤلف وترجمته الحرفية التغريب انتهى الهنش وأقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغالها المسلمون الآن فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي اندونيسيا وفي العراق وفي فارس وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا مهمة في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها في الصفحة الثانية والاربعين بعد الثلاثمائة ونذر التصريح الأخير يعالل لما عطف حكومات الاحتلال الغربية على كل مشاريع الحكومات الوطنية في الشرق الإسلامي والعربي منه الخاصة التي من شأنها تقوية الشعوبية فيها وتعميق الخطوط التي تفرق بين هذه الأوطان الجديدة مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القديم لتلاميذ المدارس وأصلهم بتقديسه والاستعامة على ذلك بالأناشيد هنش رجع محاضرة لمرقص ساميكة سنة 26.900 ميلادية يشكر فيها وزارة المعارف لعنايتها بتدريس تاريخ الفراعين لتلاميذ المدارس بعد أن كان مهملة المقتطف في عدد مارس سنة 26.900 ميلادية انتهى والاستعامة على ذلك بالأناشيد ومثل خلق أعياد محلية غير الأعياد الدينية التي تلتقي قلوب المسلمين ومشاعرهم على الاحتفال بها ومثل لعنايه بتمييز كل من هذه البلاد بزي خاص لا سياما رطاء الرأس ومما يترتب عليه تمييز كل منها بطابع خاص بعد أن كانت تشترك في كثير من مظاهره وتحقق الهدف الذي كان يسعى إليه أعداء الإسلام وجاء الوقت الذي أصبحت دراسة التاريخ القديم وآثار العصول الوثنية من بين مناهج التعليم في غالب دور العلم في بلاد المسلمين بدلا من دراسة بضعة آلاف عام من تاريخ الأمة المسلمة المبحث الثاني الأسباب التي تتعلق بتسمية المواد واحد مادة عرب ما قبل الإسلام تعالج مفردات هذه المادة تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت جزيرة العرب منذ أقدم المصور وحتى قبيل بافة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تعالج تاريخ الجزيرة العربية على مدار بضعة آلاف عام وقد اعتاد الذين يعالجون تاريخ هذه الفترة على تسميته بتاريخ العرب قبل الإسلام أو تاريخ الجاهلية وتلك التسمية مجافية للصعب لأن تلك الحقبة التاريخية بعث فيها رسل دعوا إلى دين الإسلام ومنها أولئ الرسل كان هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وانقسمت الشعوب والأمم التي سكنت جزيرة العرب قسمين إذاء دعوة كل رسول قسم أسلم لله رب العالمين وقسم رفض دعوة الرسول فإذا أطلقت تسمية عرب قبل الإسلام أو تاريخ عرب قبل الإسلام على تاريخ الأمم والشعوب التي كان فيها المسلم والكافر فذلك يعني إسقاطا لكل الرسالات السماوية التي وقعت في جزيرة العرب ودعت كلها إلى الإسلام وبالتالي إلى إسقاط بضعة آلاف عام من تاريخ الأمة المسلمة التي سكنت جزيرة العرب إن المراجع التي عرضت لتاريخ الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أنه تاريخ عربي ما قبل الإسلام قد وقعت في أخطاء فادحة منها ألف تجاهل بضعة آلاف عام من عمر تاريخ الإسلام با تجاهل البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامي وتاريخ الأمة المسلمة الواقع التطبيقي لهذا الدين همش انظر التصحيح في أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جزيرة العرب الجزء الأول جزيرة العرب الجزء الثاني سيرة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دار الوفاء انتهى الهمش جيد ان التاريخ الإسلامي يبدأ فقط برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا وجود للإسلام في حياة جزيرة العرب قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دال تصوير تاريخ الأمم التي سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور على أنه تاريخ وثني جاهلي محط لا أثر فيه لدعوة الرسل عليهم السلام هاء تصوير تاريخ هود وصالح عليهم السلام على أساس أنه تاريخ أسطوري يسبق التاريخ الحقيقي للجزيرة العربية ومن هنا تأتي ضرورة وضع منهج بديل عن هذا المنهج مع وضع مفردات مادة تعالج تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت الجزيرة العربية قبل باست محمد صلى الله عليه وسلم على أنه جزء من تاريخ الأمة المسلمة مع تغيير مسمى المادة إلى الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور مثلا لكي تنطبق انطباقا حقيقية على فحو المادة الجديدة 2- مادة مصر والشرق الأدنى القديم وهي تعالج تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وإيران منذ أقدم الدهور وتسمية الشرق الأدنى تسمية أطلقها المستشرقون على البلاد التي تقع إلى الشرق من أوروبا على اعتبار أن أوروبا هي المحور الذي يجب أن يتحرك من حوله العالم فما يقع شرق أوروبا فهو شرق وما يقع غربها فهو غرب وترك التسمية هكذا يشار المسلم بتبعياته للفكر الغربي غير الإسلامي يؤكد ذلك أن مفردات المادة وتسميتها ليست من وضع المسلمين وإنما هي من وضع المستشرقين اليهود والنصارى وعنهم ترجم أبناء العربي والمسلمين وبالإضافة إلى ما سبق فإن مفردات هذه المادة قد أعدت بصورة لا تخدم فكرة إسلامية واحدة وأن هنا تأتي ضرورة وضع منهج بديل عن هذا المنهج مع وضع مفردات بديلة تعالج تاريخ مصر والشرق الأدنى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أساس أنه رزء من تاريخ الأمة المسلمة مع تغيير مسمى المادة إلى تاريخ مصر وبلاد الرافدين وتاريخ بلاد الشن وإيران وتركيا منذ أقدم الدهور وذلك يعني أنه لابد من التعرف على تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت تاريخ مصر وأرض الرافدين وبلاد الشن وإيران وتركيا من وجهة المظر الإسلامية وبالمنهج الإسلامي وذلك يستلزم أيضا التعرف على الدراسات الاستشراقية التي تمت عن تاريخ تلك البلاد مع بيان الأسباب التي تجعل هذه الدراسات التي يقوم عليها المنهج الحالي تعاد التصور الإسلامي بل وتصعى إلى تقويضه من الأساس وذلك حتى يكون لدى الدارس نوعا من الحصانة الفكرية ضد الإمتاج الاستشراقي في هذا المجل همش انظر فحص المراجع في كتابنا هذا انتهى وخاصة أنه يشكل الأساس الذي تقوم عليه المناهج في جميع جامعات العالم ضمن ما يسمى بالتاريخ القديم المبحث الثالث الأسباب التي تتعلق بالمنطلقات الفكرية أسباب تتعلق بالمنطلقات الفكرية التي ينطلق وانطلق منها من كتبوا ويكتبون في تاريخ تلك الأمم إن غالب الدين بل غالب الذين كتبوا ويكتبون في تاريخ تلك الأمم ينطلقون من منطلقات فكرية معينة معادية الالتجاه الديني عمونا والالتجاه الإسلامي على وجه خصوص المنطلق الأول هدم التصور الديني عمونا والتصور الإسلامي على وجه الخصوص ولتحقيق الهدف نره يتبنيون عدة منطلقات فرعية هي حيوانية الإنسان فمعظم الذين كتبوا ويكتبون تاريخ البشرية ينظرون إلى البشر الذين يؤدون دورا على وجه الأرض وسطحها على أنهم من نسل قردة مذنبين فبداية الخلق الإنساني عند هؤلاء هي الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعة والتي تطورت عبر ملايين سنين مرورا بجد المشترك للقردة والإنسان ونهاية بالإنسان الحالي وبمعنى الأخر إن تاريخ البشرية عند غير المسلمين لا يبدأ بآدم لأن آدم أسطورة وخرافة ورب آدم رب العالمين لا وجود له أي إن الحكمة من خلق آدم وبنيه قد انتفت وأن التكليف الربانية لآدم وزوجه وذليته قد انتفى أي أنه لا رادع لحركة الإنسان في التاريخ من دين أو خلق أو حلال أو حرام هامش انظر الصفحة السادسة والعشرين وما بعدها من بحث ما هذا امتهى لفعل ذلك ما أورده رالف لانتون في كتابه شجرة الحضارة هامش عزيز المستمع هذا الهامش مطول كثيرا هامش في الصفحة السادسة والثلاثين إلى ثامية والثلاثين من كتاب رالف لانتون شجرة الحضارة الذي ترجمه لأستاذ الدكتور رحمد فخري ونشرته مكتبة الأنبيل المصرية عام خمسة وخمسين وتسعمائة مؤلف تحت عنوان نحو الإنسان العاقل في الصفحة السابعة والعشرين يقول ولكن يحفن بنا أن نقول شيئا قليلا عن أسولي وصفات الحيوان المسؤول عن ذلك السلوك الغريب لقد انتهت المعركة التي كانت بين الأنثروبولوجي وبين غير المؤمنين بنظرية التطور لقد انتهت المعركة بفوز الأنثروبولوجي منذ وقت طويل وعلى أي حال لم يكن خصمه يقاتل إلا مقاتلة مورية أو بعبارة أخرى كانت أشبه لمعركة ملاكم مع ظله فليس هناك من يشك في أننا من نسل نوع من أنواع الحيوان والمسكلتان الكبيرتان هم تحديد نوع الحيوان فمن المؤكد أن الإنسان لم يتناسل من أي نوع من أنواع القرادة العلية التي نزلت باقية حتى الآن فهذه القرادة ليست أجدادنا ولكنها أبناء عمامتنا ويستمر المؤلف رالف لانتون في افتراءاته في الصفحة التاسعة والعشرين والثلاثين فيقول وأتضح من جميع ما وقفنا عليه من معلومات حتى الآن أن أجدادنا البعيدين كانوا قرادة صورية ويستطيع من يغضبهم هذا القول أن يجدوا بعض العزاء إذا أكدنا لهم بأن المؤسس فروع عائلتنا البشرية قد تلقوا تعليمهم أعلى فوع الأشجار وكانوا في الغالب حيوانات صغيرة الحجم تتراقض فوق فروع الأشجار على قوائمها الأربع كما تفعل القرادة الحديثة وبالرغم من أنه يرجح أنها كانت ذات ذنب فإنها لم تستخدمه في أرجحة نفسها والعجيب أن الدكتور محمد السيد غلاب والدكتور يسري الجوهري في كتابهما الجغرافية التاريخية عصر ما قبل التاريخ وفجله والذي يصدرانه بآية من سورة العنكبوت ألم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم ما يعيده إن ذلك على الله يسير يتبنون النظرية التي تقول بأن الإنسان أصله حيوان في الصفحة السابعة والتسعين عن مئة تحت عنوان الإنسان القرد وهما يدعوان بذلك لنظرية دارون التي ظهرت في كتابه عن أصل الأنواع سنة تسعين وخمسين وثمانمائة وألف تحت عنوان تطور الإنسان ولقراءة الهامش المطول في التعليق على كتاب رالف لانتن شجرة الحضارة الذي ترجمه لأستاذ الدكتور أحمد فخري ونشرته الأنجل المصرية بل وذهب بعض هؤلاء المؤرخين إلى أبعد من هذا فجعل سلوك الحيوان هو المموذج الذي احتزان الإنسان وأدى به في النهاية إلى اختراع الدين ونرى مموذجاً واضحاً لذلك فيما كتبه أدولف أرمن وعرضه الدكتور عبد الملعن أبو بكر والدكتور محمد أنور شكري تحت عنوان ديانة مصر القديمة لقد استطاع الإنسان أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدة استمدها في أول الأمر مما يحيط بالحيوان من انفعالات فصراخ الحيوان ومنادات الذكر للأنثى تطورت عند الإنسان وجعل منها لغة التخاطب كما أن غريزة التجمع عند الحيوان في قطيع هي التي دفعت الإنسان إلى إنشاء الأسرة ومنها تكونات الدولة أما ذلك الدافع المبهم عند الحيوان للإبقاء على النسل فهو الذي أن العاطفة متفع الإنسان إلى الزواج وكذلك إن الشعور الغريزية بالخوف والفزع عند الحيوان في كل ما أعرف سبباً لدفع الإنسان للاحترام كل القوى التي تؤثر في حياته دون أن يتعرف كلها ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التي لم تكن إلا لاعتقاداً مسيطرة على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وتؤثر فيه الصفحة الرابعة من هذا الكتاب وانتهى الهامش المطول باء التجهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للتاريخ الإسلامي فهم يسقطون في كتاباتهم ومن اعتبارهم بضعة آلاف عام من التاريخ الإسلامي جين تبني ما يسمى بمنهج علم مقارمة الأديان وجعلوه علماً وهذا المنهج يجعم أصحابه أن الدين من اختراع العقل البشري وأنه تطور من الوثمية والتعدد إلى التثمية ثم التوحيد والتوحيد في تصورهم عبارة عن جعل الأوثام وثماً واحداً وذلك لكي يضلل البشرية ويهنوها بأنه لا إله ولا دين ولا نبوة ولا وحي ولا رسالات سماوية وإنما الأنبياء رجال إصلاح اخترعوا ما جاءوا به من الأديان وأن اللاحق كان يستعين بالسابق ويأخذ عنه وأصحاب هذا المنهج يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم مؤسس دين وأنه قد أنفه من اليهودية والنصرانية والعقائد الجاهلية ذال إنكار أي رواية تاريخية تعتمد على مصدر القرآن الكريم والسنة المطهرة فمثلاً الخبر التاريخي الذي يتعلق بوصول إبراهيم عليه السلام إلى جوار بيت الله الحرام وتركه لزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام جوار بيت الله الحرام حيث لا زرع ولا ماء والذي أورده القرآن وكتب التفسير وكتب الحديث خبر غير معقول وبعضهم قال أسطورة ها الحرص على التجاهل والتجهيل بتاريخ الأنبياء والرسل صلى الله وسلم عليهم أجمعين بل وذهب الأمر إلى حد اعتبار وجودهم أسطورة وخرافة واو تقويم أحداث التاريخ من وجهة النظر القومية التي تحرص على إحياء النعرة العصبية بهدف ضرب وحدة المسلمين وتفكيك آصرة العقيدة التي تجمعهم زي الحرص على طنص خط توحيد الله عز وجل في حياة البشرية فكلما أسرت الأبحاث الأثرية والتاريخية عن قرائن جديدة تؤكد أن البشرية مذ أقدم عصورها والله يهديها بالرسل يعرفونها بربها الحق ودينها الحق كان هناك حرص من قبل الذين يدعون البحث العلمي على طنص هذه القرائن وذلك حتى لا تفئ البشرية إلى خالقها وربها هامش انظر الصفحة الثامنة والثلاثين من بحثنا الذي بين يديك انتهي الهامش الجزء الرابع تمهيد الفحص والتقويم إذا القينا نظرة فحصة متأمية على المناهج التاريخية وخاصة منهج التاريخ القديم التي تدرس بالمدارس والجامعات في بلاد العالم الإسلامي فإنه ممكن القول بيقين إن هذه المناهج تعاون معاونة فعالة في تقويض أركان العقيدة الإسلامية في نفوس الدارسين هذا القول يتأكد بأضوح إذا سألنا وعطيعي هذه المناهج عن ألف السبب الذي من أجله اختاروها به المناهج وجعلوها من ضمن برامج الدراسات التاريخية هل لأنها تخدم الفكرة الإسلامية أم أنهم أخذوها تقليدا عن دور العلم الأخرى غير الإسلامية باء الفكرة الإسلامية التي تخدمها مفردات المناهج وما هي الضرورة الإيمانية التي تستلزم حشد هذه المفردات جين من هي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها كتاب هذه المناهج والتي يعتمد عليها الدارس في كتابة ودراسة تاريخ الأمم هل يموثقت أم لا وهل خضعت لقواعد الجرح والتعديل أم لا وخاصة أن الكثير من المصادر والمراجع قد أعده اليهود والنصارى يعاونهم عدد غير قليل من أبناء العرب والمسلمين وتحمل كفرا صراحا دال ما هو المعيار المفروض أن يلتزم به الأستاذ في تقويم تاريخ الأمم وحضارتها هل هو المعيار الإسلامي أم كل يخضع للمدرسة الفكرية التي درس فيها ها ما هي الموضوعات التي يجب أن يعالجها الدارس والأستاذ في تاريخ الأمم والأسلوب الذي يجد اتباعه بما في ذلك تحليل الأحداث واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم الذي حدده الإسلام وسنحاول بإذن الله أن نقوم هذه المناهج لنرى موقعها من خدمة الفكرة الإسلامية مع محاولة اقتراح مناهج بديلة لخدمة الفكرة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي وما توفيقنا إلا بالله على أن نضع في اعتبارنا أن المادة العلمية وحدها لا تكفي لتحقيق الفكرة الإسلامية وتربية الأجيال عليها وإننا لابد أيضا من المدرس المسلم الذي يبتغي بعلمه وجه الله ولابد أيضا من الطالب المسلم الذي يدرك أن العلم الصحيح وتحصيله فريضة على كل مسلم ومسلمة عبادة لربه سبحانه وتعالى ثم هو خدمة لدينه وأمته المبحث الأول مادة العرب قبل الإسلام تعالج المادة تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت الجزيرة العربية منذ آلاف سنين حتى قبيل عصر البعثة المحمدية وتعتمد على المراجع الآتية تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف الدكتور صالح العلي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف الدكتور جواد علي حامش تمتلئ المكتبات بمراجع كثيرة عن تاريخ العرب قبل الإسلام وقد أخذنا هذه المراجع على سبيل المثال للحصر انتهى الهج ومفردات المادة بمراجعها لا تخدم الفكرة الإسلامية مطلقة ولا عدب في ذلك لأنها بصورتها الحالية هي صورة من طبق الأصل من المفردات التي تدرس في دور العلم غير الإسلامية أي أنها مأخوذة تقليدا دون نظر إلى المخاطر الكاملة فيها على فكر الأمة الإسلامية وأبنائها هذه المادة تعالج تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور حتى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الزمنية التي امتدت لبضعة آلاف من السنين أو يزيد بعث في الجزيرة العربية وغيرها من بقاع الأرض بعث لرسل كرام دعوا إلى دين واحد هو الإسلام وإن كان لكل أمة شريعة ومنهاج وإن هؤلاء الرسل هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل فإذا أولج تاريخ الجزيرة العربية على أنه عرب قبل الإسلام فذلك يعني إسقاط كل الرسالات السماوية التي وقعت في جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والتي دعت إلى الإسلام كما يعني تجهل البداية الحقيقية للتاريخ الإسلامي والزعب بأنه يبدأ فقط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشتان ما بين كاتب يعالج تاريخ أمة على أنه تاريخ وثني جاهلي لا أثر فيه للإسلام ولا لرسالات سماوية حملها رسل الله الكرام وبين كاتب يعالج تاريخ الأمة على أنه كان معزعا بين الإسلام والجاهلية فالنظرة تختلف والنتائج من المؤكد تكون مختلفة إذن فإن يطلق المسمى عرب قبل الإسلام على هذه الفترة من تاريخ الجزيرة العربية كما فعل المنهج وكما فعلت وتفعل المعاجع التي كتبها الكتاب المحدثون يترتب عليه أخطاء فادحة منها هنش انظر الصفحة الثامنة والثلاثين عاما بعدها من بحثنا الذي بين أديك انتهى الأخطاء هي ألف إنكار الرسل والرسالات التي وقعت في جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهود وصالح عليهم السلام من التاريخ الأسطوري الذي يسبق التاريخ الحقيقي للجزيرة العربية وتاريخ إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وتاريخ مكة المكرمة والبيت العتيق خرافة ب تجمل البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامي وتاريخ الأمة المسلمة الواقع التطبيقي لهذا الدين جين تجمل بضعة آلاف من السنين من تاريخ أمة الإسلام د إن التاريخ الإسلامي يبدأ فقط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا وجود للإسلام أو المسلمين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهوض وأتباعه من المسلمين لا وجود لهم وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لا حقيقة تدل على ودودهما ها معالجة تاريخ مكة على أنه تاريخ خرافي وتاريخ الحج على أنه عادة عربية وثمية قديمة وأن الحرم الآمن والأشور الحرم من اختراع العقل العربي واو معالجة تاريخ أهل سبأ بإماظ عن دعوة الإسلام التي وجهها سليمان عليه السلام إلى ملكتهم بل تصويرها على أنها علاقة غرامية بين ملكة سبأ وسليمان زاري تفسير أحداث التاريخ التي وقعت في حياة أهل سبأ وأهل مكة كنهيار سد مأرب وغزوة أبرها بالمنهج المادي الشوعي فسد مأرب قد تخطم لأسباب اقتصادية وسياسية وأبرهة الحمشي قد هزم بسبب تكاتف أهل مكة ودفاعهم عنها جين معالجة تاريخ إبراهيم على أساس أنه كان يهوديا أو نصرانيا ولم يكن حنيفا مسلما قد انتدبه الله عز وجل لأداء مهمة جليلة في القدر بجوار بيت الله الحرام طراء تجاهل البيان الشامي الذي أداه الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ويده فيما يتصل بإمامة البيت وعجبات الإمام حيال الطائعين والعاكفين مع الركع السجود ومعنى أن يكون الحرم آمنا لا يعضض شوقه ولا يختلى خناه إلى غير ذلك والهدف والغاية من وراء القيام بالأعمال المشروعة في الحرم وحقيقة الدين الذي لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره وهو الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين وحقيقة الفداء وحقيقة الحج ومناسكه وأثره الحقيقي في حياة الأمة المسلمة إلى غير ذلك من الحقائق التي لاغنى للأمة المسلمة عن معرفة تاريخها هي معالجة تاريخ أصحاب الأخدود المسلمين الموحدين على أنهم مسيحيون أو يهود هذه الأخطاء وقعت فيها كل مناهج ما تسمى عرب قبل الإسلام في جامعات العالم إلا ما رحم ربي بل وقعت فيها غنب المراجع التي عالجت تاريخ هذه المادة كما بينا وذلك يعني أنه لابد من تغيير مسمى المادة إلى جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا وتغيير مفرداتها لتعبر عن حقيقة هذا التاريخ نصل الكراءة في الجزء الرابع الفخص والتقويم ونتابع في المبحث الأول مراجع المادة هنش على سبيل المثال للحصر واحد محاضرات في تاريخ العرب للدكتور صالح أحمد العلي الجزء الأول برداد سنة ستين وتسعمائة وألف ميلادية يعتمد الكاتب التوراة المحرفة مصدر من مصادره كما يعتمد على كتابات المستشرقين أمثال سيليب حتي و جويدي و بارتوني علج تاريخ الجزيرة العربية قبل بعثة محمد على أساس أنه تاريخ وثني جاهلي وحضر فقد أسقط كل الرسالات السماوية التي كانت في جزيرة العرب مما في ذلك تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر من الصفحة الأولى إلى الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة أسر الكاتب إلى مكة في ثلاث صفحات وأسقط تاريخه وتاريخ الحرم وأبيت الله العتيق من اعتباره كما استبعد الكاتب القرآن الكريم والسنة النبوية من بين مصادره عن الفترة الزمنية التي تسبق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم زعم الكاتب أن النظمة البدوية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان له تأثير في الإسلام نفسه الصفحة الثانية والعشرون بعد المئة كما زعل أن الإسلام قد أقر بعض العادات الجاهلية واعترف بها حرفية أو بعض تعديل بسيط كقوله وهكذا دخلت النظم البدوية كجزء من الإسلام وأصبحت قانون يسير عليه المسلمون الصفحة الثانية والعشرون بعد المئة حتى المظاهر والنظم التي شن عليها الإسلام حربا لم يقضي عليها تماما بل ظل العرب يدينون بها أمدا طويلة ذلك أن هؤلاء البدو كوروا نادة الإسلام الأولى الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة كما زعم الكاتب أن النظمة البدوية صارت جزءا من الشريعة الإسلامية الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة ويزعم الكاتب أن دراسة هذه النظم البدوية مهمة جدا لفهم القرآن والإسلام الصفحة الرابعة والعشرون والمئة وهكذا ينطلق الكاتب من منطلق أصحاب مقارنة الأديان التي تزعم بأن الدين الإسلامي يعتمد على أصول جاهلية تحدث الكاتب عن زواج المتعة فزعم أنها تحل مشكلة العلاقات الجنسية وخاصة في المجتمعات التي تتخذ موقفا صلبا تجاهها كالإسلام وخاصة في الأحوال التي يضطر فيها المرء إلى الإقامة مؤقتا بعيدا عن أهله الصفحة السابعة والأربعون بعد المئة زعم الكاتب أن كثيرا من التشريعات في الإسلام مأخوذة عن الجاهلية مثل الطلاق يقول الكاتب إنه كانت في الجاهلية ثلاث تطليقات وقد أقر الإسلام ذلك الصفحة السابعة والأربعون بعد المئة يعتمد الكاتب منهج مقارنة الأديان الصفحة السادسة والستون والمئة وما بعدها ويعتمد في ذلك على روبرتسون سميث محاضرات في أديان الساميين بالإنجليزية ونولكا عن الدين الجاهلي في دائرة معارف الدين والأخلاق بالإنجليزية ومحمد عبد المعين خان الأساطير العربية قبل الإسلام وكان من الواجب على الكاتب وهو أحد أبناء المسلمين أن يعتمد على الكتاب والسنة وهو يكتب عن تاريخ العقيدة الصحيحة بدلا من اعتماده على كتابات اليهود والنصر ويظلم أن الإسلام لم ينحو كل آثار الديانة والمعتقدات الجاهلية تماما أقر بعضها بعد أن عدلها أو خور الغايات منها كالحج والحرم الصفحتان الثامنة والستون والمئة والتاسعة والستون والمئة فالحد في نظر الكاتب من الديانة الجاهلية والحرم الآمن من الديانة الجاهلية التي أبقى عليها الإسلام وهكذا ترى أن الكاتب يخدم الفكرة غير الإسلامية بل ويعاونه في هدم التصور الإسلامي والدين الإسلامي اثنان التاريخ السياسي للدولة العربية عبد المنعم ماجد الجزء الأول أولا كان بعض الأعراب يذبحون الكلاب كقبيلة أسد أو يأكلون لحوم الإنسان كقبيلة هذيل كما أن بعض الأعراب كان يأكلون الحياة والعقاربة والجعلان والخنافس وحتى القمل الصفحة الستون والواحدة والستون ثانيا يذكر المؤلف في الصفحة الرابعة والتسعين والخمسة والتسعين كاليق ملاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير معروف بالضبط ويشكك في ربطه بعام الفيل ويوحي بأن ذلك ناشئ عن محاولة الربط بين مولده وهذا الحادث القومي بالنسبة لقريش ومن الغريب أنه يعتمد في ذلك على معجم البلدان لياقوت وهو كتاب متأخر ويعتبر من الكتب الجغرافي أهل التاريخية كما يعتمد على مراجع غربية يفعل ذلك حين يترك المصادر التاريخية المتقدمة الأصيلة ثالثا في الصفحة الثامنة والتسعين والمئة وفجأة في سن الأربعين يملك محمد الموهبة النبوة وهذا التعبير غير لائق بجلال النبوة فإنها ليست موهبة فطرية كالمواهب الأخرى ولكنها استفاء استفاء من الله للأخيار الذين اجتباهم من عباده المخلصين رابعا يستبيح المؤلف لنفسه أن يسرد عبارات تصف القرآن بأنه من صياغة محمد صلى الله عليه وسلم من مثل قوله في الصفحة التاسعة والتسعين ومع ذلك فلم يرد على لسان النبي في القرآن ويقول في الصفحة الخامسة والعشرين والمئة وقد أنب فيه أبا بكر صديق صديقة ليقرأ عليهم سورة براءة التي يتبرأ فيها محمد ممن يحد من المشركين وكأن محمد صلى الله عليه وسلم ألف هذه السورة ليتبرأ من المشركين مع أن أول السورة براءة من الله ورسوله خامسا في الصفحة الخمسين بعد المئتين يصدر المؤلف حكما غريبا لهجم الشريعة الإسلامية من أساسها حيث يقرر أن الوحي كان يتم في الممام وكأنه أبغاث أحلام فيقول عن الوحي إنه كان ينزل عليه وهو نائم سادسا يدعي في الصفحة الخمسين بعد المئتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسخ بعض الآيات ويأتي بأخرى محلها وكأنه هو الذي ألف القرآن ثم أجرى فيه بعض المحوي والإثبات وكأنه ليس وحيا سماويا منزلا ثلاثة المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام للدكتور جواد علي والكتاب والكتاب على ضخمة حجمه إلا أنه يسير على نفس الخط الذي يسير فيه الكتابان السابقان وهو يعتمد على التوراة والإنجيل والتلموت والتفاسير والشروف العبرانية وما كتبه المؤرخون اليونان والرومان والآثار إلى غير ذلك تماما كالكتابين السابقين التاريخ السياسي للدولة العربية ومخابرات في تاريخ العرب للدكتور صالح أحمد العلي وفحص الكتاب يبين لنا أنه لا يخدم الفكرة الإسلامية يتساءل الكاتب في بداية الفصل الثالث من الجزء الأول عن أسباب طناس تاريخ الجاهلية ويقول في عبارته لقد عز بعض الباحثين هذا التقصير إلى الإسلام وستدل بحديث الإسلام يهدم ما قبله إلى آخره وعن سد مأرب يردد الكاتب أقوال المستشرقين في الصفحة السادسة والأربعين بعد المائتين ويرجع موسيل سبب تلك الهجرات إلى انهيار سد مأرب ويتحدث عن ذلك فانهيار سد مأرب يعود إلى عدم الصيانة وانشغال الحكومة بالثورات الداخلية والحروب الخارجية فألها ذلك الحكومة عن القيم بإصلاح السد فتصدع الجوانب فحدث الانهيار وتهجم الكاتب على العقلية العربية في الصفحات الثانية والستين بعد المائتين الثالثة والستين بعد المائتين الرابعة والستين بعد المائتين والثالثة والتسعين بعد المائتين أربع تاريخ العرب قبل الاسلام تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية من الواضحين من عنوان الكتاب انه يعالج تاريخ الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على اساس انه تاريخ وثمين جاهلي محض لا اثر فيه للاسلام كما ان فخص الكتاب يؤكد ذلك فالكاتب افقط كل رسالات السماوية التي كانت في جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما تجهل كل الرسل الذين كانوا في جزيرة العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثال ذلك افقط الكتاب رسالة هوب وصالح وشعيب وابراهيم واسماعيل عليه السلام واخبار مكة وبيت الله العتيق والحرم الامن بتفصيلاتها الواردة في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا يستحق هؤلاء الانبياء عليهم السلام من الكاتب الذكرى في عدة صفخات من الكتاب البالغ عدد صفخاته سبعين وثلاثمائة صفخة ويعتمد الكاتب في دراسته على مصادر منها ما تسمى بالتوراة في الصفحة الثالثة والاربعين كما يعتمد على دراسات المستشرقين الى تاريخ مكة على لامنس وجورجي زيدان العرب قبل الاسلام وكارل بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية كما يعتمد على كتاب الاصمان لابن الكلبي والعلى المسعودي في مروج الزهب رغم انه شيعي متعصد تجاهل الكاتب في عرضه لتاريخ دولة سبع السبب الحقيقي لانهيار سد مأرب كما اورده القرآن ذلك جزينا هم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور الصفحة الثامنة والاربعون ذكر الكاتب اخبار اصحاب الاخدود ذكرى مقتضبة وزعنا انهم كانوا مسيحيين في الصفحة الواحدة والستين والثانية والستين وزعنا ان اليهودية والمسيحية كانت ديانتين سماويتين في الصفحة الثالثة والستين والرابعة والستين رغم ان دين الله في السماء والارض واحد وهو الاسلام اذكر الكاتب ان بئر زنزن قد حفرها عبد المطلب لانها بئر اسماعيل ابن ابراهيم الصفحة التاسعة عشرة بعد المائتين دون ان يذكر شيئا عن اخبارها الواردة في القرآن او السنة وسياق عرض الكاتب في الصفحة السابعة عشرة بعد المائتين والتاسعة عشرة بعد المائتين يصور ان حفر زنزن كان من عمل اهل مكة ولا دخل لتفجيره بمعرفة جبريل عليه السلام من تحت قدم اسماعيل عليه السلام ويزعم الكاتب ان ماء زنزن كان سقيلا وغليظا الصفحة التاسعة عشرة بعد المائتين فكان عبد المطلب يخففه بلبن ابله واخلطه بالعسل ولم يكلف نفسه كلمة واحدة يشير فيها الى حديث رسول الله عن خصية هذه البئر في الشفاء وركز الكاتب على الاوبئة التي تصيب مكة واهلها نتيجة وصول الحج في الصفحة الاشرين بعد المائتين الى الثانية والاشرين بعد المائتين واستشهد الكاتب بحديث موضوع عن الصبر على حر مكة في الصفحة الواحدة والاشرين بعد المائتين زعن الكاتب ان الحج كان مظهرا دينيا للعرب في الجاهلية في الصفحة الثلاثين بعد المائتين دون ان يذكر انها فريبة من فرائد الاسلام والكاتب في الصفحة الخامسة يدعو إلى القومية ويزعم أن تاريخ العرب في الجاهلية هو أساس التاريخ الإسلامي وركزته التي يقوم عليها ويقول لا يمكن تفسير كثير من ظواهر الاجتماعية والاقتصادية وحتى الفنية في العصر الإسلامي إلا إذا بحثنا عن أصولها القديمة في عصر الجاهلية في الصفحة الخامسة وهذا منطلق أصحاب منهج الأديان المقارنة الذي يزعم بأن الدين من اختراع العقل البشري تجاهل الكاتب القرآن والسنة في حديثه عن مصادر تاريخ العربي قبل بعفة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بعد ذلك لا يخدم الفكرة الإسلامية بل يخدم أفكارا استشراقية تهدف إلى هدم الإسلام لا مكنهم الله من ذلك هامش أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جزيرة العرب الجزء الأول والجزء الثاني أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء دار الوفاء للطباعة والنشر وانتهى الهامش المبحث الثاني باء مادة مصر والشرق القديم تعالج هذه المادة تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وخاصة تاريخ اليهود الذين أطلق عليه مصر العبرانيين وإيران منذ أقدم المصور عشرة آلاف سنة قبل الميلاد ويعتمد على المراجع الآتئة تاريخ مصر من فجل التاريخ حتى إنشاء مدينة الإسكندرية تأليف أليكساندر شعف ترجمة الدكتور عبد المنعن أبو بكر حضارة مصر والشرق القديم تأليف إبراهيم رزقانة محمد أنور شكري وآخرون قصة الحضارة المجلد الأول تأليف والديرانت ترجمة محمد بدران بلاد ما بين النهرين تأليف أل ريلا بورت ترجمة محرم كمال الحضارة الفينيقية كونتون تو ترجمة محمد عبد الهادي مصر من الإسكندر حتى الفتح العربي تأليف أتش دول ترجمة عبداللطيف أحمد علي تأقوم مفردات المادة مفردات المادة ومراجعها لا تخدم الفكرة الإسلامية مطلقة ولا عجب في ذلك لأن هذه المادة بصورتها الحالية هي أصورة طبق الأصل من مفردات المادة التي تدرس في الجامعات غير الإسلامية عن تاريخ الشرق الأدنى القديم أي أن المنهجة مأخوذ تقليدا دون نظر في المخاطر التي تكمن فيه على فكر الأمة الإسلامية وأبنائها كما أن مفردات المادة تعرض تاريخ الجاهلية الفرعونية والجاهلية البابلية والآشورية والفارسية كما تعرض لتاريخ اليهود على أساس أنهم ينتمون إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما تعرض لتاريخ سليمان على أساس أنه نبي يهودي وهذا يتضح عند فحص المراجع المقررة تدريس المادة يعتمد على مراجع تعاد التصور الديني عموما والتصور الإسلامي على وجه الخصوص وسنعرض لذلك تفصيل تسقط المادة بمراجعها من اعتبارها رسالة يوسف وموسى عليه السلام إلى شعب مصر كما تسقط رسالة نوح وإبراهيم ويونس عليه السلام إلى أهل الرافدين كما تتجاهل الرسالات السماوية التي تمت في بلاد الشام والتي حملها إبراهيم وإسحاق وذردياتهم من الأنبياء والرسل عليه السلام كما تسقط وتتجاهل الدين الصحيح وهو الإسلام الذي دعا إليه هؤلاء الرسل عليه السلام كما أنها قد وقعت في دائرة الاعتداء على هؤلاء الرسل عليه السلام فجعلت منهم القاتل ومنهم الزيني ومنهم سفاك الدماء ومنهم الديث بل وقعت في دائرة الاعتداء على ذات الله سبحانه وتعالى وقد لاحظنا ذلك عند فحص المراجع بين قلسين انظر الصفحة الثامنة والثلاثين ومن بعدها انتهي الهنش وتتجاهل الدين الصحيح وهو الإسلام الذي دعا إليه هؤلاء الرسل عليه السلام أي أنها تعالج تاريخ تلك الأمم على أساس أنها لم تعرف الرسالات السماوية طيلة ما يسمى بتاريخها القديم مراجع المادة تعتمد في مصادرها على الآثار وما كتبه المؤرخون اليونان والرومان والتوراة والإنجيل وتستفيد القرآن الكريم والسنة المطهرة رغم أنه لا يوجد لدينا مصادر نستقي منها معلومات موثقة عن التاريخ المبكر لهذه الشعوب إلا من خلال القرآن والسنة تعرض المادة لآلاف السنين من تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وإيران على أنه تاريخ جاهلي محض لم تعرف هذه الأمم وأثناءها أن هنالك إله واحدا يستحق العبادة غالب من كتب في هذا التاريخ مصر والشرق القديم هم اليهود والنصارى الذين يهدفون إلى أرد المسلمين كفارا حسدا من عند أنفسهم وكتابات أبناء العرب والمسلمين انتداد لما كتبه اليهود والنصارى بواعي أو غيره وفحص المراجع السابقة يؤكد ذلك المنهج من خلال المراجع يتبنى منهج مقارنة الأديان وهو أن الدين من اختراع العقل البشري تصور فيه الإنسان أن له آلهة على قدر نغضوجه الفكري وتطور في هذا التصور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد بين قوسين انظر المراجع سالفة الذكر نختار منوذجا منهم هو كتاب محمد أمور شكري الذي يشترك فيه مع آخرين حضارة مصر والشرق القديم الصفحة الثانية والثمانون كانت للديانة في مصر أهمية كبرى فقد اعتقد المصريون أن بلادهم تحكمها الآلهة في عصولها الأولى على أن الديانة المصرية إنما ترجع في أصولها إلى الأزمنة الأولى وإلى الظروف الطبيعية التي كانت تسود مصر فقد كانت مصر تزخر بالمناقع والأحراش التي تعيش فيها أفراص النهر والتناسيح والضباء والسلاع وكان المصريون في حياتهم على أوثق اتصال بطبيعة بلادهم لذلك فلا غرابة أن آنسوا في بعض الحيوان والطير من الصفات والخصائص ما أثار شعورهم فقدسوه رهبة وخشية كاللبؤة والتمساح أو ابتغاء خيره ونفعه كالبقرة والثور وكان إله المدينة في الصفحة الثالثة والثمانون يعتبر عند سكانها أعظم من آلهات المدن الأخرى هكذا كما يقول فهو الذي خلق كل شيء وهو واهب الخيرات والنعم وكانت أغلب المعبودات من الحيوان وبعضها من النبات أو الجناد بيد أن المفكرين منهم إنما كان يعتبرونها مظهر القوة الإلهية أو مقرا لها تحل فيها بين قوسين الكاتب لا يعلق ولو بكلمة واحدة إن كان ذلك كفر أم لا وفنية أم لا إنما هي مظاهر حضارية على أن إله الشمس اتخذ اسما جديدا وهو آتون ولم يكن هذا الاسم مجهولا من قبل ولكن لم تكن له قداسة أو صفة دينية إذ كان المصريون يقصدون به قرص الشمس التي لم يكونوا يتعبدون لها وإن كانوا يرون أنها مقر الإله الصفحة السادسة بعد المائتين وقد كرس أن حطب الرابع إخناتون حياته لعقيدته الدينية والدعوة لها دون سائر مهن الملك وأشغل بإعلام معتقداته والترويج لها وهداوته شعبة إلى الحقيقة والدين الصحيح في الصفحة السابعة بعد المائتين وهكذا صور الكاتب عبادة آتون قرص الشمس على أنها الحقيقة والدين الصحيح والكاتب بعد ذلك كله فيما يتصل بتاريخ مصر يعرض موضوعات اعتناق الفكر الكامن وراء بعضها يخرج صاحبها عن طريق الإسلام فهو يتحدث عن الرسول والنقوش وصناعة التماثيل والديانة والعقائد الجنائزية الوسنية والآلهة المحلية والمعبودات من الحيوان وتمثيل الآلهة على هيئة إنسان والآلهة الكونية وعبادة راع والمعابد والبعث واعتبره من اختراء العقل البشري الصفحة الرابعة والتسعون فالمصريون قد وصلوا إليه من تلقاء أنفسهم وتحدث الكاتب عن الحياة في القصور والرقص والموسيقى والغناء وفن صناعة التماثيل يعملوا أن يطلع على الكتاب في الصفحة الخامسة والستين إلى الصفحة التاسعة والاربعين بعد المائتين ليرى أن الكتاب والمنهج المعتمد عليه لا يمكن أن يخدم فكرة إسلامية واحدة بل على العكس من ذلك يخدم الفكر الوثني والجاهلي بعماية فائقة وفي نفس الخط يسير الدكتور محمد عبد المنعم أبو بكر في عرضه لتاريخ العراق القديم من الصفحة الرابعة والخمسين بعد المائتين إلى الصفحة السادسة والاربعين بعد الثلاثمائة وعرضه لعقائب تلك البلاد من الصفحة السادسة والسبعين والمائتين والصفحة الحادية بعد الثلاثمائة والصفحة الحادية عشر بعد الثلاثمائة وتخلص بعد قراءة الكتاب إلى أن البشرية قد خلقت ولم تكن تعرف لها ربا ولا دينة فاختارت لها آلهة على قدر موضو جيها الفكري إلى آخره وفي نفس الخط يسير الدكتور حسن أحمد محمود وهو يعرض لتاريخ بلاد الشام في الصفحة التاسعة والاربعين بعد الثلاثمائة إلى آخر الكتاب ليس هذا فحسب ففي نفس الخط تسير كل الكتابات التي تمت في مجال ما يسمى بتاريخ الشرق الأدنى القديم فهي تحرص على هدم التصور الديني وأموما والتصور الإسلامي على وجه الخصوص لأن فيها اعتداء واضح وصريح على ذات الله وأنبيائه ورسله وكتبه كما شاهدنا من خلال عرضنا لمراجع هذه المادة المبحث الثالث جين مادة الإغريق والروم وهي تعالج تاريخ أوروبا في عصورها القديمة اليونان والروم وهي تعتمد على المراجع التالية معالم تاريخ الإنسانية تأليف H.G. ويلز تعريب عبدالعزيز توفيق جاويد قصة الحضارة المجلد الثاني والمجلد الثالث والد يورند ترجمت محمد بدران وزكي نجيد محمود الإغريق تأليف H.D. كيتو ترجمت عبدالرازق يسري الإمبراطورية الرومانية تأليف M.N. Charles Worth ترجمت رمزي عبده جرجس الإغريق تأليفهم وحضارتهم تأليف الدكتور سيد أحمد الناصري تأليف الرومان تأليف الدكتور إبراهيم نصحي تأليف الحضارة الهيلينية تأليف أرنالد طوينبي ترجمت رمزي عبده جرجس المنهج بمراجعه مأخوذ تقنيدا عن دور العلم الغربية ويدرس بحذافيره في أقسام التاريخ بالجامعات الموجودة ببلاد المسلمين وهو يخدم الهدف الاستشراقي في هدم التصور الديني والرفع من قيمة المجتمعات غير الإسلامية واعتبارها صاحبة حضارة رغم بعضها عن نظام الله عز وجل إن أوروبا تدرس هذا المنهج لأبنائها وأبناء الغير لتحقيق مخطط يهدف إلى رب المسلمين كفارا حسنا من عند أنفسهم هذا المخطط يهدف إلى تربية أبناء أوروبا وأبناء المسلمين على أن أوروبا هي صاحبة الدور الأول في حياة البشرية وأنها صاحبة الحق في أن تحكم حياتها وحياة البشرية بمبادئها وفلسفاتها ومذاهبها وأن الأمة المسلمة قد تسولت دينها وحضارتها من على موائد الأوروبيين يقول فزعموا أن الدين الإسلامي قد ولد نتيجة امتزاج الديانة الهيلينية والديانة العبرية وأن الحضارة الإسلامية هي امتداد ما يسمونه بالحضارة الهيلينية وأن الأمة المسلمة مدينة بكثير من مثبها ومبادئها لما يسمونه بالهيلينية والمنهج بمراجئه خاصة الأول والثاني والأخير حريص على هدم التصور الديني عموما والتصور الإسلامي على وجه الخصوص فمعالم تاريخ الإنسانية وقصة الحضارة حريصة على نفي الخالق العظيم لهذا الكون كما تجهلت قصة خلق آدم عليه السلام وصورت الإنسان على أنه من سلالة الحيوان الذي تطور عن الخلية الحية التي نشأت سلبرك والمستنقعات عبر ملايين السنين كما أن مصادر هذه المراجئة لا يمكن أن تصمد أمام الجرح والتعديل فالأفطورة تشكل جزءا من مصادر ذلك التاريخ وفي النهاية يمكن القول إن المنهج لا يخدم فكرة إسلامية واحدة بل على العكس يهدف إلى تقويض بنيان التصور الديني الإسلامي وإقامة تصور علماني يجعم أن أصول التربية لدى اليونان والفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني والجيمقراطية هي أصلح نظام للحكم في عالمنا المعصر كما أن مفردات المادة تتعرض للإلياذة والأودسة على أنها من الأدب الرفيع لا على أنها أساطير تعكس لنا من حراف الفكرية والعقائدي الذي كان عليه أبناء اليونان كما أنها تتعرض لعقائد البلاد الوثنية دون بيان فسادها ودون تعرض لرسالة السماوية التي أبلغت إلى أهل اليونان وأهل الروم وتدعوهم إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه الماتفة منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف وهو من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ نواصل القراءة في الجزء الرابع فحص وتقويم المناهج التاريخية المقدمة في مدارسنا وجامعاتنا في العالم الإسلامي ونتابع القراءة في المبحث الثالث مادة الإغريق والروم في النهاية يمكن القول بأن المنهج لا يخدم فكرة إسلامية واحدة بل على العكس يهدف إلى تقويض بنيان التصور الديني الإسلامي وهذا المنهج راجع إلى المراجع التي ذكرت في بداية المبحث الثالث وهي معالم تاريخ الإنسانية قصة الحضارة الإغريق الإمبراطورية الرومانية الإغريق تاريخهم وحضارتهم تاريخ الرومان تاريخ الحضارة الهيلينية هذا المنهج يهدف إلى تقويض بنيان التصور الديني الإسلامي وإقامة تصور علماني يزعم أن أصول التربية لدى اليونان والفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني والديمقراطية أصلح نظام للحكم في عالمنا المعصر كما أن مفردات المادة تتعرض للإلياذة والأوديسة على أنها من الأدب الرفيع لا على أنها أساطير تعكس لنا لانحراف الفكرية والعقائدي الذي كان عليه أبناء اليونان كما أنها تتعرض لعقائد البلاد الوثنية دون بيان فسادها ودون التعرض للرسالات السماوية التي أبلغت إلى أهل اليونان وأهل الروم وتدعوهم إلى الإسلام كما أنها تهتم بدراسة الأنظمة والقوانين اليونانية والرومية دون بيان فسادها وكيف أنها كقوانين وضعية لم يتحقق لأهلها سوى الشقاء والقلق كوسيلة لخدمة قضية أكبر وهي أن الإسلام كشريعة ونظام هو الوحيد الكفيل بتحقيق العدالة والأمن للبشرية لأنه نظام الرباني كما أن المنهج لم يبين لنا كيف أن شعار القومية والوطنية لم يمنع من إراقة الدماء داخل الدولة اليونانية والدولة الرومية وما هي المخاطر التي تكمن في إثارة عارات العصبية والوطنية على الأمم ولم يبين لنا حقيقة الهجمة الاستعمارية الشرسة ممثلة في الاستعمار اليوناني والاستعمار الرومي الذي اصطلى نصف العالم بمظالمه ولم يبين لنا متى وقعت بيت المقدس أسيرة للاستعمار اليوناني ثم الرومي وما هو موقف الدولة الرومية من رسالة عيسى عليه السلام التي دعت إلى الإسلام وكيف أن مؤرخ أوروبا اعتبر عيسى عليه السلام ثائرا متمردا يستحق القتل ولذلك أهدر دمه وكيف أنهم زعموا أنه ولد من سفاح والعياذ بالله وأنه قد اخترع دينه أي الإسلام الذي دعا إليه كما أن المنهج لم يبين أثر التربية المختلطة بين الشباب والفتيات التي نادى بها المصلح بل المفسد لكورغوس الإسبارتي وما كان لها من أضرار وخيمة على حياة العالم الغربي كما لم يحدثنا عن ملامح الجاهلية اليونانية والرومية لا حضارتها ومدى انحرافها في مجال العقيدة والأخلاق والاجتماع والاقتصادي والسياسة كما أنه لم يسعى إلى الرد على الشبهات التي أثارها مؤرخ للغرب وأبناء العرب المسلمين من أن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني هامش الحضارة العربية الإسلامية الصفحة الواحدة والأربعون انتهى وأن النظام السياسي في الإسلام له أصول يونانية هامش الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام تقديم الدكتور عبد الرحمن بدوي انتهى كما أن المنهج لم يبين كيف أن التراث اليوناني والرومي يمثل نكسة خطيرة في تاريخ البشرية لعدم التزامه بالتوجيه الإلهي هامش تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي انتهى وكيف أن نقل ذلك الفكر الفلسفي ترتب عليه ظهور الإلحاد والفرق في بلاد المسلمين هامش رجال الفكر والدعوة في الإسلام تأليف أبي الحسن الندوي انتهى كما أدى إلى ظهور فكرة الصراع بين البشر والآلهة وإلى ظهور المبدأ الديمقراطي الذي يجعل الحكم حقا للبشر وليس لله رب العالمين كما أن المنهج لم يبين لنا كيف أن اتجاهات الفلسفة بجملتها واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها ومباحث الأخلاق بجملتها واتجاهات علم النفس ومقارنة الأديان وتفسير المذاهب الاجتماعية بجملتها هي الفكر الجاهلي اليوناني والرومي الذي يحوي في أصوله عداء ظاهرا أو خفية للتصور الديني جملة وتصور الإسلامي على وجه الخصوص كان بودي أن يكون منهج تلك المادة منبثقا من تصورات الأمة المسلمة ودينها وأن يكون متناسقا مع التفكير الإسلامي السديد وموافقا لحاجات الأمة ويرمي إلى تحقيق أهدافها كان بودينا أن يبين لنا المنهج فساد تلك الدعاوى الضالة المضلة التي قال بها وول ديورينت هامش في قصة الحضارة قيصر والمسيح في الصفحات الرابعة عشرة الخامسة والعشرين السابعة والعشرين التاسعة والعشرين انتهى قال وول ديورينت إن منح لقب أغوستوس قد حباه بحماية الهالة وخلى عليه هالة من القداسة إن عدم الزواج والاتصال بالعاهرات واتخاذ السرار والعشيقات وإجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع الحمل من مستلزمات الحضارة إن إصلاح الأخلاق وظيفة القديسين والمنافقين وإن الفضائل تقضي على صاحبها وإن الزواج عملية زنا وإن التاريخ قد ظلم أهد الطغاة الذين ضيعوا أمانة الحكم إن النزعة الأخلاقية في الكتابات التاريخية أكبر عيوب الكاتب ولذلك يجب ألا يقدم العالم الأخلاقي على كتبة التاريخ إن الإمبراطورية الرومانية هي التي مهدت لقيام العالم الحديث وإنها خلفت لوريثاتها وحليفاتها بعض المثل العليا التي لا أمل في حياة العالم الحديث بدونها هامش الإمبراطورية الرومانية الصفحة الخمسة وثلاثون والمئتان إلى السابسة وثلاثين بعد المئتين انتهى إن سبب انهيار الدولة الرومية هو الدين هامش أضم إحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها في الجزء الثاني انتهى الهامش لماذا لم يرد المنهج وجهة النظر الإسلامية فيما يسمى بالحضارة اليونانية والرومية خدمة للفكرة الإسلامية لماذا لم يعرض ما قاله الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وما قاله روبرت بريفولت وألفريد جي باتلر عن الحكم الروماني وما أورده الأستاذ كرد علي عن الحكم الروماني في بلد الشام لماذا لم يستعرض المنهج ما قاله محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين عن اليونان والرومان وما أورده الأستاذ المودودي في كتابه عن اليونان والرومان وما كتبه الأستاذ سيد قطب في كتابه الإسلام ومشكلات الحضارة لماذا لم يقم المنهج بتقويم التاريخ اليوناني والروماني في ضوء التصور الإسلامي ولماذا لم يستخدم المنهج الإسلامي في نقد تاريخ هذه الدول وأئمتها ومقدساتها إن كان لها مقدسات وفاتحيها ورؤساءها وعلماءها حتى نبين للمخدوئين حقيقة هذه الحضارة المزعومة ورجالاتها وساساتها وعلمائها فنرها مهالهالة الثياب لا اثر فيها لكرامة ولا لخلق ولا لضمير كما يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي الجزء الخامس النتائج لقد ترتب على ذلك التشويه والتزييف لتاريخ البشرية عموما والتاريخ الاسلامي على وجه الخصوص تربية اجيال لا تعرف لها رب من الواجب عليها عبادته واخضاع جميع جوانب الحياة لنظامه وشرعه وتربية اجيال لا تعرف ان لها ابا هو ادم عليه السلام وانما تتخيل ان لها اباء من سلالة الحيوانات والقرادة لقد تربى على ذلك التاريخ المزيف اجيال لا تعرف ان هناك دين هو الاسلام وانهم مكلفون باعتناقه وانه الدين الواحد الذي لا يقبل الله من الاولين او الاخرين غيره لقد تربى على ذلك التاريخ المزيف اجيال تتصور ان الاسلام عبارة عن مزيج من الوثنية اليونانية والعبرية او اليهودية والمسيحية والعقائد الجاهلية لقد تربى على ذلك التاريخ المزيف اجيال لا تعرف لها تاريخا اسلامية قبل بعفة محمد صلى الله عليه وسلم لقد نجح التشويه والتزييف والتجهيل بتاريخ الامة في تحقيق هدفه لدرجة انك اذا سألت بعض الطلاب عن بدء ظهور الاسلام لاجابك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم متجاهلا بذلك الاسلام الذي فطر عليه الكون كله متجاهلا الاسلام دين الله في الارض وفي السماء الاسلام الذي دعا اليه نوح وموسى وعيسى وسليمان ولوط وابراهيم واسماعيل عليهم السلام هامش اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ الرسالة الاولى انتهى لقد تربى على ذلك التاريخ المزيف اجيال تتصور ان اليهودية دين دعا اليه رسول من عند الله وان المسيحية دين دعا اليه رسول وان الاسلام هو خاتم هذه الاديان التي سموها سماوية كأن الله سبحانه وتعالى عنده مخزن واديان كل فترة يرسل من يدعو الى دين جديد ان هذه الهجمة اليهودية الصليبية الالحادية التي استهدفت تشويه وتزييف التاريخ الاسلامي وتربية اجيال على الكفر والالحاد قد نجحت في ذلك ايما نجاح والدليل على ذلك ان جزءا كبيرا من بني البشر قد صدى عن سبيل الله لانه قد حيل بينهم وبين معرفة الدين الصحيح وان جزءا كبيرا من ابناء المسلمين لا يعرفون ان لهم تاريخا اسلامية عمره بضعة الاف من السنين بل على العكس من ذلك يتصورون انه ليس لهم تاريخ الا التاريخ الوثني الفرعوني الاشوري البابلي والعربي الى غير ذلك وان اطلقوا عليه اسم الحضارة الفرعونية والحضارة الاشورية والحضارة العربية لقد تربى على هذا الفكر التاريخي الفاسد اجيال غاب عن اذهانها بديهيات هي ان الامة المسلمة هي الامة الشاهدة وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالله لا يقبل من الامة المسلمة الا ان يكون زمام البشرية بيدها تسير حياتها وحياة البشرية بالمنهج الرباني تربى اجيال لا تدرك انه لابد للمسلمين من خلافة على منهج النبوة توحد الامة المسلمة وتأخذ بيدها وتحرر شعوب المسلمين من ظلم الطواغيت وتحرر الارض الاسلامية فتستعيد الاقصى وسمرقند وبخارى واطشقند وتركستان وغيرها من بلاد الاسلام لقد نجم عن هذا تخريج اجيال غاب عن ذهنها ان من الواجبات الملقاة على عاتقهم ان تكون شريعة الله حاكمة في الارض كلها تربت اجيال نسيت ان الجهاد واجب لتطهير الارض من الطغاط الملحدين الذين استعبدوا البشرية سواء اكانوا من الروس او الصينيين او صليبيين او الهندوس الى اخره تربت اجيال نسيت ان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام لقد نجم عن هذا ان اصبح للكفر والالحاد دول تسمى بالعظمى والمسلمون مستضعفون في هذه الارض ولم يقف ذلك الالحاد عند الدول الكبرى فحسب ولكن تعداه الى بلاد المسلمين فنرى قادة يتسمون باسم المسلمين ويدينون بالماركسية والاشتراكية واللينينية بل وصل الامر ان بعض ابناء المسلمين جندوا في جيوش الملحدين الروس لقتال المسلمين في افغانستان بل واثمر ذلك ابناء للمسلمين لا يستنكرون مجرد الاستنكار للعدوان الواقع على المسلمين الذين يسعون لتكون كلمة الله هي العليا فاصبحوا شياطين خرسا كما قال صلى الله عليه وسلم الدليل على نجاح حملة التشويه للتاريخ الاسلامي الدليل هو ذلك الواقع المحزن الذي تعيشه امتنا الاسلامية انها تعيش حالة الغثائية التي اخبر عنها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وانا ما تجرأ عليها قادة الالحاد والكفر وما تألبت عليها قوى الشر والعدوان الدليل انه قد اصبح للالحاد دول تنافح عنه وتسعى الى نشر الحادها في بلاد المسلمين بل وتقطع اجزاء عزيزة علينا من اراضي الاسلام الدليل وذلك الاضطهاد للفكرة الاسلامية وابنائها في غالب بقاع الارض الدليل هو الانحصار المتتابع للحكم الاسلامي في غالب بقاع الارض واحلال مبادئ غير اسلامية مكانها تحت اسم البعث القومي واتارة تحت اسم الديمقراطية واخرى تحت اسم التقدمية والاشتراكية والوحدة الى غير ذلك من هذه المبادئ الهدامة التي اصبحت تباشر نشاطها على ارض الاسلام وفي عقر دور المسلمين الدليل هو تنحية شريعة الله عن الحكم والاسلام كنظام حياة في حياة اغلب الشعوب الاسلامية الدليل هو دور العلم ودوره التي تدرس الالحاد والكفر باسم العلم الدليل نراه في المراجع والمصادر التي تحمل الكفر بين طياتها والتي لا تخلو منها مكتبة من مكتبات العالم الدليل هو ذلك الطالب الذي يتخرج من دور العلم نسي دوره الاساسي الذي من اجله خلقه الله سبحانه وتعالى وهو العبادة فاصبح همه دنيويا بحتا لا مجال فيه للاعداد للاخرة فنسي بذلك قوله تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك الفصل الثالث الجزء الاول التصور العام المقترح لمواد التاريخ الاسلامي في ضوء التصور الاسلامي الذي يقوم على القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان البداية الحقيقية لتاريخ الدين الاسلامي يرتبط بخلق الكون بما فيه مسلما طائعا منقادا لله عز وجل البداية الحقيقية لتاريخ الامة المسلمة الواقع التطبيقي لدين الاسلام يرتبط بنزول ادم الى الارض هو وزوجه مسلمين موحدين وفيما بعد اصبح ادم وزوجه وبنوه يشكلون نواة المجتمع المسلم الاول انها البداية الحقيقية لتاريخ الامة المسلمة قلنا اهبطوا منها جميعا فان ما يأتينكم مني هداء فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ونزل مع ادم وزوجه الشيطان مأذون له في اغوائهما وبهذا استمر الصراع الذي بدأت ملامحه في الجنة حيث اغرى ابليس لعنه الله ادم عليه السلام في الاكل من الشجرة واذ قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازل لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ادم وزوجه وبنوه مع حزب الشيطان ممثلا في ابليس وذراريه منذ ذلك الزمان البعيد وحتى اليوم نزلوا جميعا حتى اليوم وغدا والى ان يرث الله الارض ومن عليها ادم عليه السلام ادرك جيدا لماذا خلقه الله عز وجل ولماذا انزله الى الارض وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولهذا فان الله سبحانه وتعالى قد ارتضى له الاسلام دينا وعلمه وبنيه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ولهذا فان الشيطان وحزبه حريصون كل الحرص على اجتيال ابناء ادم عن الاسلام في كل زمان ومكان خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم هامش رواه ابن جرير عند قوله تعالى كان الناس امة واحدة من سورة البقرة ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني في الصفحة السادسة والاربعين بعد الخمسمائة انتهى ومع العمل الدائم والدائب للشيطان وحزبه لاجتيال الامة المسلمة عن دينها حدث الانحراف في البداية في حياة احد ابناء ادم الذي قتل اخاه الذي تقبل الله منه عمله وبعد ذلك ندم على ما فرط منه فاصبح من النادمين ووصل ابناء ادم مسيرتهم على مدار الزمان حتى العصر الذي بعث فيه نوح عليه السلام وكما ورد في الحديث الصحيح كان بين ادم ونوح عشرة قرون هامش رواه البخاري انتهى يقول ابن عباس كلهم على الاسلام اي عشرة اجيال كانت على الاسلام وهي تشكل جزءا من تاريخ الامة المسلمة وقبيل بعثة نوح كان الشيطان وحزبه قد نجح في اجتيال الامة المسلمة عن دينها لا نقول كلها فالارض لا ينقطع عنها نور الحق كما لا يخبو منها كيد الشيطان الا اذا كان الحق ظاهرا قويا عزيزا ولهذا فقد ارسل الله نوحا يدعو قومه للعودة الى الاسلام وعبادة الله وحده واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري انا على الله وامرت ان اكون من المسلمين سورة يونس الاية الثانية والسبعون واستمر الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان بين نوح واتباعه من المسلمين وبين الشيطان واتباعه من شياطين الانس والجن وبمعنى اخر بين الامة المسلمة التي تخضع حياتها لنظام الله وشرعه وبين الشيطان وحزبه الذي لا يريد للحياة ان تستقيم على امر الله وبعد ذلك جاء الوقت الذي استقصل فيه شافة الباطل ومكن لحزب الله ممثلا في نوح عليه السلام واتباعه من المسلمين وكان لنوح عليه السلام ثلاثة ابناء مسلمين هم سام وحام ويافث ورحل سام الى جزيرة العرب مكونا مع زوجه وبنيه نوات الامة المسلمة في جزيرة العرب ورحل حام الى افريقيا وكون هو وزوجه وبنوه نوات المجتمع المسلم في قارة افريقيا ورحل يافث الى اوروبا وكون هو وزوجه وبنوه نوات المجتمع المسلم في اوروبا وهذا تصديق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سام أبو العرب حام أبو الحبش ويافث أبو الروم هامش رواه الترمذي من حديث سامرة ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش لقد أصبح هناك ثلاثة مجتمعات أو ثلاث أمم في ثلاث قارات تقوم حياتها على الإسلام عقيدة وشريعة أي أن الأصل في عقيدة بني آدم الإسلام لأنه دين الفطرة وبهذا أخذ الله العهد على بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرديتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرديتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كما أن أكمل صورة للخلق تتمثل في آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل بطول ستين ذراعا وما زال الخلق ينقص حتى الآن في العمر والبنية وكل شيء فآدم عاش ألف سنة أو يزيد على الأرض والآن أعمار الأمة ما بين ستين وسبعين في الماضي كانوا عمالقة والآن ضاعفت بنيتهم وبدراسة المجتمع الإسلامي الأول على عهد آدم وبنيه نجد الصورة الكاملة للحضارة الإسلامية متمثلة في ذلك المجتمع وبدراسة مراحل الانحراف التي وقعت في حياة البشرية من أبناء آدم نجد أنه كلما زاد الانحراف كلما انقرضت ملامح المجتمع المتحضر ولم تعرف البشرية الحضارة إلا في ظل المجتمع المسلم ومن المؤكد أن الأمة المسلمة لها سمت واحد مشترك سواء سكنت إفريقيا أو آسيا أو أوروبا هذه الأمة قال الله عنها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون غايتها في هذه الأرض تحقيق العبودية لله عز وجل في جميع مناح الحياة ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت كلمة الله هي العليا والعقبة التي تحول بين الأمة المسلمة وتحقيق هذه الغاية دائمة هي الكيد الشيطاني والتآمر العالمي من قبل حزب الشيطان الذي يحرص على اجتيال الأمة المسلمة عن دينها ولذلك فإن رحمة الله عز وجل اقتضت أن يرسل إلى الأمم رسلا مبشرين ومنذرين يردون أبناء آدم في كل مكان إلى ربهم الحق ودينهم الحق ومن هؤلاء هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليه السلام إلى الأمم والشعوب التي سكنت جزيرة العرب ومن هؤلاء إبراهيم وعونس ويسبقهما نوح عليه السلام إلى أهل الرافدين دجلة والفرات أي العراق الحالي ومن هؤلاء يوسف وموسى عليه السلام إلى الشعوب التي سكنت واد النيل بالنصر ومن هؤلاء إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب إسرائيل وأبناؤهم وداود وسليمان وعيسى عليه السلام إلى الشعوب التي سكنت بلاد الشام سوريا وفلسطين وغير هؤلاء كثير وهم بنص الحديث ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا إلى جميع الأمم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولا بد من إقامة الحجة على بني آدم قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هؤلاء الرسل جميعا كانوا يدعون الأمم التي بعثوا فيها إلى الإسلام الذي هو ودين الأنبياء والرسل جميعا وهو الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره وإن كان لكل أمة شرعة ومنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج كما بينا في السابق هامش أغطاء يجب أن تصحح في التاريخ الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء جزيرة العرب الجزء الأول والجزء الثاني بلاد الشام ومصر دار الوفاء للطباعة والنشر انتهى بإرسال الرسل وبممارسة الدعوة يستعر وار المعركة بين حزب الله الذي يريد أن يستنقذ البشرية الضالة من براث الشيطان وبين حزب الشيطان الذي يقود البشرية الضالة من خطامها في طريق الضلال ويحدث لابتلاء ويقع الشهداء ويتحقق في النهاية وعظ الله بإهلاك المكذبين والتمكين للمؤمنين الموحدين ولقد بيّن لنا القرآن الكريم شيئا كثيرا من أخبار القرون الأولى من حياة أبناء آدم حفظها الله سبحانه وتعالى فقال قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نتبع القراءة في الجزء الأول من الفصل الثالث التصور العام المقترح لمواد التاريخ الإسلامي لقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم عن أخبار الأمم السابقة ورسم لنا ملامح الأمة الإسلامية كما رسم لنا ملامح الأمم الجاهلية ومن خلال هذا العرض الرباني يجد الإنسان ملامح مشتركة وصلات متينة بين الأمة المسلمة التي استجابت لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأمم التي استجابت لجميع الرسل السابقين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أيضا أمم مسلمة قاعدة هذه الملامح المشتركة والصلات المتينة هي لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والأمم الجاهلية لها زمات مشتركة تتمثل في الكفر بالله وعبادة الطاغوت والذين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وحول هذه القضية الكبرى يدور الصراع على هذه الأرض منذ القدم وحتى الآن وإلى الغد ومن هنا يجب أن تدور الدراسات التاريخية والأبحاث التاريخية حول هذه القضية الكبرى يجب أن تبرز وأن تكون هي المهيمنة والموجهة للأبحاث والدراسات التاريخية ولا يمكن أن يزعم إنسان يكتب التاريخ تاريخ البشرية أو يدرس التاريخ أو يدرس التاريخ أنه يحقق العبودية لله عز وجل من وراء عمله هذا إلا إذا كان جهده كله منصبا على تجلية هذه الحقيقة حقيقة لا إله إلا الله من خلال عرض واستعراض تاريخ أبناء آدم على نسق العرض القرآني ودراسة وكتبة تاريخ الأمة المسلمة منذ بداية نشأتها على عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا الحالي في ضوء التصور الإسلامي للدراسات التاريخية الذي رسم لنا ملامحة القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتم على النحو التالي وهو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم اعتمادا على المصادر الموثقة وحدها لأن الأخيرة شرط في تحقيق الغاية من المنهج التعريف بالله سبحانه وتعالى والواجب في حقه التعريف بالكون وكونه خلق طائعا منقادا لله عز وجل لأنه لا يمكن دراسة تاريخ الإنسان دون معرفة للكون الذي استخلف فيه التعريف بالمخلوقات التي خلقها الله في هذا الكون وواجبات كل منها والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وهي العبادة بمفهومها الشامل خلق آدم عليه السلام وبداية تكوين المجتمع المسلم وسمت هذا المجتمع والغاية التي من أجلها خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض مستخلفا فيها بعد أن زوده الله بكل مقاومات الخلافة من علم ومعرفة والدين الذي ارتضاه الله لآدم وبنيه ومن بعده وهو الإسلام وإعلامه بأن سيكون من أبنائه مهتد وضال مجتمع مسلم ومجتمع جاهلي هامش هذا الجزء من التاريخ هو الذي تعرضه المناهج التي تدرس حاليا في دور العلم على أنه تاريخ العصور الحجرية والتي أثناءها تطور الإنسان عبر ملايين السنين من الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعات مرورا بالقردة حتى وصل إلى صورته الحالية وأنه كان يعيش عيشة لا تختلف عن معيشة الحيوان ولم تكن قدراته العقلية تتعدى قدرات طفل بسيط بل ولم يكن يعرف الكلام ولم يكن يعرف اللباس وكان يأكل اللحم نيئة فلم يكن يعرف النار واستأنس الحيوانات البرية واخترع الزراعة واخترع اللباس واكتشف النار ولقراءة الهامش المطول هذا هو تاريخ الإنسان الذي نشأ من الخلية الحية في البرك والمستنقعات وزعم أنه لم يكن يعرف ربه فتخيل له آلهة على قدر مضوجه العقلي والفكري نتيجة مشاهدته للحيوان خائفا من الرعد والبرق بل واتخذ له زوجة وذرية بعد أن تأثر من مشاهدة الحيوان يتناسل ويتكافر بل واخترع لغة الكلام بعد أن ضاحظ الحيوان يناجي الحيوان هذا هو تاريخ الإنسان الحيوان الذي خلق وترك هملة فلم يكن يعرف له ربه ولم يكن يرتضي له دين ولم يعرف له غاية ولم يرسل إليه رسل يعرفونه بأن له خالق وأنه قد ارتضى له دين ولقراءة الهامش المطول هذا الجزء من التاريخ المشوه المزيف المحرف والذي يدرس الآن في دور العلم ويطلق عليه اسم تاريخ العرب قبل الإسلام تاريخ الشرق الأدنى القديم تاريخ اليونان والرومان تاريخ عصر ما قبل التاريخ وفجره انظر تفصيلات هذا العرض بمراجعه ومصادره في بحثنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ الرسالة الثانية انتهى الهامش عرض لقضية الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية أبناء آدم وأنه صالح لكل زمان ومكان ودراسة تاريخ وحضارة الأمة المسلمة بداية بنوح عليه السلام حتى عصرنا الحاضر ويمكن تقسيمه على النحو التالي تاريخ الأمة المسلمة في العراق وفي جزيرة العرب وفي مصر وبلاد الشام وإيران وتركيا وبلاد اليونان والروم منذ عهد سام وحام ويافث أبناء نوح عليه السلام وحتى وحتى قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مع عرض لفترات الانحراف التي نجح الشيطان وحزبه فيها في اجتيال أبناء المسلمين عن دينهم ورصب صورة لتلك الانحرافات التي كانت تغشى تلك المجتمعات تاريخ الأمة المسلمة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى وفاته تاريخ الأمة المسلمة على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تاريخ الأمة المسلمة على عهد الخلافة الأموية تاريخ الأمة المسلمة على عهد الخلافة العباسية تاريخ الأمة المسلمة على عهد خلافة آل عثمان تاريخ الأمة المسلمة منذ انهيار خلافة آل عثمان وأثناء عرض تاريخ الأمة المسلمة على مدار الزمان يتعرض المنهج لعلاقات بالشرق والغرب علاقتها باوروبا في عصر الدولة البيزنطية وفي عصر ما يسمونه بالنهضة وفي عصرها الحديث وهنا يبرز عامل الصراع وحقيقته بين الامة المسلمة التي تريد ان تحكم حياتها وحياة البشرية بالمنهج الرباني والتي تريد ان تكون كلمة الله هي العليا وان تكون كلمة الذين كفروا هي السفلة وبين المجتمعات الصليبية اليهودية الكافرة ومن خلال هذا تعالج الحروب الصليبية وتعالج قضايا الاحتلال للامم والشعوب كما تعالج ايضا قضايا الهجمة اليهودية الشرسة التي تستهدف الامة المسلمة ودينها وخيراتها ومقدراتها فيدرك الفتى المسلم والشاب المسلم والامة المسلمة حقيقة هذا الصراع وطبيعته بين حزب الله ممثلا في الامة المسلمة وحزب الشيطان الذي يقوم على اكتاف اليهود والصليبيين والملحدين دعاء من استعمار العالمي ويدرك حقيقة دوره والواجب الملقى على عاتقه وهو انه لابد ان يؤطن نفسه على جهاد طويل المدى حتى يستطيع بحول الله وقوته ان ينهي هذه الهجمة الاستعمارية اليهودية الصليبية الالحادية الشرسة ومن هنا تأتي اهمية تربية الانسان المسلم بالمنهج التاريخي من خلال استعراضه الوسيلة والكيفية التي واجه بها الصف المسلم الكيد الشيطاني كيف واجه محمد وصحبه والمسلمون الاوائل على مدار تاريخ الامة الهجمات اليهودية الصليبية الالحادية لكي يتعلم كيف يتصدى لها واثناء عرض تاريخ الامة المسلمة على مدار الزمان يتعرض المنهج لعلاقة الامة المسلمة بالمغول والتتار والقرامطة الباطنية وغيرهم من الشعوب غير المسلمة ومن خلال هذا العرض يبدو امام الناظر سمت المجتمع المسلم الواقع التطبيقي لهذا الدين الذي يجب على المسلمين ان يسعوا الى اقامته في الارض كلها وعلى الجانب الاخر المجتمع الجاهلي الذي يقوم على اكتاف اعداء المسلمين من اليهود والنصارى والملحدين وهنا يجب يظهر الاسلام كنظام حياة شامل يتمثل في واقع حي كنظام سياسي وكنظام اقتصادي وكنظام تعليمي وثقافي وكنظام عسكري كل هذا تمثل فعلا في واقع حي الى غير ذلك وهو بذلك يقدم الدليل من خلال التاريخ ان هذا النظام صالح لكل زمان ومكان وهنا يجب التركيز ايضا على بيان ان البشرية ابناء ادم لم تعرف المجتمع المتحضر الا في ظل المجتمع الاسلامي مع بيان ملامح المجتمع المسلم المتحضر وبيان مراكز الحضارة الاسلامية على مدار التاريخ واثرها في حياة المجتمعات البشرية المعاصرة الاخرى على ان لا يغيب عن اذهاننا دائما ونحن نعد المناهج التفصيلية القضية الكبرى التي من اجلها خلق الانسان واستخلف في الارض وعبدوا الله ما لكم من اله غيره وانه من اوجب واجبات الامة المسلمة حكاما ومحكومين رعاة ورعية دعوة البشرية الضالة الى عبادة الله وحدة بكافة طرق الدعوة التي بيانها الله للامة المسلمة وكذلك يجب ان لا يغيب عن اذهاننا ونحن نعد المنهج جملة مبادئ اساسية واحد ان الامة المسلمة بمقاوماتها العقدية والحضارية هي صاحبة الدور الاول في تاريخ البشرية لانها هي الامة الشاهدة وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداء والامة الوسط هي التي تقيم حياتها وحياة البشرية بالمنهج الرباني وبالتالي فان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقبل من الامة المسلمة ان تكون في الذيل او المؤخرة ولذلك فان ضعفها الطارئ لا يقلل من قيمتها ووزنها على اعتبار انها صاحبة رسالة وهي خير امة اخرجت للناس اثنان عدم معالجة قضايا الامم الاسلامية من منطلق قومي عنصري فاغتصاب ارض فلسطين قضية اسلامية واحتلال الروس لارض الاسلام مع قهر الشعوب المسلمة بالحديد والنار لردهم كفارا بعد ايمانهم هي قضية اسلامية عز مستمع هذا يشمل افغانستان وكذلك جميع الدول المسلمة التي كانت واقعة تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا قضية الاقليات المسلمة المضطهضة في العالم هي قضية اسلامية احتلال الروس لارض افغانستان قضية اسلامية اي انها قضية الاسلام المحارب المهان الذي يجب ان يقود مع تأصيل هذه المشاكل او القضايا تأصيلا اسلامية اي انها ليست مشكلة ارض منتصبة ولكنها قضية ارض يجب ان يقوم عليها حكم الله ثلاثة تتبع دور الجهاد في حياة الامة المسلمة على مدار الزمان وبيان اهميته وانه فريضة ماضية وسنة الى يوم القيامة وان رزق الامة المسلمة قد جعل تحت ظل رمحها وانها ما تركت الجهاد الا ذلت وانه الوسيلة الربانية والمؤيدة لهذا الدين وانه لا سبيل امام الامة الى استعادة مقدساتها واقامة حكم الله في الارض الا اذا اخذت زمام المبادرة مجاهدة في سبيل الله وعلى هذا المفهوم الذي يبرز في المنهج يجب ان يتربى ابناء المسلمين اربعة ابرز خطورة الغزوة الفكرية الغربية التي تعرضت لها ديار الاسلام مع التصدي لها وبيان خطورتها خمسة بيان المنهج الاسلامي الذي يتعرض للهدف الذي يجب ان يتحقق من وراء الدراسة والبحث في تاريخ الامة المسلمة والوسائل التي تستخدم لتحقيق هذا الهدف ويدخل ضمنها اولا المسائل التي يجب ان تعالج في تاريخ الامم وحضارتها ثانيا سلامة النص او الوثيقة التاريخية ويدخل في ذلك المصدر والمرجع التي يعتمد عليها في كتابة تاريخ الامم وحضارتها وهذا يحتاج اساسا لعلوم الجرح والتعديل والفقه واصول الفقه الى غير ذلك من العلوم الشرعية التي تؤين على تحقيق هذا الجانب ثالثا الاسلوب الواجب اتباعه لمعالجة المادة العلمية بما في ذلك تحليل الاحداث واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم رابعا الشخص المناطبه اعداد الدراسات التاريخية والحضارية وتدوينها وتدريسها وتربية النشأ عليها وتقديم النصح من خلالها خامسا المعيار الذي يجب ان يستخدم في تقويم تاريخ الامم وحضارتها المبحث الاول المادة الاولى الله خالق كل شيء هانش هذه المادة التي تحمل التصور الاسلامي ضرورية لدارس التاريخ على اعتبار انه من العلوم الواجب تحصيلها شرعا على اعتبار انه من العلوم الواجب تحصيلها شرعا في مقابل التصور غير الاسلامي الذي تحمله المراجع غير الاسلامية ويحمله اناس يتحركون به والذي يدرس في المدارس والجامعات مثال ذلك تاريخ العالم لهامرتون معالم تاريخ الانسانية لويلز موسوعة تاريخ العالم للانجر موجز تاريخ العالم لويلز قصة الحضارة لديورنت وجميع المراجع التي كتبت عن التاريخ القديم العرب قبل الاسلام تاريخ العرب القديم الشرق الادنى القديم اليونان والرومان الى غير ذلك وانتهت الحاشية اذا المادة الاولى الله خالق بكل شيء او المدخل الى الدراسات التاريخية تعريف بالله سبحانه وتعالى وما يجب في حقه الكون بما فيه خلق من خلق الله عز وجل البداية الحقيقية لتاريخ الاسلام الكون كله طائع منقاد مستسلم لله عز وجل التصور الاسلامي عن الانسان والكون والحياة البداية الحقيقية للمجتمع المسلم الاول خلق ادم عليه السلام حياته في الجنة زواجه من حواء الشيطان يحاول ان يجتال ادم عن دينه ادم عليه السلام يأكل من الشجرة المحرمة عليه ندم ادم وتوبته نزوله الى الارض بداية الصراع بين الشيطان وحزبه ضد ادم وبنيه النصائح التي زود الله بها ادم قبل نزوله الى الارض الدروس المستفادة البداية الحقيقية لتاريخ الامة المسلمة الواقع التطبيقي لهذا الدين يبدأ بحياة ادم وزوجه وبنيه على الارض الغاية التي من اجلها خلق الله ادم وبنيه واستخلفهم في الارض بين قوسين العبادة بمفهومها الشامل الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لادم ولبنيه وللكون الاسلام ومن يبثغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين تاريخ دين الاسلام وبيان ان الدين الذي لا يقبل الله من الاولين والاخرين غيره هو الاسلام وانه الدين الذي بعث به جميع الانبياء والرسل وانه دين صالح لكل زمان ومكان كنظام اقتصادي وسياسي وثقافي وتعليمي الى غير ذلك بيان فساد مراجع ومصادر ما يسمى بالتاريخ القديم الذي كتبه المستشرقون اليهود والنصارى ومن عاونهم والذي يتبنى اتجاها معاديا للتصور الديني على وجه العموم والتصور الاسلامي على وجه الخصوص من باب معرفة سبيل المجرمين وليكون لدى الدارس المسلم حصانة فكرية من مناهج الاعداء المصادر والمراجع يمكن كتابة مرجع في هذا المنهج اعتمادا على اولا القرآن الكريم وما يتصل به من تفاسير تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كثير في ظل القرآن ثانيا كتب الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم فتح الباري لابن حجر العسقلاني وشرح صحيح مسلم ثالثا البداية والنهاية لابن كثير الهدف من دراسة هذه المادة تحقيق العبادة بمفهومها الشامل لله سبحانه وتعالى عن طريق معرفة الغاية التي من اجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والانس الانس الا ليعبدون والتعرف على سمات المجتمع المسلم الذي تقوم حياته على الاسلام والتعرف على هذا الاسلام الذي ارتضاه الله لابناء ادم على مدار تاريخهم والتعرف على طبيعة الصراع بين بني ادم وبنيه في جانب وبين شياطين الانس والجن في جانب اخر مع بيان دور المسلم في هذا الصراع وادراك ان الله سبحانه وتعالى قد اعلم ادم انه سيتعهد ابناءه اي ابناء ادم بالرسل من انا لاخر يردونهم الى ربهم ودينهم في مواجهة الكيد الشيطاني والتآمر العالمي المبحث الثاني ارض الرافدين منذ اقدم الدهور المادة الثانية او الامة المسلمة قبل بعفة محمد صلى الله عليه وسلم في العراق تاريخ الامة المسلمة منذ عهد ادم الى عهد موح عليه السلام عشرة اجيال كلها على الاسلام موطنهم الشيطان يجتال الجيل الاخير عن دين الاسلام ملامح الانحرافات التي طرأت على المجتمع المسلم الله سبحانه وتعالى يبعث نوحا رسولا الى اهل العراق سيرة نوح عليه السلام تعريف بهذا النبي الكريم الامة التي بعث فيها مدى التمكين الذي تحقق لهذه الامة في ارض الله الزمن الذي عاشت فيه تلك الامة ملامح التاريخ الفكري والعقيدي والاجتماعي لهذه الامة بعد انحرافها عن دين الله عز وجل بأثة نوح عليه السلام دعوته الى الاسلام الاسلوب الذي اتبعه نوح عليه السلام في دعوته موقف المجتمع من دعوة نوح عليه السلام ما بين مصدق ومكذب البلاغ الكامل المفاصلة الله سبحانه وتعالى يستأصل شأفة المشركين من قوم نوح ويمكن للمؤمنين الموحدين ابراز سنة الله في حياة الامم والشعوب التدمير على المجتمع المشرك بالطوفان التمكين للمؤمنين الذين يعبدون الله ولا يشركون به المجتمع المسلم بقيادة نوح عليه السلام الناجون من الطوفان ملامح ذلك المجتمع وفات نوح عليه السلام بداية الانحراف عن دين الله عز وجل ابناء نوح عليه السلام يتفرقون في الارض سام ابو العرب حام ابو الحفش ويافف ابو الروم ابناء نوح يربون مجتمعاتهم على الاسلام تاريخ بني ادم الذين سكنوا ارض الرافدين وما حولها منذ وفاة نوح عليه السلام حتى بداية رسالة ابراهيم عليه السلام بين قوسين ما تسمى بعصور ما قبل التاريخ عصر الدولة السومرية ثلاثة الاف عام قبل الميلاد الدولة الاكادية 2340 عاما قبل الميلاد عصر دولة اور الثانية 2125 عاما قبل الميلاد تتبع رواسب خط توحيد الله سبحانه وتعالى في حياة المجتمع الانحرافات التي وقعت في حياة المجتمع المسلم الذي اقامه نوح عليه السلام على ارض الرافدين الف انحرافات في العقيدة باء انحرافات في النظام جيم انحرافات في السلوك الى غير ذلك ميلاد ابراهيم عليه السلام ونشأته على ارض الرافدين الدعوة الى الاسلام الاسلوب الذي اتبعه ابراهيم عليه السلام في الدعوة موقع الدعوة والدولة والمجتمع من دعوة ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام يبلغ البلاغ الكامل ابراهيم عليه السلام يفاصل قومه ويبرأ منهم ومن الشرك الذي يباشرونه تعرض ابراهيم عليه السلام للابتلاء محاولة حرقه بالنار الله سبحانه وتعالى ينجي ابراهيم عليه السلام ومنعه وينزل الخسران بأهل الرافدين حسم قضية ابوة ابراهيم لاسحاق واسماعيل ومن الذبيح منهما الدروس المستفادة ومنها ابراز سنن الله الثابتة في حياة الامم الف التمكين للمؤمنين الموحدين باء التدمير على الكافرين والمشركين جيم منهج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الى غير ذلك مجتمع الرافدين بعد رحيل ابراهيم ونوط عليه السلام الغزو العيلامي والاموري الدولة الكادية والاشورية وبابل الكلدانية وبه انحرافات عقيدية شرك اتخاذ الارباب الهى ادعاء الالوهية الاستعلاء في الارض بغير الحق انحرافات في السلوك شبهات حول تاريخ الرافدين فيما يتصل بالدين والرسالات السماوية والشريعة والطوفان اثارها كتاب تاريخ ارض الرافدين وتهدف الى هدم التصور الديني عموما والتصور الاسلامي العقيدي بين قوسين اختيار نماذج مع دحطها في ضوء التصور الاسلامي للدراسات التاريخية المصادر والمراجع يمكن كتابة مرجع في هذه المناهج اعتمادا على اولا القرآن الكريم وما يتصل به من تفاسير جامع البيان عن تأويل اي القرآن الجامع لاحكام القرآن تفسير القرآن العظيم ثانيا كتب الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم فتح الباري لابن حجر العسقلاني شرح صحيح مسلم ثالثا البداية والنهاية لابن كفير رابعا الشرق الادنى القديم مصر والعراق بين قوسين مع وضع ضوابط معينة فيما يتصل بالاعتماد على النصوص القديمة المأخوذة من الكتاب هامش بديل عن منهج تاريخ الشرق الادنى القديم الذي يعرض تاريخ الامة المسلمة على انه تاريخ جاهلي محض لا اثر فيه للاله ولا النبوات ولا الرسالات انتهت الحاشية وانتهى الشرق التاسع من كتاب منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف وهو من سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ تحت العنوان نحو تأصيل اسلامي للتاريخ المنهج تأليف الدكتور جمال عبدالهادي محمد مسعود الاستاذ المساعد بقسم التاريخ الاسلامي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة ام القرى والدكتورة وفاء محمد رفعة جمعة الاستاذة المساعدة بقسم التاريخ الاسلامي طالبات كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة ام القرى وهي الطبعة الاولى سنة ست وثمانين وتسامئة والف ميلادية الموافق لسنة ست واربعمائة والف هجرية والصادرة من دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة جمهورية مصر العربية بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه الماتة منهج كتابة التاريخ الاسلامي لميذا وكيف من سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ نتابع القراءة في الفصل الثالث التصور العام المقترح لمواد التاريخ الاسلامي في ضوء التصور الاسلامي المبحث الثالث جزيرة العرب منذ اقدم الدهور هامش بديل عن منهج مادة عرب قبل الاسلام انتهى الهامش المادة الثالثة الامة المسلمة قبل بحثة محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية تمهيد سكان الجزيرة العربية ينتصدون الى سام بن نوح عليه السلام مجتمع الجزيرة كان يقوم مؤسسا على الاسلام الانحرافات التي طرأت على مجتمع الجزيرة بعد وفاة سام بن نوح بزمن طويل ألف عقدية باء سلوكية التقدم الناديو الذي كان عليه سكان الجزيرة قبل بحثة هود عليه السلام ألف العاديون قوم هود عليه السلام وموطنهم بالاحقاف جنوب الجزيرة العربية علاقتهم بدولة معينة باء السموديون قوم صالح عليه السلام وموطنهم الحج بوادي القرى دين اهل مدين قوم شعيب عليه السلام دال اخبار دولة سبق قبل اسلامها وبعد اسلامها وعلاقتها بالدولة الاسلامية التي كانت عاصمتها بيت المقدس على عهد سلينان عليه السلام سنة خمسين وتسعمائة قبل الميلاد ثم اخبار الدولة الاسلامية السبقية بعد ارتدادها عن دينها وتمزيق اهلها كل ممزق كما اخبر بذلك القرآن الكريم هاء اخبار مكة المكرمة وبيت الله العتيق وحرم الله الامن منذ بداية تاريخها واو تاريخ الامة المسلمة في حرم الله الامن على عهد ابراهيم واسماعيل وذبيتهم المسلمة زي اخبار اصحاب الاخدود وعلاقتهم بالدولة الحميارية حاء تتبع اخبار الاحناف في جزيرة العربي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم طاء اخبار اصحاب الفيل ومحاولة ابرهة الحبشي غزو مكة وهدم الكعبة بعد احتلال جنوب الجزيرة العربية لا احوال جزيرة العرب الفكرية والاعقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ اقدم الدهور وحتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بجزيرة العرب وتاريخها الهدف من دراسة المادة تحقيق العبادة الشاملة لله عز وجل عن طريق اولا اثبتوا ان الامة المسلمة منذ اقدم الدهور بداية بادم عليه السلام ومرورا بنوح وابراهيم وهود وصالح وشعيب وسلم الى زمن محمد صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها هي خير امة مخرجة للناس وهي صاحبة الدور الاول في تاريخ البشرية وهي الامة الشاهدة القادرة بحول الله وقوته ان تسير حياتها وحياة البشرية بالمنهج الرباني الذي انزل على رسولها وان ميراث الامة المسلمة العقدي لم تعرف البشرية مثيلا له وان تنحية هذا الميراث يؤدي للبشرية الى التربي من القمة السامقة الى المستنقع الاسم ثانيا ادرك حقيقة دور الاسلام وطبيعته وانه الدين الواحد الذي جاء به رسول الله الكرام منذ اقدم الدهور بما في ذلك هود وصالح وشعيب وابراهيم واسماعيل عليه السلام حتى ندرك ان الجزيرة العربية لم تعرف رسولا يدعو الى شيء سوى الاسلام ثالثا تتبع اعمال الهدم والبناء التي قام بها الاسلام في حياة الجزيرة العربية منذ اقدم الدهور ثلاثة الاس عام قبل الميلاد وذلك يستلزم التعرف على الافكار والعقائب التي كانت تنقها الاقوام الذين سكنوا جزيرة العرب والتعرف على الانظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لنرى التغيرات والتفاعلات التي طرأت على تلك النظم التي كانت سائدة في تلك المجتمعات ان دراسة هذه التفاعلات والتغيرات في ضوء المنهج الاسلامي كفيرة بان تنشئ صورة للعالم الانساني وخطواته مختلفة قليلا او كثيرا عن الصورة التي اعتاد غير المسلمين ان يرسموها والتي اعتد من نحن ان نراها هذه الدراسة مثلا ممكن ان تعين الدارس المسلم في معرفة كيف حورب الاسلام وكيف حارب الشرك في حياة الجزيرة على مدار تاريخها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف حاول ان يضبط معاملات الناس وسلوكياتهم مع نهج الله القوين وكيف وجدت هذه الامور معارضة شديدة من الراغبين في سير الحياة بعيدة عن ننهج الله وشرعه 4 تتبع الرسالات السماوية في حياة الجزيرة العربية ومن كان له شرف حمل هذه الرسالات وما هي سيرته وما هو موضوع تلك الرسالات وإلى أي دين دعت هذه الرسالات وما هو موقف المجتمعات من دعوة الرسل عليهم السلام وطبيعة الصراع الذي جرى حول موضوع الرسالات وهو صراع بين الحق والباطل والنتائج التي اثر عنها ذلك الصراع والدروس المستفادة من خلال عرب في هذه الدراسات وذلك يستلزم منا الإلمان بالحالة التي كانت عليها المجتمعات في جزيرة العرب في ظل دعوة الرسل من الناحية الفكرية والعقائدية والاجتماعية والسلوكية الى غير ذلك بما في ذلك مدى التقدم العلمي الذي كانت عليه تلك المجتمعات خامسا ادرك حقيقة وطبيعة دور الامة المسلمة ورسالتها في الماضي والحاضر حتى يمكن تحديد دورها الذي يجب ان تقوم به في حاضرها ومستقبلها مع رسم صورة صحيحة للمجتمع المسلم الذي يجب ان يسعى المسلمون الى اقامته في واقع المجتمعات البشرية وصورة صحيحة للمجتمعات الجاهلية التي يطالب المسلمون بدعوتها الى الاسلام لاعادتها الى ربها سادسا تبليل سنن الله الكونية الثابتة في حياة الامم التي سكنت الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لندرك اسباب التنكين الرباني للامم في الارض وصور هذا التنكين ولمدرك ايضا اسباب تنحية الامم عن مواقع القيادة والصدارة ولمدرك كذلك ان الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر وانه مهما قدر للظلم ان يعلو ولدولة الظلم ان تعلو فهي حتما الى دمار لان الظلم عواقبه وخيمة فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقبون بها او اذان او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يتضح ذلك مثلا من خلال العلم بتدمير المجتمع العدي الذي كان يقوم على الشرك بالله وكان يقوم على اكتاف الملأ من القوم الذين كذبوا بالاخرة واطمأنوا بالحياة الدنيا وانغنسوا في حياة الطرف وسخروا اقلامهم وامكان مياتهم واعوانهم للصد عن سبيل الله يتضح ذلك جليا من خلال العلم بتدمير المجتمع الثمودي المشرك الذي وقف في وجه الدعوات الاسلامية نبيها واتبائها رغم ان الله سبحانه وتعالى قد انعم عليهم بالنعمة الظاهرة ومكن لهم في الارض وبدلا من ان يستجيبوا لداء الله واشكروا الملعن نجي انهم قعدوا بكل طريق يصدون الناس عن سبيل الله ان دراسة تاريخ المجتمع الثمودي الذي وقف في وجه دعوة الاسلام التي حملها صالح عليه السلام يعكس لنا كفرا بنعم الله التي انعم بها عليهم من اموال وبنين وجنات وعيون بالاضافة الى التمكين في الارض يتضح ذلك جليا من خلال معرفة تاريخ الدولة السبائية التي مكن الله لها اولا بسبب ايمانها ثم نحاها عن القيادة ودمرها بسبب كفرها لقد كان لسباء في مسكنهم آية جنة معين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بندة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازيه الا الكفور سابعا اثبت ان الامة العربية تعز وتقوى ويكون لها الدور الكيابي في حياة البشرية اذا ما تنسكت باسلامها عقيدة وشريعة وتذل وتخزى وتفقد خيريتها عندما تعرض عن كتاب ربها وسنة نبيها يطبح ذلك جليا من بعثة تاريخ الامم وشعوب التي سكنت جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان العرب المناظرة عمالا من قبل الفرس وكان العرب الغساسنة عمالا من قبل الروم يحرثون مستعمراتهم الشرقية وكثيرا ما تقاتل المناظرة والغساسنة من اجل قوتين الفرس والروم العربي يقاتل العربي من اجل الفارسي والرومي اي انه لم تكن للعرب قوة يحسب حسابها لم يكون يشكلون امة مترابطة متساندة ولكنهم كانوا عمالا لكلت القوتين واستمر الحال هكذا الى ان اكرم الله سبحانه وتعالى امة العرب الذين اسلموا وصاروا قوة لا يستهنوا بها بعد انضباط حياتهم مع كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا من جزيرة العرب ليسقطوا اكبر دولتين في ذلك الزمين دولة الفرس ودولة الروم وليرفع راية التوخيب على تلك البقاع وذلك يعني انه لا مخرج للامر المستضعفة الان الا بالاسلام اذا رغبت ان تعود اليها مرة اخرى خيريتها الاولى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثامنا عرض المنهج عير الاسلامي المستخدم في تدمين احداث التاريخ لجزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مع تقويمه في ضوء التصور الاسلامي للدراسات التاريخية وسوف يؤدي بنا ذلك حتما الى الحذر الكامل لا من تولي هذه الدراسات على عيلاتها بل من تولي المنهج الذي قامت عليه او محاولة اتباعه في الدراسات التاريخية الاسلامية تاسعا اثبت ان النظرة والبحوث الغربية غير الاسلامية لتفسير احداث التاريخ في ضوء المذاهب السياسية والاجتماعية كاماركسية مثلا تحوي تفسيرا خاطئا وناقصا للاحداث التاريخية المصادر والمراجع يمكن كتابة مرجع في هذا المنهج اعتمادا على القرآن الكريم وما اتصل به من كتب التفسير جامع البيان الجامع الاحكام القرآن تفسير القرآن العظيم كتب الحديث وشرحها صحيح ابي عبدالله البخاري صحيح المسلم فتح الباري شرح صحيح المسلم كتب التاريخ تاريخ الطبري البداية والنهاية لابن كفير مصادر ثانوية الادب العربي الشعر والنثر شرح المعلقات السبع اطوال الجاهلية المستقصى من امثال العرب للزمغشري كتب اللغة العربية القواميس كتاج العروس القاموس المحيط لسان العرب كتب الجنرافية صفة جزيرة العرب الهمداني معجم مستاجم للبكري معجم البلدان لأبكوت الحنوي المبحث الرابع مصر منذ اقدم الدهور المادة الرابعة الامة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ارض واد المين مصر اهل مصر ينتسبون الى سان محام ابن نوح عليه السلام ابناء مصر كغيرهم من بني ادم كانوا مفتورين على الاسلام الرسالة السماوية الى شعب مصر رسالة يوسف عليه السلام حالة المجتمع المصري قبل رسالة يوسف عليه السلام بين قوسين عصر ما قبل الاسرات عصر بداية الاسرات عصر الدولة القديمة عصر الابنحنال الاول عصر الدولة الوسطى وذلك لبيان اولا رواسب خط توحيد الله في حياة المجتمع ثانيا ملامح الانحرافات التي وقعت في حياة الناس انحرافات عقدية تتمثل في الشرك بالله ادعاء الاروهية اتخاذ الارباب الكبر ادعاء حق وضع النظام الذي تسير عليه الامة انحرافات في السلوك الى غير ذلك وصول يوسف عليه السلام الى مصر التعريف بيوسف عليه السلام يوسف يتعرض للابتلاءات المتكررة الابتداءات لا تمّع من الدعوة الى الله يوسف عليه السلام يدعو الى الله يوسف عليه السلام يصبح عزيزا لمصر حكم الله يقوم على ارض مصر قدوم يعقوب اسرائيل والابنائه الى مصر و البنائه الى مصر حالة المجتمع المصري بعد وفاة يوسف وقبل بعفاة نوسى م different الدولة الحديثة والتي تشمل الاسرات من السابعة عشر الى الالآشرين الانحرافات التي طرأت على المجتمع المصري انحرافات عقدية تتمثل في الشرك بالله ادعاء الالوهية ادعاء حق التشريع مطاردة الاسلام واهله ومحاولة استئصال شعفتهم ان وجدوا انحرافات سلوكية الى غير ذلك ميلاد موسى عليه السلام نشأته في بيت فرعون المصر قتل القبطي خروجه الى ارض مدين عودته الى مصر بأفته الى فرعون موسى يدعو فرعون وقومه الى الاسلام موقف المجتمع المصري النظام الحاكم والامة من دعوة موسى عليه السلام موقف موسى عليه السلام ومن معه حيال الموقف العدائي من نظام الحاكم الفرعوني اهلاك الحاكم الفرعوني وجنوده واستخلاف موسى ومن معه من بني اسرائيل المسلمين حالة المجتمع المصري بعد خروج موسى ومن معه من مصر بين قوسين العصر المتأخر الاسرات من الواحدة والعشرين الى الثلاثين ملامح الانحراف رواسب خط التوحيد همش وهو بديل عن المنهج المسمى بتاريخ الشرق الادنى القديم الذي يعرض تاريخ الامة المسلمة في مصر على انه تاريخ وثمين جاهلي ومحط لا اثر فيه للاله ولا المبوات ولا للرسالات ولا للملائكة الى غير ذلك انتهى الهمش شبهات حول تاريخ مصر منذ اقدم الدهور فيما يتصل بالانسان والدين والغاية التي من اجلها خرق الانسان وانماط حياته ومدنياته التي اثرها كتاب التاريخ القديم وتهدف الى هدن التصور الاسلامي العقدي واقامة تصور الجاهلي الشركي مكانة مع ضخضها ورد عليها في ضوء التصور الاسلامي المصادر والمراجع التي ذكرت في نهاية المادة الثانية في الصفحة السابعة عشر بعد المائتين المبحث الخامس بلاد الشام منذ اقدم الدهور همش بدلا من تاريخ الشرق الادنى القديم الذي يحطم الدين عموما والاسلام على وجه الخصوص انتهى المادة الخامسة الامة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام سوريا وفلسطين انتساب اهل الشام الى سام بن نوح اهل الشام اهل الشام كانوا مفتورين على الاسلام اهمية ارض الشام تاريخ المسجد الاقصى واهميته في الاسلام وصول ابراهيم و لوط عليهما السلام الى الارض التي بارك الله فيها للعالمين رسالة لوط عليه السلام الى اهل سادون وعمورية احوال المجتمع الذي بعث فيه لوط عليه السلام قبل الرسالة انحرافات في العقيدة انحرافات في السلوك لوط عليه السلام يدعى قومه الى الاسلام موقف المجتمع الشامي من دعوة روت عليه السلام تدمير المجتمع المنحف ونجاة المسلمين الموحدين تحقيق موقع قرى روت عليه السلام الدروس المستفادة إبراهيم عليه السلام يتلقى البشرة بمولد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام وأن الله سيجعل منهم أئمة يدعون إلى الخيرات تعريف بإسحاق عليه السلام وهم يعقوب عليه السلام يعقوب هو إسرائيل تعريف بابناء يعقوب عليهما السلام الاصباط المسلمين رحيلهم الى مصر موت يعقوب ويوسف عليهما السلام اضطهاد بني اسرائيل خروج بني اسرائيل من مصر في طريقهم الى بلاد الشام الانحرافة التي تعصف بكيامهم اتيه في سيناء يوشى ابن مون يقود المسلمين المجاهدين الى بيت المقدس اخراج بني اسرائيل من بيت المقدس بسبب معاصيهم توبة بني اسرائيل وعودتهم الى بيت المقدس بقيادة طالوت الملك المسلم الصراع بين المسلمين بقيادة طالوت وبين جيش الكافرين بقيادة جالوت المسلمون ينزمون جالوتا ودمودا الله يكافئ داودا النبي المسلم المجاهد بالملك والنبوة على ارض الشام الدروس المستفادة التمكين في الارض للمؤمنين الموحدين سنة من سنة الله ثابتة في حياة الامم سمت الامة المسلمة الممكن لها في الارض تأمر بالمعرفية تنهى عن المنكر مجاهدة الى غير ذلك من الصفات تنحية الامة المسلمة عن موقع القيادة حينما تفقد خيريتها الدولة الاسلامية في بيت المقدس وسيرة داود عليه السلام وفاة داود عليه السلام الدولة الاسلامية في بيت المقدس وسيرة سليمان عليه السلام علاقة دولة سليمان بدولة سبأ التي كانت قائمة في جنوب الجزيرة العربية المجتمع الشامي بعد وفاة سليمان عليه السلام الاراميون الاموريون الفينيقيون وقوع بلاد الشام فريسة لاحتلال الاوروبي اروني احتلال قدس عام 64 قبل الميلاد ميلاد وبعثة عيسى عليه السلام بارض الشام عيسى عليه السلام يدعو بني اسرائيل الى الاسلام المؤيدات التي صاحبت عيسى عليه السلام في دعوته بني اسرائيل يتأمرون لقتل عيسى عليه السلام رفو عيسى عليه السلام ما ورد في نزوره مرة اخرى الى الارض قبل يوم القيامة انتقام الله سبحانه وتعالى من بني اسرائيل الدروس المستفادة بلاد الشام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية الاعقبية والسياسية والاجتماعية الى غير ذلك احتلال الاوروبيين لبلاد الشام وخاصة القدس المظالم التي انزلها الوري باهل الشام ولعله من باب تسليط الظالمين على الظالمين نتيجة الحراف اهل الشام عن دينهم ورفضهم دعوة نبيهم عيسى عليه السلام وقتلهم الانبياء بغير حق شبهات حول تاريخ الانبياء الذين بعثوا في بلاد الشام والدين الذي دعوا اليه اثارها كتاب التاريخ القديم من يهود ونصارى ومنح نحوهم مع دحضها والرد عليها في ضوء التصور الاسلامي للدراسات التاريخية المصادر والمراجع السابق رصدها بالنسبة للمنهج الثاني المبحث السادس اوروبا منذ اقدم الدهور المادة السادسة الامة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في اوروبا اليونان والروم الى من ينتسب ابناء اوروبا الى ياسس ابن نوح عليه السلام الانحرافات التي وقعت في المجتمع اليوناني والرومي نتيجة مرقه من دين الله عز وجل الى انحرافات عقدية تتمثل في الشرك بالله واتخاذ الارباب من دون الله تأليه الحكام مثل قيصر واوغسطس وغيرهم والدعاء حق التشريه با انحرافات في النظام السياسي تغيير شكل الحكم الوصول اليه عن طريق الانقلابات العسكرية او شراء ذنة الحرس الكريتوري مماثرة ممارسة الاسلوب الديكتاتوري في الحكم وضع القوانين لاصلاح احوال المجتمع مثل قوانين سولو وموصوعة جستيا القانونية هذه القوانين لم تجد الناس الا حيرة وضلالة دين انحرافات في النظام الاجتماعي التبقية الناس درجات المواطن الاول له كل الحقوق والمواطنين ليس لهم حقوق دين انحرافات في السلوك الفساد الاجتماعي الزنا شرب الخمر اللواط الاجهاد ها انحرافات في النظام الاقتصادي التعامل بالربة الضرائب قاصمة الظهور عدم سد القروض يؤدي بالمدين الى الوقوع في يد الدائم يفعل به ما يشاء مزاعم وشبهات حول التاريخ الاسلامي اثرها كتاب تاريخ اليونان والرون بحث هذه الشبهات ورد عليها من خلال التصور الاسلامي من هذه المزاعم ان الدين الاسلامي هو مزيد من الديانة الهيونية والعبرية ان النظام الحكم في الاسلام مجني على المنظميات السياسية اليونانية ان الديمقراطية اليونانية نظام الاسلامي وهي اصلح نظاما للحكم في عالمنا المعاصر ان الحضارة اليونانية هي الاساس الذي قامت عليه الحضارة الاسلامية اثبات ان التراف اليوناني والرومي الفكري والعقدي كالفلسفة مثلا يمثل نكسة في الفكر الانساني لعدم اتزامه بالهدي الرباني وانه قد ترتب على ترجمة هذا الفكر الى العربية في عهد الخليفة المأمون ظهور الفكر الالحادي والمدارس الالحادية في بلاد المسلمين وظهور الفرق كالباطنية والمعطلة واخوان الصفا والمعتزلة والجهمية وظهور المبدأ القائل بخلق القرآن وظهور التصوف كما ترتب على ذلك النقل والترويج لفكرة الصراع بين البشرية والالهة والفصل بين الدين والعيم وظهور المبدأ الماركسي الشيوعي وادى ذلك في النهاية الى تقويد بنان الخلافة العباسية فقد جاء التطار ووجد الامة مهيئة للسقوط بعد تخريب فكرها اثبات ان اتجاهات الفلسفة بجمتها واتجاهات تفسير التاريخ الانساني بجمتها واتجاهات علم النفس ومبحث الاخلاق واتجاهات دراسة الادين المقارن واتجاهات تفسير المذاهب الاجتماعية بجمتها هذه الاتجاهات كلها هي الفكر الجاهلي وغير الاسلامي الذي يعتمد على اصول معتقابية وفكرية يونانية ورونية ومعظمها ان لم يكن كلها يتضمن في اصوله المنهجية اعداء ظاهرا وخفيا للتصور الديني جملة والاتجاه الاسلامي على وجه الخصوص اثبات ان الاستعمار الاوروبي العسكرية والسياسية والاقتصادي ليس وليد اليوم او الامس القريب ولكنه يرجع الى زمن بعيد ويرتبط بتاريخ اليونان والرون اثبات عجز مبدأ الوطنية والقومية في التأليف بين اوناء ابناء اوروبا اليونان والرون اثبات ان اوروبا لم تكن في يوم من الايام صاحبة الدور الاول في تاريخ البشرية مهما تقدمت مادية ومهما سيطرت وعلى العكس من ذلك كانت الامة المسلمة خير امة اخرجت للناس ديال فساد مراجع ومصادر ما يسمى بالتاريخ القديم اليوناني والروني لانها تتبنى اتجاه معادية للتصور الديني جملة وللتصور الاسلامي على وجه الخصوص من باب معرفة سبيل المجرمين وليكون لدى الدارس المسلم حصانة فكرية ثم من مناهج الاعداء المصادر والمراجع يمكن كتابة مرجع في هذا المنهج اعتمادا على اولا القرآن الكريم ومن يتصل به من تفاسير تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كثير في ظلال القرآن وهكذا ثانيا كتب الحديث صحيح البخاري فتح الباري ابن حجر وغيره ثالثا تاريخ الرسل والملوك البداية والنهاية رابعا بعض الوسائق اليومانية واللاتينية المترجمة الى العربية من كتب المحدثين الهدف من دراسة هذه المادة اولا اعتزاز المسلم باسلامه حينما يرى صورة الشقاء الذي كان يعيشه المجتمع الاوروبي اليوماني والروماني نتيجة شركه بالله عز وجل وعدم اخضاع حياته لنظام الله وشرعه ثانيا حقيقة الدول الذي يمكن ان يؤديه الاسلام في انتشار البشرية من الضلال والضياء الذي تعيشه ثالثا اهمية ابلاغ دين الله للبشرية لان المسلم سيسأل عنها يوم القيامة كل في حدود امكانياته وعلى قدر التمكين الذي تحقق له في الارض رابعا تكوين الحصارة الفكرية والعقدية لدى المسلم ضد النبادئ الهدامة كالمركسية والديمقراطية وغيرها الجزء الثالث المبحث الاول مفهوم العلم ومنهج تلقيه في الشريعة الاسلامية والتعرف على بعض الشرائط الواجب مناحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا العلم ضد الجهل وقد وقع خلاف طويل في وضع حد الله هامش اي تعريف الحد هو التعريف وهذا المبحث والذي يريه من تأريف محمد بن صامر العلياني السلمي المخاضر بقسم التاريخ الاسلامي بجامعة ام القرى انتهى العلم ضد الجهل وقد وقع خلاف طويل في وضع حد الله كما يقول الزبيدي هامش هو محمد بن محمد بن مرتضى لروي محدث كثير التصانيف من ادوارها تاج العروس شرح القانوس توفي سنة خمس ومائتين والف بالهجرة انظر الاعلام للزركل في الجزء الثاني للصفحة السبعين انتهى حتى قال جماعة انه لا يحد لظهوره وكونه من الضروريات وقيل لصعوبته وعصره والام من ودهم ضربان نظري وعملي فمظري هو الذي اذا علم فقد كامل نحو العلم موجودات العالم والعملي هو الذي لا يتم حتى يعمل به كالعلم بالعبادات وكافة الاوامر الشرعية هامش الزبيديو في تاج العروس الجزء الثاني من صفحة الخامسة بعد الاربعين انتهى والعلم من وجه اخر شرعي وغير شرعي واذا ورد مطلقا في الكتاب او السنة فانما يراد به العلم الشرعي مثل قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات سورة مجدلة وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورة الزمر ومثل قوله تعالى طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث حسن رواه ابن ماجه برقم 24 ومائتين انظر شرح السنة للبغوي في الجزء الاول الصفحة التسعين بعد المائتين وقوله فيما رواه ابو غريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلكمس فيه علم سهل الله له به طريقا الى الجنة جزء من حديث الرواه مسلم برقم 66 و600 بعد الالفين في الصفحة الرابعة تقسيم 74 بعد ثلشة الالف انتهى الهمش فلفظ العلم في هذه الايات والاحاديث يراد به العلم الشرعي هامش يرجع في هذا بابن عبدالبر جامع بيان العلم وفضله باب معرفة اصول العلم وحقيقته ومن الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقة انتهى او ما يكون خادما وموصرا للعلم الشرعي كعلم العربية والعلم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا كما قد يكون حقا وقد يكون باطلا فلذي يرد في القرآن الكريم عن سنة النبويها او في كلام السلف في سياق المدح والحث على طلبه والعلم الشرعي والعلم النافع والعلم الحق اما غير ذلك فقد يكون ضارا او غير نافع لاصحابه اندى الله تعالى قال تعالى فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مذلغهم من العلم سورة النجم وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون سورة الروم وقال عز وجل فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرقوا بما عندهم من العلم سورة غافر فقد اثبت الله سبحانه وتعالى في الايات السابقة ان عندهم علم ولكنه لم ينفعهم ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ابن عبدالبر جامع بيانا من العلم وفضله في الصفحة الخامسة عشر بعد المائتين واشهد له الحديث الذي بعده وكان يقول في دعائه اللهم اني يعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها روه المسلم انظر الصحيح في الجزء الرابع في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الالثين فالعلم الذي يطلب من العبد تعلمه سؤون على سبيل الوجود ام الاستحباب هو العلم النافع الذي يوصل الى الحق ويبعد عن الضلال والباطل واشرف العلم ما كان دالا على الله سبحانه وتعالى وموصلا الى معرفته وتوحيده يقول الامام ابن القيم هانش وشنف الدين محمد ابن ابي بكر امام معروف له مصنفات نافعة منها اعلام الموقعين وازاد المعاد واغاثة اللهفان توفي ابدمشق سنة احدى وخمسين وسبعمائة هجرية ويذكر الكتاب كذلك باسم اعلام الموقعين انتهى الامش يقول الامام ابن القيم ان العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهوتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق اليه والانث به فكأنه لم يظفر بلذة ولا معين ولا قرة عين هانش ابن القيم اغاثة اللهفان لزول اول الصفحة الثانية انتهى والعلم النافى والذي يتوسل به الى عبادة الله سبحانه وتعالى حسب مفهوم العبادة الشامل كما حدده قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شهيك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سورة الامعان فالعبادة حسب المفهوم القرآني منهج حياة كامل شامل هانش عرف شيخ الاسلام ابن تيمية العبادة بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة انظر رسالة العبودية له في الصفحة الثانية والثلاثين انتهى الهانش نوصل القراءة في المبحث الاول من الجزء الثالث مفهوم العلم ومنهج التلقيه فالعبادة حسب المفهوم القرآني منهج حياة كامل شامل فهي تشمل الى جانب شعائر التعبد من الصلاة والصيام والذبح لله الحياة كلها بل والممات وقد جعلها الله سبحانه وتعالى الغاية من خلقه للجن والانس فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هانش سورة الذاريات الآية السادسة والخمسون وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء الآية السادسة والثلاثون فالعلم اذا لم يكن مؤديا الى هذه الغاية في وسائله واهدافه ونتائجه لا يعتبر علما نافعا بل اذا اجتمع في العلم خير وشر ولم يمكن حصور الخير الا بوضوذ الشر فانه يغلب جانب الحظر والمنع عملا بالقاعدة الشرعية الاصولية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هانش لبعض الفقهاء تفصيل في هذه القضية وهو انه لذا اجتمع الخير والشر وكان الشر غالبا فهنا يقدم المنع اما اذا كان الخير غالبا فانه المتسهل في الامر عملا بقاعدة موزنة بين المصالح والمفاسد انظر العز ابن عبد السلام قواعد الاحكام الدجو الاول الصفحة الثلاثة والثمانون والامدي الاحكام في اصول الاحكام الدجو الثالث الصفحة الرابعة والسبعون بعد المائتين وانتهى الهيمش واذا كان العلم في ذاته غير ضار لكنه يكون وسيلة الى محظور ولمنوع شرعا فانه يترك لكونه يقول الى محرم شرعا والوسائل تأخذ حكم الغايات وقاعدة سد الزرائع من قواعد الشريعة الواجبة الاعمال في مثل هذه المواطن فاذا تقرر ان الغاية الاساسية لحياة المسلم هي تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى وذلك باقامة منهجه في الارض وتحكيم شريعته كما هو مقتضى شهادة اللا اله الا الله محمد رسول الله همش للافتزادة في مفهوم العبادة انظر لابن تيمين العبودية من الصفحة الثامنة والثلاثين الى الصفحة الخمسين ولسيد قطل معالم في الطريق فصل لا اله الا الله منهج حياة من الصفحة الثانية والثمانين الى السادسة والتسعين وانتهى الهامش فان كل علم يؤدي الى هذه الغاية ويتعلم لهذا الهدف هو علم مطلوب وواجب على الامة تعلمه وجوب كفاية وقد يكون منها ما هو واجب عمي كمعرفة التوحيد واحكام العبادة والامة تأثن بعمومها اذا لم يتوفر العدد الكافي من ابنائها لمقابلة سد حاجاتها من المتخصصين في اي فرع من فرع العلم اللازم لها وينبغي الانتباه الى ان فساد المنهج الذي يتلقى به العلم يؤدي الى فساد الثمرة المعزوة من العلم فلابد من استقامة المنهج العلمي لكي نحصل على ثمرة العلم وفائدته وهذا امر واضح في كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة بسبب تشويه المنهج العلمي فيها او بسبب سوء القصد في القائمين عليها او بسبب الجهل بالشريعة لذا يجب على طالب العلم اتباع المنهج العلمي السديد الذي يؤدي الى الثمرة المطلوبة من العلم وهذا يحصل باخلاص النية والقصد لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته وبتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفضيل ابن عياض همش وفضيل ابن عياض ابن مسعود التميني الاربوعي من سادات التابعين ورعا وكان زاهدا عابدا ورعا جاور بمكة حتى توفي سنة سبع وثمانين ومئة خرج حديثه البخاري ومسلم وغيرهما انظر ابن حجر تهذيب التهذيب في الجزء الثامن الصفحة الرابعة والتسعين بعد المائتين انتهى الهمش قال الفضيل ابن عياض في معنى قوله تعالى والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل من سورة تبارك الاية الثانية احسن عمل اي اخلصه واصوبه فان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة همش ابن تيمية شرح حديث انما الاعمال بالنيات الصفحة الثانية عشرة ضمن مجموعة الرسائل الكمانية المجلد الثاني انتهى الهمش وعلى هذا دل قوله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى سورة الاقمان الاية الثانية والعشرين وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا سورة الكهف الاية العاشرة بعد المئة وذلك ان طلب العلم النافع عبادة من العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها العبد من ربه وهناك تلازم بين العمل والعلم فالعلم لازم لصحة العمل والعمل لازم للحصول على ثمرة العلم قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سورة محمد الاية التاسعة عشرة وقد دوذ الامام البخاري رحمه الله على هذه الاية في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل هامش الجامع الصحيح كتاب العلم الباب رقم عشرة انظر الجزء الاول في الصفحة التاسعة والخمسين والمئة من فتح الباري امتهى الهامش فالعلاقة بين العلم والعمل في القرآن الكريم وثيقة جدا كما ان لفظة العلم في القرآن والسنة ليست قاصرة على مجرد العلم بمعنى المعرفة بل تشمل العلم والعمل معا كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر الاية الثامنة والعشرون وليس المقصود بالعلماء هنا اولئك الذين يعلمون لمجرد المعرفة ولا يعملون بل الذين عملوا بما علموا وما الخشية التي حصلت لهم الا ثمرة العلم بالعمل يقول الدكتور محمد امين المصري ان شأن العلم ان يستلزم الايمان والايمان يستلزم العمل فان لم يكن هناك عمل كان العلم ناقصة وكان الايمان مختلأ فلقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعملون بعلمهم فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا سورة الدمعة الاية الخامسة الاية فالاية تعطي صورة حية ناطقة لمن لا يعمل بعلمه وتشير الى ان من العلم ما يخالط القلب ويمازج اجزاء النفس ومنه نوع يدخل الى النفس لكنه لا يؤثر فيها ولا يتأثر بها بل يبقى كسقط المتاع في زاوية من زوايا النفس وهذا اكبر من الجهل لان صاحبه يخدع الناظر اليه ويخدع نفسه فهو في ثوب العلماء ونفسه تنطوي على جهالة العمياء هنش محمد امين المصري المجتمع الاسلامي الصفحة الثامنة والسبعون انتهى وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلب العلم لغير العمل به كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو غريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة هنش عرف الجنة اي ريحها وهذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل في الصفحة الخامسة والستين وصححه الالباني وقال اخرجه احمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه انتهى فكل سعي المسلم يجب ان يبتغي به وجه الله حتى لا يكون يوم القيامة هباء منثورة كعمل الكفار الذين لا يؤمنون بالله ونقد جعت النصوص الكثيرة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من علماء السلف في الربط بين العلم والعمل وان العلم يقتضي العمل وذلك منهج من مناهج حياتهم هنش كتب الخطيب البغدادي كتابا لطيفا بعنوان اقتضاء العلم العمل جمع فيه الاثار المروية عن الصحابة والسلف الصالح في هذا المعنى انتهى ولهذا كان فهم السلف للعلم فهما يتميز بالشمول ويقترن بحاجات الامة ومصالحها ولم يكن اخذهم للعلم تزينا او تجملا به او الاخذ الترفية المفصولة عن الواقع او التلقي الذهنية الباردة المجرد عن العمل والحركة بل كان متسقا مع ايات القرآن الكريم من مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور سورة تبارك الاية الخامسة عشرة وقوله قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخرة ان الله على كل شيء قدير سورة العنكبوت الاية العشرون وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون سورة يونس الاية الواحدة بعد المئة وقوله تعالى وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض يستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب سورة هود الاية الواحدة والستون فالله يدعونا في هذه الايات وغيرها الى السير في الارض وعمارتها والى النظر فيها نظر تدبر وتفكر يؤثر في النفس وتنعكس اثاره في السلوك ولم تفصل الايات بين العلم والعمل ولا بين الدنيا والاخرة واننا كل ذلك ينبغي ان يعتنى به ويعمل له شريطة ان يكون وفق منهج الله وشريعته لان هذا هو مقتضى شرط الاستخلاث الذي اعطي لابين ادم عليه السلام ولذريته من بعده وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتلقي الهدى منه ولا الملاخير فيه ان لم ينبني عليه سلوك مستقيم ويورث في النفس عملا صالحا يقول عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان الناس ان احسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذي اصاب حظه ومن خالف فعله قوله فانما يوبخ نفسه همش الشاطبي الموافقات الجزء الاول الصفحة الخامسة والستون وانتهى الهمش وقال ابو اسحاق الشاطبي بعد ان ثقى قول ابن مسعود الانف وغيره من اقوال السلف والادلة على هذا المعنى اكثر من ان تخصى وكل ذلك يحقق ان العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا بنفسه همش الشاطبي هو ابو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي عالم اصولي حافظ من اهل غرناطة له مصنفات اشهرها الاعتصام والموافقات كانت وفاته سنة تسعين وسبعمائة هجرية انظر الاعلام للزركل في الجزء الاول صفحة الخامسة والسبعين انتهى وكل ذلك يحقق ان العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا بنفسه من حيث النظر الشرعي وانما هو وسيلة الى العمل وكل ما ورد في فضل العلم فانما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به همش الشاطبي الموافقات الجزء الاول الصفحة الخامسة بعد الستمئة عزيز المستمع اورد نفس المرجع في الصفحة الخامسة والستين ولعله تصحيف انتهى الهامش وقال الحسن البصري في معنى قوله تعالى هامش هو الحسن ابن ابي الحسن البصري نشأ بالمدينة وحفظ القرآن وسمع عثمان يخطب مرارة ولازم الجهاد والعلم والعمل وكان من الشجعان الموصفين ومن العباد المشهورين توفي سنة عشر ومئة عن ثمان وثمانين سنة الذهبي تذكرة الحفاظ الجزء الاول الصفحة الواحدة والسبعون انتهى قال الحسن البصري في معنى قوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم سورة الانعام الاية الواحدة والتسعون علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ماذا لكم بعلم هامش الشاطبي الموثقات الصفحة الخامسة والسبعون انتهى وقال سفيان الثوري هامش هو سفيان بن سعيد ابن نسروق امام حافظ ثقة فقيه ولد سنة سبع وتسعين هجرية واتوفي سنة احدى وستين ومئة هجرية انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الاول في الصفحة الثالثة بعد المائتين انتهى قال سفيان الثوري العلم يهدف بالعمل فان اجابه وان لارتحل هامش الشاطبي الموثقات الجزء الاول الصفحة الخامسة والسبعون انتهى وقال الفضيل ابن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فاذا عمل به كان عالم هامش الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العامل الصفحة السابعة والثلاثون انتهى وبهذا يطبح بطلان المنهج الجاهلي القائم على قاعدة العلم للعلم والادب للادب والفن للفن ونحوها والتي تعني تجريد العلم عن العقيدة والتصور وتفصله عن العمل والثمرة وترسم للبحث العلمي دائرة مستقلة لا دخل للعقيدة والدين او الغايات النبيلة فيها مع ان هذه العبارة خاطئة من الناحية الواقعية اذ لا يمكن للانسان ان يعمل شيئا الا وهو مدفوع بغرض معين خارج عن مجرد العمل وفي ظل هذا المنهج لا حرج على الانسان ان يتعلم او يبحث في اي شيء ولو كان حرار ضارا او عقيما لا خير فيه ولا غاية سامية له وقد نشأ هذا المنهج في ظروف تاريخية خاصة باوروبا الشاردة من طغيان الكنيسة ورجالها الذين كان يفرضون على الناس اعتقاد ما يمنونه عليهم من الخرافات والتأويلات المحرفة ويعاقبون كل من وصل الى نظرية مخالفة اشد العقاب وان كانت حقا في ذاتها او مما جعل الله تعالى شأنه موكولا الى الجهد البشري والتجربة البشرية المبحث الثاني ضوابط منهج العلم في المبحث السابق حاولنا تحديد مفهوم العلم في الشريعة الاسلامية والتعرف على بعض الشرائط الواجب مناحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا وفي ظل هذا المفهوم للعلم نحاول تحديد الضوابط التي يتقيد بها المنهج العلمي والمصدر الاول للمعرفة في التصور الاسلامي هو الوحي الذي يبلغه الله لرسول من رسله فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الذين يرجع اليهما في ضبط الموازين والقيم ومعرفة الحق من الباطل والحكم على معطيات العلوم ونتائجها نقلية كانت ام عقلية فهما مصدر الحق في هذا الوجود قال تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة فصلت الايتان الواحدة والاربعون والثانية والاربعون وقال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى سورة الاسراء الاية التاسعة وقال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سورة النحل الاية السادسة والثمانون فالوحي الرباني هو المصدر المأمون الذي يتميز بالثبات والشمول ويقدم التفسير الشامل للحياة والكون والانسان وحقيقة الالوهية والعبودية لانه كلام رب العالمين العليم الخبير المطلع على كل شيء والمبرأي مما يعتر البشر من القصور والظلم والجهل وسوء الفهم والارتباط بالمصلحة وبالبيئة التي نشأ فيها والتربية التي تلقاها والمفاهيم والتصورات المتورثة فهو الله سبحانه الخالق لكل الخلق وهو اعلم بهم وبما يصلحهم وقد وضح هذا المنهج في كتابه الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فما جمى الوحي بهذه الصفة من التكامل والشمول والعدالة فانه لابد للمسلم ان يتخذه منهجا وميزانا يزن به القيمة والاحداث ويضبط به التصورات والمفاهيم ويتخذه حكما في هذه القضايا يرجع لحكمه ويتلقى منه فلقد وضع الاسلام ضوابط لمنهج العلم وتلقيه كما وضع ضوابط لادوات العلم والمعرفة فالعقل والسمع والبصر ادوات زود الله بها الانسان ليحصل عن طريقها على المعرفة فهي ادوات لا مصادر مستقلة للمعرفة واعتبار ان الوحي الرباني هو المصدر الذي يرجع اليه لضبط المعرفة هو اهم قضية عاشتها الانسانية وبسبب الاختلاف فيها وقعت البشرية في حيرة واضطراب واختلاف شديد ولو اتفقت البشرية على ميزان موحد لضبط العلم والمعرفة لما وقع بينها هذا التباين الشديد في الاتجاهات والمناهج والمذاهب التي لا توجد بين اغلبها قواسم مشتركة او نقاط التقاء وان لا فوقوع الاختلاف من طبائع البشر طبعا لاختلاف المفاهيم والقدرات حتى داخل المذهب الواحد والبشرية اذا لم يكن لها منهج موحد ترجع له عند الاختلاف وتزل مفاهيمها ونتائج ابحاثها بميزانه فانها ستختلف ويشتد اختلافها فمثلا في المجال التاريخي نجد ان الروايات والمصادر تتفق على حدث تاريخي معين رغم اختلاف اديان او مذاهب الرواه لكنها لا تتفق في تفسير هذا الحدث وتحليله واستخلاص النتائج منه لانه في رواية الخبر التاريخي وتدوينه ينقل الرواي ما شاهد او ما سمع وتتفق الروايات اذا كان الرواة صادقين اما في تفسير هذا الخبر وتحليله فان كل شخص يأتي بتفسير بناء على مفاهيمه وعقيدته وبيئته التي تربى فيها فاذا لم يكن هناك مصدر موحد يرجع له في ضبط المفاهيم والاحكام والتفسيرات فستبقى البشرية في اختلاف واشد انواع الاختلاف اختلاف المناهج والتصورات والقيم وان الاهتداء بهدي الكتاب والسنة في منهج الكتابة التاريخية يعود على البحث والباحث بكثير من الفوائد فانه يورث الباحث جدية في العمل وصفاء في الفكر واهتماما بالكليات والاصول ويبعده عن الاغراق في الجزئيات والفروع التي تستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلة في مناقشات قد لا تكون ذات قيمة كما انه يوجه الطاقة والقوى الى جذور القضايا وامهات المسائل وبشكل حاسم ويطدح ذلك فيما قصه القرآن الكريم من تاريخ الرسل والامم السابقة كما ان من ثمرات ذلك النظر في صنم الله في الانفس والآفاق والتأمل في احوال الامم عبر التاريخ وما وصلت اليه من الرخاء والتقدم وما انتهت اليه مصائرها واسباب ذلك التقدم وعوامل هذا المهيار قال تعالى قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة الانعام الآية الحادية عشرة وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها سورة محمد الآية العاشرة وقال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة الامران الآية السابعة والثلاثون والمئة ومن ثمرة ذلك ان يكون سعي الانسان في طلب الاحسن والاقوم والاخذ به هو هدفه ورائده كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والئك هم اولو الالباب سورة الزمر الآية الثامنة عشرة ومن نتائج ذلك اهتمام الباحث بالقضايا الكبرى للامة وان يعمل جهده فيما يؤدي الى رقيها وتقدمها وبذلك تكون ابحاثه ودراساته بما ينس واقع الامة واحتياجاتها الفعلية وهذا امر حيوي ولا غنى للباحث عن مثل هذه الدراسات وان لا كانت ابحاثه من باب الترف الالمي المجرد الذي يستهدف اشباع غريزة حب الاستطلاع وحب الظهور كما ان الاستمداد من المصدر الرباني يؤدي بالانسان الى الاكتعاد عن الظنون والاوهم وتخلص الفكر من كل المبادئ والمعتقدات التي قامت على الظن او التقليد وعلى الافكار والتصورات الجاهلية اضف الى هذا ما يوفره الاعتماد على الكتاب والسنة من الابتعاد عن مصطلحات المتكلمين ومذاهبهم المختلفة وكافة المصطلحات الاجنبية ذات المفاهيم المرتبطة بالوضع التاريخي المحلي الغريب عن تاريخنا وذات المعاني غير المنضبطة والتي تحجب الرؤية الصخيحة عن القارئ فمصطلح مثل الديمقراطية الاشتراكية الانسانية المساواة الحرية الوطنية لها دلالات ومفاهيم مرتبطة بقيم وتصورات المجتمع الذي نشأت فيه هانش عزيز مجتمع هذا الهانش مطول نسبية مصطلح الديمقراطية من المصطلحات الاوروبية التي شاعت على الاسمت كثير من الكتاب والمؤلفين ويستعملونها في زعمهم على ما تدل عليه لفظة الشورى بينما لو نظرنا لتاريخ هذا المصطلح الذي جلبوه واستعملوه بدلا من الشورى لتبين لنا بعد ما بينهما يقول الكاتب الانجليزي بيرتريند راسل الديمقراطية كانت تعني حكم الاغلبية مع نصيب قليل غير محدد المعالم من الحرية الشخصية ثم اصبحت تعني اهداف الحزب السياسي الذي يمثل مصالح الفقراء على اساس ان الفقراء في كل مكان هم الاغلبية وفي المرحلة التالية اصبحت تمثل اهداف زعماء الحزب ولقراءة الهامش وهاهي الان في اوروبا الشرقية وجزء كبير من اسيا يصبح معناها الحكم المستبد لمن كانوا يوما ما مصراء للفقراء واصبحوا اليوم يقصرون نصرتهم هذه للفقراء على ايقاع الخراب بالاغنياء الا اذا كان الاغنياء من الديمقراطية بالمعنى الجديد العقل والمادة الصفحة الواحدة والاربعون بعد المائتين الى الثانية والاربعين بعد المائتين انتهى فمصطلح فمصطلح مثل الديمقراطية والاشتراكية الانسانية المساواة الحرية والوطنية لها دلالات ومفاهم مرتبطة بقيم وتصورات المجتمع الذي نشأت فيه ونقلها الى ثقافتنا الاسلامية وتاريخنا يعطي احكاما مضللة والمؤرخ ينبغي له ان يسمي الاشياء بمسمياتها الحقيقية وان يحكم عليها حسب الميزان الشرعي وكما ان المنهج الاسلامي قد وضع ضوابط لمنهج تلقي العلم والوسائل التلقي فانه ايضا وضع ضوابط محددة في من نتلقى منه العلم فقد اخرج الامام مسلم في صحيحه عن محمد ابن سيرين هامش والامام الرباني محمد ابن سيرين مولى انس ابن مالك ولد في خلافة عثمان ابن عفان وسمع جمعا من الصحابة كان فقيهم اماما غزير العلم ثقة ثبتا علامة في التعبير بل علامة اي في تعبير الرؤية رأسا في الورع كانت وفاته بعد وفاة الحسن البصري بوقت يسير في سنة عشر ومئة للهجرة الذهبي تذكرة الحفاظ الجزو الاول الصفحة السابعة والسبعون انتهى اخرج الامام مسلم في صحيحه عن محمد ابن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم هامش صحيح مسلم بشرح نووي في الجزء الاول في الصفحة الرابعة والثمانين انتهى الامش فنظرة المسلم الى العلم على انه عبادة من العبادات توجب عليه الاحتياط والتثبت في تلقي العلم وان لا يأخذ الا عن الثقات في دينهم وعقيدتهم خاصة فيما يختص بحقائق العقيدة او تصور العام للوجود او الخلق والسلوك والقيم والموازين او النظم الاسلامية او فيما يختص بتفسير بواعث النشاط الانساني او بحركة تاريخية فلا يجوز للمسلم ان يتلقى العلم في غير هذه الامور الا عن مسلم يثق في دينه وتقواه اما غير المسلم فلا يؤخذ عنه العلم في هذه الامور ولا كرامة بل لقد حذرنا الله اشد التحذير عن الاخذ والتلقي من الكفار بكافة طوائفهم ومللهم وبين لنا مصدر الهدى الذي نتلقى منه فقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير سورة البقرة الاية العشرون بعد المئة وقال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق سورة البقرة الاية التاسعة بعد المئة وقال تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة البقرة الاية الخامسة بعد المئة وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا سورة البقرة الاية السابعة عشرة بعد المئتين وقال تعالى ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون سورة الامران الاية التاسعة والستون فهذه الايات اخبار من الله تعالى عن موقف الكفار من الامة الاسلامية وتحذير لنا من الركون لهم او حتى احسان الظن بمواقفهم تجاهنا منهج كتابة التاريخ الاسلامي لماذا وكيف ثحت سلسلة اخطاء يجب ان تصحخ في التاريخ ناصر القراءة في المبحث الثاني ضوابط منهج العلم وقال تعالى ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم من يشعرون سورة الامران الاية التاسعة والستون فهذه الايات اخبار من الله تعالى عن موقف الكفار من الامة الاسلامية وتحذير لنا من الركون لهم او حتى احسان الظن بمواقفهم تجاهنا بل انها تستجيش فينا مشاعر الحميلة للحق وتوقف القلوبهم وتدعوها للحذر الشديد اثناء التعامل معهم وعدم الطمأنينة لهم وهذا هو مقتضى الولاء والبراء الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايثقوا ورى الايمان الحب في الله والبغض في الله راهد ابي شيبة في كتاب الايمان في صفحة التاسعة الاربعين وقال الالباني حديث حسن اخرجه التبراني في الكبير والحكم في المستدرك انتهى وموقف الكفار هذا من المسلمين لم يكن في فترة تاريخية من الزمن ثم تنتهي وهو موقف ثابت دائم ما دم على الكفر وما دم على الاسلام كما هو دلالة الايات السابقة ودلالة الوقائع التاريخية عبر الزمن المتطاول منذ ان كان هناك كفر وايمان والى ايارث الله الارض ومن عليها لان من طبيعة الفسك انه لا يقبل بوجود الحق ولا يستطيع المعايشة معه كما قال تعالى هل تمكنون مننا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون سورة النائدة الاية التاسعة والخمسون قطع لنا ان هذا هو نوقفهم وهذه هي تودهاتهم نحو الامة المسلمة فان كل مسلم عاقل يحترم عقله ودينه لا يقبل التلقي منهم في اصول عقبته ولا مقومات تصوره ولا منهج تاريخه ولا نظام حكمه او سياسته او مجتمعه وعاداته وتقاليده هينش لقد دحث العلماء حكم السفر الى بلاد المشركين والاقامة بينهم فضلا عن التلقي والاخذ عنهم ولهم قيود على ذلك موضحة في مظامها انظر على سبيل المثال رسالة الشيخ سلمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في حكم معاناة اهل الشرك وحكم السفر الى بلاد الشرك في صفحة السابعة والسبعين والثلاثمائة الى ثانمائة والتسعين والثلاثمائة وهي منشورة ضمن مجموعة التوحيد انتهى الهانش يقول وليان جيفورد بالكراف متى توارى القرآن ومدنية مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ ان نرى العربية يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها لا محمد وكتابه هانش الغيرة على العالم الاسلامي الصفحة الرابعة والتسعون ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي انتهى الهانش ويقول المبشر تاكلي ما ترجمة نفسه يجب ان نشجع انشاء المدارس وان نشجع على الاخص التعليم الغربي ان كثيرين من المسلمين تزعزع اعتقادهم حين تعلموا اللغة الانجليزية هانش تعلم اللغة الانجليزية وغيرها من اللغات بقصد معرفتها لا يوصل الى هذه النتيجة الا اذا كان تعليمها موجها لهذا القصد وهذا هو الحاصل في اغلب معاهد تعليم اللغة والكتب الخاصة بتعليمها حتى في مدارس المسلمين مع الاسف انتهى الهانش وان الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس يعني القرآن امر صعب محمد امان المصري المجتمع الاسلامي وصفحة السادسة والثمانون انتهى فهذه المناظج من شهاداتهم وخططهم التي يؤدونها لاخراج المسلمين عن دينهم فهل يحق لنا بعد هذا ان نأخذ عنه ما نفق فيه ثم همدها لا لا ان عندهم في هذه الامور التي ذكرناها وذلك بشهادة الله رب العالمين وتقريبه ذلك في كتابه العزيز قال تعالى افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعلى انما يتذكر اولو الالباب سورة الرعد الاية التاسعة عشرة فيقرد سبحانه وتعالى في هذه الامة ان الذين لا يستجيبون للحق هم عمي وانهم لا يتفكرون عنه يعقلون وان الذين يستجيبون له هم اولو الالباب الذين طمئنت قلوبهم بذكر الله همش رجع تفسيرها في تفسير القرآن الكريم يبن كثير في الجزء الرابع صفحة الواحدة والسبعين وثلاثمائة والثانية والسبعين وثلاثمائة وانظر الظلال في الجزء الرابع صفحة الرابعة والسبعين بعد الالف انتهى الهمش وان الانسان لا يجد مصداق ذلك في كل ما يلقاه من الناس معرضا عن هذا الحق واذا كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميا كما قرر الباري جل جلاله فانه لا ينبغي المسلم ان يتلقى العلم ويأخذه عن من هذه صفته وبخاصة اذا كان ذلك الان تعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الانسان او القيم والمعزين التي تقوم عليها الحياة او بالسلوك والتقاليد والاداب التي تسود المجتمع المسلم وهذا هو موقف المسلم من نتاج الفكر غير الاسلامي بجنته فيما عاد العلوم المادية البحثة وتطبيقاتها العملية وانه لا ينبغي لمسلم يعرف هدي الله ويعرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من انسان لم يستجب لهذا الهدي ولم يعلم انه الحق وان هذا الدين جد لا يحتمل الهزل وحزم لا يحتمل التميع وحق في كل ما سنفيه وفي كل كلمة هامش انظر لسيد قطب في اضلال القرآن في الجزء الرابع صفحة الربعة والسبعين بعد الالفين لتصرف انتهى الهامش الخاتمة لقد تعرض العالم الاسلامي منذ القرن التاسع الهجري بين قوسين الخامس عشر الميلادي وخاصة قبيل اسقاط الدولة الاثنانية لغزو عسكري اوروبي يواكبه غزو فكري اغتصب الارض والخروة والانسان وحاول اغتيال دين هذه الامة وهو الاسلام ورد الامة المسلمة الى الكفر بعد ان من الله عليها بنعمة الايمان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا سورة البقرة الات السابعة عشر بعد المائتين وابركت الامة خطورة الهجمة الاوروبية الشرسة فهدت عن بكرة ابيها تجاهد المغتصب رغم تفوقه في ادوات القتل والتدمير حتى اجبرته على الخروج من ديار الاسلام هامش وهذا ما لم يكن يتوقعه وخاصة ان الدول الاوروبية المحتلة كانت قد اصدرت قرارات تعتبر بلاد الاسلام المغتصبة جزء من الوطن الام اوروبا كما فعلت فرنسا في الجزائر وكما فعل البرتغاليون في اثريقيا وانتهى الهامش وقبل ان يخرج المحتل المغتصب من بلاد العالم الاسلامي وقبل ان يتوقعها تنزيقا وزرها فيها مشاكل الحدود والاقليات وربطها برباط التباعية العقدية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واختر ما في هذه الهجمة الاوروبية الشرسة الغزوة الفكرية التي استهدفت تربية اجيال لا تعرف لها عبا ولا ترتضي لها دينة ولتحقيق ذلك فانهم حرصوا على افساد مناهج التعليم وصبغها بالصبغة العلمانية وافساد وسائل الاعلام وافساد المرأة بعد اخراجها من بيتها ونال التاريخ الاسلامي منهجا ومرجعا واستاذا النصيد الاوفر من المؤامرة الاوروبية الضارية يتضح ذلك من فحصنا لمناظج من المرسوعات التاريخية والمراجع التي كتبت في التاريخ الاسلامي حيث لاحظنا ان المستشرقين يعاونهم جمع نافير من ابناء العربي والمسلمين قد حرصوا على تشويه وتزييف التاريخ الاسلامي تحت شعار البحث العلمي المجرد وكان هدفنا من ادراج هذه المنارج ان يدرك القارئ ان الاطار الذي وضعه المستشرقون لكتابة ودرسة التاريخ الاسلامي هو نفس الاطار الذي يستخدمه ابناء العربي والمسلمين ولقد ترتب على اتباع ذلك المهج الاستشراقي في كتابة التاريخ الاسلامي نوعا من التبعية الفكرية الخطيرة التي جعلت المسلمة ينظر الى دينه و الى نفسه و الى تاريخ امته من خلال كتابات اعدها اعداء هذا الدين ولكي تضمن اوروبا استمرار تنفيذ مخططها حتى بعد خروج جيوشها المدججة بالسلاح اعدت جيوشا من ابناء الامة المسلمة في دير علمها حيث لقمتهم افكارها و مبادئها و اعادتهم الى بلادهم و امتهم لكي يباشروا دورهم في تدوير فكر الامة الاسلامية والخطورة التي يجب ان تنتبه اليها الامة الان ان الكثيرين ممن اللقن المنهج الاستشراقي في كتابة ودراسة و تدوين التاريخ الاسلامي يتربعون على مراكز التوجيه الفكري في دور العلم في بلاد الاسلام وهذا اخطر على الامة المسلمة من الغزوة العسكرية التي تعرضت لها من قبل اعداء الاسلام و من هنا و انطلاقا من واجب النسح للمسلمين والتواصي بالحق والتواصي بالصبر نبهنا الى هذا الذي تعرض له التاريخ الاسلامي على ايد المستشرقين من ابناء اوروبا و من سار على نهجهم من ابناء المسلمين و لم يقف نسحنا عند هذا الحد ولكن نبهنا ايضا الى ضرورة التحرر من التبعية الفكرية فالامة المسلمة لها سمت متميز وهي خير امة اخرجت للناس كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورة الامان الاية العاشرة بعد المية وهي الامة الشاهدة و كذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا سورة البقرة الاية الثالثة والاربعون والمئة و لا يجب الامة من هذا سمتها ان تسمح لغيرها ان يفكر لها او ان تقرأ تاريخا كتبه لها اعداؤها او ان تكون في المؤخرة او الذيل و من هذا المنطلق قدمنا تصورا مقترحا لمعاد التاريخ الاسلامي في ضوء الكتاب والسمة وبعيدا عن التصور الاستشراقي مع خطوط الرئيسة للمهج كما قدمنا تصورا بذيلا لمقرارات معاد التاريخ القادم التي تدرس في المدارس والجامعات في بلاد العالم الاسلامي و غير الاسلامي و في ظل هذا التصور يتخلص المسلمون من التبعية الفكرية وتتضح لهم شخصيتهم الاسلامية و يستعيدون هويتهم الضائعة و يصبح عمر التاريخ الاسلامي بضعة الاف عام او يزيد فتاريخ الاسلام يبدأ بخلق الكون مسلم منقاذا طائعا لله عبد العالمين وتاريخ الامة الاسلامية يبدأ بخلق ادم عليه السلام و زوجه وبنيه مستسلمين لله عز وجل و يصبح الدين الاسلامي و هو الدين الذي دعا اليه جميع رسل الله عليه السلام و هو الدين الذي لا يقبل الله من الاولين او الاخرين و ما غيره حقيقة بارزة في تاريخ الامة المسلمة هامش و بذلك يتضح خطأ الدراسات التاريخية المعاصرة التي وضع اسسها المستشيقون و التي تقسم تاريخ البشرية الى تاريخ قديم و وسيط و حديث و تجعل بداية التاريخ الاسلامي فقط برسالة محمد صلى الله عليه وسلم و تجعله في فترة العصور الوسطى عصور التخلف و الظلام و رجعية بينما تجعل بضعة الاف عام من تاريخ الامة المسلمة ايضا تاريخا و ثانيا جاهليا محضر لا اثر فيه لدين الله عز وجل و هو الاسلام فاطلقت عليه اسم التاريخ القديم انتهى الهامش و في ظل هذا التصور تبرز ملامح الامة المسلمة و دورها على مدار تاريخ البشرية و تبرز ملامح الجاهلية و دورها في اجتيار الناس عن دين الله عز وجل و يتضح كذلك حقيقة الاسلام و كونه نظام شامل عقديا و تعليمية و ثقافيا و سياسية و اقتصاديا و اجتماعيا صالحا لكل زمان و مكان و تضح ايضا الحقيقة الكبرى من اجلها خلق الله الخلق و ارسل الرسل و قام الصراع بين الحق و الباطل و من اجلها تنصب الموازين القسط يوم القيامة و من اجلها خلق الله الجنة عن النار و هذه الحقيقة هي اعبد الله منكم من اله غيره و من خلال استعراض تاريخ الامة المسلمة و هي تحمل هذا الحق و تدعو اليه و تكافح من اجله و تجاهد و تضحي من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا يبدو الدور الحقيقي لكل فرد من افراد المجتمعات المسلمة في كل زمان و مكان و يبدو منهم اعداء الامة المسلمة الحقيقيين في الماضي و الخاضر و المستقبل و تطبح حقيقة الكيد الشيطاني و التآمر العالمي على الامة المسلمة و كيف تستطيع الامة المسلمة ان تتقي شرهم و تواجه كيدهم و بالاضافة الى ما سبق فان دراسة تاريخ الامة المسلمة بالمنهج الاسلامي يمكن ان يؤدي دورا حقيقيا في بناء الفرد المسلم المخلص لربه الخريص على دينه و وطنه و نظامه و من هنا تظهر اهمية المنهج الاسلامي لكتابة و دراسة و تدريس التاريخ الاسلامي و ضرورة رسم ملامحه الرئيسة في رسالة قادمة باذن الله و قد اكتخينا هنا بالتقديم له بمفاهيم اساسية في منهج الكتابة و دراسة التاريخ الاسلامي و من هذه المفاهيم محهم العلم و منهج تلقيه في ضوء الكتاب و السمة با و قد اخذها للفصل من رسالة ماجستير قدمت الى كلية الشريعة و الدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة تحت عمان منهج كتابة التاريخ الاسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري مقدمة من الطالب محمد بن صامل العليان السلمي تحت اشراف الاستاذ الدكتور حسان الدين السامرع اقتناعا مني بسلامة المنهج المطروح مع العلم بان الذين كتبوا في المنهج الاسلامي لكتابة التاريخ الاسلامي في القرن الاخير كله و اذكر منهم على سبيل المثال واحد في التاريخ فكرة و منهج تأليف سيد قطب اثنان دراسات قرآنية تأليف محمد قطب هل نحن مسلمون تأليف محمد قطب اربع في التاريخ الاسلامي فصولا في المنهج والتحليل تأليف الدكتور عماد الدين خليل خمسة المنهج الاسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره تأليف الدكتور محمد رشاد خليل ستة نظرات في التاريخ الاسلامي تأليف الدكتور عبد الرحمن الحجي سبعة ثقافة الداعية تأليف الدكتور يوسف القرضاوي وللحديث بقية ان شاء الله عجز المستمع لن اقرأ هنا مصادر ومراجع البحث بل سانتقل الى الجدوى الرقم واحد المستشرقون المعاصرون ابراهيم كاش عرف من نشاطه انه مؤلف كتاب الوهودية في الاسلام سي سي آدمز انجليزي باشر التدريس في الجامعة الامريكية بالقاهرة لفترة من الزمن وهو مؤلف كتاب الاسلام والتجديد في مصر المترجى من الانجليزية الى العربية تحت العنان المذكور ادورد ابر استاذ في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن ادورد ثامن من الاد اعداء الاسلام واكثر المستشرقين طعنا فيه له كتاب بالانجليزية عن تاريخ المسلمين وفتوحاتهم ادورد كالذر لي امريكي متعصد رئيس تحرير مجلة العالم الاسلامى لمصل مولد الامريكية لفترة من الزمن ومن محرم دائرة المعارف الاسلامية ومن الذين برشرت تدريسة في الجامعة الامريكية بالقاهرة عدة مرات معروفا باتجاهات تبشيرية سافرة ايريك شودر مؤلف كتاب علمة محمد الذي صدر بالانجليزية سنة 55.000 هاش عن كتاب الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي تأليف الدكتور محمد البهيل مكتبة وهبة القاهرة كذلك الاستشراق والمستشرقون تأليف الدكتور مصطفى السباعي المكتب الاسلامى بدمشق انتهى الهنش دي سي آرثر مؤلف العناصر الصوفية في محمد الذي صدر بالانجليزية سنة 54.000 آرثر جوفري معروفا بتعصده السافر ضد الاسلام والمسلمين ومن كتبه مصادر تاريخ القرآن صدر بالانجليزية سنة 37.900.000 الكلمات الدخيلة في القرآن بالانجليزية القرآن ككتاب ديني صدر بالانجليزية سنة 52.900.000 تي دابلو ارنولد انجليزي اشترك في تحريد دائرة المعارف الاسلامية ومن كتبه الدعوة الى الاسلام ترجم من الانجليزية الى العربية تحت العنوان المذكور الخلافة صدر بالانجليزية سنة 34.900.000 تراف الاسلام صدر بالانجليزية سنة 31.900.000 ارنولد تونبي انجليزي له اخطأ فيما كتب عن الاسلام والرسول في كتابه العالمي دراسة في التاريخ وخطأه هنا شديد الخطوع لان الكتاب يعتبر احسن دراسة موضوعية للتاريخ في العصر الحديث في نظر كثير من الناس وخاصة الشرقيين والعرب منهم بوجه اخص قسيس يساهم في تحرير مجلة العالم الاسلامي التي تصدر بالانجليزية في امريكا الفريد كالتون امريكي كم مديرا لكلية حلب ثم علم نائبا لرئيس جمعية البعثات الامريكية التبشيرية في الخارج جي اي 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 ايزنبورغ من محضر دائرة المعارف الاسلامية دابلو هيفانو من محضر دائرة المعارف الاسلامية اي باغلاولو من محضر دائرة المعارف الاسلامية اي باغلاولو من محضر دائرة المعارف الاسلامية اي باغلاولو جي باغ من محضر دائرة المعارف الاسلامية اي باغلاولو من محضر دائرة المعارف الاسلامية اي باغلاولو اي باغلاولو من محرر دائرة المعارف الاسلامية A.Bishop قسيس يساهم في تحرير مجلة العالم الاسلامي الامريكية Brown انجليزي كان عضوا بالمجمع العالمي العربي بدمشق L.L.Brown قسيس الامريكي يساهم في تحرير مجلة العالم الاسلامي الامريكية C.C.Burg من محرر دائرة المعارف الاسلامية H.H.Bow من محرر دائرة المعارف الاسلامية E.L.Provencil من محرر دائرة المعارف الاسلامية R.Bow انجليزي كثير الخطأ في حديثه عن الاسلام والقرآن H.Bow من كتبه اصول الاسلام في بيئته المسيحية H.Bow من محرر دائرة المعارف الاسلامية 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 وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق والان استاذا في جامعة كابنهاجن كاي بيكنز قسيس يسامن في تحريض مجلة العالم الاسلامي الامريكية A.S. بفريج من محضر دائرة المعارف الاسلامية S.D. بكر من محضر دائرة المعارف الاسلامية A.S. تريتون من محضر دائرة المعارف الاسلامية R. تريدي من محضر دائرة المعارف الاسلامية Thomas جونبال من كبار محضر دائرة المعارف الاسلامية المعنى معروف بإدائه الإسلام له كتاب عن القرآن وكتاب آخر عن التاريخ الإسلامي ظهر بالإنجليزية في سلسلة تاريخ العالم جايتيني إيطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي في دمشق من المحرر دائرة المعارف الإسلامية غريثني إيطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق فرنسي متعصب دينيا وجنسيا وكثير التشغيل بالإسلام والحقد عليه من أتباع رنم في فكرة تنميز الآريين في السيادة على غيرهم انظر الصفحة الخامسة العشرين من بعدها من العدد الأول في المجلد التاسع يناي سنة 25 وتسعمائة وألف من مجلة جمعية الدراسات الشرقية من محرر دائرة المعارف الإسلامية له كتاب عن الحج في كثير من الخلق والتشويه انظر الصفحة الثالثة عشر من العدد السابس عشر في المجلد التاسع يناير سنة 25 وتسعمائة وألف ميلادية من مجلة جمعية الدراسات الشرقية دابلو جور كن من محرر دائرة المعارف الإسلامية جوي دي إيطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق بي جويل من محرر دائرة المعارف الإسلامية جاي داسود فرنسي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق واسمه جاي داسود جيمس هنري برستيد أمريكي يدير معهر الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو في أمريكا جي أل دالوا هيدا من كبار محرر دائرة المعارف الإسلامية اي اتش دوغلس من محرر مجلة العالم الإسلامي الأمريكية دي ام دونالدسون قسيس الأمريكي يسهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية ومن كتبه دين الشيعة صدر عام 37 وتسعمائة وألف ميلادية دراسات في علم الأخلاق الإسلامية صدر عام 53 وتسعمائة وألف ميلادية دي بوغ من محرر دائرة المعارف الإسلامية وله كتب عن الفلسفة الإسلامية ترجم بعضها إلى العربية ديتريتش من محرر دائرة المعارف الإسلامية اي دونالي فرنسي شديد تعصب ضد الإسلام له كتاب بالفرنسية الشرق والغرب اي روبرتس انجليزي ومؤلف القوانين الاجتماعية في القرآن وله دراسة يقارنة بين القرآن والتوراة في القوانين الاجتماعية صدر عام 5 وعشرين وتسعمائة وألف ميلادية من محرر دائرة المعارف الإسلامية وله بعض الكتب من كبار محرر دائرة المعارف الإسلامية أو سبايز من محرر دائرة المعارف الإسلامية من محرر دائرة المعارف الإسلامية من محرر دائرة المعارف الإسلامية مؤلف تاريخ الحروب الصليبية صدر الجزء الثالث منه عام 54.9000 من محلل دائرة المعارف الاسلامية ومن محلل دائرة المعارف الاسلامية حرب الاسلام والمسلمين بكتبه وكان مستشارا لحكومته في شؤون اندونيسيا له كتاب الاسلام R. ستشوتمن الماني الاصل ومن محلل دائرة المعارف الاسلامية B. شيريك من محلل دائرة المعارف الاسلامية J. شليفر من محلل دائرة المعارف الاسلامية Samuel Mercer امريكي وكان رئيس لجمعية الدراسات الشرقية الامريكية التي تأسست في مدينة جامبر بولاية اوهايو وكان لها فرورا في اوروبا وكندا كما كان رئيسا لتحرير مجلة هذه الجمعية سيفن ارندونك من محرر دائرة المعارف الاسلامية ايتش فوخص من محرر دائرة المعارف الاسلامية كاي فولرز من محرر دائرة المعارف الاسلامية ذي فوكا من محرر دائرة المعارف الاسلامية اي فيشير المعارف الاسلامية ومن محرر دائرة المعارف الاسلامية كاي براكمن المعارف الاسلامية ومن محرر دائرة المعارف الاسلامية صاحب اكبر موسوعة في تاريخ الاعداب العربية باللغة الالمانية ومن مؤلفاته الهامة تاريخ الشعوب الاسلامية المترجى من الالمانية الى الانجليزية كان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق بين قلسين انظر الاشارة الى بعض اخطائه التاريخية والعلمية في مجلة الاسلام التي تصدر بالانجليزية في كاراتشي باكستان في الصفحة الواحدة والاربعين بعد المئة من عدد اول مايو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة والف ميلادية ار اي كورن من محرذ دائرة المعارف الاسلامية اي كورر من محرذ دائرة المعارف الاسلامية قاشتي ويلسون يسهم في تحرير مجلة العالم الاسلامي الامريكية جاي ايش كرامرز هولندي من محرذ دائرة المعارف الاسلامية كثير الطان في الاسلام وصاحب مول تبشيرية سافرة لونغويرث دينز من محرذ دائرة المعارف الاسلامية تي لويتشي من محرذ دائرة المعارف الاسلامية بيرناد لويس انجليزي لهودي له مقالات كثيرة وبعض الكتب منها العرب في التاريخ صدر سنة خمسين وتسعمائة والان استاذا بجامعة لندن عز المستمع وقد توفي قريبا وهو من مؤسس الجمعية الخطيرة الاسلام والغرب التي ينتسب اليها بعض كبار المثقفين المسلمين نتابع القراءة في الجدول الاول المستشرقون المعاصرون ار ليفي متخصص في الدراسات الاجتماعية في الاسلام ومن كتبه مقدمة لدراسة علم الاجتماع الاسلامي صدر في عام 33 وتسعمائة والف ميلادية والهيكل الجديد الاجتماعي للاسلام ظهر في عام 57 وتسعمائة والف ويصدر في اجزاء متتالية جي ماري سيز من محرر دائرة المعارف الاسلامية ايش مأساي فرنسي ويعرف من مؤلفاته كتاب الاسلام صدر عام 39 وتسعمائة والف ميلادية ال اي مارل امريكي يساهم في تحرير مجلة العالم الاسلامي الامريكية سي ماريسون من محرر دائرة المعارف الاسلامية تي منزل من محرر دائرة المعارف الاسلامية اما ماريسون فهو امريكي ومؤلف كتاب التوتر السياسي والاجتماعي والديني في الشرق الاوسط صدر عام 54 وتسعمائة والف F. مينورسكي بل V. مينورسكي من محرر دائرة المعارف الاسلامية والان استاذ بجامعة كيمبرج نارينو ايطالي وكان عضوا بالمجمع الالمي العربي في دمشق معروف بكتاباته ضد الاسلام H. س نايبرج من محرر دائرة المعارف الاسلامية M. نيت كان محررا في مجلة العالم الاسلامي الامريكية W. هارنتر من محرر دائرة المعارف الاسلامية هاتمن رلماني الاصل وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق ويعرف من مؤلفاته الاسلام والقومية ظهر عام 48 وتسعمائة والف هاورث دون من اصل الماني ويعيش في امريكا الان ويسمي نفسه جمال الدين ويعرف من مؤلفاته مقدمة لدراسة التربية في مصر بالانجليزية هاورد ريد امريكي نشأ في بيئة تبشيرية في تركيا وتخصص في التاريخ الاسلامي والشؤون التركية كان استاذا ببعض الجامعات الامريكية ثم ممثلا لمؤسسة فورد في بيروت له بعض المقالات ولا تعرف له كتب تذكر ام هوتس ما هولندي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق ومن محرر دائرة المعارف الاسلامية جاي هوروفيتس ألماني الأصل من محرر دائرة المعارف الاسلامية اي هوندمن من محرر دائرة المعارف الاسلامية اي جاي هويسمان من محرر دائرة المعارف الاسلامية بي هيلر من محرر دائرة المعارف الاسلامية دابلي هفنينغ من محرر دائرة المعارف الاسلامية هورت من المستشرقين المشهورين بالتخبط في عرض الاسلام ومن محرر دائرة المعارف الاسلامية ان وات انجليهي له بعض المقالات ومن كتبه الجبر والاختيار في الإسلام صدر في عام ثمانية وعربعين وتسعمائة وألف محمد في مكة صدر عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف جاي وولكر بل ووكر من محرر دائرة المعارف الإسلامية ومؤلف كتاب ملامح عن التوراة في القرآن صدر في عام ثلاثة وتسعمائة وألف من محرر دائرة المعارف الإسلامية من محرر دائرة المعارف الإسلامية أمريكي مارس التبشير في إيران كان أستاذا في قسم دراسات الشرقية بجامعة بينستون بينستون في أمريكا والآن هو مدير هذا القسم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط وخاصة في شؤون إيران له مقالات متفرقة ولا تعرف له كتب تذكر جوليس ويلهوزن ألماني الأصل ولد سنة 1844 وتوفي سنة 19 وتسعمائة وألف اشتهر بتعصبه ضد الإسلام وتشويه مبادئه يعرف من كتبه تاريخ اليهود الجدوى الرقم اثنين الخطرون من المستشرقين الذين تعد كتاباتهم حجة بين الغربيين أو لآرائهم شبه حجية بين المسلمين اي جاي عربري انجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلامي والمسلمين ومن محرد دائرة المعرف الإسلامية والآن أستاذ بجامعة كيمبرج ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير من المصريين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية واللغوية في انجلترا ومن كتبه الإسلام اليوم صدر عام 43 وتسعمائة وألف مقدمة بتاريخ التصوف صدر عام 47 وتسعمائة وألف التصوف صدر عام 50 وتسعمائة وألف ترجمة القرآن صدر عام 50 وتسعمائة وألف ألفريد ديوم انجليزي معاصر اشتهر بالتعصب ضد الإسلام حاضر في جامعات انجلترا وأمريكا وتغلب على كتابته وآرائه الروح التبشيرية ومن كتبه الإسلام ومن المؤسف أنه تخرج عليه كثير من من أرسلته من حكومة المصرية تباخات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية باوا كاوا ديفو فرنسي متعصب جدا ضد الإسلام والمسلمين ساهم بنصيب بارس في تحرير دائرة المعارف الإسلامية اكبر مستشريق انجلترا المعاصرين كان عضوا بالمجمع اللغوي في مصر والآن أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة هارفرد الأمريكية من كبار محرر وناشر دائرة المعارف الإسلامية له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة وهذا هو سر خطورته ومن كتبه طريق الإسلام ألفه بالاشتراك مع آخرين وترجم من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان المذكور الاتجاهات الحديثة في الإسلام صدر عام 47 وتسعمائة وألف وأعيد طبعه وترجم إلى العربية تحت العنوان المذكور المذهب المحمدي صدر عام 47 وتسعمائة وألف وأعيد طبعه الإسلام والمجتمع الغربي يصدر في أجزاء وقد اشترك معه آخرون في التأليف وله مقالات أخرى متفرقة جولزيهر مجري عرف بعضائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه ومن محذر دائرة المعارف الإسلامية كتب عن القرآن والحديث ومن كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي المترجم إلى العربية تحت العنوان السابق جون ناينارد أمريكي متعصد كان يساهم في تحرير مجلة جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية وخاصة باب الكتب الجديدة التي لها صلة بالإسلام وبالشرق على العموم انظر مثلا الصفحة الثانية والعشرين وما بعدها من العدد الثاني من المجلد الثامن في إبريل سنة 24 وتسعمائة وألف من المجلة المذكورة أس أم سويمر مستشفق مبشر استهر بإدائه الشديد للإسلام مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية مؤلف الكتاب الإسلام تحدي لعقيدة صدر سنة ثمان وتسعمائة وألف وهو ناشر الكتاب الإسلام وهو مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة إحدى عشرة وتسعمائة وألف بلاكناو في الهند وتقديرا لجهوده التبشيرية أنساء الأمريكيون وقفا باسمه على دراسة اللهوت وإعداد المبشرين عزيز عطية سوريال نصري نسيحي كان أستاذا بجامعة الإسكندرية والآن يدرس بإحدى جامعات أمريكا شديد الحقب على الإسلام والمسلمين وكثير التحريف للتعاليم الإسلامية يستعين على الحقب والتحريف بكونه بعيدا عن نصر والمسلمين له بعض الكتب عن الحروب الصليبية جي فون جونبون من أفضل ألماني يهودي مستورد إلى أمريكا للتدريس بجامعاتها وكان أستاذا بجامعة شيكاغو من ألد أعداء الإسلام وفي جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين كثير الكتابة وله معجبون من المستشرقين ومن كتبه إسلام العصور الوسطى صدر عام 46 ألف الأعياد المحمدية صدر عام 51 ألف محاولات في شرح الإسلام المعاصر صدر في عام 47 ألف دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية صدر عام 54 ألف الإسلام مجموعة من المقالات المتفرقة صدر عام 57 ألف الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية صدر عام 55 ألف فليب حتي لبناني مسيحي تأمرك كان أستاذا بقسم الدراسات الشرقية بجامعة برينفتون بأمريكا ثم رئيسا لهذا القسم وهو الآن بالمعاش من ألج أعداء الإسلام ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية في أمريكا وهو مستشار غير رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط يحاول دائما أن ينتقض دور الإسلام في بناء الثقافة الإنسانية ويكره أي ينسب للمسلمين أي فضل فقد كتب على سبيل المثال في دائرة المعارف الأمريكية طبعة سنة 48 و900 ألف تحت عنوان الأدب العربي في الصفحة الـ 29 والمئة يقول ولم تبدأ أمارات الحياة الأدبية الجديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من القرن التاسع عشر وكان الكثرة من قادة هذه الحركة الجديدة نصارى من لبنان تعلموا واستوخوا من جهود المبشرين الأمريكيين ومحاولات حكي انتقاص فضل الإسلام والمسلمين ليست فقط مقصورة على العصر الحديث ولكنها تنطبق على جميع مرافل التاريخ الإسلامي كما هو موضح في كتبه نذكر منها تاريخ العرب ظهر بالإنجليزية وعيد طبعه عدة مرات وهو مليء بالطعن في الإسلام والسخرية من نبيه وكله حقد وثم وكرهية انظر مثلا مجلة الإسلام بالإنجليزية التي تصدر في كاراتشي باكستان في الصفحة الثامنة والثلاثين والمئة من عدد إبريل سنة ثمانين وخمسين وتسعمائة والمئة وفي الصفحة السابسة والأربعين والمئة من عدد أول مايو سنة ثمان وخمسين تاريخ سوريا عصل الدروز وديانتهم صدر سنة ثمانين وعشين وتسعمائة والمئة عدو اللدود للإسلام ونبيه كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري ثم أخرج منه على أثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين الهواري مؤلف كتاب المستشرقون والإسلام صدر سنة ست وثلاثين وتسعمائة وألف وحدث ذلك بعد أن نشر فينسينج رأيه في القرآن ورسول مدعيا أن الرسول ألف القرآن من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته انظر المستشرقون والإسلام في الصفحة العشرة والسبعمائة ومع بعدها هذا والمعروف لذينسينج كتاب تحت أنوان عقيدة الإسلام صدر سنة ثماثين وثلاثين وتسعمائة وألف كينيث كراغ أمريكي شديد التعصب ضد الإسلام قام بالتدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت والآن رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية ورئيس قسم اللهوت المسيحي في هاردفورد ومتعهد مبشرين ومن كتبه دعوة المئذنة صدر عام 56-900-1000 لويس ماسينيا أكبر مستشرق فرنسا المعاصرين ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤول شمال إفريقيا والرائي الروحي للجامعيات التبشيرية الفرنسية في مصر زار العالم الإسلامي أكثر من مرة وخدنا بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب العالمية الأولى كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي العربي في دمشق متخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي ومن كتبه الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام صدر سنة 22-900-1000 وله كتب وأبحاث أخرى عن الفلسفة والتصوف وهو من كبار محرد دائرة المعارف الإسلامية دي بي ماكدونالد أمريكي من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين يصدر في كتاباته عن روح تبشيرية متعصلة من كبار محرد دائرة المعارف الإسلامية ومن كتبه تطور وعلم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام صدر سنة 33-900-1000 الموقف الديني والحياة في الإسلام صدر سنة 98-1000 سكرتير تحرير مجلة الشرق الأوسط مجيد خوري مسيحي عراقي رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة دون هابكنز في واشنطن ومدير معها بالشرق الأوسط للأبحاث والتربية بواشنطن متعصب حقود على الإسلام وأبنائه ومن كتبه المشحونة بالطعون والأخطاء الحرب والسلام في الإسلام صدر سنة 55-900-1000 وله مقالات أخرى جي أس ماغليوف إنجليزي متعصب ضد الإسلام ومن محرر دائرة المعرف الإسلامية كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي في دمشق ومن كتبه التطورات المبكرة في الإسلام صدر سنة 13-900-1000 محمد ومطلع الإسلام صدر سنة 95-1000 الجامعة الإسلامية صدر سنة 12-900-1000 ر.ي. ميكلسون كان من أكبر مستشق إنجليزي را المعاصرين ومن محرر دائرة المعارف تخصص في التصوف الإسلامي والفلسفة وكان عضوا بالمجمع اللغوي المصري وهو من المنكرين أن الإسلام دين روحي ويصفه بالمادية وعدم السمو الإنساني ومن كتبه متصوف الإسلام صدر سنة 10-900-1000 التاريخ الأدبي للعرب صدر سنة 30-900-1000 هارفلي هول رئيس تحريب مجلة الشرق الأوسط الأمريكية وخطورته أنه يوجه سياسة مجلة من أهم المجلات المعنية بشؤون الشرق الأوسط السياسية والثقافية في العصر الحديث هنري لامنز اليسوعي فرنسي ولد سنة 72-800-1000 وتوفي سنة 37-900-1000 من محرر دائرة المعارف شديد التعصد ضد الإسلام والحقد عليه مفرط في عذائه وارتراءاته لدرجة أقلقت بعضا من التشرقين أنفسهم انظر صفحة الخامسة عشر والسادسة عشر من المجلد الأول في السادس من يناير سنة 25-900-1000 من مجلة جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية ومن كتبه الإسلام والطائف يوسف شاخت قلماني متعصب ضد الإسلامي عن المسلمين له كتب كثيرة عن الفقه الإسلامي وأصوله من محرر دائرة المعارف الإسلامية ودائرة المعارف العروم الاجتماعية وأشهر كتبه أصول الفقه الإسلامي الجدوى الرقم ثلاثة بعض الكتب الخطيرة المشوهة للإسلام والشائعة الامتشار أو لها شبه حدية أيضا المسلمين موسوعة دائرة المعارف الإسلامية The Infatilopedia of Islam صدرت بعدة لغات حية ويعاد طبعها في الوقت الحاضر وقد ظهر بعض أجزاء الطبعة الجديدة بالفعل موجز دائرة المعارف الإسلامية Shorter Encyclopedia of Islam دائرة معارف الدين والأخلاق Encyclopedia of Religion and Ethics المقالات المتعلقة بموضوعات إسلامية دائرة معارف العلوم الاجتماعية Encyclopedia of Social Sciences الموضوعات المتقم المتصلة بالإسلام والعرب دراسة في التاريخ القسم المتصل بالإسلام ورسوله من تأريف Arnold Trimby الكتب حياة محمد من تأريف سير ويليام ماير الإسلام من تأريف ألفريد يوم دين الشيعة من تأريف دي أم دونالدسون تاريخ شرار الكبير من تأريف القس بيشوب تورتين الإسلام ظهر بالفرنسية من تأريف هنري لمنس الإسلام تحدي لعقيدة ظهر بالإنجليزية من تأريف المبشر أس أم زوينغ دعوة المئذنة ظهر بالإنجليزية من تأريف كينث كراغ الإسلام اليوم بالإنجليزية من تأريف A.J. أبري التركيمة الإنجليزية من وضع A.J. أبري تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي ظهر بالألمانية وترجم إلى العربية من تأريف جول جي هير تاريخ العرب ظهر بالإنجليزية والعربية وطبع عدة طبعات من تأريف فيليب حيتي اليهودية في الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأريف إبراهام كاش عقيدة الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأريف A.G. فينسينج الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام ظهر بالفرنسية من تأريف لي ماسينيون الحرب والسلام في الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأريف مديدي قدوري تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأريف دي بي مكتونالد الاتجاهات الحديثة في الاسلام ظهر بالانجليزية وترجم الى العربية من تأليف HRJ طريق الاسلام ظهر بالانجليزية وترجم الى العربية من تأليف جماعة من المتشبقين اشترك في تأليفه ونشره HRJ التصوف في الاسلام ظهر بالانجليزية وترجم الى العربية من تأليف R.A. نيكلسون مصادر تاريخ القرآن بالإنجليزية من تأليف Arthur Jeffrey أصول الإسلام في بيئته المسيحية بالإنجليزية من تأليف R. Bell مقدمة القرآن بالإنجليزية من تأليف R. Bell التطورات المبكرة في الإسلام بالإنجليزية من تأليف D. S. مارغليوف محمد ومطلع الإسلام بالإنجليزية ولنفس المؤلف أي لـ D. S. مارغليوف الإسلام بالإنجليزية لنفس المؤلف الجامعة الإسلامية بالإنجليزية لنفس المؤلف قمطرة إلى الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأليف Eric Benman إسلام العصور الوفطة ظهر بالإنجليزية من تأليف D. Von Granbar الإسلام مجموعة مقالات متفرقة ظهرت بالإنجليزية لنفس المؤلف الأعياد المحمدية بالإنجليزية لنفس المؤلف Grandbaum الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية بالإنجليزية ولنفس المؤلف دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية بالإنجليزية ولنفس المؤلف محاولات في شرح الإسلام المعاصر مجموعة مقالات ظهرت باللغة الإنجليزية لنفس المؤلف أي G. Von Granbar الدوريات مجلة العالم الإسلامي The Muslim World مجلة تبشيرية تصدر بالإنجليزية في هاتشورد بأمريكا وتوزع في جميع أنحاء العالم مجلة العالم الإسلامي Le Monde Musliman مجلة تبشيرية تصدر بالفرنسية في فرنسا وتوزع في جميع أنحاء العالم مجلة جمعية الدراسات الشرقية أنشأها المستشتقون الأمريكيون في جرامبير بولاية أوهايو وكان لها بعض فرع في أوروبا وكندا مجلة شؤون الشرق الأوسط تصدر بالإنجليزية في أمريكا ويحذرها عدد من المستشتقين المعادين للعربي والمسلمين واهتمامها موجه في درجة الأولى إلى الجوانب السياسية مجلة الشرق الأوسط وهي مجلة أمريكية سياسية تتعرض للإسلام من وقت لآخر في بعض المقالات إلى هنا ينتهي كتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف وهو من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ تحت عنوان أكبر هو نحو تأصيل إسلامي للتاريخ المنهج من تأريف الدكتور جمال عبدالهادي محمد مسعود الأستاذ المساعد لقسم التاريخ الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى والدكتورة وفاء محمد رفعة جمعة الأستاذة المساعدة لقسم التاريخ الإسلامي طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى طبعة دار الوفاء للطباعة والنشف والتوزيع لجمهورية مصر العربية الطبعة الأولى سنة ست واربعمائة وألف هجرية الموافق لسنة ست وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية قرأ الكتاب عليكم أحمد عزر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر